نقرأ لكم كتاب ولكن بمجرد رحيلهم عنها يسريعون من خلال نشر مذكراتهم بإطلاق ما يمكنهم مما تحتويه خزائنهم من أسلار كنوعا من التطهر أو على سبيل الأتراف أو رغبة في السبقاء أسمائهم في دائرة الدوة أو طمعا في مقابل نشرها الذي يصل في بعض الأحيان عشرات الملايين من الدولارات أو كل هذا وذاك وغالبا ما ينتظر العالم على أحر من الجمر موعد صدور مذكرات رئيس دولة أو رئيس وزراء أو وزيرة خارجية أو وزيرة دفاع أو قائدا عسكري أو مدير أو ضابط مخابرات أو مسؤولا ما تبوأ موقعا مهمة في المطبخ السياسي والعسكري ببلاده لحدة مخاضي القرارات الكبرى والمصيرية ومن هنا تعتبر هذه المذكرات من المصادر الهمة التي تكشف الكثير من الجوانب الخافية في التاريخ السياسي وتميط لثام عن خلفيات الأحداث الكبرى في تاريخ الأمم وتنير الطريق أمام المؤرخين لكشف غمودها برغم أنها تحمل عادة أراء أصحابها وانتباعاتهم الشخصية عن الأحداث التي عاشوها وعسروها ورغم أن الزعماء والقادة السياسيين والعسكريين والمخابراتيين في الخارج غالبا ما يركزون على قضايا بلادهم الداخلية إلا أن تركز أحداث العالم الكبرى في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام والعالم العربي على وجه الخصوص واشتباك مصالحها مع مصالح هذه الدول جعلهم يفردون مساحات كبيرة لكشف أسرار تعاملاتهم مع حكامها وإماطة لثام عن أدق تفاصيلها وبالتالي أسهب في الحديث عن الحكام العرب سلبا وإيجابا صدقا أم كذبا وقد بلغت أهمية هذه المذكرات أن تضمنت بعدها اعترافات مهمة منهم بمحاولة أجهزة استخباراتهم اغتيار بعض الحكام العرب كالرئيس المصري الراحل عبد الناصر والرئيس الليبي الحاليم عمر القذافي أو اعترافات خطيرة منهم بمحاولة إداراتهم وأيضا إعلامهم الموالي اليهود تشويها صورة حكام عرب على العكس تمام من صورتهم الحقيقية كالرئيس السوري حافظ الأسد أو كشف أسرار مفاوضة السلام تمام اتهم زعماء عرب كالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بأنهم سبب فشلها عكس الحقيقة تماما أو تكشف عن محاولات لتصوير حكام عرب على أنهم قتل وتحذير زائريهم من كبار الدبلماسيين العالميين من الانتقاء بهم في هذا الكتاب أسرار وأسرار تكشفها مذكرات الزعماء وقادة ورجال مخابرات دول العالم وكان للحكام العرب نصيب كبير منها مجد حسين كامل منذ راحيله قبل سبع وثلاثين عاما وهناك سيد من الحكايات والروايات لا ينقطع عن حياة الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر ولأن حجم الرجل كان ولا يزال كبيرا فإن المساحة التي يحتلها في مذكرات الزعماء السياسيين والعسكريين والمخابراتيين لا تزال كبيرة حيث يكشف هؤلاء عادة جوانب خفية من شخصية عبد الناصر وسنواته في السلطة من خلال احتكاكهم المباشر معه أو من خلال انخراطهم في سياسات بلادهم أو برامج وخطة أجهزة استخواراتهم على مداني الثمانية عشر عاما وهي فترة حكم عبد الناصر ومن أكبر الجوانب التي أريق فيه حبر كثير عن حياة عبد الناصر هي الجوانب الخاصة بعلاقته بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعلى وجه الخصوص بالسي اي اي والامي سيكس وجهاز المخابرات الخارجية للبريطاني الامي سيكس ومحاولات اغتياره المتكررة من جانب هذين الجهازين وهناك أيضا في هذه المذكرات التي كتبها زعماء مسؤولون من الشرق والغرب بمعطة لثام عن حقبة عبد الناصر وأسرار علاقاته وتحالفاته وموقفه من السوفيت وتريقة إدارته للسرع العربي الإسرائيلي وأحاديث نخرى كثير تناول اتباعه خصاله، سلوكياته، توجهاته وحتى ذمته المالية مذكرات القادة والزعماء وزراء الخارجية والمسؤولين الاستخباراتيين والسفراء وغيرهم تكشف أسراراً وأسراراً عن ناصر لم يكن من الممكن الوقوف عليها لو لأن ضمنها هؤلاء في مذكراتهم إيزنهاور، رفضت السيناريوها الثلاث لقتل عبد الناصر عايش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الأسبق الجنرال دويت إيزنهاور البيت الأبيض أكبر الزلازل السياسية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية كالحرب الباردة والعدوان الثلاثية على مصر وخروج الإسامان الفرنسي من المغرب العربي وإعادة الشاه إيران إلى عرشه بعد إجهاد ثورة مسدق وتنفيذ مخططات وزير خارجيته الشهير فوستر درس لاحتواء المد الشيوعي في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ويمكن القول إن مطالعة مذكرات إيزنهاور على جانب كبير من الأهمية لأنها تميط لثام عن جوانب غامدة من السياسة الأمريكية إذا أنأك عرب بوش عام ونظام حكم عبد الناصر على وجه خاص وتقدم تفسيرات اللحة فمذكرات إيزنهاور التي رتبها وجمعها وعلق عليها السعفي الأمريكي المعروف سيفر أمبرز تعدح لنا تداعيات الثورة المصرية وخارطة الشرق الأوسط كما كانت تراها واشطن في الخمسينات كما تكشف هذه المذكرات أسرار المناورات السياسية الكبرى التي أطاحت بكثير من الأنظمة والرؤوس وغيرت المعادلات وقلبت التحالفات وعطت لعصرنا الراح طبعه المتميز خاصة بالانشقاقات العربية والإسلامية وهشاشة توجهات الأنظمة في الشرق الأوسط في الخمسينات وتغلغل التدخلات الأجنبية في قلب الأمة العربية وتكشف مذكرات إيزنهاور سر دل مجهول لفترة طويلة هذا السر هو أن فوستر دلس وزير الخارجية طلب من المخابرات المركزية الأمريكية أن تعد السناليوهات المحتمل لقتل الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر وفعلا تم إعداد هذه السياغ الممكنة وعرضها دلس على إيزنهاور الذي رفضها ورفض الفكر من أساسها قائلا أنه يستبعد أن يكون عبد الناصر ورع زعزالة المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط وكان ذلك في أواخر سنة خمس وخمسين وتكشف المذكرات أنه في أواخر تلك السنة أيضا اتجاه عبد الناصر إلى ولايات المتحدة لتسليح مصر بملغ سبع وعشرين مليون دولار فهب دلس والكونغرس المولي لإسرائيل لإجبار إيزنهاور على رفض السفقة فتوجه عبد الناصر إلى تشيكوزلفاكيا التي عقد معه زفقة فاقة السفقة الأمريكية بخمس مرات ويمضي إيزنهاور في مذكراته فيقول وقبلت الحكومة تشيكية أن تقبض مقابل أسلحتها مقايدة بكميات من القدن المصري ولم يأس عبد الناصر من أمريكا فعرض على رئيسها تمويل بناء السد العالي بأسوان بالتعاون مع البنك الدولي فتم نفس الضغط من جانب دلأس للرفض إلى جانب ضغط إيدن الذي كان يعتبر القضاء على مصر قسما حاسما لدهر العرب وتروي المذكرات كيف رفض إيزنهاور تمويل السد العالي فاستدار عبد الناصر إلى السوفيات وقد كتب إيزنهاور في مذكراته بالتاريخ الثامن من مالسة وخمسين ما يلي إنني مقتنع بأن عبد الناصر لن يقوم بأي حرك من أجل السلام وأن العرب أصبحوا مشكلة ولذلك سوف أعمل جهدي على إحداث الشقاق بين عبد الناصر والملك سعود وفي تلك الفترة تصاعدت تحديات عبد الناصر مهددا بتأميم القنال فتضعفت مخاوف أمريكا وفرنسا وبريطانيا واستغلت إسرائيل التي كانت يتزعمها بن جورين أنذاك هذه المخاوفة لإثارة الغرب بأسره ضد مصر ولم تنقطع تحديات عبد الناصر فأعلن في أواخر مايو أن مصر تعترف رسميا بالسين الشعبية وترفض سين شانغاي تشاك وتحارك أيضا كما جاء في مذكرات إيزنهاور في اتجاه الاحتلال العسكري للقنال ولمسر اللازم الأمر قائلا في مذكرة بتاريخ السابع والعشرين مايو ستين وخمسين موجه إيزنهاور إن الغرب سيختنق وسينقطع عنه صنبور النفط ولا يمكن أن نترك عبد الناصر أمم القنال ويحدد مصالحنا البحرية والأمر يدعو إلى تعذيب عبد الناصر وكان إيزنهاور يميل حسب المعطيات التي استقاه من دلس ومن المخابرات الأمريكية إلى عقد ندوة لإيجاد حل قائلا في مذكراته في رسالة أبلغ بها روبرت مورفي إلى إذن بتاريخ الثاني من سبتمبر ستن وخمسين إن لدينا في المنطقة الشرق الأوسط وخاصة من بين العرب حلفاء أعربوا لنا عن رغبتهم في تحجيم عبد الناصر ولكنهم يرون أن عمل عسكري في القنال لا يأتي بتلك النتيجة وجاء جوابه إذن يوم السبع من سبتمبر ستة وخمسين ليذكر إيزنهاور بأن بريطانيا وفرنسا تحالفا مع حفل حرب الأخيرة مع الولايات المتحدة ولا يمكن أن نترك الغرب ينهار على مراحل وفي منتصف نهار الواحد والثلاثين من أكتوبر علم إيزنهاور كما جاء في المذكرات أن الطائرات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية معززة في الأرض بقوات ثلاثية كبرى هاجمت مصر وأن عبد الناصر تمكن من غلق القنال وجمع قواته للمقاومة وكتب الرئيس الأمريكي في مذكراته بأن ذلك الهجوم كان مفاجأة عدم لي تعادل مفاجأة بيرل هاربر في ديسمبر 1941 أو الهجوم الألماني على فرنسا في ديسمبر عام 1941 والمعروف أن إيزنهاور قد تحرك وبولجاني زائم الاتحاد السوفيتي حين ذاك لإنهاء العدوان واقتنم الكريم للهذا الحدث ومنأخر انتخابات الرئاسية الأمريكية ليقوم بغزو المجر واحتلال عاصمتها بودابست لسحق المعارضين للشيوعية والسوفيات ويحب إيزنهاور ليستخلص العبر من العدوان الثلاثي فيقول أنا مؤمن بأن مصالح أمريكا رهينة استغرار منطقة الشرق الأوسط أكثر منها رهينة الشرق الأقصى ويضيف إيزنهاور في مذكرته اليوم الخمس من فبراير 57 قائلا لعل مصلحة أمريكا تتلخص في الحفاظ على حاجة العرب المستمرة للمعونة الغربية مع استعدادنا للتدخل العسكري إذا ثبت أن جزءا من هذا العالم العربي صلب عوده لدراجة تهديد إسرائيل ثم يقول إيزنهاور تلك الحكمة التي ذهبت مذهب الأمثال في الخمسينات حين خطب أمام الكونجرس يوم الثلاث من مارس 57 قائلا بصورة عامة نحن إزاء قادة عرب محتاجين للسلاح كي يحكموا شعوبا محتاجة للخمس نيكسون أراد وحدة عربية يكون هو فقط على رأسها أما الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون على الجانب الآخر فقد وصف عبد الناصر في مذكراته التي حملتها كتبه القادة والفرص السانحة ونصر ملا حرب بقوله إنه سريع الغضب والاشتعال نافذ الصبر ديكتاتور تمتلكه المصارح الحمقاء التي سارت به للأبد في طريق المزيد من حاجات شعبه الدنيوية قليلة الشأن ويقول رأيت الشباب والشيوخ أغنياء وفقراء ينصتون لصوته بندرات يعلوها لابتحاج الخامر وعن الوحدة العربية يقول نيكسون لقد أعطى ناصر المرة الأولى خلال قرون من الزمن لشعبيه عقومة من أبناء مصر وسعى في الوقت نفسه لتبحيدها مع أشقائها العرب وكانت تلك فكرة ثورية تامة مع أنها تجذب إلى حد كبير لكنها غير مجدية ولا عملية ثم يمضي نيكسون فيقول بان ناصر دعوته القومي على الأساسين أولهم العداء الإسرائيل والثاني عدم الثقة بالغرب وكلهما عاملان هدامان بدلا من أن يكون عاملين بنائين ويقول نيكسون لقد سعى ناصر دائما لتأخيق الوحدة العربية ليكون على رأسه وهو يرى أن القومي العربية تأني ولاء له وعداء للغرب ويقول أيضا تدخل ناصر بشكل مكروه في شؤون بلدان عربية أخرى بالإعداد للإنقلابات وحياكة المؤامرات وعمل الإغتيالات وأولعان يرنى الثورات وأغاسى عميقا في الحرب الأهلية في اليمن وكتب نيكسون أيضا يقول إن ناصر يهدد موارد دولته النادرة لخدمة مغامراته في الخارج ودعم موقفه المتشدد من أجل محاربة إسرائيل ويمضي نيكسون في تعرضه لشخصية ناصر فيقول لقد ودع ناصر بلاده في سينارة في يد موسكو وكان نظام حكمه استبداديا قاسيا غير أنه كانت لقصوته ليونة لأنه كان قائدا ثوريا محبوبا وكان ناصر قائدا عاطفي قادرا على الرؤية داخل قلوب شعبه وقد سبب موته المفاجئ نار الأسى ومذاهر الحزن التي لم يشهد العالم لها مثيلا كيسنجر كان في عين السوفيات مجرد آدات أما هنري كيسنجر وزير خارجية نيكسون فيرى عبد الناصر في مذكراته سنواتا في البيت الأبيض عنيدا يفاخر بعناده ويراه أساسيا في سبيل توحيد العرب ولأجل ذلك كان يرى نفسه مجبارا دوما على معارضتنا ويقول كيسنجر أيضا إن فكرة الأمة العربية التي تتبناها ناصر هي مجرد تفكير رمزي ورأي شبه نبوية وحلم يستلحم من المؤمنين الحقيقيين أعمالا بطولية لكنها نادرة التحقيق وكتب أيضا يقول إن ناصر لم يعرف كيف يوفق بين المطموحات الدولية التي يمارسها وحدثه الذي كان يدهل له أن لذا مصر وسائل محدودة في سبيل تحقيقها وكتب يقول كان السوفيات اعتبرون ناصر مجرد آدات من أدواته من رئيسية في الشرق الأوسط يوجين جوستين مشكلتنا مع ناصر أنه بلا رذيلة وقد تناول كثير من رجال المخابرات وخاصة الأمريكية شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ممن عصره إبان شغلهم مهام وظيفتهم وحاول بعضهم تحليل شخصية الرئيس المصري الذي كان يمثل بالنسبة لهم غصة في الحلق أو لقمة لا يمكن لهم ابتلاعها كما ركز بعد هؤلاء على سر شعبية ناصر الجارفة وخاصة بين أوسط الفقراء البسطاء والغلب من الشعب المصري وأيضا الشعوب العربية الذين استطعوا أن يكسب قلوبهم من حيازه إليهم فعبد الناصر في صراعيه مع المعارضين له كان يعتمد على تأييد الغالبية لأنه كان يغفر لهم العدالة الاجتماعية حتى لو حرمهم من الحرية وعن سر الارتباط بسطاء المصريين والعرب بشخص عبد الناصر يقول يوجينغوسن رجل المخابرات المركزية الأمريكية في مذكراته عن عبد الناصر التي جاءت في كتابه التقدم نحو القوة إن مشكلتنا مع ناصر أنه رجل بلا رذيلة مما يجعله من الناحية العملية غير قابل التجريح فلا نساء ولا خمر ولا مخدرات ولا يمكن شراءه ورشفته وحتى يخافته نحن نكرهه ككل لكننا نستطيع أن نفعل اتجاهه شيئا لأنه بلا رذيلة وغير قابل للفساد ويشير جوستن إلى ممتلكات الرئيس عبد الناصر يوم رحله في عام السبعين من واقع المسندات والأوراق الرسمية كما يليه المرتب الشهري 500 جنيه بدل التمثيل 125 جنيه الصافي الذي كان يتقاداه هو مبلغ 395 جنيه و60 قرش و7 مليمات وذلك بعد استقطاع المخصومات من معاشي وتأمين وإيجار السلاحة المعمورة وثيقة تأمين على الحياة 2500 جنيه سيارة توسن قديمة كان يملكها قبل قيام الثورة ثمانية أزواج أحدية ثلاث كاميرات تصوير ألا تصوير سينمائي عشر بدل ومجموعة من الكرفتات استبدل من معاشيه 3500 جنيه لتجهيز بنته عند زواجيه كان في جيبه يوم رحيله مبلغ 84 جنيه أسرته لا تمتلك سكرا خاصا بعد تسليم بيت الدولة في منشية البكري وكان الدكتور علي الجريت لنائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق قد روى للكاتب الراحل أحمد بهاء الدين هذه الرواية أوردها في عموده بالأهرام أنه استقبل في السبعينيات رئيس اتحاد المصرف السويسرية المشورة بحساباتها السرية وقال المصرفي السويسري جريتلي لقد أهلكتنا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية بحثا وتنقيبا عن حساب سرير عبد الناصر في بنوك سويسرا فلم تجد وكانت هذه الأجزاء لا تصدق أنه لا يملك أي حساب خاص في الخارج كريستيان بنو هذه قصتي مع ناصر وابنغوريون ولأن الرئيس الراحل عبد الناصر كان دائما بحكم الأحداث التي شهدتها المنطقة شخصية محورية في هذه الأحداث وخاصة الصراع العربي الإسرائيلي فقد توقف الكثيرون في مذكراتهم عنده وبالتحديد عند علاقاته وصراعاته مع زوماء الحركة الصهيونية ومنهم قبار مسؤولي الكيان الصهيوني أو ما يسمى بدولة إسرائيل ويسجل الزعماء وقادة العلم السياسيين ومعهم الأسؤلون الاستخباراتيون كيف أجدت الحركة الصهيونية والقيادة الإسرائيلية منذ مطلع الخمسينيات روكوب رياح الحرب الباردة لحدة بدء هبو بيحر المنطقة وحددت موقعها فيها بجانب المؤسكر الغربي وعملت بكل الصبر على تجيج السراع بين أقطابها لأنها لم تستكمل حتى أواخر الأربعينيات مشروعها بإقامة دولة إسرائيل الكبرى ولعل ما رواه كريستيان بين هو وزير خارجية فرنسا في مذكراته يواقد ذلك قد ذكر أنه التقى بنغوليون قبل الأعدون الثلاثي على مصر عام ستين وخمسين وأبلغه أنه قابل عبد الناصر وأنه يحمل له أخبار سر فقد سمع من عبد الناصر أن المشاكل مع إسرائيل سوف يحلها الزمن وأنه يركز كل جهوده على التنمية ورفع مستوى المعيشة في مصر وكان رد بنغوليون كما يقول بين هو في مذكراته هذا خبر سيء جدا لإسرائيل فقد كان بنغوليون نرغب في إشعار ناري حرب في المنطقة لأن تعطيل الحرب وقيام السلام معناه بقاوة إسرائيل داخل المناطق التي حدثتها اتفاقات الهدنة ويقول بنو هكذا أمدت الحرب الباردة فيما بعد إسرائيل بكل مقاومات الحياة وزودتها بكل متطلبات القوة اللازمة لمواجهة الأمة العربية كأمة واحدة وكشعوب ويمد بنو في مذكراته فيقول فجر يوم الثاني والعشرين من أكتوبر 56 وصل بنغوليون إلى باريس مع أوشيمون بريز وموشي دايان ثم أقلتهم سيارة في الخفاء إلى ضاحية هادئة قريبة من باريس تدعى سفر واجتمع الثلاثة مع كريستيان بنو وزير خارجية فرنسا الذي كان بصحبته بورغيس مونري وأبل توماس وذكر بنغوليون في المحادثة تمهيدية الأولية مطالب إسرائيل المختلفة وشروطه لتدخل الحرب مع فرنسا وإنجلترا ضد مصر ويتابع بنو في اليوم التالي حادر أجي مولي رئيس حكومة فرنسا بنفسه وتقابلا مع وفد إسرائيل برئاس منغوليون واستمع إليه وأظهر تفاهما كاملا وقبولا لجميع مطالب منغوليون السياسية والعسكرية الخاصة بتأمين عمليات إسرائيل وحماية مدنها وسواحلها عن طريق إشارك القوات الجوية والبحرية الفرنسية في مراحل الحرب الأولى التي ستشنها إسرائيل في سيناء ويودح بنو كما اتفق مبدئين على توقيتات تحركات لهذه القوات لحيث تكون جاهزة ومستعدة في أعضاءها القتالية قبل يوم 29 من أكتوبر الذي تحدد لهجوم إسرائيل على مصر على النحو التالي في يوم السادس والعشرين من أكتوبر تقوم إسرائيل بتعبئة قواتها في يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين من أكتوبر تصل أسرب المقاتلات المستير الفرنسية لإسرائيل عن طريق قبرص ويؤسل بنو في يوم 29 من أكتوبر تصل السفن البحرية الفرنسية إلى سواحل إسرائيل وتعلل تحركات هذه السفن بأنها تقوم بدوريات محرية في البحر المتوسط عقب حادث الاستلاء على سفينة أثوس وفي يوم السادس من نوفمبر يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية تقوم القوات البريطانية الفرنسية بالغزو البحري وفي يوم الثاني عشر نوفمبر يتم احتلال منطقة القناة من بورسعيد حتى السويس كما تم الاتفاق ما يتابع بنو على أن تعطل فرنسا أي قرار مجلس الأمن بإذانة إسرائيل في اعتدائها على مصر عن طريق استخدامها حق الفيتو ويومد بنو قائلا في عصر هذا اليوم الثاني والعشرين من أكتوبر حضر السلوين لويد وباتريك دين من لندن وانضم للاجتماع المنحقد بضاحية السفر وأسر الأطراف الثلاثة إلى تفاقية السفر السرية وفي تلك الليلة يقول بنو طر مع السلوين لويد إلى لندن لمناقشة الأمر مع أنتوني إيدن وفي يوم الرابع والعشرين من أكتوبر عاد إلى السفر ومعه موافقة إيدن على الاتفاق وقم المؤتمر بوضع النص النهائي للمعاهدة الثلاثية السرية واتفق الجميع على أن لا تنشر هذه الوثيقة في المستقبل ولكن السياسيين الفرنسيين أداعوا أسرار هذه الوثيقة فيما بعد أعقب فشل العدوان الثلاثي وكان أنتوني إيدن قد كتب في مذكراته شارحا خطة المؤامرات الإنجليزية الفرنسية الإسرائيلية على مصر فقال في إحقالة نشوب النزاع تطلب الحكمة الفرنسية والبريطانية مفورا من الفريقين أن يوقف الأعمال العدوانية بينهما وأن يسحب قواتهما إلى مسافة من دفتي القنال فإذا رفض أحدهما أو كلاهما الامتثال إلى هذا الطلب بعد مدة معينة فإن القوات البريطانية والفرنسية ستدخل كإجراء مؤقت للفصل بين الفريقين وتحاربين وحتى ينجح هذا الإجراء في تحقيق الغرض منه تقرر أن تحتل القوات البريطانية والفرنسية الموقع الرئيسية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس وبناء على ذلك ومع غروب شمس الاثنين تسع والعشرين من أكتوبر ستين وخمسين تحركت قوات مدرعة وضخمة من الجيش الإسرائيلي من ميناء إلى نحو السناء وأسقطت التائرات الإسرائيلية قوات المظلات في صدر الحيطان وفي صباح يوم الثلاثين من أكتوبر ستين وخمسين بدأت الاشتباكات بين القوات المصرية وقوات إسرائيل ونشطت الطيران الإسرائيلي في محاولة ضرب القوات المصرية في الحصن والقصيمة ورفح والعريش غير أن السلاحة الجوية المصرية تصد لها إذن كنا نحلم بالتخلص من عبد الناصر وجيشه وأهم ما جاء في مذكرات السير أنتون إذن هو الجزء المتعلق بعبد الناصر وحرب السويس ويقول إن إذن كان يوم أسنر مذكراته حريصا كل الحرس على أن لا تصل مذكراته إلى القاهرة قبل أن تنشر في لندن وفي العالم كله ولكن المذكرات وصلت كامل إلى القاهرة والجزء الخاص منها بحرب السويس يظهر فيها قبل أن يظهر في لندن والسير الذي أراد أن تكون القاهرة آخر من يعرفه شاء له القذر أن يعرف في القاهرة قبل أن يعرف في أي مكان آخر ولكن ماذا تقول هذه المذكرات عن حرب السويس التي كان السير أنتون إذن نفسه وحدد حياحه المذكرات تروي أن السير أنتون إذن كان رجل متعب أن يتكلم عن إجازات ويحلم بساحل البحر ويحن كثير إلى بيت الرفي تملكه زوجته وقصة حرب السويس كلها في مذكراته تبدأ بأن الأزمة فاجأت وهو يساعد للقاهرة بإجازة في فهلة جميلة ودعها هاكم مالت تحت سصرفه حتى يستطيع أن يصبح في مياه البحر الأبيض وتروي المذكرات الدولة الكبيرة التي قامت به لدي إذن قرنة السير أنتوني في حياته في السنين الأخيرة لقد تزوجها وهو يقترب من الستين وهي في نصف عمرها وقل إن تأثيرها عليه كان واضحا خلال الأزمة السويس وهي الأزمة الوحيدة الكبيرة التي عاشتها في بيته وكان دائما كما يقول يريد أن يبدو أمامها شبا وقادرا وكان دائما يريد أن يبدو أمامها حازما حاسما يكسب كل أزمة ويقهر كل عدو فكانت تحضر معه اجتماعاته بالوزراء كانت تحضر معه مقابلاته للسير وينستون شرشل رئيس أوزراء بريطانيا الراحل وهي قريبته لكي يستشيراه في تطورات الأسبح كانت تحدثه دائما عن تأييد الرأي العام للسياساته القوية إزاء النصر وهو في مذكراته يروي كيف خرجت بنفسها ليلة قامت المظاهرات الضعو في ميدان ترافلغار وقد لفت رأسها وجهها بإشارب حتى لا يعرفها الناس ثم عاد تروي له أخبار المظاهرات ثم هو يروي كيف اتخذ أهم القرارات في أزمة السويس وهو جالس في غرف الخضراء الملحقة بحجرة أمحة والمذكرات تروي كيف كان السير أنتوني يشعر بعد خروجه من منصبه بعصبية مريع إنه كان يريد أن يلقي الطوبة على الجميع ويعلق هزيمته على أكبر عادة ممكن وأنه كان مستعدا في عصبيته تلك أن يصل إلى حد السباب ولنغفل شتائمه لجمال عبد الناصر فذلك أمر مفهوم ودوافعه معروفة لكن إذن جعل عنوان كتابه عن معركة السويس السرقة ثم هو لم يترك كلمة السويس لم يقولها في جون فوستر درس ثم هو يسف الأمم المتحدة وسكرتيرها العام داجها مرشلد بأنهم مجموعة من العمى ثم هو يقول إن مجلس العموم هبت إلى مستوى حقير لم يعرفه تاريخ بريطانيا من قبل ثم يقول عن جماعة من أقرب أنصاره إليه لقد تخلوا عني في الساعة الحاسمة لقد كان أدعفهم قلبا بعد السويس هم الأشد دفاعا وتحريدا قبل الحرب حتى دول الكومولوذ لم تسلم من غمزة أو إشهارة والمذكرات تروي أن السير أنتوني لا يروي حكاية حرب السويس ولكنه كمن يلقي دفاعه عن نفسه إن مستشريه الذين ساعدوه في كتابة هذه المذكرات جاءوه بكل موجه إليه من نقد بعدها فجل سيجيب عليه أو يتلمس المعادل للإجابة عليه والذين كتبوا عن التواتي مع إسرائيل جميعا أشروا إلى اجتماعهم عمولي وبينو وسلوين لويد في السادس عشر من أكتوبر في باريس ذلك الاجتماع الذي استغرق ستة ساعات ولم يحضره غير الوزراء الأربعة من غير واحد من المستشارين كان هو الاجتماع الذي عرضت فيه فكرة التواتي هكذا يستفيد السير أنتوني في رواية تفاصيل هذه الاجتماع الاجتماع طال لأنهم تعشوا فيه المستشارون خرجوا لأن الوزراء كانوا يتعشون ثم إن مستشاريه الذين سعدوه في الكتاب نصحوه على ما يبدو بأن يواجه تهمة التواتي مع إسرائيل لأنه لا فايد تذكر من وراء الإسرار على الإنكار هكذا يعترف السير أنتوني بالتواتي مع إسرائيل ولكنه يحاول التماس المعذير ويلف حول الغابة ثم يتوه في أحراشها ويقول إن إنه يروي كيف أن مخابراته جاءته بأمباب استعداد إسرائيل للهجوم على الأردن وكيف أنه نصح إسرائيل لتوجه هجومها إلى مصر بدلا من الأردن لسبب إنهمه أن بريطانيا مرتبطة بمعاهد مع الأردن ولقريب أنه يضيف إلى ذلك صراحة قوله ومن ناحية أخرى فإن هجوم إسرائيل على مصر بدلا من الأردن كان يتيح لنا تنفيذ خطتنا ذات مصر هذه الخطت التي كانت كل القوات اللازمة لتنفيذها قد تأهبت له والسكملة السعدتها من يوم الخامس عشر من سبتمبر ويقول إذن في مذكراته فيما يتعلق بعبد الناصر قال لي جون فوستر دلس إنه مصمم على أن يجعل عمال عبد الناصر يطرش قناة السويس ولا يبلعها بحال من الأحوال وكان معنى ذلك في رأي السيرانتوني أن دلس مستعد للوصول إلى الحرب ذاتها لا إلى حافاتها فقط ولكنه تخلى وغير رأيه وإذن فهو مسؤول ويقول إذن أيضا إن بعد قيادات العرب قالت لي أن لا شيء ينقض الشرق الأوسط إلى الخلاص من جمال عبد الناصر ومن ثم فهم معه في المسؤولية ويقول أيضا وقد بعثت قيادات عربية أخرى تقول لي إنهما لم تنتهي عملية تأميم قناة السويس بهزيمة واضحة لجمال عبد الناصر فإن الشعوب العالم جميعها سوف تتبعه ويومها على بريطاني وعلى مصالحها وأستقائها السلام وتشير مذكرات إذن لأنه كان مصمما على أن عبد الناصر هو هتلر وأن تأميم قناة السويس أشبه باحتلال الرين الألماني وأن أفكار القومية العربية هي بنفسها مخططة الريخ الثالث وأن جماهر العرب الزاحفة تبحث عن مستقبلها هم جنود العاصفة الألمان بخطوات الأوزة يطرقون الأرض في عواصم أوروبا التي سقطت تحت أقدامهم بلدا بعد بلد وتروي مذكرات إذن أيضا كيف أنه كان أسير عقدة تتمثل في عدائه المرضي ضد الجيش المصري حيث يؤكد مرارا وتكرارا في هذه المذكرات أنه لا بد من درب هذا الجيش وتحطيم سلاحه في اتباع واضح لنهج إسرائيل في هذا الصدد ويتطرق إذن في مذكراته إلى الصد العالي ورسائله السرية إلى الرئيس الأمريكي أنذاك دويت إيزنهاور وقت معركة السويس ورسائل منزيس السرية من القاهرة إليه وقت أن كان منزيس الرأس بعثته الشهيرة باسمه ويقول إذن عندما حل شهر يوليو اتجاه تفكارنا للإجازات بيد أن مشاكل الشرق الأوسط ظلت طوال الصيف تذايقنا وتتعبنا وكان السلوك مسر بوجه خاص فيما يتعلق بمشروعه الخاص بإنشاء سد أسوان السد العالي قد زاد الأمر صعوبة من نسبة لنا ويقول كان ناصر قد تقدم في سنة خمس وخمسين بمشروع جري لتحسين الرأي في ود النيل ولتوليد التاقة الكهربائية ولتحقيق هذا الغرض فكر في إنشاء سد عالي جديد طوله ثلاثة أميال على بعد بداية ميال جنوبي خزان أسوان الحالي وكانت حكومة صاحبة جلالة مستعدة للمساعدة فقد كنا على علم باحتياجات مصر وكنا نعلم أن عدد سكانها في ازدياد مستمر وأن مستوى الحياة بها على هذا النحو سوف يأخذ في الهبوط غير أن مشروع السد العالي أثر كثير من المسأل ومنها مسألة تقسيم مياه النيل بين السودان ومصر ولم يكن ثمت اتفاق بينهما على هذه المسألة كذلك أثر هذا المشروع المسائل معقدة المتعلقة بتمويله فقد قدر التكريف إنشاءه خلال 16 سنة بنحو 1300 مليون دولار منها مبلغ كبير بالعملات الأجنبية لم يكن من المؤكد أن تستطيع مصر عبد الناصر وفي الوقت الذي كتب في الكثير والكثير عن أسرار المواجهات التي كانت تجري بين عبد الناصر ووكلة المخابرات المركزية الأمريكية السائعية إلا أنه لم يكتب إلا القليل عن المواجهة بين عبد الناصر وبين الـ MSX وقد صدر في بريطانيا واحد من أهم الكتب عن جهاز المخابرات البريطانية وهو يتناول تاريخها وأسريبها وأسرارها الكتاب بعنوان MSX مغامرة داخل العالم السري لجهاز المخابرات البريطانية للكاتب الصحفي البريطاني المعروف ستيفن دورويل ويحتوي على سبعة أجهاء أهمها لإطلاق الجزء الخاص بأترافات رئيس هذا الجهاز الاستخباراتي العتيد في الخمسينيات من القرن الماضي جورج يانج بأسرار عمليات جهازه في شرق الأوسط هذا الجزء يحتوي على خمس فصول مهمة تتعلق بنشاط المخابرات البريطانية في فرسطين وقبرص وإيران واليمن وقبل هذا وذاك نشاطها في مصر وتحت عنوان السويس أرواد اغتيال نوبرتجة خصص يانج في أكثر من خمسين صفحة قصة المخابرات البريطانية مع عبد الناصر كما وردت على لسنة رئيسها في ذلك الوقت ويقول يانج عندما قام الثورة يوليو سنة الثاني وخمسين ومرور عام عليها كانت المخابرات البريطانية مشغولة بإيران والمواجهة مع محمد مصدق رئيس الوزراء أنذاك الذي حاول تأميم الصناعة البريطانية الإيرانية ودرب احتكارات الشركات البريطانية والأمريكية لها وتمكنت هذه المخابرات من الاتاحة بمصدق في ممثل نجاحا كبيرا لها إلا أن هذا النجاح لم يخفي حقيقة أن المخابرات البريطانية كانت تعاني من تدهور في أدائها في عدد من البلدان العربية وخصوصا مصر فقبل أن تقوم الثورة لم تكن للمخابرات البريطانية أي علم بتنظيم الضبات الأحرار حتى أن أحد الضبات البريطانيين البريزين في القاهرة كان قد تقابل مع أحد المعلمين المصريين في كلية الضبات أركان الحرب المصرية وأخبره الأخير بسر كبير وهو أن هناك تنظيم سريا داخل الجيش المصري وأن هذا التنظيم يخطط للقيم بمحاولة لقرب نظام الحكم ويقول أسرع الضبات البريطاني بإرسال هذا الخبر للسفارة التي أرسلته بدورها لأنتوني إيدن الذي كان في ذلك الوقت وزير الخارجية البريطانية وما كان من إيدن إلا أن أرسله للمخابرات البريطانية التي ردت عليه قائلة إن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وأن الجيش المصري بالكامل يدين بالولاء للملك فاروق وكان هذا الرد من المخابرات البريطانية قبل الثورة يوليو بالثلاثة أشهر فقط وحتى عندما قامت الثورة كما يقول يانج فشلت المخابرات البريطانية في أن تفهم أن هذه الثورة بخلاف خالقها للملك فاروق كانت في أعماقها تمثل حالة كره ومقت عار من جيل مصري شاب للاحتلال البريطاني واتجاه كل ما هو بريطاني ويمد رئيس جهاز المخابرات البريطانية أسبق قائلا والنتيجة أن المخابرات البريطانية لم تفهم فيما بعد حقيقة الصراع بين عبد الناصر ومحمد نجيب ويقول جيفري هينتون مدير محطة المخابرات البريطانية في القاهرة عند قيام الثورة وصديق فليبي دابد المخابرات البريطانية الذي اكتشف فيما بعد أنه كان أكبر جاسوس للاتحاد السوفيتي إننا نتمكن من فهم الأهداف الحقيقية لثورة يوليو ليس فقط لأن أداء ناكين غير كفء في جميع المعلومات ولكن لأن عبد الناصر نجح بذكاء خارق في التمويه على أهدافه وعدم كشف كرهيه العميق للاحتلال البريطاني الذي طال مكوثه في مصر لم تعرف المخابرات البريطانية كما يوضفه الكاتب ونقرأ الرئيس الجهاز المخابرات يونغ أن ناصر قد قام في شبابه بالاندمام ذو مظاهرات نيدا الإنجليز وأنه تقريبا احتجز في السجن بسبب هذا النشاط كان عبد الناصر يعتقد أننا كقوة عظمى كنا في حالة انهيار وشيخوها ومن ثم كان الهدف أن لا يقبل هو وزملائه بأقل من السحاب التام وأنهم ليسوا ملزمين بأي نوع من التحالف معنا في المستقبل ويضيف وعندما بدأت بريطانيا تفهم بعد الشيء توجهات ثورة الثالث والعشرين من يوريو مع بداية الثلاثة وخمصين كان تفكير إيدن هو قيام المخابرات البريطانية بتدبير انقلاب ضد ده إلا أنه تخلى عن هذا التفكير بعد أن أقنعه السفير رالف سيفنس والرئيس أركان المخابرات المشتركة في ذلك الوقت بأن الإطاحة بحكومة محمد نجيب سوف تسهل على القومي المتشدد عبد الناصر الاستلاء بالكامل على السلطة علاوة على هذا كانت المخابرات الأمريكية تأمل في أن يكون عبد الناصر ظهيرا لأمريكا وأن يتكلل هذا بعقد صلح بين مصر وإسرائيل ويودح يأن كما جاء في اعترافاته بالكتاب وفي هذا الإطار ضغط الأمريكان والبريطانيين للإسراء بعقد اتفاقية جلاء عن مصر مع عبد الناصر وعلى أمل أن يؤدي هذا الجلاء إلى تهديئة خواتر الناصر ونظامه وأن يصبح حليفة للغرب بعد هذا الانسحاب وكان رأي المخابرات البريطانية لهذا التقييم الأمريكي أنه تقييم غير سليم لأنها كانت تعتقد وبغباء شديد أن عبد الناصر لن يطول به الوقاء في الحكم ويشرح الكتاب الذي حمل اعترافات رئيس جهاز المخابرات البريطانية أيضا أنه عند بدء الثورة بعد استعاب المخابرات البريطانية لبعض أبعادها والنوايا القائمين عليها وخصوصا عبد الناصر قامت بأول محاولة الانقلاب عليها بدأت هذه المحاولة من خلال قيام عميل غسلافي موجود في القاهرة بالسفر إلى روما ومقابلة جون فارمر مدير محطة المخابرات البريطانية في العاصمة الإيطالية قام العميل بتقديم شخصيتين مصريتين بارزتين لفارمرهما الأمين محمد عبد المنعم ابن خدو مصر السابق ومرتدى المراغي الذي كان وزير داخلية سابق وكانت الخطة تقتدل اعتماد على عدد من دباط الجيش الموالين للعبد المنعم والمراغي للقيام بانقلاب وتنصيب عبد المنعم ملكا والمراغي رئيسا للوزراء إلا أن هذه الخطة السرعانة تم صرف النظر عنها بعد أن تبين أن عبد المنعم والمراغي ليتمتعان بأي قدر من الشعبية أو المساندة داخل أو خارج الجيش ويضيف الكاتب ثم جاء عام 54 وشهد قصة الصراع بين محمد نجيب وعبد الناصر وانتهى لصالح الأخير وأكثر من هذا نجح عبد الناصر في التوصل لاتفاقية جراء كامل مع البريطانيين إلا أن المخابرات البريطانية لم يعد على هبال حيث أخذت في السارات القوى التي يمكن أن تناوي عبد الناصر وتشكل خطرا حقهيا ينقلب عليه ويتخلص منه في النهاية وجدت المخابرات البريطانية أن الإخوان المسلمين هم أفضل قوى لتنفيذ هذا المخطط وخصوصا بعد انقلاب عبد الناصر عليهم ويقول الكاتب هنا وجدت المخابرات البريطانية فرصتها السانحة في المدعو سعيد رمضان الذي كان قد انضم للإخوان المسلمين في 1940 وتتلمد على يد حسن البنة وتزوج بنته في 1949 وبعد مقت الرئيس الوزراء النقراشي والقبض على عدد كبير من الإخوان المسلمين هارب سعيد رمضان إلى باكستان وقم بتسيس محطتين إذاعيتين موجهتين للبلاد العربية ويضيف الكاتب أن سعيد رمضان أصبح متعامل فيما بعد مع المخابرات البريطانية والأمريكية وحتى سويسرية وخصوصا بعد أن استقر به المقام فيما بعد في جنيف وفي جنيف وبالتعاون مع سعيد رمضان قام دابطان مخابرات البريطانية للمكل وجولين وأمري بتنظيم حركة مداد لعبد الناصر من الإخوان المسلمين مستغلة في ذلك تدهر علاقة بين عبد الناصر والإخوان وخصوصا بعد أن أعرضوا خطته في الإصلاح الزراعي علاوات على ذلك كان هناك تنسيق مع عدد آخر من جماعة الإخوان لتنظيم خطة المخابرات البريطانية الإنقلابية ضد عبد الناصر ويشرح الكتاب على لسان رئيس الأمي سكس يونغ وقد علم عبد الناصر ببعض ما يفعله سعيد رمضان فقام بسحب الجنسية المصرية منه فما كان من ألمانيا الغربية التي كانت غادمة من عبد الناصر في ذلك الوقت لاعترافه بألمانيا الشرقية إلا أن قامت بإعطاء جواز سفر ألماني لسعيد رمضان ويضيف اتجح سعيد رمضان بالجواز الألماني لم يونخ بألمانيا ثم عاد لسويسرا واستقر به المقام في جنيف حتى توفي عام 95 وفي جنيف أسس رمضان المركز الإسلامي وقام بالتنسيق مع المدعو يوسف نادى لتأسيس بنك التقوى ويوضح الكتاب كانت السويسرا عندما انتقل السعيد رمضان إليها تعرف أنه عميل للمخابرات البريطانية والأمريكية وأنه أصبح يقوم بنشاط موجه بالتنسيق معها ضد عبد الناصر ولكن كما يقول الكتاب مستند للأرشيف المخابراتي السويسري إن أجهزة المخابرات السويسرية تركته على أساس أن جمعته لا تعكس اتجاهات معادية للغرب وفيما بعد استخدمته لصالحها حيث قام السعيد رمضان بالتنسيق مع حسن الهديبي من خلال تريفور إيفنتس المستشار الشرقي للسفارة البريطانية للتخطيط لعملية اغتيال عبد الناصر وأخيرا في الساديس والعشرين من أكتوبر وأثناء قيام عبد الناصر بإلقاء خطاف في ميدان المنشي بالاسكندرية أتلق أحد أعداء الإخوان ثمانة نصاصات عليه ولم تصبه وفشلت محاولة الاغتيال التي دبرها سعيد رمضان فشلا ذريعا وليزداد بعدها حنق المخابرات البريطانية على عبد الناصر ونظامه ومما وارد في هذا الكتاب الذي يحمل اعترافات يانج رئيس الامي سيكس أيضا أنه في 1955 كان التفكير في إنشاء حلف بغداد ضم مصر إليه فقام أيضا في محاول أخيرة لإخطاء عبد الناصر بزيارة لمصر في فبراير 1955 وكان لقاويدا مع عبد الناصر بمثابة فشل ذريع وخصوصا بسبب الأسلوب المتعالى الذي تعامل به إيدا مع عبد الناصر وفي الرابعة من أبريل 1955 وقبل أن يصبح إيد الرئيس للوزراء بيوم واحد تم توقيع حلف بغداد بدون اندمام مصر إليه لم يعد لدى البريطانيين ورق كثير اللاعب مع عبد الناصر بعد توقيع اتفاقية الجلاء سوى الأسلحة التي كانوا هم والفرنسيون يوردونها إليه وفي مايو 1955 وبعد النصيحة من الرئيس الأسلفي أنذاك جوزيف بروستيتو قام عبد الناصر بعقد صفقة أسلحة سرية مع الروس من خلال تشيكوسلوفاكيا لم تعلم المخابرات البريطانية بهذه الصفقة السرية سوى في السادس والعشرين من سبتمبر وعندما علمت بها جنة جنون أنتوني إيدا وخصوصا أن الأمريكان كانوا على علم بها وفي السبع والعشرين من سبتمبر بدأت أجهزة تجهزة البريطانية تلتاق تسير المراسلات بين القائلة وبراج حول السفقة التي تضح أن قيمتها 400 مليون دولار وكانت تشمول توريد 80 طائرة ميك مقاتلة و45 مقاتلة قاذفة قنابل أليشون و150 دبابة كما حصلت المخابرات البريطانية على تفاصيل أكثر عن هذه الصفقة عن طريق عميل مصري اسمه محمد حمدي كان يعمل في القسم التجاري للسفارة المصرية في براج وكما تقول المعلومات المخابراتية التي وصلت يانجو جهازه وأولدها الكتاب كان محمد حمدي في 60 من عمره وكان يهوى النساء بشدة ولذلك نجحت عميلة للمخابرات البريطانية جاءت خصيصا من فينا لاستياده وتجنيده وبسرعة بنجاح بلغ وقع محمد حمدي في الفخ ومن خلال حمدي نجحت المخابرات البريطانية في الإلمام بجزء كبير من خفايا صفقة الأسلحة المصرية تشيكية أو بالأحرى صفقة الأسلحة المصرية السوفيتية وعلى أي حال كان لابد من تحرك بريطاني طلب أيضا من وزارة الخارجية والمخابرات البريطانية تدبير خطط جديد للخلاص من عبد الناصر وتراوحت هذه الخطط بين محاولات لتدبير تفجيرات في عدد من المدر المصرية لإرهاب عبد الناصر أو رشوته بصورة مباشرة وحتى تدبير انقلاب ضده ويعترف يانج كان هناك تفكير لدى المخابرات البريطانية أن يقود علي ماهر رئيس الوزراء السابق هذا الانقلاب ولكن كان ذلك شبه مستحيل ليس فقط لعدم شعبية علي ماهر ولكن لكبره في السن كل هذه المحاولات باءت بالفشل لأن التقديلات داخل الأجهزة البريطانية كانت متضاربة علوات على أنها كانت تجمع على أن ناصر لن يصبح متحالفا مع السوفيات والشيوعيين ويوديف يانج أحد تقاديرنا الاستخباراتية في الثامن والعشرين نوفمبر الخمسين وخمسين ناصح بأنه لا تبين أن عبد الناصر سيسبح دمية شيوعية فإن الأسلوب الأمثل للتعاون معه هو قلب النظام حكمه وليس تقديم رشوة هائلة له ولم يعد بعد كل هذا أي أوراق لإغراء ناصر سوى تمويل السد العالي الذي كان يتمح عبد الناصر في أن يحقق به جزءا كبيرا من أحلام المساريين في التنمية وهكذا ففا الرابع عشر من ديسمبر الخمسين وخمسين قرر البريطانيون والأمريكان تقديم عرض لعبد الناصر بتمويل السد العالي من خلال البنك الدولي وفي أنائل ستين وخمسين كانت تقديراتنا كمخابرات بريطانية أن الشرق الأوسط قد يصبح على حافة انفجار في هذا العام بعد أن تم تعيين سينوين لويد وزير الخارجية البريطانية عمل لويد كل ما في وسعه منذ بداية تعيينه على التنسيق مع الأمريكان في كل ما يخص عبد الناصر كان هناك اقتنوع في هذه الفترة بين أجلس الحكم والمخابرات في بريطانيا وأمريكا بأنه لا بد من عمل شيء اتجاه عبد الناصر ولكن التناقض في الشخصيات والسياسات وسوء التحليلات لم يؤدي إلى سياسة فعالة ولكن بحلول فبراير 56 كان هناك تنسيق بين المخابرات البريطانية والأمريكية لاغتيال عبد الناصر وحول خطة الاغتيال يقول يونغ كانت خطة الاغتيال التي عدتها أساسا لمخابرات البريطانية أشبه بأفلام جيمس بوند ولذلك لم يوافق عليها الأمريكان وبالتالي فشلت ثم تطورت الأمور للأسوأ بقيام الملك حسين في الواحد من مارس بإقالة جروب باشا القائد البريطاني للفيلق العربي في الأردن وإعلانه الانحياز لعبد الناصر هذا القرار أصب أيضا لحالة جنون وجعله يفكر من جديد في خطة اغتيال عبد الناصر وفي الخامس عشر مارس ست وخمسين كتب إذن مذكرة للرئيس الأمريكي إيزن هاور يقول فيها إن لديه معلومات مؤكدة أن عبد الناصر يسعى لتأسيس ولايات عربية المتحدة بعد العمل على إسقاط الملكيات الحاكمة في العالم العربي وخصوصا في ليبيا والعراق والأرض علاوة على تدمير إسرائيل وكل هذا يسب في صالح الاتحاد السوفيتي في النهاية وكان أيضا يسعى من خلال هذا الخطاب لكسب التوجه الأمريكي من جديد ضد العمل على إسقاط عبد الناصر واغتياله ثم تدورت الأمور على نحو المعروف بعد قرار البنك الدولي بسحم عرضه لتمويل يدسد العالي ثم الرد من جمال عبد الناصر في السادسة والعشرية من يولو في الأسكندرية بتأميم شركة قناة السويس ومما يرويه هذا الكتاب الذي يحمل اعترافات أكبر مسؤولي مخابراتي بريطاني في تلك الفترة أن جهود المخابرات البريطانية ضد عبد الناصر في هذه الفترة من خلال القيام بعملية دعاية ضخمة موجهة إلى القاهرة الذي كان يبث من القبرص وليبيا وعدن في اليمن وأخيرا طرحت فكرة اغتيال عبد الناصر من جديد قام أيضا باستدعاء جورج يانج مدير الام اي سكس وقع طلبا مكتوبا باغتيال عبد الناصر ولم يكن هناك مفر من تحقيق هذا الطلب وكان الاتجاه هذه المرة من المخابرات البريطانية هو التنسيق مع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الفرنسية الأكثر من هذا قم أيضا بالاتصال التليفوني مع ديفيد بنغوريون رئيس زرائي إسرائيل وحتى مع موديل الموساد أيسي الهاريل وعلاواتنا لذلك الاتصال بالفرنسي للتنسيق أصبح ضابط المخابرات البريطانية الشهير جولي الأمري هو المنسق العام للخطة هو المسؤول عن الاتصال مع المعارضة المصرية المؤيدة لإسقاط عبد الناصر وأغلبهم من الأسرة الملكية ومصريين ساختين على عبد الناصر وبدأ من السابع والعشرين أوسل ست وخمسين عقد أمري ومعه دبرد مخابرات بريطانية سلسلة لقاءات مع الشخصيات المصرية دمت ممثلين عن حزب الوفد ومقربين من رئيس الوزراء الوفدي السابق مصطفى النحاس باشا كما قاموا بتنشيط تسلاتهم من جديد بسعيد رمضان في جنيف وكانت هناك خطة تقوم على أدنى وأثناء عملية درب وغزو مصر تقوم المخابرات البريطانية بإخراج اللواء محمد نجيب من محبسه المنزلي وتولياته الرئاسة وتعيين سلاح الدين وزير الخارجي في فترة من خمسين إلى اتنين وخمسين رئيسا للوزراء كما طرح اسمه علي ماهر ومجموعة الخارج من المتآمرين يقودها حسب ما قاله الكتاب اللواء حسن صيام قائد السلاح المدفعية في ذلك الوقت ومعه مجموعة من ضباط الجيش المتقاعدين ممن كانوا ساختين على عبد الناصر كما عاد امر لخطة المحبوبة لدى المخابرات البريطانية وهي انه بعد الغزو والخلاص من عبد الناصر يتم تعيين الامير محمد عبد النعم ابن الخدوي عباس حلم الثاني ملك على مصر وتعيين احمد مرتضى المراغي رئيسا للوزراء والذي كان قد غادر مصر في يونيو واستقر في بيروت ويدعي الكتاب ان امر نجح في جذب عدد من العناصر المصرية ورأى خطة المخابرات البريطانية اللي طاحب عبد الناصر واغتياله ومن هؤلاء دابط مخابرات المصري يدعى صام الدين محمود خليل وكان نائب رئيس المخابرات الجوية وقد تم الالتقاء به اثناء زيارة قام بها الى روما من قبل محمد حسين خيري حفيد السلطان حسين كامل الذي حكم مسر في الفترة من 1914 الى 1917 وقد وافق خليل على انضمام للخطة البريطانية وسفر بعد السابعة فعل الى بيروت ويقول الكتاب ان خيري حفيد السلطان حسين كان يعمل نائب رئيس المخابرات الحربية قبل ثورة يوليو وبعد الثورة تم عزله وإحالته للصداع فسافر لخارج حانقا على عبد الناصر ونظامه طوال هذه الفترة لم يكن لدى المصريين علم مما يفعله خليل وكانت تخطيط ان تقوم المخابرات البريطانية بتقديم بعض المعلومات له في بيروت عن اسرائيل لتقديمها للقيادة في مصر مباررا بها سفاره الدائم الى بيروت كان المطلوب من خليل ان يعمل على تكوين خليل سرية من دباط الجيش للعمل ضد عبد الناصر وكانت شروط خليل ان يكون هو القناة الوحيدة من البريطانيين والخلية وان يحصل على كميات هائلة من المال لتغطية مصارفه وخدماته ثم قامت المخابرات البريطانية بعد ذلك باستحاب مرتد المراغي وترتيب مقابلة له مع وزير الخارجية البريطاني سلوين لويد لزيادة ثمانته من ان هذه الخطة برعاية الحكومة البريطانية كان هدف المخابرات البريطانية ليس فقط الإطاحة بعبد الناصر على يد خلية العسكرية ولكن ان تقوم هذه الخلية بقتل عبد الناصر لان ذلك هدف اساسي لانتوني ايدن الا ان هذه الخطة انضمت للخطة الفاشلة السابقة عندما تأكد للمخابرات والخارجية البريطانية انها لن تؤدي الى شيء لانه بوسط كما يقول الكتاب كان عبد الناصر يتمتع بشعبية جارفة داخل الجيش وبين شعبه ويمدي قائلا لم يتوقف الفشل عند هذا الحد ففي اخر اوستس 56 قامت المخابرات المصرية باقتحام مكتب وكالة الانباء العربية التي كانت واجهة للمخابرات البريطانية وفي مؤتمر الصحفي في السبع والعشرين من اوستس اعلن عن القبض على خلية تجسس بريطانية في مصر يقودها جيمس وينبرن وهو مدرس انجليزي قد في مصر خمسة وعشرين عاما ثم اصبح مدير للمكتب وقد اعترف بخلية تجسس كما تم القبض على شارلز بيتسويك احد عمال شركة ماركوني وجيمس زارب وهو ملطي يمتلك مصنع بورسلين وكان يشكل نجزء من خلية تجسس كما تم القبض على المدير الحقيقي للمكتب وهو توم لتل الذي كان مراسل لمجلة الايكونوميست وجريدة التايمس ولكنه كان في نفس الوقت عميلة رئيسية لجهاز المخابرات البريطانية الغريب كما يقول الكتاب ان المخابرات المصرية كانت تعرف بالنشاط دجسسي لتوم لتل منذ البداية ولكنها تركت حرا وتعمدت تغذيته بمعلومات خاطئة ومدلل عن الرئيس عبد الناصر وقد كشفت عمليات القبض على الخلية وحسب اعترافات اعضائها التي تمت في سجن القناتر انها اوصلت معلومات للمخابرات البريطانية عن تطورات سرية سياسية كانت تجري في مصر وعن بعثات الشراء التي توجهت لبعض دول كتلة الشرقية لشراء استحا وعن بعض المعدات السويتية العسكرية التي كان قد تم اهدف في توريدها بموجب السفقة الشيكية ومنها تركيب محطة رادار جديدة خارج القاهرة ومعدات المداد للدبابات لزوم الحارس الوطني علوة على معلومات عن اماكن تمركز القوات المسلحة المصرية اكثر من هذا قامت المخابرات المصرية باعتقال عملاء مصريين عملوا لصالح هذه الشبكة بلغ عددهم 11 عميلا منهم سيد امين محمود وابنه الدابط بحر احمد امين محمود الذي عامل لفترة ملحقا بحرية للرئيس محمد نجيب وقد قام سيد ابنه احمد بتقديم معلومات للبريطانيين عن التحصينات العسكرية البحرية لميناء الاسكندرية ومعلومات عن السفينة عكة والسفينة سودان مفادوها ان الرئيس عبد الناصر كان ينوي ملاهاتين السفينتين من وتفجرات وسد القناة بهما في حالة اي غزو مريطاني وقد تبين ان كل هذه المعلومات كذبة كما تم القبض على المدعو يوسف مجلحن الذي قام بتقديم معلومات عن قيم خبراء من المانيا الشرقية بمساعدة مصر في برنامج تصنيع سواريخ وقد وردت اشارات في القضية ان الرئيس محمد نجيب قدم بعض المعلومات ولكن تم حدفها بالطلب من عبد الناصر ويقول الكتاب انه تمت مفاتحة نجيب في تغل الحكم بعد القيام بانقلاب على نمط الانقلاب بدد مصدق في ايران والذي قامت به المخابرات البريطانية ويكشف الكتاب انه قبل العدوان الثلاثي في 29 اكتوبر 1956 قامت البريطاني بمحاولة اخيرة لقتل عبد الناصر وتلخصت العملية في قيام المخابرات البريطانية بتجنيد جيمس موسمن مراسل بي بي سي وديل تيليغراف في القاهرة وكانت مهمته تجنيد طبيب عبد الناصر لكي يدع له السم في القهوة او يقدم شوكولاتة سامة له من النوع الشعبي في ذلك الوقت كروب جي مقابل 12000 جنيه استرليني ويحكي الكتاب التفاصيل الكاملة لهذه العملية التي انتهت بالفشل كما يحكي بالتفصيل محاولة اخرى من جنب المخابرات البريطانية لدخي قاز اصاب سام في احد اجهزة التكيف الخاصة باحد مقرات عبد الناصر الا انه تم العدو عن هذه الخطة من قبل ايدا شخصيا لانه كان قد استقر عزمه على ان الاصطب الوحيد لقتل عبد الناصر هو من خلال العدوان الثلاثي ثم يتحدث الكتاب بتفاصيل جديدة بالغة الاثارة عن دور المخابرات البريطانية اثناء العدوان الثلاثي وتنصيقها مع المخابرات الامريكية والفرنسية والاسرائيلية كما يكشف الكتاب عن دور المخابرات البريطانية في مساعدة سعيد رمضان لترتيب انقلاب ضد الرئيس عبد الناصر في 65 وهي العملية التي انتهت بالقبض على اغلب عناصرها لو عرفنا لا تركنا ناصر يضرب مفاعل ديمونا الاسرائيلي وعن ناصر ايضا يروي اندري جروميكو وزير الخارجية السوفياتية رسبق في مذكراته بعد اسرار فترة حكمه وهو يعرج على قيام اسرائيل في 7 مليونيو من عام 81 بدرب المفاعل النووي الارقي على الرغم من انه كان في نتاق حماية السواريخ صام السوفياتي ارجو انه ما زال يتكر جيدا كيف قامت طائرتان من تيرازميغ تابعتان لسلاح الطيران المصري في منتصف مايو 67 بعملية السطلع فوق مفاعل ديمونا وكانت المفاجأة عودة الطائرتان بسلام على الرغم من سواريخ هوك الامريكية التي توحيط بالمفاعل بل قام الطيران المصري بعملية اخرى مماثلة بعد حوالي اسبوع ومرة اخرى فشل الدفاع الاسرائيلي في منع العملية الثانية وفي وسط الانفعال امر المشير عبدالحكيم عمر بضرب المفاعل ومنشآت الاسرائيلية اخرى الا ان الرئيس عبدالناصر ارغى هذا الامر بناء على تدخل السوفيات ويقول جروميكو ان موسكو لم تكن تعرف ان مصر تريد تدمير المنشآة النووية الاسرائيلية وكان هناك اعتقاد لدى السوفيات ان مصر تريد فقط توجيه هجوم نفاجئ قوي لبعض المنشآت الاسرائيلية المهمة ويؤكد جروميكو لو كنا نعرف في ذلك الوقت هدف الهجوم والرغبة في تدمير قدرات اسرائيل النووية لم يسعين الى اقناع عبدالناصر بالعدول عن انصابة الهدف بادو كينيدي امر بنفسه بابلاغ ناصر بالصفقة اما جنبادو السفير الامريكي السابق في القاهرة فقد الف كتابه عام ثلاث وثمانين ذكريات الشرق الاوسط بعد رحلة عمل في المنطقة امتدت من سنة ثمانين وعشرين حتى نهاية الستينيات ومن اهم الكتب الامريكية التي تناولت ثورة يوليو وعبدالناصر وكان اهم مقاله وكان اهم مقاله بادو ميالي وحينما صدرت القوانين الاشتراكية وكنت سفير للولايات المتحدة الامريكية في القاهرة ثارت درجة حولها فقررت تكوين فريق عمر مريجالي السفارة لدراستها بدقة وانتهينا الا ان حجم القطاع العام الجديد في مصر اقل منه في اسرائيل وفي الهند وفي رافي فرنسا وفي بريطانيا بل وفي الولايات المتحدة الامريكية نفسها وانه ليسادر القطاع الخاص او يغلق الطريق امامه بل على الاكسى فيحفزه ويدفعه للمنافسة في ذل الاقتصاد المختلط كما حدث في هذه الدول ويقول السفير بادو ايضا ولمزيد من الاتمئنان من جانب واشنطن فقد اوفد الرئيس جون كينيدي مبعوثا خاصا هو الدكتور ادوارد ماسون السادر الاقتصاد المشهور وبعد ان قام بدراسته المفسر للقوانين والاوداع في مصر قدم تقريرا يتلخص في انه لم يكن امام ناصر طريق اخر وفضل ويقول ايضا ان تعينه سفيرا في القاهرة كان نتيجة للسياسة الجديدة لجون كينيدي اتجاه عبد الناصر والذي قال له قبل ان يغادر الى القاهرة ان هناك ثلاثة دول مهمة في العالم الان وهو اي كينيدي يريد ان يبدأ صفحة جديدة من العلاقات معها وانه اختر ثلاثة صفراء له في هذه الدول من خارج السلك الدبلوماسي حتى لا يكونوا مرتبطين بمواقف تاريخية سابقة للعلاقات الامريكية معها وان في مقدمة هذه الدول مصر ثم تأتي الهند واليابان ويضيف بادو كان من اهم الاسس الجديدة التي سنها كينيدي في علاقته مع عبد الناصر هو ان يثبت احترام الادارة الامريكية للقيادة السياسية في مصر ومن هنا اصبحت الرسائل وايفاد المبعوثين الشخصيين هي سياسة مقررة ومتبعة في تلك المرحلة ليكون عبد الناصر على علم كل الخطوات المتعلقة بالشرق الاوسط بما فيها ما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة واسرائيل وهي كما يعرف الجميع علاقات خاصة جدا والمثال الحي على ذلك ما تبى بالنسبة لصفقة السواريخ هوك سنة 62 وبالرغم من الضغوط الداخلية السابة في الكونغرس والضغوط الاسرائيلية الا ان كينيدي اصر على ايفاد مبعوث شخصي لابناغ عبد الناصر بظروف واسباب اتمام هذه السفقة وذلك حرصا منه على استمرار العلاقات الطبيعية التي كانت قد بدأت توثي ثمارها بين الرجلين وبالرغم من ان عبد الناصر غادب من اتمام هذه السفقة واشنت الصحافة واجهزة الاعلام المسارية هجوم عنيف عليها فان عبد الناصر ابدأ تقديره الشخصية لقرار كينيدي باطلاعيه على هذه الخطوة تفصيلا كما حدث الشيء نفسه عندما قرر كينيدي معاودة اجراء تجرب النووية فقد حرص على ابلاغ عبد الناصر بهذا القرار قبل تنفيذه بيومين ويقول جونباردو ان السياسة كينيدي هذه كانت سرقة معارضة من القوى المؤيدة لاسرائيل داخل دوائر الادارة الامريكية ويدرب المثال على ذلك بقوله ان افاد المبعوث الشخصي حول مدوع سفقة السواريخ الهوك لم يقرأ عنها شيء في واحد من الصعف الامريكية كما ظل الكثير من العاملين في وكلة المخبرات المركزية الامريكية يتعاملون مع عبد الناصر باعتباره شيوعيا او اداة للشيوعية وهكذا فان برنامج معونة القمح لمصر والذي زاد بشكل كبير في عهد كينيدي حتى اصبحت هي اكبر صفقة قمح امريكية بعد صفقة الهند وجدت معارضة داخل الكونغرس في المخبرات المركزية خاصة بعد عملية التأميم التي حدثت في مصر في ذلك الوقت ودعت بعد رجال الكونغرس الى انتقاد تقديم المساعدات الاشتراكيين والشيوعيين وذلك بالرغم من ان هذه السفقة لم تكن تكلف الولايات المتحدة شيئا حيث كانت كلها مواد غذائية زائدة على الحاجة وقد اجر بادو في تلك الفترة كما يقول دراسة دقيقة عن الاقتصاد المصري وكانت نتيجة ما وصل اليه هو ان الثمانية عشر في المئة من القوى الانتاجية المصرية هي التي تم تأميمها ثم قررت الدراسة هذه النسبة مع مثيلتها في بعض الدول اخرى من حلفاء واشنطن فوجدت مثلا ان القوى الانتاجية لقطاع العام في اسرائيل تبلغ نحو ثلاثين في المئة وفي الصين الوطنية نحو خمسة وعشرين في المئة ويقول السفير بادو على ان افضل مواقعة عليه اعيننا كان مثال الولايات المتحدة نفسها حيث تسعين وعشرين في المئة من القوى الانتاجية تخدع للاشرف الحكومي بشكل او باخر وعن شخصية جمال عبد الناصر يقول السفير بادو انه كان رجلا تشعر على الفور وبمجرد جلوسك اليه بقدرته القيادية غير العادية وقد كانت افكاره واتحة لغمود فيها كان دائما واثقا في نفسه وهو يتعامل مع قوة عظم مثل الولايات المتحدة الامريكية لا يخالجه ادنى شك في عدالة قضيته ويقول حول الازمات التي مرت بها مصر مثل الانفسار السوري وحرب اليمن ان عبد الناصر لم يكن في اي وقت من تلك الاوقات متوترا او عصبي او منفعلا وانما كان يبدو هادئا رصينا يختار كلماته الانجليزية بعناية ولا يفوته ان يدهر الود لمحدثه ويقول بادو اقول بوضوح وسراحة ان الصورة التي كان يحل لأعداء عبد الناصر ان يرسموها له كانت صورة زائفة تماما واسف بادو اولى لقاء بينه وبين عبد الراصر عندما كان رئيس الانجامعة الامريكية وكان في قاعة ايوارت حيث كان محمد نجيب يلقي محاضرة عن الثورة ويقول بادو انه شعر الفور بان نجيب رمى موقعه الرئاسي وشعبيته في ذلك الوقت ليس هو القوة المحرك لدفة الامور وانما شمعة الثوار الحقيقية هي تلك التي كانت تضم والطلبات الشباب مثل زكريا محي الدين وانور السادات وغيرهما وانه في قلب هؤلاء كان جمال عبد الناصر هو القائد الحقيقي واضف انه عندما تعرف الى جمال عبد الناصر في تلك الفترة وجده خجونا بعد الشيء يميل الى الصمت اكثر من الكلام ويقول بادو صراحة والحقيقة انه لم يمثل اهتمام على اطلاق في هذا اللقاء الاول لقد كان له حضور لا يمكن انكاره لكنه لم يكن يتحدث كثيرا حتى حين عرفته اكثر بعد ذلك كان صامتا الى ان جاء وقت الكلام فصر رجلا مختلفا تماما بريماكوف لم اتصور هزيمة كاملة وادلال وبقدر تعلق الامر بالشرق الاوسط يبدو ان بريماكوف حاضر دائما كلما واينما يحدث شيء وهو يعرف ايضا كل اللاعبين الاساسيين في لعبة السياسة العربية المعقدة بريماكوف كان على الدوام يمتلك نوع معين من العلاقة مع الاجهزة السرية السوفيتية انه يتحدث عن مهمات كثيرة شارك فيها بل وقادها دون الاشراء الى من كلفه بها وكما شاء القدر انتهى بريماكوف الى ان يكون رئيس للمخابرات الاف سي بي وهي وريث الكيجيبي بعد انهيار الامبراطورية السوفيتية وقال كثيرون ان بريماكوف قد وصل الى قمة مؤسسة كان قد انتم إليها صحفيا شابا في سنوات الخمسينيات غير ان بريماكوف يرفض المساعم التي تشير لانه كان رجل الكيجيبي منذ البداية فهو يشير في مذكراته الى منصبه الاكاديمية الكثيرة والعمل الدبلوماسي العصير الذي مارسه خلال سنوات كثيرة كدليل على انه لم يكن ذلك الجاسوس بريماكوف كما زعم خصوءه السياسيون واي كانت الحقيقة فقد تألق بريماكوف لأصبح عضوى في المكتب السياسي وشخصيات الرئيسية في السنوات ميخايل جورباتشوف المتربة وبعد نهار الالتحاد السوفيتي كان بريماكوف واحدا من مجموعة من المسؤولين السوفيات الكبار ممن احتفظوا بحس في السلطة وفي ذل عهد الرئيس بوريس يلتسن أصبح وزير الخارجية ثم رئيس اليوزراء روسيا لفترة الثمانية أشهر هزيمة كاملة وإدلال كامل هكذا يقول يفجين بريماكوف الذي كان في ذلك الوقت بالسلطة ومن الواضح أن الدهول أصب بريماكوف كما ورد في مذكراته من الطريقة السبيانية التي قاد بها ناصر بلاده نحو الكارثة وفي وقت اللاحق التقيت الكثير من الزعماء الذين لعبوا بمصر بلدانه على النحو السبياني ذاته وهو يسر على عكس مطراحه ناصر ومساعده لاحقا على أن الاتحاد السوفيتي لم يدفع مصر أبدا إلى الحرب مع إسرائيل والحقيقة أن غريشيركو أبلغ ناصر بأن المصريين لن يكونوا مستعدين للعمل الجاد قبل أقل من عامين ويروي بريماكوف كيف أرسل تقرير عجل لسحفته حول الطائرة حربية كان قد رآها تسقط في سماء القاهرة مفتردا أنها طائرة إسرائيلية وكان راديو القاهرة يتحدث عن أرقام غير واقعية عن خصائر إسرائيلية متوقعة غير أن بريماكوف كما يقول أعلم في وقت لاحق من مصادر السوفيتية أن الطائرة الوحيدة التي رآها تسقط كانت أيضا طائرة المصرية أسقطها مدفع مصري مداد للطائرات ويقول بريماكوف إن المشكلة العادم بالنسبة للعرب هي عجزهم عن التمييز بين الوهم والواقع فهم يعتقدون أنه يكفيهم أن يتمنوا أن الأمور تسير في اتجاه معين من نسبة لهم لكي تكون سائرة في ذلك الاتجاه ويقول بريماكوف المكان هو العاصمة المصرية القاهرة والزمان هو ربيع عام سبع وستين الرئيس جمال عبد الناصر يستقبل المريشال السوفيتي أندري جريشكو القائد العام لقوات حلف وارسو ناصر يسأل الزائر حول رأيه بحالة القوات المسلحة المصرية وغريشكو الذي قام للتوب جول على بعض الوحدات العسكرية المصرية يعبر عن ثنائه العالي على العمل الذي قام به المستشارون والمخططون العسكريون السوفيات العاملون في مصر ويستنتج قائل أن الجيش المصري هو الآن في وضع يمكنه من حل ناجح للمشاكل المختلفة في هذا المسلح من الصراع والرئيس المصري يشعر بالتباهي وهو مقترع بأن عمي من التعاون العسكري مع الاتحاد السوفيتي والواردات الهائلة من الأسلحة لاتحاد السوفيتي وحلفائه يوفران له فرصة لعرض عدلاته ضد إسرائيل وتأكيد ادعائه بزعامة العالم العربي وبعد أسابيع قليلة يثير ناصر قضية السواريخ الموجهة في مديق تيران التي أدت إلى هجوم إسرائيل في السادس من يونيو دريفوس السياي نجحت مع مصدق وفشلت مع ناصر وهناك كتاب أمريكي لرجل استخبارات عتيد هو ريبرد ريفوس بمثابة الشهادة يقدمها الرجل من وجهة نظره طبعا ويفند فيها ما يعتبر بالعلاقات الخفية والسرية بين عبد الناصر ووكلة المخابرات المركزية الأمريكية ويؤكد الكاتب أنه منذ أن ظهر جمال عبد الناصر على المسرح السياسي المصري وأصبح اللاعب الأهم والرئيس فيه أصبح هدفا رئيسيا لثلاث مخابرات هي وكلة المخابرات الأمريكية والمصاد وجهاز المخابرات البريطانية في عهد إيدن وأن الثلاثة حاولوا بجميع الطرق قتل عبد الناصر وإنهاء نظامه بأي صورة لخطورته الشديدة على مصالح هذه الجهات الثلاثة بل ويشير الكاتب إلى أن محاولة الاغتيال لجمال عبد الناصر والتي قامت بها جماعة الإخوان المسلمين كانت بتدبير خفي مع وكلة المخابرات الأمريكية يقول دريفوس في بداية الخمسينيات ظهر على مسرح الشرق الأوسط إثنان من زعامات القومية في اثنين من أقوى بلاد الشرق الأوسط وهما مصر وإيران في مصر نجحت مجموعة من الدبات الأحرار بقيادة جمال عبد الناصر في خلع الملك الفاسد الذي كان يحكم مصر في هذه الفترة وهو الملك فاروق وكان لذلك تأثير هائل على الأحداث في العالم العربي والشرق الأوسط لأن الثورة التي قام بها عبد الناصر هددت مصالح الغرب ونتيجة لمخاطر هذه الثورة ومحاولات رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق تأميم شركة البترول الإنجليزية الإيرانية قررت وكالة السياياء وجهاز المخابرات البريطانية الأمي سكس التحطيط للتخلص من الاثنين عبد الناصر ومصدق وقد نجح جهاز المخابرات والإنجليزي والأمريكي في خلع وطرد مصدق ولكنها فشلت فشلا دريعا مع عبد الناصر ويقول دريفوس إن جهازي المخابرات الأمريكي والإنجليزي قد اعتمد بصورة أساسية على جماعة الإخوان المسلمين واستخدمها كمحلة بالقط في الإطاحة بعبد الناصر وهذا يعكس بداية الاستسلة من الأخطاء التي التكبتها أمريكا في العالم العربي والإسلامي حيث إنها تلجأ للحركات الدينية الإسلامية للإطاحة بمن لا ترغب فيهم من الحكام والنتيجة أن الجن يخرج من القمقم وينقالب السحر على الساحر وفي إيران لجأت المخابرات الأمريكية لمجموعة من أيات الله للإطاحة بمصدق وكان هؤلاء هم القادر رحيانيين لأي تلوح ميني قائد الثورة الإسلامية في سنة وسبعين وعدو أمريكا اللذود كان كل من جمال عبد الناصر ومحمد مصدق إنعكاسا حقيقيا لأمل الشعوب في مصر وإيران ولكن أمريكا ومخابراتها لم تفهم ذلك ويقول منذ عام 1954 التي عزت فيها قبضته على السلطة في مصر وحتى عام 1970 كان عبد الناصر هو القائد الأسطوري لمصر والعرب العربي وقد ذكر أندري مرر أن عبد الناصر سيدخل تاريخ مصر ويصبح رمزها مثلما أصبح نابليوم من نسبة لفرنسا وقد شيع جنازته خمس ملايين من البشر بخلف عشرات الملايين من العرب الذين طووا أحزانهم الخاص عليهم داخل أنفسهم ولكن على مدار السنوات الخمسينيات والستينيات حاولت أمريكا ومخابراتها بكل وسيلة ممكنة الإطاحة بجمال عبد الناصر ويقول إيدكين مدير محطة عمليات المحابرات الأمريكية في القاهرة في أواخر الخمسينيات وأوالي ستينيات في مذكراته إنه لم يكن للمخابرات الأمريكية هم في هذه المرحلة سوى الإطاحة بعبد الناصر وقد اعتمدت المخابرات الأمريكية في تحقيق هذا الهدف على علاصر من النظام القديم من ملاك أراضي والصناعيين وغيرهم من عذاء وكارهي عبد الناصر إلا أن كل هذا فشل ويقول لقد جاء الثورة عبد الناصر في وقت كان يعيش فيه العالم العربي عصر الجليد السياسي وكانت القاهرة هي العصب السياسي والاقتصادي لهذا العالم ثم جاء عبد الناصر فأشعل هذا الجليد وخلق حالة إلهام لكل الثائرين لدى النظم ومن خلال راديو صوت العرب وكارزم عبد الناصر سقطت نظمه في العراق واشتعلت ثورات في لبنان والأرضن واتحدت سوريا مع مصر في عام 58 ولهذا السبب قررنا الثلاث عواصم هي لندن وواشنطن وتل أبيب تعبئة مخابراتها للإطاحة بناصر ورغم أن عبد الناصر لم يكن شيوعيا إلا أنه مثل أنظمة أخرى في أندونيسيا وغواتيمالا والكونغو كانوا يثيرون نزعة استقلالية درب الأمريكان في سنوات الحرب الباردة مع السوفيات لكن عبد الناصر كان أكثر من هذا كان يهدد جيران عرب له ويحاول زازات الاستقرار في دولهم وهكذا دلعت حرب باردة عربية بين مصر وبعض هذه الدول ويمضي كتاب لعبة الشيطان في بدايات عام 1956 أصبح عبد الناصر مسترقلق شديد لندن وواشنطن خوف من أن تتحد مصر والسعودية في دولة واحدة ويتحول الاثنان للقوة العربية هائلة كانت مصر في ذلك الوقت عشر ملايين نسمة وهي مركز القوى الاقتصادي والسياسي ولحد ما العسكرية في المنطقة بينما السعودية ترقد على ما يقرب 200 مليار برميل من البترول وهكذا بعد فترة الغزر الأولية التي اندلعت بين عبد الناصر والأمريكان ممثلين في جون فوستر دراس وزير الخارجية وأخوه ألان دراس مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في 53 و 61 وضابطه كيرميت روزفلد تحول الأمر إلى حرب باردة انضمت فيها واشنطن إلى لندن في مواجهة عبد الناصر منذ عام 53 كان أنتوني إيدر رئيس وزراء بريطانيا يكره ناصر بشدة مع ازدياد لمعاني وتكشف دوره وراء الانقلاب على فاروق في 52 ولذلك قررت تقديد الانقلاب من ضده كانت القوة الجاهزة لكي يستخدمها الإنجليز في ذلك بعد يأسهم من الجيش هي جماعة الإخوان المسلمين والتي كان هناك متعاطفون معها داخل النظام الجديد وعلى رأسهم اللواء محمد نجيب الذي استخدمه ناصر في البداية كواجهة للحركة وهو الأمر الذي أدركه وليوم لاكند مدير محطة المخابرات الأمريكية في القاهرة حيث يقول لقد أدركنا مع مرور الوقت أن النجيب هو مجرد واجهة لناصر إلا أن النجيب كانت له علاقات جيدة مع الإخوان ومرشدهم حاصر الهديب كان البريطانيون يأملون في أن يندلع السرون على السلطة بين ناصر ونجيب ويدعمون فيه نجيب من خلال ضمان دعم الإخوال له ويستولون على السلطة في النهاية وكان الإنكليز يأملون في أن علاقة عبد الناصر المتدبذبة مع الإخوان وخصوصا بعدما أدرك أنهم يريدون استخدامها لتحويل مصر لدولة دينية أصولية وأدرك أنهم يعارضون السياسات الإصلاح الزراعي وتطوير التعليم سوف تصب في غير مصلحته في النهاية وتؤدي إلى تحالف بين نجيب وبينهم في مواجهته ويذكر الكاتب أن سعيد رمضان أحد قيادات الإخوان وقريب حسن البنة قال للسفير الأمريكي جيفري كافري في ذلك الوقت أنه اجتمع مع الهديبي وأن الأخير عبر عن سروره البلغ من فكرة الإطاحة بعبد الناصر والضباط الأحرار بل أن تريفر إفنس المسشار الشرقي للسفارة البريطانية أعقد على الأقل اجتماعا مع حسن الهديبي لتنصيق التعاون مع نجيب للانقلاب على ناصر وهو ما كشفه عبد الناصر فيما بعد وقرر مواجهة الحركة الأصولية وهكذا في عام 1954 بدأ أيضا يطلب رأس عبد الناصر ولذلك قرر جهاز المخابرات الأبريطانية الخارجية الأمي سكس القيام بمحاولة الاغتيار عبد الناصر وقم مدير هذا الجهاز في ذلك الوقت جورج يونج بأجسال تريغراف عجل إلى الأندلس مدير مكارة المخابرات المركزية الأمريكية وطلب فيه بكل صراحة بالتعاون لاغتيار عبد الناصر مستخدما عبالة تصفية وقال إذن في ذلك الوقت لا أريد سماع كلام فارغ عن عزل ناصر أريد قتله هل تفهمون؟ ومنذ بداية 1954 بدأت الاضطرابات تجتاح القاهرة والتوتر الشديد يسود العلاقة بين ناصر من جهة ومحمد نجيب والإخوان المسلمين من جهة ولم تكن أصابع المخابرات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية بعيدة عن ذلك كانت المخابرات الأمريكية والبريطانية تسجل جميع تحركات الإخوان على علم واتصال بقيادتهم وكما يقول روبرت باير مدير العمليات الخارجية السابق في وكرة المخابرات الأمريكية قررت الوكالة لأن ممر المخابرات البريطانية في اللجوء لفكرة استخدام الإخوان المسلمين في مواجهة عبد الناصر ويقول كان البيت العبيد على علم أولا بأول بما يجري واعتبر الإخوان حليفا صامتا وسلاحا سريا يمكن استخدامه ضد الشيوعية كان البيت العبيد بغباء شديد يعتقد أن عبد الناصر شيوعي وقرر البيت العبيد أن يكون هناك تحرك ضد عبد الناصر وأن تكون جماعة الإخوان فيها رأس الحرب في ذلك ولكن بشرطا ليكون هذا التحرك بأمر مكتوب منه وأن لا يتم تقديم أي تمن الأمريكي من الخزانة الأمريكية أي بصراحة مجرد موافقة بهذا الرأس ودون أن تكون مسجلة بأي صورة وهكذا قمت المخابرات الأمريكية والبريطانية بإعداد فرق الاغتيالات في الإخوان وذلك بالتعاون مع منظمة فدائي الإسلام الإيرانية التي لعبت دورها الرئيسيا في إسقاط محمد مصدق رئيس وزراء إيران وقد قام وفد من جماعة فدائي الإسلام بزيارة القاهرة فعلا في 54 لتنسيق التعاون مع الإخوان وكان هذا الوفد بقيادة ضعيمه من أواب سفافي وزر القاهرة في إيناير 54 وهو التاريخ الذي بدأ فيه التوتر يدب بين الناصر والإخوان لم يكن عبد الناصر تصور أن الإخوان سيصل بهم الحال للتنسيق لاغتياره وأن يكونوا مخلب قتل لأجهزة مخابرات عالمية ولذلك لم يلتفت إليهم وانشغل بصراعه ضد نجيب توالي شهرين فبراير ومارس 54 ولكن في أبريل قدم عبد الناصر أول مجموعة من قيادة الإخوان المحاكمة وتساعدت المواجهة معهم وأسر الحال في شهر سبتمتمر 54 بمنع سعيد رمضان وخمسة من زملائه من السفر لسوريا لتعبئة أفرعهم في السودان وسوريا والعراق والأرضا ضد جمال عبد الناصر ثم جاء يوم السادس والعشرين من أكتوبر لأشهد محاولة اغتيال عبد الناصر من قبل أحد أعضاء الإخوان ولم يكن التدبير بعيدا عن أيدي المخابرات البريطانية وعن علم المخابرات الأمريكية فقد كانت هناك لقاءات المتوالي لهم مع الإخوان وكانت التعليمات من أيدن ومن البيت الأبيض إزنهاور أن يتم الأمر دون أن يكون هناك أي وثر على تورث بريطاني أمريكي في تلك العملية التي استهدفت رأس عبد الناصر حسب ما طلب أيدينا شخصيا إلا أن المخابرات البريطانية والأمريكية لم يحتأوا بعد فشل محاولة الاغتيال فقرروا اللجوء لأساليب أخرى قرروا الاثنين لتسريب أموال المصر لرشوة طبيب عبد الناصر الخاص لتسميمه من خلال ودع سم من قاتل في بعض قطع الشوكولات ماركا جروكي المصرية الشعبية المعروفة وحاولوا حتى اتباع السليب جيمس بوند من خلل إعداد علبة سجائر خاصة تقدم لعبد الناصر وبالمجرد أن يشعل سيجارة منها تتحاول إلى سهم من السموم كما حاولوا ودع حبة سم في القهوة التي يشربها عبد الناصر إن كل هذه المحاولات بأت بالفشل وخصوصا بعد توقيع الجلاء إلا أن المواجهة العلانية جاءت في حرب 56 ويقول مؤلف كتاب لعبة الشيطان إن بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في عدوانهم الثلاثي كان تصورهم أنه بعد الإتاحة بعبد الناصر سيكون البديل هو نظام يقف على رأسه محمد نجيب ويسانده لخول المسلمون وقد حاولوا فعل الاتصال بكلوني النجيب كما قامت المخابرات البريطانية من خلال ضباتها نيل مكلن وجوني الأمري بتنظيم حركة المعارض لعبد الناصر في جنوب فرنسا وفي سويسرا بل طلبوا من نورمان دربشير مدير محطة المخابرات البريطانية في جنوب فاتح اتصال مع أداء جماعة الإخوان المسلمين الفرين إلى سويسرا بقيادة سعيد رمضان وكان المطلوب منهم الاستعداد للوقوف بجوار محمد نجيب بعد تمكينه من السلطة بعد الإتاحة بعبد الناصر والبدأ بسرعة في تشكيل حكومة في الأمنفى من أجل هذا الغرض ولكن الكل يعلف ما حدث فقد فشل العدوان بعد نادنته أوليات المتحدة التي خافت من أن يحسد السوفيات مكاسب من رأي هذا العدوان أعلوات على رغبة الرئيس إزنهاور في فتح صفحة جديدة مع عبد الناصر إلا أن هذه الصفحة سرعانة منطوت لأن الأخوان دلس قرر العودة لنفس أسليمهم القديمة في مواجهة عبد الناصر والقومية العربية ويقول مؤلف كتاب العبة الشيطان إن بايلس كوبلند الذي حول تلطيخ صورة عبد الناصر من خلال كتاب العبة الأمم كان في هذه الفترة بعد فشل عدوان 56 من أشد المعجبين بعبد الناصر وقد وصفه قائلا إنه من أكثر الزعماء شجاعة وحصانة ضد الفساد وأكثر الزعماء القوميين إنسانية في المبادئ ويقول جونفيل الخبير في شؤون الإسلام كان من الطبيعي أن تسع وكرة المخابرات الأمريكية ومعها المخابرات البريطانية في دعم جماعة الإخوان المسلمين في إسرعيها ضد عبد الناصر لأنها كانت المذيلة الوحيدة له وكان من الغبايا لا يكون لهذه الأجهزة المخابراتية علاقات معهم باعتبارهم الكرت الوحيد الباقي على ساحة السياسة في مصر في النصف الأول من الخمسينيات ويلتون وين أول قائد مهزوم في التاريخ يلقى تأييدا شعبيا ويقول المؤرخ السياسي الأمريكي ويلتون وين في كتابه ناصر العرب لقد أصبح ناصر زعيما لكل العرب لأنه يمثل شعورهم اليوم أستقى تمثيل ويقول وين إن مواقف الغرب كان طيبة منه حتى اشترى الأسلحة من الشيوعيين فانقلبت وصبت جامع دمه عليه وإنه كثيرا ما كانت الصعف الغربية تزور الحقيقة متعمدة وبخاصة الإنجليزية إبان أزمة السويس كما يقول على لسان مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق إنجلتون إن ناصر كان مسؤول عن كل مشكلات الغرب في المنطقة وليس من المستطيع إزاحته إلا بهزيمة عسكري للجيش المصري وعندها سيبقى العرب بلا خيار سوى السلام ويقول وين بعد ذلك تدخلت الحكومة الأمريكية بشكل سري في حرب 67 وبإمكان إجمع عدد كبير من الدلائل وكلها تشير إلى تشجيع والتورط الأمريكي في الهجوم الإسرائيلي لقد فوجئنا بأن العرب حتى بعد الهزيمة النكراء التي حلت بهم ما زالوا يتحدثون بلهجة القوي المنتصر ويتسأل هل ربحت إسرائيل الحرب ويريد جواباه بشكل غير مباشر على لسان المحلل الاستراتيجي أندري بوفر الذي يعرف النصر بأنه إما تحتيم العدو تماما أو أن تجعله في موقف يقبل ما تمليه عليه من شروط فيقول إذا ما أخذنا بهذا التعريف نجد أن الإسرائيلي لم ينتصروا حقا حينما نراقب الكلام الذي جرى بينه وبين العرب في أعقاب الحرب إن موقف ناصر في بلاده أصبح أشد صلابة من موقفه لو لم تقع الحرب ثم يقول بعد ذلك لقد كان أول قائد مهزوم يلقى التأييد الجماهري وبخاصة في السودان حيث تمكن من فرد لآته الثلاث وقال لقد امتلأت البيوت والمحال في الأردن واللبنان بصور ناصر حتى أن كميل شمعون والملك حسين كان يشعران بغيرة وحارق شديدين حافظ الأسد حذي الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد من بين الحكام العرب بنصيب الأسد من مذكرات رؤساء ووزراء ومسؤولي العالم وبخاصة الرؤساء الأمريكيين ووزراء خارجيتهم نظر لدور بلاده المحوري في الشرق الأوسط بصفة عامة والصراع العربي الإسرائيلي على وجه الخصوص وهناك أربعة رؤساء أمريكيين مثلا أسهبوا في الحديث عن الرئيس السوري الراحل وأجمعوا كلهم على أمر واحد أنه كان يريد سلاما قائما على استعادة الحقوق كاملة دون نقسان وأن موقفه المتمسك بعودة مرتفعات الجنان كاملة وتوجهاتها القومية الراسغة في مواقفه وتعنت إسرائيل ومنوغتها كان السبب في عدم إقرار السلام في المنطقة بوش الأب ابن فشل لأنه لم يعمل بنصيحة الأسد آخر هؤلاء الرؤساء السابقين الذين تذكروا الأسد معترفين برأيته الثاقبة قبل وفاته وتحذيرته للأمريكيين من احتلال العراق قبل سنوات من غزوها هو الرئيس جورج بوش الأب الذي اعترف بأنه نقل لابنه بوش الأب نصيحة الأسد لمنعه من غزو العراق ولكنه لم يعمل بها ودفع الثمن على حد تعبير الرئيس الأسبق بوش الأب بوش الأب تتلقى في حديث ذكريات مع قناة السيانان إلى رد وردة الجيش الأمريكي في العراق وأعرب عن أسفه على ما أل إليه حل الجيش هناك وفي سياق الحديث قال بوش الأب أن الرئيس الراحل حافظ الأسد قال له نحن لسنا مع احتلال العراق للكويت وأنتم الآن ستدخلون إليها لإخراج القوات العراقية ولكن عليكم أن لا تدخلوا العراق بعد ذلك بل أن تنسحبوا من المنطقة فورة تسليم الكويت لحكومتها ويضيف الرئيس بوش الأب أن الرئيس الراحل حافظ الأسد قال له إذا فاتل لذلك إن دخلتم العراق ستعجزون عن الخروج منها وأداف الرئيس بوش الأب لقد نسحت ولدي بعدم التورض في العراق مرارا لكنه لم يسمى إليه وأسألني على ما أبني رأي فأجبته بأنني أبني على رأي خبير وحكيم في المنطقة هو حافظ الأسد وبعد مرور 17 عام من النصيحة التي قدمها الرئيس حافظ الأسد للرئيس بوش الأب يرتسم أمامنا المشهد الماسوي كما توقعه الرئيس السوري الرحل الذي قال عنه جيمس بيكر وزير الخارجية في عهد بوش الأب في مذكراته الأسد كان يتمتع بذكاء عجيب وفتنات سياسية غير عادية ويعتبر الرئيس الأمريكي السابق بالكلينتون من أكثر الرؤساء الذين تناولوا في مذكراتهم التي حملت كتاب سيرته الذاتية حياتي شخصية الرئيس الراحل حافظ الأسد من خلال احتكاكه المباشر به كلينتون الأسد تمسك بكامل لطراب أردح الرئيس الثاني الذي أسهب في تناول شخصية الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد هو الأمريكي بيل كلينتون وكانت آخر محاولة للتوصل إلى إقامة السلام بين السورية وإسرائيل تلك التي قام بها كلينتون أثناء لقائه مع الأسد في السادس والعشرين من مارس الفين بجنيف حيث قدم كلينتون في ذلك اللقاء الذي استمر خمس ساعات خريطة ودع عليها تعديل لحدود سبعة وستين ولكن الأسد رفتها وفضل الانتدار للسعادة الجولان بأكملها غير منقوسة كما يؤكد كلينتون وقبل أن يتطرق إلى ما كتبه كلينتون على الأسد يجدل القول أنه ليس هناك رئيس أمريكي كرس وقتا لمساعي تحقيق السلام في الشرق الأوسط أطول من الوقت الذي كرسه الرئيس الأمريكي السبق بكلينتون وأنه أخفق في إنجاز السلام رغم مساعيه الكبيرة المهمة فالرئيس كلينتون ظن أنه سيرضي إسرائيل من خلال تفرغه شبه الكامل لإقامة السلام في الشرق الأوسط وقد عمل المحال لإجبار الجانب العربي للتخلي عن القدس والاكتفاء بسلطة الرمزية ربدة أمتار حول الحرم وبالتخلي عن حق العودة للفرنسيين مع عروض دولي لتوطن اللاجئين في تخوم القرات الخمس وبغد الظرف عن المستوطنات التي أصبحت مدن مع الاكتفاء بتفكيك بدعم السوطنات من تلك التي لا يزيد عدد المستوطني إن فيها على عشرات والكوارث التي حدثت في السنوات التالية تندرج إلى حد ما في فئة التركة التي خلفها كلينتون ولو أنه نجح فلربما لم يكن ممكن لأريا شارون الذي يلقد في غيبوبة طويلة أن يكون رئيسا لوزراء إسرائيل فيما بعد ولربما استعدت سوريا مرتفعات الجولان ولربما أسرت إسرائيل تشهر بالأمن ولربما أيضا دخلت المنطقة في حقبة من السلام والإزدهار وليس هناك شك في أن فرصة كوكبرى قد فاتتت أثناء فترة وهي فرصة ضائعة يدفع الجميع الثمنها الآن ومن الجائز القول أن الولايات المتحدة لو نجحت في لعب دور الوساط للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة ومحاولة بين العرب والإسرائيل في فترة من بين سنة وتسعين وألفين وهي تسوية كانت في المتناول عندئذ لكن من الممكن أن تختلف أدور المنطقة مما هي عليه الآن بكثير كان كلينتون يؤمن أنه مضطر إلى التفاوض والإقناع والتوفيق والمصالحة وليس إلى اتخاذ القرارات الحازمة والعنيفة التي من الممكن أن تسعي إلى شعبيته كثيرا ففي تعاملاته مع القادر الإسرائيليين على وجه الخصوص كان من الواضح أنه لا يتمتع بقدر كاف من الحزم في عام 1994 سفر إلى روسيا وفي طريق العودة التقل لمرة الأولى مع الرئيس السوري حافظ الأسد وأن تجعل لقائهما بيانوا صريح من الأسد أنه وافق على إبرام السلام وبناء علاقات طبيعية مع إسرائيل والتزامه بسحب القوات السورية من لبنان عند تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وأهم ما جاء في مذاكرات كلينتون هو اعترافه الصريح بأن الرئيس الراحل حافظ الأسد كان صادقا في رغبته لصنع السلام وأنه كان مستعدا لأن يكون مرنا وإيجابيا في المفاوضات مع إسرائيل وفيما يخص الجبهة السورية من المفاوضات مع إسرائيل وصف بالكلينتون الرئيس السوري حافظ الأسد لأنه كان قاسيا ولكنه كان ذكيا وقال إنه قبل أول اجتماع معه في جناف سنة 94 سمع عن اجتماعات الأسد الطويلة وتوقع أن يستمر اجتماعهما لستة أو سبع ساعات لأنه كان مرحقا لكن الاجتماع استمر لساعات أقل وقال كلينتون إنه حصر على تنزلين من حافظ الأسد في ذلك الاجتماع استعداده للأتراف بإسرائيل مقابل الانسحاب الكامل من الجولان واستعداده للانسحاب من لبنان مقابل حل شامل لمشكلة الشرق الأوسط وقال كلينتون إن قراره بزيارة سوريا ومقابلة الأسد مرة ثانية وجد معارضة ربما يقصد من الاستقاء إسرائيل وذلك بسبب تأيد الأسد لحزب الله لكن كلينتون كان يعرف أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن اتحقق أبدا بدون مصالحة بين السورية وإسرائيل وفي الحقيقة إن كلينتون اعتنق الرأي الإسرائيلي القائل إن أي شخص يعرض احتلال إسرائيل الأرض العربية هو شخص إرهابي حين جاء نتنياهو في مايو سنة 96 مملؤا بالغرور والغطرسة حيث أعلن أنه يرفض مبدأ مدريد الأرض مقابل السلام على رغم أنه كان النتق الرسمي لوفد إسرائيل في مؤتمر مدريد وقد طرح الأمن مقابل السلام وكان مستشروه وهم مجموعة من الصهرين المتطرفين الذين انتقل بعدهم إلى وزارة الدفاع الأمريكية في عدبوش الأبن يريدون نسف عملية السلام كلها وإجبار العرب على الإسلام كامل دون السعادة شيء من حقوقهم وكان الرئيس كليمتون بسدد إصدار اقتراح من ساحب إسرائيل من الدفة ومتابعة أوسلو حين فاجأه نتنياهو بالرفض ولكي يريه من الأقوى في أمريكا رئيسهم رئيس وزراء إسرائيل استعرض نتنياهو مكنته في الكونغرس وفي لجنة آيباك وسط تصفيق غير مسبوق وهدد بإحراق بواشنطن وتم تنفيذ الحريق بفستان مونيكا الأزرق وبمحاسبة إيلاري على كلمات قالتها قبل سنين شتمت فيها يهوديا وجاء باراك وأرسل وسطان لدعوة السورية للعودة إلى المفاوضات وعادت في مطلع عام 2000 في شبرستاون ولكن باراك أنكرت عهد رابين من انسحاب كم من الملاجلين ثم اعترف وكان كلينتون قد خشي على نفسه من الصهيونية فجدد ولقاه لإسرائيل وأكد التزام أمريكا بكل ما تطلبه ولهذا فإنه لم يستخدم نفوضه وموقعه كحاكم وارع لعملية السلام وبعيدا عن الموافقة للانسحاب إلى دفة بحيرة طبرية للحدود السورية أراد باراك أن يوسع حدود إسرائيل لمسافة مئات الأمتار نحو الشرق لدم الطريق المنتفي حول البحيرة وقام كلينتون على نحو المتحور بالموافقة على هذا المطلب بدلا من مناقشته وتنفيذه وبارتكابه هذا الخطأ تصرف كلينتون كم رسل الأكثر يعمل لدى إسرائيل وليس كرأيس أمريكي وقد حكم هذا الخطأ بالإخفاق على آخر اجتماع عقده كلينتون مع الرئيس الراحل حافظ الأسد في جونيف مارس عام 2000 فأدى ذلك الإخفاق إلى أرجاع قضية إسلام في المنطقة كلها إلى حيثما بدأت والمثير أن كل عوائد السياسة الأمريكية تصب في الحضن الإسرائيلي ولم تكن مصادفة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية هدد بإحراق البيت الأبيض قبل أن تفجر فضيحة مونيكا بأيام وفرد على كلينتون الذي تحول إلى بطة مشلولة تغييرا في جدول الأولويات وإذا كان نتنياه وحكومته قد حاذروا الحديث عن الفضيحة لأنه موضوع يخص الرئيس كما قال فإن زعيم اليمين اليهودي المتطرف على الساحة الأمريكية جانشو اختصر الحالة الإسرائيلية إذا وقعت كلينتون وقال إن إلهانا يعاقب كل من يحاول تهديد إسرائيل وابتزازها إن مونيكا تمثل البطرات العصرية للملك استهير التي أنقذت الشعب اليهودي من مصير المدلم بسبب زوجها الملك الفارسي أحشو برش يقول كلينتون في فصل الرابع والخمسين صفحة ثمانمائة وثلاثة وثمانون ثمانمائة وثمانون وثمانون في أول يناير عام الفين ذهبت إلى الشبرتون في غرب فرجينيا لبدء محادثة السلام بين سوريا وإسرائيل وكان إيهود باراك قد دغت علي بقوة للبدء بالمحادثات في وقت مبكر من العام كان قد بدأ يفقد صبره فيما يتعلق بعملية السلام مع عرفات وكان غير متأكد فيما إذا كان بالإمكان حلو الخلافات حول القدس بالمقابل فإنه كان قد أخبرني قبل بشهور أنه كان مستعدا لأرجاع مرتفعات الجنان إلى سوريا طالما كان بالإمكان دمأنة مخافي إسرائيل فيما يتعلق بمحطة الإندري المبكر التابعة لها في الجولان وفي اعتمادها على بحيرة تبريس والمعروف كذلك ببحيرة تبرية وذلك بحصوليها على ثلث مائها ومعروف مدى حرص اليهود على المياه وخصوصا لعذبة بل إن بعض المراقبين توقعون أن تكون الحرب المقبلة نوافعها سراعات على الماء يقول كلينتون قبل مقتل إسحاق رابين قد أعطني تعهد من الإنسحاب من الجولان إلى حدود الرابع من يونيو عام 67 طالما أن السورية كانت ستضمئن المخافة الإسرائيلية وكان التعهد قد أعطي على شرطين احتفظ به في جيبي حتى يتم تقديمه بشكل رسمي إلى السورية في سياق حل شامل بعد موت إسحاق ويقول أكد شيمون بريز على التحوذ مرة أخرى على هذه الأسس دعمنا محادثة بين السوريين والإسرائيليين في 96 في وايريفر أراد بريز مني أن نوقع معاهدة مني مع إسرائيل إذا ما تنازلت عن الجولان وهي شكرة اقترحتها على نتنياه لاحقا وقدمها باراك مرة أخرى وقد أخبرتهم أنني كنت مستعدة لفعل ذلك استمر دينيس روس وفريقنا في إحراز التقدم إلى أن هزم نتنياه بريز في وسط اندفاع في العمليات الانتحارية الفلسطينية ثم تدعت المفاوضات السورية وأراد باراك البدأ بها مرة أخرى رغم أنه لم يكن مستعدا لإعادة تأكيد على كلمات تعهد بريز الثمينة ولا عجف كلما عهد عادا نبذه فريق منهم ويقول كان على باراك أن يتجذل معهية إسرائيلية منتخبة مختلفة من من أنتريكا التي تعمل معها الرابين لقد كان هناك عدد أكبر من المهاجرين والروس بشكل خاص كانوا معارضين لتسليم الجولان ويواصل قد شرح لي ناتان شارانسكي والذي أصبح بطنة في الغرب خلال سجنه في الاتحاد السوفيتي والذي رافق ناتنياه إلى واي ريفر في عام 98 شرح لي موقف اليهود الروس لقد قال إنهم جاءوا من أكبر دولة في العالم إلى واحدة من أصغرها ولم يعتقدوا أنهم من الصحيح جعلوا إسرائيل صار بالتخلي عن الجولان أو عن الدفة الغربية كما أنهم لم يعتبروا أن السورية تشكل خطرا على إسرائيل فهم لم يكنوا في حالة سلام ولكنهم لم يكنوا في حالة حرب كذلك إذا هجمت سوريا إسرائيل فإن بإمكان الإسرائيليين أن تسروا بسهولة فلماذا يتخلوا عن الجولان ويتابع كلينتون وبما أن باراكل موافق على وجهة النظر هذه فقد كان عليها أن يقاومها ومع ذلك أراد أن يصنع السلام مع سوريا وكان مقتنعا بأن القضاء يمكن أن يعاد حلها وأراد مني أن أجمعهم للمفاوضات في أقرب وقت ممكن ويؤكد كلينتون بحلول يناير 2000 كنت قد عملت لما يزيد عن ثلاثة أشهر مع وزير الخارجية السوري فاروق الشرع وبالتلفوه مع الرئيس حافظ الأسد للتهيئة لمرحلات المفاوضات ويقول لم يكن الأسد في صحة جيدة وأراد أن يستعيد الجولان قبل وفاته ولكن كان عليه أن يكون حذرا وكان متمسكا بأنه ينبغي أن تستعيد سوريا كل الأرض التي كانت تحت سيادتها قبل ربع مليون سبع وستين من خلال اتفاقي أرضى عنها السوريون في بلاده ويتابع كلينتون في خريف عام تسعين وتسعين وبناء على ترب باراك أرسلت للأسد بأرسالة قلت فيها إنني أعتقد أن باراك مستعد للقيام بصفقة إذا استطعنا حل تعريف الحدود والسيطرة على المياه ومركز الإنذار المبكر وأنهم إذا ما توصلوا إلى اتفاقية فإن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لإقامة علاقات ثنائية مع سوريا وهي مسألة لح باراك عليها ويقول لقد كانت هذه خطوة كبيرة لنا بالنظر إلى دعم سوريا السابق لجماعات تهاجم إسرائيل كحزب الله اللبناني وبالطبع فقد كان على الأسد أن يوقف دعم هذه الجماعات لكي يحصل على علاقات طبيعية مع الولايات المتحدة ولكننا رأينا أنه إدى السعاد الجولان فإن دافعه لدعم هذه الجماعات مثل حزب الله سيختفي ويضيف كلينتون لقد أراد باراك سنع السلام مع لبنان أيضا لأنه التزم بسحب القوات الإسرائيلية من لبنان نهائيا وكانت اتفاقية السلام ستجعله من إسرائيل مكانا أكثر أمانا من حجمات حزب الله لتولي الحدود ولن يبدو الأمر كأن إسرائيل انسحبت بسبب الهجمات وقد كان يعلم جيدا أنه لا توجد اتفاقية دون موافقة سوريا وتدخلها ويقول كلينتون وقد أجاب الأسد بعد ذلك بشهر في رسالة بدأت أنها تراجعا عن موقفه السابق ربما بسبب حالة عدم الاستقرار والتي سببتها المشاكل الصحية لديه والذي بدأ أنه قد استعاد صحته بشكل كامل لقد أخبرهم الأسد أنه يدو السينف المفاوضات وأنه كان مستعد لصنع السلام لأنه أعتقد أن باراك كان جدا حتى أنه وافق على أن يقوم الشرع بالتفاوض وهو أمر مفاله من قبل طالما كان باراك سيستلم المتفاوض بنفسه عن الجانب الإسرائيلي ويواسل كلينتون حديثه وقد قبل باراك ذلك السريعا وأراد أن يبدأ فورا وقد ودحت أننا نستطيع القيام بذلك أثناء عياد الميلاد وقد وافقه على جدولنا الزمني محادثة تمهدية في واشنطن في متصف شهر ديسمبر يتم استئنافها بعد ذلك في أول العام الجديد بمشاركة مني وتستمر دون توقف حتى يتم التواصل إلى اتفاقية ويقول كلينتون وقد بدأت محادثات واشنطن ببداية صعبة بسبب تصريح الشرع العناني العدواني ومع ذلك ففي المحادثات السرية وعندما اقترح الشرع أن علينا أن نبدأ من حيث توقفة المفاوضات في عام 96 مع التزام رابين الجاهز بحوذة 4 يونيو إذا ما تم التلبية رغبات إسرائيل أجب براك بالقول بأنه طالما لمقدم أي التزام بالأراضي فإننا لنمح التاريخ ويواصل كلينتون قد اتفق الرجلان بعد ذلك على أن بإمكاني تحديد الترتيب الذي سيتم مناقشة القضايا وفقا له بما في ذلك قضايا الحدود والأمن والماء والسلام وقد أراد براك للمفاوضات تستمر بدون توقف وكان هذا سيتطلب من السوريين نعمل خلال نحية شهر رمضان الذي يوافق السبع من يناير وأن لا يعود إلى الوطن إلى احتفال بعيدهم التقليدي عيد الفترة في نحية فترة السوم وقد وافق الشرع وذهب الطرفان إلى وطنيهما للسعداد ويودح كلينتون رغم أن براك قد ضغط بقوة من أجل مفاوضات مبكرة إلا أنه سرعان مبذأ بالقلق حول التبعات السياسية لتسليم الجولان دون أهدد شاب الإسرائيلي لهذا الأمر وقد أراد غطاء من نوع معه السينف المسر اللبناني والذي ستتم إدارته من قبل السوريين بمشورة اللبنانيين وإعلن دولة عربية واحدة للأقل برفع مستوى العلاقات مع إسرائيل إضافة إلى فوائد أمنية واضحة تقدمها الولايات المتحدة ونثاق تجارة الحر في الجولان وقد وفقت على دعم جميع هذه التربات وخطوت خطتا بعد فاتصلت بالأسد في التاسع عشر من ديسمبر وطلبت عليها أن يجرس نف المحادثات على المسار اللبناني في نفس الوقت الذي تجري فيه المحادثات السورية وأن يساعد في إرجاع الإسرائيليين الثلاثة الذين لا يزالون على رائحة المفقودين منذ الحرب اللبنانية التي جرت قبل عشرين عاما تقريبا ويقول الرئيس الأمريكي السابق في مذكراته وقد وافق الأسد على الطلب الثاني وقمنا نحن بإرسال فريق شرعي إلى سوريا ولكن لسوء الحد فإن المفقودين لم يكونوا حيث كان الإسرائيليون يعتقدون أنهم سيجدونهم أما فيما يتعلق بالقضية الأولى فقد تجنب الأسد أعطاء إجابة واضحة وصريحة وقال إن المحادثات اللبنانية سيتم السنفها ما أن يتحقق هناك تقدم على المسار السوري ويقول إن شبرتاون هي مجتمع ريفي تبعد أكثر بقليل من ساعة واحدة بالسيارة عن واشنطن وكأن باراك قد أسرع الاجتماع في مكان منعزل لتقليل التسريبات ولم يرد السوريون الذهب إلى كامديفيد أو وايو ريفر لأن مفاوضات أخرى تتعلق بالشرق الأوسط على مستوى العالم الأهمية قد حدثت هناك وقد كان هذا جيدا بالنسبة لي فقد كانت أماكن المؤتمرات في شبر التاء المريحة وقد كان بإمكاني نصل إلى هناك من البيت الأبيض في غضون عشرين دقيقة بالهيليكورتر بدأ سريعا أن الطرفين لم يكون بذلك الباد عن بعضهما في القضايا المتفاوض عليها أرادت سوريا أن تسعيد الجران كاملا ويقول كلينتون أرادت سوريا من الإسرائيليين أن ينسحبوا في غضون الثمانية عشر شهرا في حين أراد براك أن يتم الانسحاب خلال ثلاث سنوات أرادت إسرائيل أن تمكث في محطة الإندار المبكر في حين أرادت سوريا أن تتم إدارة المعارضة من قبل موظفين أمم المتحدة أو ربما من قبل موظفين أمريكيين أرادت إسرائيل أن تحصل على دمانات على نوعية وكمية المياه المتدفقة من الجران إلى البحيرة وقد وافقت سوريا على أن تحصل على نفس الدمانات على مياهها المتدفقة من تركيا ويتابع وقد أرادت إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة ما أن يبدأ الانسحاب في حين أرادت سوريا مفسوى علاقات أقل من ذلك حتى ينتهي الانسحاب بشكل كامل ويقول كلينتون لقد جاء السوريون إلى شبرتهم بعقلية إيجابية أمرنا وكانوا ناقبين في عقد اتفاقية في المقابل فإن باراك الذي قد دفع بقوة من أجل المحادثات كان قد قرر على ما يبدو وفقا لمعلومات الاستفتاء أن عليه أن يبدأ من خطوه في العملية لعدة أيام حتى يتمكن من إقناع الشاب الإسرائيلي بأنه كان مفويدا صعبا وقد أراد أن أستخدم علاقة الجيد مع الشرع والأسد لإبقاء السوريين السعداء في حين يقول هو أقل ما يمكن قوله خلال تلك الفترة التي سيفرضها لنفسه ويتابع كلينتون إذا كان باراك قد عمل مع السوريين من قبل أو إذا كان قد أعطان بعد الملاحظات المتقدمة فلربما كان ذلك يمكن تذبره بدونه كنا نريده أن تظهر اهتماما أكثر بلاي الإسرائيليين ولكن الأسد كان لديه مشاكله السياسية الخاصة وكان قد تغلب على شبئزه المعروف من الإخلاط العالي المستوى مع الإسرائيليين لأنه وثقبيه بتثمينات باراك ويتابع كلينتون لم يكن باراك دخل عالم السياسة منذ زمن طويل وقد اعتقدت أنه قد حصل على نصيحة بلغة السوء ففي الشعون الخارجية تكون الاستفتاءات عديمة الفائدة غالبا يستأجر الناس القادة ليحرز لهم النصر والنتائج هي المهمة لم تكن كثير من قرارات الأكثر أهمية في السياسة الخارجية التشعبية في البداية لو أن باراك سنع السلم مع السورية فقد كان ذلك سيرفع موقفه في إسرائيل وفي العالم كله وكان سيرفعه من فرص النجاح مع الفلسطينيين وإذا ما فشل فإن أيام قليلة ذات النتائج جيدة للاستفتاءات التلاشى مع الرئي وبرغم كل محاولات لما ستعى تغيير تفكير باراك فقد أراد مني أن أسعد في إبقاء الشرع لمنصة بينما ينتظر هو وأن أفعل ذلك في شبرة الدولة المنعزلة حيث لا يوجد إلا القليل من مشاغل العمل ويقول حاولت مادلين ألبرايتو ودينيس روس التفكير بطرق مبدع لتبهين التزام باراك بتاعه ديرابين بما في ذلك فتح قناة خلفية بين مادلين ألبرايتو وبثين شعبان المرأة الوحيدة في الوفد السوري كانت بثين مرأة فصيحة ودت تأثير وكانت قد عملت دائما كمترجمة للأسد لدى التقائنا كانت تعمل مع الأسد منذ سنوات وقد كنت متأكد من أن وجودها في شبرة تاون كان لدمان أصول الصورات الكاملة وقالة معدلة عما كان يحدث للأسد ويواصل كلينتون في يوم الجمعة الذي وفق اليوم الخامس توصلنا إلى مسودة اتفاق السلام مع وضع خلافات الطرفين بين القوسين وقد تجاوب السوريون بشكل إيجابي لدى السبت وبدأنا الاجتماعات حول قضايا الحدود والقضايا الأمنية مرة أخرى أظهر السوريون مرونة حيال كلا القضيتين وقالوا إنهم سيقبلون بتعديل فيما يتعلق بشريط الأرض الذي يحد بحيرة تبارية لأسل إلى خمسين متر مائة واربعة وستين قدما وذلك إذا قبل السوريون بخط الرابع من حزيران كأساس للتفاوض وقد كان هناك بعض المنطق العملي في هذا فعلى ما يبدو فإن البحيرة كانت قد تقلصت في حجمها في الثلاثين سنة الأخيرة وقد شجعني ذلك ولكن سرعان ما ظهر أن براك لمفاودي من فريقه ليقبل بخط الرابع من يونيو مهما قدم السوريون وفي يوم الأحد وفي غداء مقدم لأهود نافا براك في مزرعة مادن أربرايت قدم كل من مادن أدنس عرضا أخيرا لبراك فقد أظهرت سوريا مرناتر مع ما أرادته إسرائيل إذا ما تم تلبية حاجاتها ولم تتجعب إسرائيل بطريقة مقبولة فما ذكر توريد قال براك إنه يريد استهناف مفاوضات المساري اللبناني وإن ذلك إذا لم يحدث فإنه سيتوقف لعدة أيام ثم يعود ولم يكن الشرع في ودع يسمح له بسماع ذلك فقال إن شبرتاون كان فاشلا وأن براك لم يكن صادقا وأن عليه أن يقول ذلك للرئيس الأسد ويقول كلينتون في آخر عشاء حاولت مرة أخرى حمل براك على قول شيء نيجبي يستطيع الشرع العود به إلى السورية إلا أنه رفض وأخبرني سريا بدلا من ذلك أن بإمكاننا تصل بالأسد بعد أن أترك شبرتاون وأن أخبره أن براك سيقبل بحدد الرابع من يونيو ما أن يتم استناف المفاوضات اللبنانية أو ما أن تبدأ وقد كان هذا يعني أن الشرع سيعود إلى السورية خول الفاض من مفاوضات كان يعتقد أنها ستكون حاسمة إلى درجة أن السوريين رحبوا البقاء أثناء نهاية رمضان إلى العيد ويستمر كلينتون فيقول في مذكراته ومما جعل الأمور تزداد سوءا فقد تسرب نص أحدث اتفاقية إلى الصحافة الإسرائيلية ويقول عندما تصلت بالأسد لأقدم عرض براك بالتأكيد على التزام رابينب والأتعين الحدود على ما كانت عليه ما أن تبدأ المفاوضات اللبنانية استمع دون أي تعليق وبعد أيام قليلة تصل الشرع بمارلين البرائت ورفض عرض براك وقال إن السوريين سيفتحون المفاوضات مع البران فقط بعد أن يتم الاتفاق على تعين الحدود لقد لضغوا مرة نتيجة مرنتهم وتعاونهم ولم يكنوا ليرتكبوا نفس الخطأ مرة أخرى وكنا نحن قد تعرضنا لإرباك في ذلك الوقت ولكن اعتقدت أن علينا أن نواصل المحاولة فما زل يبدو أن براك يريد السلام مع سوريا وقد كان صحيحا أن الشاب الإسرائيلي لم يكن مساعدا للتنازلات التي تطلبها السلام ويواشر كلينتون وقد كان لا يزال كذلك من مصلحة السورية صنع السلام وفي وقت قريب فقد كانت صحة الأسد متعبة في نفس الوقت كانت هناك الكثير مما ينبغي عمله على المسار السوري وقد طلبت من كل من ساندي ومارلين ودينيس أن يدرسوا ما علينا فعله في الخطوة التالية ثم سببت اهتماماتي على أمور أخرى ويتحدث كلينتون أيضا في مذكراته عن لقاء الأغلب الرئيس السوري حافظ الأسد في دمشق ويقول في صبيحة اليوم التالي ترتو إلى دمشق وهي المدينة الأطول تاريخا في التاريخ لناقية عدم انقطاع الوجود السكاني فيها لرؤية الرئيس الأسد كنت الرئيس الأمريكي الأول الذي يزور سوريا منذ عشرين عاما بسبب تأييد دمشق للجماعات المعارضة للسياس أمريكا ودعمها لإسرائيل وسيطرتها على لبنان كنت أريد للرئيس الأسد أن يعرف أنني ملتزم للتوصل إلى السلام بين سوريا وإسرائيل بين أن على قرار مجلسي الأمن 242.338 وأنني إذا ما تم توصل إلى السلام بين إسرائيل وسوريا فإنني سأمل بكد من أجل تحسين العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة تعرضت لبعض الانتقادات الحد بسبب زيارة للسوريا بسبب دعمها لحسب الله وغيره من الجماعات العنيفة المنوئة لإسرائيل لكنني كنت أعرف أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في المنطقة ما لم تتوصل سوريا وإسرائيل للاتفاق سلام ويقول كلينتون اجتماعي مع الأسد لم يسفر عن اختراق كبير لكنه قدم لي بعض التلميحات المشجعة بالنسبة إلى كيفية تحرك قدما كان واضحا أنه يريد صنع السلام لكنني حين أشرت عليه بأن يقوم زيارة لإسرائيل وأن يمد يده إلى المواطنين الإسرائيليين وأن يدرح حجته كما فعل الرئيس المصري الراحل أنور السادات شعرت أنني أنفقه في قربة مثقوبة كان الأسد باهرا لكنه كان شديد الحذر يقضي الساعات في قصره بدمشق مفعم بالمهام الجسام ولم يكن يتصور المخاطر التي ينتوي عليها ركوبه الطائرة والتوجه إلى تل أبيب وفور انتهاء الاجتماع والمؤتمر الصحافي الإلزامي طرت إلى تل أبيب لأبلغ ربين معلمته من اجتماعه مع الأسد روس الأسد عدو صلب يحافظ على التزاماته وحول خفايا ما استلحى دينيس روس على تسميته بقناة لودر السرية للتوسط بين براك وحافظ الأسد تحدث مبعوت السلام السابق في شرق الأوسد في مذكراته التي حملها كتابه السلام الضائع عن ذكرياته عن ما حدث في تلك الفترة التي تعرض لها الرئيس كلينتون متناولا فيها شخصية وموقف الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد يقول روس وكان براك أيضا مشدود للتعامل مع حافظ الأسد أكثر بكثير من التعامل مع يسر عرفات فالأسد في نظره يمثل كل ما لم يكن عرفات يمثله فلديه دولة حقيقية مع جيش حقيقي يمتلك ألاف الدبابات ومئات السوريخ وكان عدو وسلبا يحدى باحترام ورهب من قبل الزعماء الآخرين في المنطقة ويقول روس أخير رأى براك على غرار إسحق روين أن اتفاقية السلام مع السورية هي وسيرة الوقاية الفرل من التحديدات التي تأتي من إيران والعراق فتنحية إسرائيل عن هذين بلدين وبناء اتلاف نقليمي مشترك ضدهما وعزلهما في المنطقة يتوقف كله على إيجاد قضية المشتركة مع السورية ويواصل روس لا شك في أن براك كان يعرف بأن الأسلام مع السورية بدون إعادة مرتفعات الجناء للأسد وقد أقنعته رؤيته للأسد بأن التوصل إلى التفاق نمر ممكن فقد تابع الأسد عن كثب وصفه رئيسا للإستخبارات العسكرية وكان كرئيس الأركان الجيش الإسرائيلي يطلب بشكل روتيني معرفة انطباعا للأسد ويحرص على استيعاب كل نبدة من المعلومات ويقول روس وقد عزز نقاش براك مع باتريك سيل وهو صحفي بريطاني هو دعو السيرة الذاتية المتعاطفة مع الأسد اعتقد براك بأن باستطاعته التوصل إلى التفاق مع الأسد وبعيد انتخاب براك أبلغه سيل وكان باستطاعته الوصول بسهولة للأسد بأن الأسد جاد بشأن توصل إلى التفاق لكن ذلك يتطلب تدخلا شخصي من الرئيس كيلينتون ولا شيء أقل ويودح روس وقد ساعد سيل بعد ذلك كما لو أنه كان يثبت مستقيته في تنظيم تبادل غير مسبوق للبيانات بين براك والأسد بعيد فوز براك في الانتخابات فقد دفع براك للإشارة إلى ميراث الأسد بوصفه سوريا القوية والمستقلة والواثقة من نفسها سوريا مهمة جدا للإستقرار في الشرق الأوسد ثم حث سيل الأسد بأن يمتدح لأول مرة على النزائم الإسرائيلي واصفا براك بأنه رجل قوي وسادق وقد كان هذا التبادل العلني استثنائيا حتى وإن بصورة غير مباشرة ويتابع روس إن أعتقد براك بأن حدث اختراق مع الأسد قد يكون ممكن بتدخل أمريكي جعله متلحفا أكثر للتحرك نحونا وأكثر تردد للتحرك تجاه الأسد لألا يدع في جيبه أي تنازلات استرائلية استباق لمعاهدة السلام تتوسطها الولايات المتحدة ويا ديفرس لكن حتى هذا التحفظ التكتكي لا يمكن أن يفسر عدم رغمته في قبل وديعة رابين فما الذي يفسره؟ اتضح لي من مباحثات بلير هاوس إلى زيورخ أن براك ورفاقه تلقوا معلومات أقنعتهم بأن الأسد سيكون رغم في التعايش مع شيء أقل من التزام الإسرائيلي بالانسحاب إلى خطة الرابع من يونيو وقد كنت مرتابا وربات دانيو تسفي بأن يأخذ مثل هذه المعلومات بتعفد لكنهم بدأ يغير مقتنعين بعد زيورخ مباشرة علمتم الذي أقنعهم بذلك لقد كان رونالد رودر رجل الأمريكي والصديق بن يمين نتنياهو فقد استخدم نتنياهو رودر كرسول الرئيس الأسد بدءا من سيف الثمانين وتسعين حيث كان يذهب إلى دمشق حامل الرسائل من نتنياهو وعندما سألتني وزيرة الخارجية عن ذلك قلت لها لا مشكلة لدينا في التوصل إلى شيء بمفردهم إذا أمكنهم ذلك ويقول روس مع أن نتنياهو خرج الآن إلا أن رودر لا يزال في الداخل فعند عودتي من الزيورخ علمت أن براك تسلب الرئيس كلينتون وأبلغه أنه تحدث إلى رودر عن اجتماعاتهم الأسد ويبدو أنهم مهتمون جدا وفي مكالمة أخرى ذهب براكي لابعد من ذلك بكثير معلنا أن لدى رودر ورقة تتكون من عشر نقاط زائم أن الأسد وفق عليها إلى حرد كبير وإذا كان الأمر كذلك فقد شعر براك أن من الممكن توصل إلى اتفاق مصرع مع السورية هل كان الأسد مساعدة لقاربها؟ وحده الرئيس كلينتون يستطيع معرفة ذلك لذا كان براكي يعتقد أنه من الضروري أن يقابل كلينتون لودر ليقرر بنفسه إذا كان ذلك مسارا وعدا يمكن متابعته فإذا كان الأمر كذلك فإنه يتمتع بميزة التغطية السياسية الإضافية لأنه يمكن براك من القول اليمين الإسرائيلي إنه يوافق فقط على ما قبل به نتانياهو ويودح روس التزم لودر في وساطته أن يطلع كلينتون فقط عليها وطلب مني أن أغادر المكتب البيدوي وبعد مغادرته السادان الرئيس وسلمني ورقته بمقترحاتها كان سانديو مادل حذرين وغير مستعدين لقبول مقترحات براك بأن يقابل الرئيس لودر منفردا بالنظر إلى حساسية الأمر فقد كان يريداني نجلس في الاجتماع إلى جانب الرئيس لأخبرهما إن كان الأمر حقيقي أم لا جاء لودر بمفرده وأمضى عشرين دقيقة يشرح فيها كيفية نشوء قناته مع الأسد ويقول روس وفي صف 98 التقى بوليد المعلم في واشنطن وأبلغاه أن نتانياهو جد بشأن محاولة لتوصل الاتفاق وأنه يريد أن يفتح قناة سرية خاصة مع الأسد وقدر التقى بوليد المعلم لاجتماع ابتدائي مع الأسد وخلال خمسة أسابيع تمكن الهضر من التوجه جهية وذهبا بين الزعيمين بشكل متكرر وقد أمضى خلال هذه الفترة ساعات كثيرة مع الأسد ويواصل روس أبلغه الأسد بأنه يعتقد بأن الاتفاق غير ممكن إلا بمثل هذه الآلية وأنه يعتقد بأن المفاوضات الماضية كانت معقدة جدا وكثيرة الأوراق وبدلا من ذلك فإن ورقة بسيطة من صفحة اثنتين يجب أن توضح الاتفاق على القضايا الأساسية وقال لودر إنهما توصل في الأساس الاتفاق بشأن كافة القضايا الحدود والترتيبات الأمنية والسلام ولبنان وأنهما أوجزها في عشر نقاط كان يمكن أن يصيغاها بصورة نهائية لو لا إسرار الأسد على مراجعة الخراياة بشأن الحدود والترتيبات الأمنية ورفض ناتانياه لألا يفقد قابلية التراجع عنها ثم جاءت ويوالاتفاق مع الفلسطينيين كما أوضح لودر ولم تكن لدى بنتانياه التغطية السياسية لمتابعة المسعة ويقول روس وقال لودر إنه يحمل ورقة بعشر نقاط معه وأنه أكد لبراك أنه سيطلع الرئيس فقط عليها وقدم الأتدار عن طلبه بأن غادر المكتب البيضوي وقبل الخروج طرحت عدد من الأسطحة أولا أين أبدى الأسد مرونة؟ أجاب لودر بشأن الحدود والترتيبات الأمنية وبشأن محطة إندار مبكرة أخرجت خريطة وتلبت منه أن يحدد دليل المرونة بشأن الحدود فأشر إلى أن الأسد كان مستعدا لرسم الحدود بعيدا عن بحيرة طبارية وعن نهر الأردن ثانيا ماذا يعني توصل في الأساس الاتفاق؟ فكان جوابه أن ما سيريه للرئيس هو اتفاق من نسبة 99% هل يشكل الواحد في المئة اختلاف على أي من القضايا الأساسية؟ أي تعيين الحدود ومبدأ الترتيبات الأمنية بما في ذلك الإندار المبكر ومدمون السلام وتوقيت تنفيذ كل شيء لم يكن لودر يعتقد بوجود أي اختلاف هنا فقد كانت المسألة المفتوحة بنسبة إليه تتعلق في التوضيح والتطبيق على الخرائض أكثر مما تتعلق بالمفاوضات ويواسل روس بعد أن غادر لودر السدعان الرئيس إلى المكتب البيضوي وسرعان من ضم إلينا ساندي ومادلين سلم أن الرئيس الورقة التي تحتوي على النقاط العشر كان عنوانها معاهدة السلام بين إسرائيل وسوريا كانت هناك ديباجة قصيرة تفيد بأن إسرائيل وسوريا اتفقت على إقامة سلام بينهما وأن السلام يستند إلى مبادئ الأمن والسلام والمساواة واحترام سيادة الجانبين وسلامة أراضيهما واستقلالهما السياسي ويودح روس وقد اتفق الجانبان على عشرة أحكام واحد إنهاء حالة الحرب بينهما عند توقيع الاتفاقية اثنان تسحب إسرائيل قواتها من الأراضي السورية التي أخرت في سنة سبع وستين إلى حدود متفق عليها على أساس الخط الدولي لسنة ثلاثة وعشرين ثلاثة يتم الانسحاب على ثلاثة مراحل لكن تركت الفترة الزمنية فارغة وكتب الرئيس في الهامش أن الموقف السوري هو ثمانية عشر شهرا فيما الموقف الإسرائيلي هو ثلاثون شهرا أربع يوقع لبنان اتفاقية مع إسرائيل بشكل متزامن مع سوريا وإسرائيل ويبدل السوريون أقصى الجهود للمان عدم القيام مزيد من الأرشرة شبح العسكرية أو العدائية ضد إسرائيل انتلاقا من لبنان خمسة وردت هذه النقطة بين قوسين وكانت نصا عن الترتيبات الأمنية مستعارا من ورقة الأهداف والمبادئ وعليها تعليق للرئيس مفاده يجب سياعة النص ستكون هناك ثلاث مناطق تحد من انتشار القوات منطقة منزوعة السلاح ومنطقة محدثة السلاح ومنطقة خالية من الأسلحة الهجومية وقد حددت ملاحظة الرئيس موقع كل منطقة في الجانب السوري من الحدود سيكون الجولان منزوعة من السلاح وستمتد منطقة الخالية من الأسلحة الهجومية إلى الطريق السريع قبل دمشق سبعة يمكن أن تبقى محطات الإندر مبكر والمراقبة القائمة حاليا في مرتفعات الجولان ولكن بإدارة المتعددة الجنسيات من أفراد أمريكيين وفرنسيين وسوريين ثمانية إقامة تطبيع كامل العلاقات ينسج مع القوانين السارية في كلا من البلدين تسعة سيتم التعاون مع الاحتياجات والحقوق المائية وفقا للمعايير الدولية عشرة ستسعى السورية إلى جعل السلام مع إسرائيل شاملا في المنطقة ويقول رس ما أنفرغت من تفحص الورقة حتى بادلنا الرئيس بالسؤال عن رأيه قلت له إنها شديدة سرحسن بحيث يتعدل تصديقها لكنني فهمت الآن لماذا كان يعتقد براك ورفاقه بأنهم ليسوا بحاجة للالتزام بوديعة رابين وخطوط الرابع من يونيو ويروي رس انضم إلينا الآن سانديو مرلين وأخبرهم الرئيس بأنني متشكك بشان مدمون الورقة لكن هل اعتقد بأن لودر كان كذبا؟ قلت لا إنه صادق وأنني أعتقد أنه يؤمن بالكثير مما يقول لكني أخشى أنه ليس دقيقا وأن ما يعتقده اختلافات ثانوية ليس ثانويا كما أنني أعتقد أن هناك بعض التعلوم بالأمال هنا وإن تكمن شكوك الكبرى؟ كنت أعرف أن حتى 1923 ليس فكرة صارحة البتة من نسبة الأسد فتلك حدود استعمارية في نظر الأسد ولن يقبل بها قد في أي وثيقة كما كانت ذي شكوه مبيرة بأن يقرر الأسد بوجود إسرائيلي في محطة الإنذار المبكر في الجولان بعد الانسحاب الإسرائيلي فما بالك بالقبول به لكن وصف الأودر بأن الأسد لا يريد وثيقة معقدة كان صحيحا وكذا حال عدد من النقاط العشر ويستمر روس قال الرئيس علينا التدقيق فيها مع الأسد بطريقة ما وكان يعتقد بوضوح بأن هناك شيئا ما في ورقة الأودر وكان متلحف لمتابعته لكن كيف؟ هل نقلب من الأودر مقابلة الأسد؟ لم يكن ساندي ومدل منتحين إلى ذلك في حين قرر الرئيس الاتصال بالأسد لكننا أبلغنا بصورة غير مألوفة بأن الأسد لا يتمكن من تلقي المكالم قبل عدة ساعات ما دفعني للأتقاد بأنه مريد كنا نتلقى عدد المتزيد من التقارير عن صحة الأسد وحدة ذهنه اقترحتنا قبل الأودر أنه مدل لصبر أعماقه في المجالات التي تثير شكوك الخطيرة وابلغه بأننا نرسل الوثيقة إلى الأسد مع رسالة مفادها أنه إذا كان يجدوها مقبولة من حيث الأساس فإن الرئيس يعتقد بوجود إمكاني لتقدم بسرعة نحو اتفاقية نهائية بين السورية وإسرائيل وعجب الرئيس كريلينتون بهذا النهج وطلب مننا السير فيه ويقول رس جاء الأودر إلى مكتب مدل ليقابلنا فشرحتم أن اعتزم القيام به فوافق على أن ذلك عمر معقول ثم سألته ما هي الأسئلة التي يعتقد أن الأسد يمكن أن يترحها بشأن هذه الورقة فقال أن الأسد سيواجه مشكلة في النص المكتوب بين أقواص بشأن الوجود الإسرائيلي في محطة الإنذار المبكر وأن هذا كل شيء وما دعا الخطوط سنة 1923 وليس خطوطا ربع من يوني 67 ولشد ما أدهشني إسراره على أن الأسد وافق على ذلك وأننا سنرى أنها ليست مشكلة عندما يتلقى الأسد الورقة ويقول رس عندما عدنا إلى البيت الأبيض اتصنا الرئيس بالأسد ثانية وقد تلقى الأسد المكالمة هذه المرة أبلغه كريلينتون عن هذا الاجتماع مع الأودر وورقة النقاط العشر فهل يوافق الرئيس الأسد على هذه النقاط بالفعل كان رد الأسد يميل إلى تعزيز شكوكي قال إن ذلك غريب نوعا ما أقر بأنه التقى عدة مرات بالأودر لكنه أبدأ عدم علمه بشأن النقاط العشر وقال إن المسعى ما هو انتهى إلى الفشل وإنه لا يريد إحراج أحد ويفضل عدم مجيء الأودر إلى دمشق وهو ما اقترحه كلينتون الآن وبدلا من ذلك طلب من الرئيس أن يرسل إليه الورقة التي قدمها الأودر وسيرد عليها ويتابع روس بعد المكالمة طلب من الرئيس إعداد الورقة مع ملاحظة تفسيرية بين المجالات التي قال الأودر إنها بحاجة إلى توضيح واستنادا إلى حواره مع الأودر ومعنى اقترح أن لنطف النص المتعلق بمركز المراقبة لاستبعاد الإشراع إلى الوجود الإسرائيلي اعترد صندي بحق قائلا لا يمكن أن يكون لدينا نسخة نطلع عليها باراك ونسخة ثانية للأسد واقترح أن لا نجري هذا التغيير إلا إذا قبله باراك وعندما رجعنا باراك في الأمر قال إنه لا يريد إدخال تغييرات على الورقة فهذه هي الورقة التي يفترض أن الأسد قابلها وأن علينا اختبار رده فقد كان باراك متلهفنا لمعرفة كيفية رد الأسد عليها ويواصل روس سأل كلينتون كيف سترسل الورقة للأسد أجبته بأنني سأرسلها بفاكس أمن إلى سفرنا في دمشق مع تعليمات المشددة بأنه هو وحدها من يستطيع تسلمها من ماكنة الفاكس وأن علينا دعاها في مغلف وأن يأخذها إلى القصر الرئاسي على الفور دون أن يعرض أي تعليقات عليها أجب الرئيس حسنا وبعد يومين أجاب الأسد داعين رئيسا للقول أن السورية لم تقبل هذه الورقة من قبل ولن تقبل بها الآن انتهى المسعى مع لودر الأسد يفضل العمل انتلاقا من انتزام رابين الوديعة ودعانا إلى تقديم مخترحات للجانبين ويستمر روس بقوله اتضح الآن ما كنت أشك فيه طوال الوقت لقد كانت مقاربة براك الابتدائية للسوريين تستند إلى مقدمة خاطئة أن ليس عليه إعادة التأكيد على التزام رابين المشروط بالانسحاب إلى خطوط الرابع من يونيو تشجع الرئيس بحماسة براك بعد أن ارتفعت أماله مع لودر وعفق على محاولة إقناع الأسد بقبول قناة السرية لكن قبل أن يتصل بدمشق أخبرته بأن الأسد يقاوم من حيث المبدأ فكرة الدبلوماسية السرية مع إسرائيل لأنها كانت الطريقة التي أنجز بها اللميع الأمور السادات والملك حسين بل وحتى الفلسطينيين وأن على الأسد الآن يظهر أنه يؤدي العمل على طريقته كانت قناة لودر سرية لكنها لم تكن مباشرة وليقناع الأسد بالعمل في قناة سرية لا بد أن تكون قناة ثلاثية الأطراف لا قناة ثنعية فذلك سيسمح للأسد بأن يظهر أنه مختلف لا يسعى وراء الدبلوماسية السرية مع الإسرائيليين ولكن العمل مع الراحي الأمريكي المشترك وفقا لشروطه لتحقيق السلام الشامل والعادل كما يرى ويواسل روس أبدى الأسد اهتماما لكنه أراد أن يعلم من سيرسل براك للاجتماع فكان الجواب أوري ساقي وكنت أعرف أن ذلك سيسر الأسد فساقي وهو جنرال المتقاعد ورئيس سابق للإنسخبارات العسكرية الإسرائيلية أقر علنا بأن الأسد مستعد لعقد السلام مع إسرائيل إذا انسحبت إسرائيل من ورتفعات الجولان كما أنه من المؤيدين المعروفين للتوصل إلى مثل هذا الاتفاق وكان أيضا سيرة الوصل بين براك وباتريسيل كاتب السيرة تأتي للأسد ويقول روس لا شك في أن الأسد كان متحمسا مشان ساقي وقال عنه أنه يحدى بسمعتي برد الجنب السوري وقال إنه سيرسل رهاد الدواودي وهو محام سوري شارك في المحادثات السورية الإسرائيلية في واي سنة 96 ويقول روس سأل الأسد من سنرسل نحن فأجابه الرئيس أنه سيرسلني فقال الأسد لم يكن السيد روس إيجابيا معنا دائما فكان رد الرئيس بإمكان دينيس الانتقال بشكل سري ولا يمكنني أن نرسل وزير الخارجية كما أنه يعرف التفاصيل والتاريخ بطريقة لا يجاريه فيها أحد ورد الأسد على ذلك قائلا ذلك صحيح لكننا نأمل أن يكون إيجابيا أكثر ويتابع روس في وقت لاحق سألنا الرئيس ما الذي كان يعليه أبلغت الرئيس أنه ربما يكون هناك العديد من الأسباب أخرى ذلك التعليق أولا أنني جئت لتمثيل عملية السلام في المنطقة في عهد بيبي فقط وفي أثنائه ركزنا على المسار الفلسطيني بشكل حصري تقريبا وأنا لم أذهب إلى دمشق منذ سنة 96 وأن الأسد شعر من دون شك بأنه تم تجاهله ثانيا كنت شديدا معه بشأن الإرهاب في اجتماع الأخير وكان قد عقد بعد وقت قليل من انفجار رحلة طائرة الـ TWM 800 حيث أبلغته أنه إذا تبين أن انفجار عمر الإنهابي وثبت أن لأي من المجموعات الرافدة التي تتخذ من سوريا مقرا لها رئيض فيها فإننا سنحمله المسؤولي عن ذلك ثالثا أن الأسد كان يحاول وضع الرئيس وضعي في موقف دفاعي بحيث نكون أكثر استجابة له وأدافروس اقترحت أنا مدة يد المساعدة بصيغة أمريكية وقلت أنها ستمكن رياض من الإشارة إلى شيء من قبلنا ويستطيع أوري القول أن هذه صيغة أمريكية ولا تلزم إسرائيل بالطبع المؤلف يشير هنا إلى رياض الدهودي المفاوض السوري وأوري سارجل المفاوض الإسرائيلي وهما من بعثان من قبل حافظ الأسد وأيهود باراك أعجب الاثنان بالمقاربة وأخذنا الصراحة وذهبت لأكتب الصغع ويتذكر روس أردت أن أبتكر شيئاً يكون جديداً بشكل واضح من وجهة النظر السورية ولا يكون صريحاً من وجهة النظر الإسرائيلية وبهذه الخلفية في ذهني صغط مسودة نص تفيد بأن وديعة رابينة التي قدمت للرئيس كلينتون بشأن الموقف من الانسحاب الكامل يجب أن لا تصحب ويجب أن ترشد نتيجة المفاوضات إذا أريد توصل إلى التفاق وفي حين أنني لم أفتح الوديعة رابين من حيث خطر رابع من يونيو بالتحديد كنت أشير إليها دمنا أن أضيف شرطي أنه يجب أن ترشد ويجب أن لا تصحب راجعت الصيغة مع صاندي ومارلين وحثني صاندي على تأكيد الأمر مع براك وبخاصة لأن الولايات المتحدة لن تكون الآن حافظة لوديعة رابين فحسب وإنما تقول إنها يجب أن ترشد النتيجة ويقول روس راجعت الأمر مع أوري فأراد أن يتأكد من أن براك سيكون متاحا للصيغة قبل تقديمها إلى الداودي نبهت أوري إلى أنني لا أستطيع الانتظار طويلا لألا يعتقد الداودي بأنني أقوم بأداد الأمر مع الإسرائيليين ما يميت الصيغة عند ولادتها تفاهم أوري ذلك ونجح على الفور تقريبا في الحصول على موافقة براك شريطة أن لا أتقدم أكثر وذلك يتجاهل الواقع بوجوب حدوثي بعد الأخذ والرد بشأن الصيغة بيّنت لأوري أنني تعمت السخدام يجب بدلا من سوف وقلت قد يكون علي أوري أن أعطيه سوف لا سيئة لأنه سيدغطه بالتأكيد لذكر الرابع من يونيو صراحة ولأنني لن أعطيه ذلك ويقول روس فاهم أوري ذلك هو من المثيل الاهتمام أنه أرادني أن أكون متعاون قدر الإمكان مع أنه يعتقد أن الصيغة تقف عند الحدود الخارجية لما يمكن أن يتقبله براك فقد رأى أن الدوود رجل يمكنه التفاوض معه ويريد أن يدعمه لدى الأسد ويسترسل روس وعندما أطلعت اليد على الصيغة أراد بالطبع تغيير يجب وإحلال سوف أوسى بكانها كما أراد ذكر خطوط الرابع من يونيو صراحة قلت له إنني ذهبت بعيدا في ودع مسودة هذه الصيغة فالولايات المتحدة ستنتقل من حافظ غير فاعل لوديعة المقدمة من رابين إلى تبني موقف فاعل بأن ترشد الارتفاق وذلك يمنح السوريين ضمانة ميشال الوديعة لم تكن لديهم البتة وثمت تساؤلات أثنت بالفعل في واشنطن بشأن تولين مسؤولية جديدة وأبلغت رياضا بأنني أشك في قدرة على الذهاب إلى بعد من ذلك لديك يا رياضي مهم منه فخذه ويقول روس أقر بأن الصيغة تشكل خطوة مهمة للأمام لكنه كان قلقا من أن لا تكون كافية في دمشق فقررت أن أجرب مسلكا آخر سحبت ورقة لودر وأطلعته عليها مع تعليقات الرئيس الإشارة هنا للرئيس كلينتون وأبلغته أن الحماسة دبت في الرئيس عندما شاهد النقاط العشر وذكرته بقيمة أن يكون لديك مشاركة رئاسية متحمسة ومفتاح الحل بالنسبة إلينا أن نأخذ بعد هذه النقاط وننشئ عليها بنية تمحر حول العنوين التقليدية للانسحاب والسلام والأمن والجدول الزمني علينا أن نستخدم الصيغة التي استنبتها كطريقة لتجاوز عتبة قضية السئنا في المفاوضات وأدفت أننا في النهاية نتفاوض الآن وأنك سمعت بالفعل أشياء من أوري لم تقل من قبل مباشرة أمامكم ويتبع روس راجع داود نقاط الهودر وأبدأ عجبه بملاحدة الرئيس في الحاشية لكنه قال لقد اطلعت على هذه النقاط يا دينيس وقد صرفنا 13 ساعة في دراستها وهي لا تعكس أي من تعليقاتنا هذه هي المسودة الأولى التي أعطيت لنا للنسخة الأخيرة والتي كان يعرف أنهم أسروا فيها على أحلال خطوط الرابعة من يوريو محل خطوط 1923 وبعد قليل على مغادرة أوري اتسر بي ورسل زراء باراك لقد تحددت إلى أوري لكنه يريد أن يعرف انطباعاتي عن المحادثات أخبرته بأن الدهود منفتح بشكل مرحوظ وأنه يحاول أن يجد طرقا لكي يكون متجاوبا لكن الأسد مصر على السيغة وأخشى أننا بدلا من الدخول في دبلوماسية الأختي والعطاء الحقيقية فإننا السنعرق في الخلاف بشأن كيفية معاودة المفاوضات الرسمية وقد حاولت القفز على ذلك الاحتمال بالسيغة التي ودعتها وبمراجعة نقاط الهودر مع الدهود وأبلغته بأن ذلك لم يجد نفعا لأن مصودة نقاط الهودر كان ينقصها التعليقات السورية وهو اكتشاف مثير جدا للإزعاج ويقول روس إن زعج باراك بشكل مماثل من كشف الدهود لهذا الأمر لكنه لاحظ بعدئذ بأن الأسد قبل التفاوض حول النقاط الهودر معهم حتى وإن كانت غير دقيقة لقد اعترف الدهود بهذا القدر ويريد باراك أن يكون قادرا على إجراء مثل هذا التفاوض مع السوريين دون أن يكون عليه دفع الثمن بقبول أي شيء نتجاوز السيغة التي ودعتها الآن هذا هو الحد وقال باراك دون مواربة سأبلغ الرئيس كلينتون بأنني أعارض أي سيغة أمريكية تتجاوز تلك التي ودعتها في الصباح التالي طلبت داوودي أن يجتمع به عن انفراد لقد تحدث إلى وزير الخارجية الشرع ونقاط ناودر خارج نتاق البحث إن السورية تطالب بصيغة صريحة بشأن خطوط الرابعة من يونيو ولورقة الأهداف والمبادئ أيضاً وهذه هي نقطة انطلاق معاودة المفاوضات الرسمية وأي شيء دون ذلك غير مقبول ويقول روس تملكني شك في أننا يوصلنا إلى غاية ما يمكننا هنا في بيرن فقد أبلغت ريان بأنني لا أستطيع نحسن الصيغة التي قدمتها له وهو الآن غير قادر على قبولها لكنني اقترحت أن لا نيأس لقد سمع رياد مبدأ خطوط الرابعة من يونيو من أوري وبإمكانه الإفادة عن ذلك إلى الرئيس الأسد فوزيرة الخارجية ستزور المنطقة خلال بدعة أيام ووعدت بأن أفكر في أفضل الصبل للاستفادة من اجتماعاتها المنتظرة مع الأسد وباراك ومن المثيل الاهتمام أن أوري كان يشعر بأن الاجتماعات حققت نجاحاً مذهشاً لقد كان أكثر اقتناعاً من ذي قبل بأن الأسد يريد التوصل إلى اتفاق وما علينا إلا إيجاد الطريقة الصحيحة لإيجاد المفتاح في الباب وفتح قفل التقدم المتوفر قلبت فكرة أوري في ذهني وكانت تلازمنا أيضاً ملاحظة باراك بأن مسعى لودر أنتج أخداً ورداً جديين بشار الورقة وفيما كنت وعيداً لزيرخ لأستقل الطائرة إلى القاهرة راودتني فكرة جديدة لما لن وعيد فتح مفاوضات غير مباشرة على ورقة شبيهة بنقاط لودر يمكننا أن نحضر الجانبين إلى موقع سري ويمكننا التحدث بشكل مكثف إلى الجانبين على كلنا على حدة وفي ضوء هذه المباحثات يمكننا عدائد أن نصنبت وثيقة ويستطيع الجانبين بعد ذلك التفاوض حول الوثيقة وبهذه الطريقة لن يكون يأخذوا الرد حرسيقة عامة للسناف المفاوضات ولكن على فح وكل من القضاء التي يجب حلها كارتر إعلامنا الأمريكي المعرض يحاول تشويه صورة الأسد كما يتطرق الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر في مذكراته إلى عدد من القادة العرب حيث اعترف بأن صورتهم تواجه محاولات مغلوطة من جانب بعد ذوائر الإعلام الأمريكية ذات الميول اليهودية لتشويه صورتهم في تعمد واضح رغم أن الصورة الحقيقية عكس ما يروجون له تماما ويعترف كارتر في كتابه فلسطين سلام لا فصل عنصري بأن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد يأتي في مقدمة هؤلاء القادة العرب الذين تعرضوا لافتراء ذوائر الإعلام الأمريكية ومحاولة رسم صورة الله مغيرة حقيقية بالمرأة يتحدث كارتر في مذكراته عن لقائه الأول بالأسد في سويسرا في عام سبعين وسبعين ويقول وجدت الأسد أكثر قائد اللباقة في التعبير عن جوهر المعتقدات العربية الخاصة بإسرائيل وبفرس السلام وهنا يبدأ كارتر في أصف تلك المعتقدات بلهجة تتحلى بالموضوعية مؤكدا على أن من المهم تلخيص أراء الأسد والتي نادرا ما تسمع في العالم الغربي وهنا يتحدث كارتر على لسان الأسد عن رفض إسرائيل منذ نشاتها عودة اللاجئين الفلسطينيين ورغبة بعض أهم قادتها في بناء إسرائيل كبرى وكيف أن هؤلاء القادة يؤمنون بأن التوسع والغزو وضم أراضي جديدة هو أفضل وسيلة لحماية أمن وحدود إسرائيل هذا إضافة إلى إيمان إسرائيل بحقها في إعادة بناء دولة انهارت منذ ألاف السنين في حين ترفض منح الفلسطينيين حقهم في بناء دولة عاشوا عليها لأجيال ناحيك عن نظرة إسرائيل لليهود عبر العالم إلى أنهم شعب واحد في حين ترفض النظرة إلى الفلسطينيين كشعب متجانس كما يؤكد كارتر على استعداد الأسد للعمل من أجل السلام إذا كان قائما على احترام جميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالسراء العربي الإسرائيلي ومنح الفلسطينيين حقهم في تقرير مصيرهم واحترام القوانين الدولية التي تحرم اقتصاب الأراضي بالقوة واحترام حدود الدول كيسنجر الأسد قومي يتمتع بذكاء فوق العادة أما هنريك سنجر وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيس نيكسون ومستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق والذي دخل في وساطة الإسلام بين سوريا وإسرائيل عقب حرب أكتوبر 73 ولم تنقطع صلاته بالأسد حتى وقت متأخر من التسعينيات فإنه يقول أعتقد أنني كنت أول شخص من الغرب يتفاوض معه بشكل منتظم وكان يتمتع بذكاء فوق العادة وبحس للدعابة وكان أيضا قاسيا لا يرحم وتتملكه المشاعر القومية ولدى سؤاله عن أسلوبه في التفاوض يقول كيسنجر اتصلت به بعد أن وقع الرئيس السادات اتفاق فكالاشتباك بين مصر وإسرائيل وقلت له ليس أمامك خيار الآن وعليك أن تفعل الشيء نفسه باللباقة أو بطريقة عوزها الكياسة فرد الأسد عليه بقوله أنت مخته فقد فشلتم في فيتنام وسوف تبيعون تايوان في يوم ما وسنظل نحن باقين عندما تتعبون من إسرائيل يدحك الأسد فقلت له إن هذا لن يحدث ويكشف محضر من محاضر الجولات المكوكي التي قام بها هنري كيسنجر لفك اشتباك القوات المصرية والإسرائيلية في قناة السويس لما كان وزير خارجية أمريكا في سنة 1974 وفك اشتباك القوات السورية والإسرائيلية في مرتفعات الجولان بعد حرب أكتوبر سنة 73 ونعرض فيما يلي مختطفات من اجتماع كيسنجر مع الرئيس السوري حافظ الأسد كما جاءت في مذكراته الأسد إذا عم السلام لا نريد سلاحا أمريكيا أو روسيا كيسنجر ما نوع السلام الذي تريدونه لقد كانت علاقة كيسنجر في ذلك الوقت مع الإسرائيليين قوية وعلاقته مع المصريين في بدايتها أما علاقته مع السوريين فكانت معذومة تقريبا وكانت سوريا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أمريكا مع بداية حرب عام 67 وبقي الود من البلدين مفقودا ربما حتى الآن بسبب العلاقة القوية التي كانت تربط سوريا بروسيا وأهم من ذلك بسبب إسرائيل البيت الأبيض واشنطن سري مذكرة حديث المشتركون في الجانب السوري حافظ الأسد رئيس الجمهورية السورية عبدالحليم خدام وزيره الخارجية ومترجم سوري في الجانب الأمريكي هنري كيسنزر وزيره الخارجية حرد سودرز من مجلس الأمن القومي المكان مكتب الرئيس الأسد دمشق الزمان 20-1974 الوزير كيسنزر قابل الرئيس الأسد والوزير خدام لبعض الوقت ثم انضم إليهم جزايف سيسكو مساعد الوزير للشرق الأدنى ثم خرج سيسكو يذهب إلى المطار ليجاهز سفر الوزير لإسرائيل وحل محله ساوندر مع بداية تناول الغداء وسجل هذا المحضر كيسنزر الموضوع التالي ماذا أقول للصحفيين عندما أعود من المطار أقدر أن أقول كلاما عاما وفي داخل الطائرة حيث يسافر معي بعض الصحفيين الأمريكيين أقدر أن أقول لهم الآتي الرئيس الأسد قدم أراء عامة وأنا سأذهب إلى إسرائيل لأعرضها للإسرائيليين هل هذا معقول أم أن وزير الخارجية سينفي ذلك الأسد باسما سأدعى فرامل أمامه حتى لا يفعل ذلك كيسنزر خدام رفض دعوتي لتناول الغداء في سبتمبر الماضي عندما كان في نيورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة خدام لم أكن وصلت إلى نيورك عندما وجهت دعوتك للغداء يبدو أن الدعوة كانت لعدد من وزراء الخارجية الأسد الوزير خدام هو أول سوري قابل الأمريكيين منذ حرب 67 وفي سنة 72 قابل الوزير خدام مساعد الوزير للشرق الأدنى سيسكو وكان ذلك خلال فترة سهية في العلاقات بين بلدين كيسنجر عندما كنت في إسرائيل قلت لرئيسة الوزراء كل دمهير إن الوقت جاء لتقدم إسرائيل مفهوم للسلام وكما تعرف كانت مريدة الأسد كم عملها كيسنجر 77 سنة إنها مصاب بكل الأمراض التي يعرفها الأثباء باسما كل طالب تب يكشف عليها سيحصل على شهادته في الحال الأسد ألم ينحزم حزبها في الانتخابات كيسنجر هناك أحزاب أخرى أكثر تشددا منها مثل الأحزاب الدينية التي تسر على أن الله أعطى إسرائيل كل متر مربع من فلسطين لكن قل دمهير تحتر إلى هذه الأحزاب لتشكل حكومتها هل هناك أي شيء أقوله للإسرائيليين عن أسر الحرب للإسرائيليين الذين تعتقلهم سوريا الأسد كما تعرف جاء لزيارتنا السيناتور الأمريكي أبو رزق وسمحنا له بمقابلة بعض الأسرة وأيضا سمحنا بنشر صور الأسرة وأسمائهم ولا داعي للقلق على طريقة معاملتهم كيسنجر الإسرائيليون قلقون على أن عددا كبيرا من جنودهم قتل وأن عدد الذين تعتقلونهم ليس كبيرا الأسد نحن لم نقتل أي أسيرة حرب لكن خلال الحرب كنا نقتل طيارين كانوا يدربوننا وهناك طائرات إسرائيلية فاجرت عندما دربتها مذافعنا وهناك طيارون قتلوا عندما قفزوا من طائراتهم وهناك طيارون سقطوا في ملاتق كان يدور فيها القتال وقتلوا صدفة لكن في نفس الوقت هناك جثث طيارين إسرائيليين دفنت في حضور حقام دمشق وممثلي الصليب الأحمر لكننا لم نقتل أي أسيرة حرب كيسنجر لابد أنكم تعاملون هذا الطيار معامل ممتاز وماذا عن السيدة الألمانية كلاسدر التي جاءت إلى السورية وتحدثت عن موضوع الإسرائيليين الأسد جاءت على هنا وفي رأسها الظلم الذي حدث لليهود على أيدي الألماني النازيين ونحن حاولنا أن نوضح لها مدى يفعل اليهود النازيون نحن حاولنا أن نطلعها للظلم الذي حدث للعرب على عيد الإسرائيليين كيسنجر هل يمكن أن تقول لي عدد الأسر الإسرائيليين الذين تعتقلون لهم تقريبا؟ هل يمكن أن تقول مثلا أن عددهم أكثر من خمسين وأقل من ما؟ الأسد عندما تتقدم المحادثات سنتفق معكم على تقديم رقم معين كيسنجر هناك موضوع نود الحديث عنهما الأول عن شاب أمريكي اسمه بيتس حكم في السجن في سوريا لأنه التقت بعد الصور سوريا حاكمته بتهمة التجسس إذا أطلقتم صراحة سيساعد ذلك على تحسين العلاقات بين البلدين الأسد ما هو اسمه؟ كيسنجر جوناثان بيتس إذا أطلقتم صراحة سيكون ذلك بادرة طيبة منكم والده مريض وهو ليس جسوسا لكنه تصرف بطريقة غير لائقة الأسد أتعاحد لك بأننا سنطلق صراحة كيسنجر هل أقدر عن أن أنقل ذلك؟ الأسد نعم سنتلق صراحه قريبا جدا كيسنجر إذا قلتم لي متى ستطلقون صراحة فإني سوف أصدر بيانا أشكر فيه سوريا الأسد سنتلق صراحه خلال عشرة أيام كيسنجر هل أقدر على استر بيان؟ الأسد سنخبركم قبل إطلاق صراحة كيسنجر ونحن سنصدر بيانا وهناك موضوع آخر هو عن استمرار المفاوضات أنا أريد اختيار مسؤول كبير ليتابع المفاوضات في المستقبل هل هذا يناسب أن نصدر بيانا عن المسؤول؟ وسنسمح له سرا خلال المفاوضات الأسد نحن نرحب بأي شخص كيسنجر مثلاً عندما بدأنا المفاوضات مع المصريين أرسلنا لهم السفير أيلز نحتاج لإرسال مسؤول بمستوى الاستصالات معكم الأسد نحن موافقون أهم شيء أن ترسل لنا شخصاً تثقون به كيسنجر الوزير خدمت حدث عن اعتمادكم للديبلوماسي السوري قباني ليمثلكم في واشنطن ربما يقصد صباح قباني مدير قسم الإعلام في الخارجية السورية الأسد شقيقه شاعر يقصد نزار قباني ماذا حدث في موضوع جزيرة براسيل التي تتنازع عليها الصين وتيوان من هو صاحبها كيسنجر أنا لا أتابع تفاصيل الموضوع لكن يبدو لي أن النزاع سيحسم لسالح الصين وأمريكا لن تشن حرباً على الصين بسبب هذه الجزيرة الأسد الصين فيها عدد كبير جداً من السكان ولابد أنهم يحتاجون للطعام ويحتاجون لأماكن فيها طعام الأسد ماذا يريد الصينيون في رأيك كيسنجر هو الذي قد انفتح أمريكا على الصين على أمريكا قبل سنوات قليلة من هذا الاجتماع كيسنجر ربما هدف الصين في الشمال ربما يقصد النزاع بين الصين وروسيا حول منشوريا هل زر الصين سيادة الرئيس؟ لا وستكون زيارة ممتعة إذا حدثت كيسنجر الصينيون لا يحبون الدول التي تشاري منها سوريا للسلاح يقصد روسيا نحن الأمريكيون لنحب الروس ولا نكرههم ونحن نعترف بأن الروسيا مصالحة في الشرق الأوسط لهذا نحن لا نريد مواجهة معهم بسبب ذلك الأسد كيف تقول ذلك؟ أنتم تحاولون إبعاد الروس من مفاوضة جونيف حول تحقيق السلام في الشرق الأوسط ومع ذلك تقول أنكم لا تريدون مواجهة معهم؟ كيسنجر نحن لا نريد مواجهة معهم لكن كل جنب يعمل لما فيه مصطحته والروس عندهم مصالح لهذا يساعدونكم ولابد أن الروس غير راضين عن زيارتي هذه لسوريا وفي كل مرة أزور فيها سوريا يقلق الروس ويرسلون لكم مزيدا من السلاح مازحا يجب أن تكون سعيدا عندما أزوركم الأسد أنت الآن تقوم بجهود للحقيق السلام في الشرق الأوسط وإذا نجحت ربما يعم السلام فلا نحتاج للسلام من الروس ومنكم ونحن لا نرفض الصلاح من أي جانب وفي الحقيقة نحن طلبنا من أصدقائنا العرب الذين غلسوا على خط الجبهة أن يشتروا لنا سلسلحة أمريكية كيسنجر ما هي أنواع الأسلحة التي تحتاجون إليها؟ الأسد كل أنواع الأسلحة دبابات سواريخ أي شيء في الحقيقة نحن لا نرفض الأسلحة الأمريكية حتى لا يقال أن المشكلة بين السلاح الأمريكي والسلاح الروسي المشكلة هي بين العرب وإسرائيل وليست بين الروس والأمريكيين وأنا سمعت من حكام عرب أنكم قلتم لهم أنكم لن تسمحوا للسلاح الروسي نهزم السلاح الأمريكي لهذا أنا أقترح أن نشتري منكم أسلحة حتى تكون المواجهة بين السلاح الأمريكي والسلاح الأمريكي كيسنجر يلتفت إلى الوزير خدام مزحا الرئيس الأسد ربما يريد من إسرائيل أن تشتري أسلحة روسية لابد أن كيسنجر تعمد عدم الرد على الأسد الأسد أنا قرأت في الصحف عن بيان أستله الأدميران المرار قائد البحرية الأمريكية عن زيارتك للشرق الأسد ماذا يقصد؟ كيسنجر بيان الأدميران جاء من تصريحات صدرت عن الوضع في الشرق الأوسد بمناسبة زيارة للمنطقة الأسد الأدميران قال شيء عن أوراق ومواضيع دبلوماسية تخصك كيسنجر هذا النوع من المشاكل الداخلية بين كبار المسؤولين في واشنطن وهو جزء من صراع قديم بين الدبلوماسيين والعسكريين الأسد الأدميران المرار قال إنه قلق على إرسال الروس لسواريخ سكود إلى بعض دول الشرق الأوسد كيسنجر أنا شخصي لست قلقا كثيرا على سواريخ سكود لأنني أعتقد أنها لا تقدر الوصول إلى أهدافها المحددة وأعتقد أنها لا تقدر على ضرب مدينة المحددة الأسد لا سواريخ سكود تقدر على ضرب المدر من بعد كيسنجر نعم كلامك صحيح كلما في الموضوع أن الأدميران المرار من الذين لا يتحمسون لجهود السلام التي أقوم بها وهم وراء تصريحات كثيرة نشرت في الصحف عن التركيز على الخطر العسكري الروسي في شرق الأوسد وعن أهمية مواجهتهم مواجهة عسكرية وهم لم يتحمسوا لأول زيارة قمت بها والآن يرون أني عدت مرة أخرى إلى المنطقة لكن الطيارة ضد رغباتهم ولابد أنهم سيندمون على هذه الحمل التي يقومون بها ضدي الأسد أحيانا الهجوم أحسن وسائل الدفاع كيسنجر موشيرا نحو الوزير خدام مزحا الوزير خدام يؤيدك في ذلك لسوء الحد الأسد قل لي ما هي فديحة وترغيت وما هو وترغيت كيسنجر وترغيت هو اسم مبنى في واشنطن فيه شقق سكانية ومكتبية الأسد هل هو مبنى كيسنجر نعم مبنى وأيضا هو اسم منطقة حول المبنى أما عن موضوع الأدميرال مرار فإن الصحفة الأمريكية هي التي نشرت المشكلة بيننا الملاحظ أن كيسنجر يخشى الإجابة عن أسئلة الرئيس الأسد عن فديحة ترغيت وعد إلى موضوع الأدميرال مرار وفديحة ترغيت عندما سرق موظفون تابعون لرئيس نيكسون وللحزب الجمهوري وثائق من مكتب الحزب الديموقراطي في مبنى وترغيت وتذورت الفديحة حتى تسببت استقالة الرئيس نيكسون ورغم أنه كان مستشارا لنيكسون ثم وزيرا للخارجية والملاحظ في هذا الحوار بين كيسنجر والرئيس الأسد أن الأسد كان يريد معرفة تفاصيل الفديحة لكن كيسنجر كما هو واضح تحاشى الحديث عن الموضوع وعد إلى موضوع الأدميرال مرار كيسنجر الصحف الأمريكية قالت أن الأدميرال مرار سرق أوراقا مني تابع لوزارة الخارجية فيها وثائق عن السياسة الخارجية الأمريكية وفي اليوم التالي قالت نفس الصحف أن الذنب ذنبي لأنني لم أعرض الصحف على الأدميرال بحكم وظيفته العسكرية وبحكم وظيفته عن الاستراتيجية الأمريكية في الخارج وقالت هذه الصحف أني أنفرد في اتخاذ القرارات في السياسة الخارجية بدون أي تنصيق معه وهذا أغدب الأدميرال والحقيقة أن هذه السياسة أنا أؤمن أن دبلوماسيين دبلوماسيون والعسكريين عسكريون وأنا أرفض إطلاع العسكريين على أشياء لا يحق لهم أن يعرفوها الأسد هذا صحيح العسكريون يجب أن لا يعرفوا غير الأشياء العسكرية الرئيس الأسد كان عسكريا كيسنجر العسكريون الأمريكيون طبعا يعرفون كل شيء عن الشؤون العسكرية وهذه ليست مشكلة المشكلة أنهم يشنون حولة كبيرة ضد وضد السياسة إنهم يعارضون السياسة خطوط بخطوط في الشرق الأوسط كيسنجر ربما يقصد أن كثير من العسكريين الأمريكيين في ذلك الوقت كانوا يركزون على المواجهة العسكرية بين أمريكا وروسيا وكانوا يرون أن انتصار إسرائيل على الدول العربية كان انتصارا للسلاح الأمريكي على السلاح الروسي والآن أعود إلى مدعو المفاوضات بيننا وأود أن وضح أن الإعلام الإسرائيلي ينشر أحيانا معلومات عن هذه الزيارات التي أقوم بها وأنا لا أقدر على السيطرة على ما يقوله المسؤولين الإسرائيليون للصحفيين الإسرائيليين لكنني من جانبي سأكون حريصا على عدم تفسير بتفاصيل هذه المفاوضات بيننا وبعد نهاية هذه المفاوضات هنا اليوم سأسفر إلى إسرائيل وسأقول للصحفيين في المطار أن المفاوضات هنا كانت عن فك الاشتباك وعن مشكلة السلام وأنها كانت مفيدة وبناء الأسد نعم هذا مناسب كيسندر وسأقول للصحفيين أننا حققنا بعد التقدم في هذه المفاوضات وداخل الطائرة إلى إسرائيل سأقول للصحفيين الأمريكيين الذين يسافرون دائما معي أنك عطيتني بعد الأفكار البناء وأنا سأحملها للإسرائيليين وأننا تحدثنا عن موضوع عسر الحرب الإسرائيليين وسنواصل الحديث الأسد نعم هذا مناسب كيسندر سأسافر من هنا إلى إسرائيل ومن إسرائيل إلى مكان آخر ويبدو أنني لنعود إلى أمريكا مرة أخرى أنا أصبحت مثل الهولندي الطائر في لاينغ ديتشمان أنا جاءت لدمشق لأني في انتظار رد واضح من الإسرائيليين حول انسحابهم من الجولان لأنهم لم يقدموا في اجتماعات جنيف ردا واضحا بل قدموا نظريات وأن قلت لهم أنني جاءت إلى الشرق الأوسط من أمريكا ولنعود إلى إدعاتوني موقفا واضحا وأنا توقعت أن أرد خلال ثلاثة أيام وقلت ذلك للرئيس المصري السداد وهو قال لي أن أزوركم وألح على أن أعود إلى أمريكا قبل أن أتوصل إلى اتفاقية إسرائيلية سورية هذه لم تكن خطتي لكن أسبوع المدى وأنا في الانتظار علي حال سأعود اليوم إلى إسرائيل ومنها سأعود إلى أمريكا الأسد ربما ستعود إلى دمشق غادا كيسنجر دمشق خطر لكن واشنطن أكثر خطرا هنا غذر كيسنجر والأسد قاعة الطعام حيث تنوال الغداء وعداء إلى مكتب الأسد حيث عرض الأسد على كيسنجر خريطة يبدو أنها لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل كيسنجر عندما تنسحب إسرائيل من المنطقة في الجولان التي سيتفق عليها هل ستعود القوات السورية إلى المنطقة بأسلحة ثقيلة؟ الأسد سيكون هناك خط يحدد المنطقة التي لن تدخلها الدبابات كيسنجر عندما أعود اليوم لإسرائيل لا أتوقع منهم ردا سريع لأقتراحاتكم حول الانسحاب من الجولان سأقدم لهم هذه الخريطة وأطلع منهم أن يرسلوا مسؤولا إلى واشنطن خلال عشرة أيام ومعه الرد على اقتراحاتكم ثم بعد ذلك سأتصل بكم وسأبدل كل ما أقدر لحصول على تسوية ناسب مكانة سوريا وكرمتها الأسد شكرا هنا ودع الوزير كيسنجر الرئيس الأسد واستقل السيارة إلى المطار مع وزير الخارجية السورية عبد الحليم خدام وهارون سودرز من مجلس الأمن القومي الأمريكي ومترجم من وزارة الخارجية السورية أنور السادات كيسنجر أنور السادات خدعني أنا ونيكسون والجميع وقد تناول كيسنجر في آخر مذكرات له صدرة عام 2003 وتحمل عنوان الأزمة سنوات البيت الأبيض الكثير والكثير من الحكام العرب الذين عاصرهم إبانة رأسه للأمن القومي الأمريكي أو للخارجية الأمريكية وتعامل معهم واستضمت بلادهم بهم ومنهم بالطبع الرئيس المصري الراحل أنور السادات وجاء تناول العزير العجوز لهم بمزيد من التفصيل عما ذكره في أول مذكرات صدرت له في الثمانينيات بعنوان مذكرات هنري كيسنجر فهنا يركز كيسنجر على حكام العربة حرب أكتوبر 73 وكيف كانت هذه الحرب تمثل بالنسبة لأولئيات المتحدة ورئيسها بشكل عام وبالنسبة له بصورة خاصة أزمة من العيار الثقيل ويبدأ كيسنجر الحديث عن الرئيس الراحل أنور السادات من خلال تتبع إرهاصات الحرب وتداعياتها وتبعاتها في مذكراته الأخيرة التي تحمل عنوان أزمة كيسنجر سنوات البيت الأبيض حيث يقول إن الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون كان يخشى من تكرار الأزمات في الشرق الأوسط في سنة انتخابات تجديد رئاسته لذلك طلب مني في عام سبعين أن يتدخل في النزاع الأقل كي يحافظ على بقية الأمور هادئة في موسم الالتخابات ويقول كيسنجر إن نيكسون قد طلب من وزارة الخارجية الأمريكية السعي للتوصل إلى اتفاقية مرحلية من شأنها تهديئة الأمور في المنطقة وكان يدرك معارضة للأسلوب الذي انتهجه وزير الخارجية ويليام روجرز حيث أكدت له أن السبب خلافي مع روجرز يرجع إلى أن أي تسويه يتم توصل إليها سيكون السوفيات منتفعين منها خاصة أن الجيش المصري اعتمد على الدام السوفيتي وبالإضافة إلى ذلك فقد كان من الواضح أن الرئيس السادات اعتمد في ذلك الوقت على جيشه ويمضي كيسنير قائلا إن نفاذ صبر السادات أصبح واضحا في تصريحاته المتكررة التي يؤكد فيها أن عام 71 يجب أن يكون هو عام الحسم في الشرق الأوسط وكانت رؤية الشخصية أن الاستراتيجية الأمريكية يجب أن تقوم على إجهاد أي سياسة مصرية تستند للتهديدات العسكرية والتعاون مع الاتحاد السوفيتي وكانت معاهدة السادقة التي أبرمها السادات مع السوفيات أحد الأسباب الرئيسية التي زادت من تصميمي على عرقلة الجهود السلمية في تلك المرحلة لكي أثبت للجميع أن التهديدات العسكرية وعقد المعاهدات مع الاتحاد السوفيتي لا يمكن أن يؤدي إلى نتيجة حاسمة ويمضي كيسنير في مذكراته قائلا إنه حتى تلك اللحظة لم يكن يعرف أنور السادات جيدا لذلك كان لابد أن يستنتج أيضا أنه يلعب لعبة عبد الناصر ويكشف كيسنير في مذكراته كيف بدأ في معالجة قضية الصراع العربي للإسرائيلي بطريقته الحصة فيقول كانت خطوة الأولى هي استطلاع موقف السوفيات وما إذا كانوا مستعدين لإبداء بعض المرونة باسم مصر وكانت خطتي أنني إذا لم يكن لديهم مثل هذه الرغبة فسوف يكون البديل عندي هو السدرجهم إلى مفعودات تسارغ فترة زمنية طويلة ولا تصل إلى نتيجة حتى يحدث أحد الأمرين الأول أن يغير السوفيات موقفهم أو أن تغير إحدى الدول العربية موقفها ويقول كيسنجر أنه بعث في ذلك الوقت بمذكر للرئيس نيكسون لدعم وجهة نظره وقال فيها إن مصر لا تستطيع أن تنتصر في حرب ضد إسرائيل ومع لذلك أن العربة ومصر بالتحديد لن يكون أمامهم سوى أحد الموقفين الأول هو اهتزاز ثقته في قدرة الاتحاد السوفيتي على تحقيق تسوية والثاني أن يشن المصريون فردا تفرض على السوفيات اتخاذ موقف حازم بشأن الدعم العسكري الأمر الذي سيشكل مجازفة كبرى بالنسبة لموسكو ويقول كيسنجر في مذكراته سنوات البيت الأبيض إنه ترحى استراتيجية جديدة لسد الفجوة بين نغبة إسرائيل في إجراء تغييرات في الحدود وإسراء العرب على الانسحاب لحدد 67 ويشرح كيسنجر كانت هذه الاستراتيجية تقوم على فكرة الفصل بين موضوع الأمن وموضوع السيادة أي أن تسترد مصر سيادتها الكامل على سينا وفي نفس الوقت تحتفظ إسرائيل بمراكز دفاعية على الأرض المصرية وقد وافق إسحاق ربينو موشي ديان على هذه الفكرة وكان موقف الصوفيات هو أن تطرح واشنطن برنامج لاكثر شمولا للسلام ويمد الوزير الداهي فيقول اقترح أندري جروميكو أن تجرى مفاوضات علانية بين موسكو وواشنطن للفصل بين القوات على قناة السويس شريطة أن يتوصل هو وكيسنجر في نفس الوقت إلى تفاهم سري حول بنود السوية شاملة يكشف النقاب عنها وتنفذ على فور عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية في أواخر عام 72 ويقول كيسنجر لم أعتقد أن هذا الاقتراح يمكن تنفيذه وكان ردنا عليه هو الرفض حيث كان يقينون أن الزعماء السوبيت تتصرفون وكأن وجودهم في العالم العربي أبدي رغم أنني أكدت لديبروين أن مركزه في هذه المنطقة ليس على هذا القدر من القوة الذي يتصورونه فالسياسة الكريمل لا تحقق لحلفائه سوى الهزيمة أو الجمود وكان رد ديبروين أن موسكو تستطيع زيادة وجودها العسكري في مصر كوارك خطيرة للمناورة ولكنني كنت أشك في ذلك لأنني كنت مقتنعا بأن موسكو لن تصل إلى حد تورط قوتها لدرجة الدخول في واجهة مباشرة مع الولايات المتحدة ويقول كيسنجر أوضحت للرئيس نيكسون أن العلاخات بين مصر والاتحاد السوفيتي ليست كما كانت في عهد عبد الناصر فقد طلب السادات سلحة متقدمة ودعما دبلوماسيا وعسكريا بحجم يشبه ما قدمه السوفيات إلى الهند أثناء حربها مع باكستان ولكن السادات لم يتلقى من موسكو ما كان يتوقعه على السعيدان العسكري والدبلوماسي وأنه في تقدير أن حسابات موسكو كانت تقوم على عدم تحمل محاطر لا يمكن السيطر عليها كما أن موسكو لم تكن ترى منفعة من دعم مصر إلى الدرجة التي يمكن أن تؤدي إلى تقليل اعتماد القاهرة على الاتحاد السوفيتي ويقول كيسنجر إن السوفيات حاولوا أن يكسبوا كل شيء ونسوا أن السياسة هي فن الممكن وأنهم قد يخسرون كل شيء في النهاية ويواسل كيسنجر حديثة عن تلك الحقبة وبالتحديد عن الرئيس الراحل أنور السادات فيقول وفي شهر أبريل عام 72 فتحت مصر قناة تصال سرية مع البيت الأبيض واقترح المصريون أن أزور القاهرة أنا وريتشارد هلمس وأن يأتي إلى واشنطن حافظ إسماعيل مستشار الرئيس السادات لشؤون الأمن القومي وأرسلنا ردنا يوم التاسع والعشرين من أبريل بأننا ننصدر حافظ إسماعيل ونشعر باهتمام لعقد اجتماع سري على مستوى عال وسنرحب باستقبال ممثل الرئيس السادات في الولايات المتحدة وأبلغتنا مصر بأننا سنتلقى ردة رسمية في شهر يوليو التالي بعد الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها الرئيس السادات لموسكو في تلك الفترة وبالتحديد في شهر أبريل وقد ظهرت مؤشرات على تزايد التوتر بين القاهرة وموسكو وكان السادات قد قد قم من أن يوافق السوفيات على بقاء الأمن الوقع كما هو في الشرق الأوسط ويعترف كيسينجر أيضا في مذكراته بأنه أخطأ في حساباته اتجاه أنور السادات حيث اكتشف أنه واحد من الزعماء الباريزين القلائل الذين التقى بهم وأنه يتميز بالشجاعة ونفاذ البصيرة لدرجة أن كان لديه الجرأة لأن يدخل حربا لم يكن أحد تصور أنه يمكن أن ينتصر فيها كما أنه يتصف بالاعتدال الذي يجعله يتحرك نحو السلام بعد ذلك مباشرة ويقول كيسينجر في عام 72 لم يكن أي شيء من ذلك واضحا لي فقد وجه السادات تهديدات كثيرة لمنفذها وخلال الجهود السلمية بدأ لي أن السادات لم يتخلى عن أهم عبد الناصر التي كانت تجعله يسر على مطالب لا يمكن تحقيقها وربما كان السبب في هذا الخطأ هو أنه لم يكن لدينا من قبل حوار منتظم مع السادات لكي نكتشف كيف يفكر السادات حقا وكانت معظم التعاملاتنا قبل فتح قناة الاتصال بين القاهرة والبيت الأبيض في أبريل 72 تتم من خلال موسكو لذلك تركزت كل جهود على أقناع السادات بعدم شدوى الطريق الذي يسير فيه ويتابع كيسينجر اكتشفت بعد ذلك أن السادات يراهن على ما هو أكبر من كل تصوراتنا فقد فجر السادات قنبلة نسفت كل هذه التصورات السابقة عنه ففي الثامن عشر يوليو 72 أعلن السادات إنهاء مهمة أكثر من 15 ألف خابر عسكري سوفيتي في مصر بحيث ينصحبون خلال أسبوع وكان هذا القرار مفاجأ كامل إلى واشنطن وكانت استراتيجيته يقنع مصر بتقليل اعتمادها على السوفييت وبالإضافة إلى ذلك فقد كنت إلى ذلك الحين أميل إلى التقليل من تقدير شخصية الرئيس السادات الذي لم أتوقع أبدا أن يتخذ مثله هذا القرار بخطوة واحدة ضخمة وبعد دراسة قرار طرد الخبراء السوفيات وهنا يتذكر كيسنجر كان تقدير أن السادات حاول أن يعبر عن خيبة أمل المصريين في الاتحاد السوفيتي أو تحسين خيارته العسكرية في العام التالي 73 بإبعاد السوفيات حتى لا يعرقل أي تحركات هجومية مصرية وبالإضافة إلى ذلك فربما كان السادات يسعى لإغراغ الولايات المتحدة على التحرك للرد على هذه الخطوة وقد أصاب قرار السادات موسكو بالارتباك وأكدت شخصية للسفير الصوفيتي دي براين عدم وجود أي علم نسبق لدينا بهذا القرار ويمدي كيسنجر فيقول وقد بعث برجناف برسالة لينيكسون حاول فيها تفسير ما حدث فقال إن خروج السوفيات من مصر جاء تنفيذ للإقتراح الذي قدمه جروميكو في سبتمبر 71 حول انسحاب القوات وبالتالي فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنفذ الشقة الخاص بها في هذا الاتفاق وهو أن تدغط على إسرائيل في اتجاه تسويع تيم بمقتداها تحريج كل الأراضي العربية المحتلة في عام 67 ويعترف كيسنجر بأن تردى السادات للسوفيات كان مفاجأة كبرى له ولواشنطن ولكنه يعترف بأنها لم تكن هي المفاجأة الوحيدة فقد كانت المفاجأة الكبرى هي حرب أكتوبر 73 والقرار الذي أصدره السادات بخوض هذه الحرب ويعترف كيسنجر سحيا في مذكراته بأن السادات خدع الجميع في واشنطن وفي مقدمتهم هو نفسه وأن حساباته بالنسبة للسادات كانت خاطئة في جزء كبير منها ومن أهم الوثائق التي تضمنها كتاب الأزمة لهنريك سنجر تلك التي تتناول دورها خلال الساعات الحاسمة التي سبقت حرب أكتوبر ففي ساعات مبكرة من صباح يوم السبت السادس من أكتوبر عام 73 وفي الوقت الذي كان الإسرائيليون يحتفلون فيه بيوم الغفران كان وزير الخارجي الأمريكي يقضي عطلة نهاية الأسبوع في إحدى الغرف في فندق من فلادق نيرك وقد أبلغوه كما يقول بأن رئيسة وزراء إسرائيل جولدماير حذرت الأمريكيين بسرعة سرية من اعتزام المصريين والسوريين شن حرب مفاجئة على إسرائيل وبعد أن اندلعت الحرب ولاحت في الأفق بوادر النصر المصري والعربي حاول كسنجر مرة أخرى وقف عجلة التاريخ ففي صباح يوم الأحد السابع من أكتوبر طلب المسؤولون الإسرائيليون إمدادات عسكرية أمريكية فتحدث كسنجر مع هيج عبر التليفون ليقول له هيج هل أصيب الإسرائيليون بالرعب؟ كسنجر إنهم كذلك تقريبا وهم يريدون الحصول على بعض المعدات التي وفق عليها الرئيس وأعتقد شخصيا أنه يجب إعطاؤهم بعد ما يريدون إذا انتصر العرب فسيكون مستحيل التعامل معهم ولن تكون هناك مفاوضات وإذا ما تشددنا مع الإسرائيليين هذه المرة فلن يستمعوا إلينا بعد ذلك وإذا ما تخلينا عنهم في هذا الوقت فلن يكون لديهم ما يخسرونه وفي ظهيرة ذلك اليوم هاج كسنجر بسبب عدم رد موسكو على اقتراح توجيه نذاء الأمريكي سوفيتي مشرك لوقف إطلاق النار والانسحاب إلى خطوط ما قبل الحرب واتحدث في هذا الأمر مع هيج عبر التليفون ليتبادل الحوار التالي كسنجر بدأت أعتقد أن الإكنوصوفيات في موسكو يروغوننا ونحن نتلقى استغاثات المتكررة من الإسرائيليين لجزويدهم بسواريخ سيدر ويندرس وما زالت وزارة الدفاع تروغ في تلبية الاستغاثة هاج يمكنك أن تقول لهم إن الرئيس هو الذي أمر بذلك كسنجر الفكرة تقوم على أساس نقل الأسلحة إلى قاعدة جوية وتقوم طائرات شركة العالي الإسرائيلية بنقل هذه الأسلحة بدون أن تلفت انتباه أي شخص في مساء اليوم نفسه جرت محادثة تليفونية بين كسنجر ونيكسون عندما قال كسنجر أن الإسرائيليين يقاومون هجوما مصريا كاسحا قال نيكسون إنه إذا استطاع هو وكسنجر تحقيق وقف لإطلاق النار فسوف يعطي ذلك للرئيس نجاحا يحتاج إليه بشدة على سعيد السياسة الخارجية في ذل فضيحة ووترغيت ويقول كتاب أزمة كسنجر إن السياسي الأمريكي الداهي بعد أن فشلت خواقعاته في الحرب وبعد أن ظهر خطأ تقديره لقوة المصريين حاول أن يسيطر بعد ذلك على عملية السلام بعد أن فشل في السيطرة على الحرب والتحكم في نتيجتها لتكون لصالح أصدقائه الإسرائيليين كارتر أنور السادات عز أصدقائي من الرؤساء وفي كتابه فلسطين سلام لا فصلا عنصري يتناول الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر شخصية الرئيس المصري الروح الأنوال السادات بإسهاب من خلال معايشته له عن كثب قبل وأثناء وبعد كام ديفيد ويقول كارتر في الفصل الثالث من الكتاب إن السادات أراد اتفاقية سلام شاملة وأنه لم يأتي إلى كام ديفيد بحثا عن اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل فقط ولكنه جاء يبحث عن اتفاقية سلام عربية شاملة مع إسرائيل تقوم على إعادة الأراضي المحتلة ودمان حقوق الشعب الفلسطيني ووقف بناء المستوطرات وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 242 ويقول كارتر أن بيغن تعهد لفطيا بشروط السلام التي طالب بها السادات ولم تنص عليها اتفاقية كام ديفيد ولكن بيغن لم يفي بوعوده وهنا يشير كارتر لأن الجوهر الأصلي للاتفاقي المتعلق بالأراضي المحتلة الأخرى غير المصرية تم التخلي عنه أو تغييره بشكل كبير كما يذكر أن أخطر شيء حذفه من اتفاقية كام ديفيد كان الفشل في توضيح كتابته وعود بيغن اللفدية الخاصة بتجميد المستوطنات خلال محادثة السلام التالية كما يوضح أن إسرائيل لم تعطي أي استقلال دمانا للفلسطينيين وبدلا من أن يسحبوا قواتهم العسكرية والسياسية قام قادة إسرائيل بتقوية قبضته من الأراضي المحتلة وهنا يعبر كارتر عن انتقاده لقادة إسرائيل السياسيين بما في ذلك مناحا بيغن موضحا أنه لم يكن سرا أنه كان بيني وبين بيغن خلافات علنية تتعلق بتفسير اتفاقيات كام ديفيد وللأسف قادت هذه الخلافات إلى بعض الخلافات الشخصية أيضا كما أوضح كارتر أن انتقاده لبيغن ولموقف إسرائيل من عملية السلام دفع بيغن لسوء معاملته وتجاهل الرد على أسئلته في إحدى اللقاءات التي جمعتهما أما السادات فيخصه كارتر بأكبر قدر من المديح والتقدير حيث يقول في فصل الخمس من الكتاب وفي معرض حديث كارتر عن دور دول الجوار في السراع العربي الإسرائيلي أن من بين حوالي ما أتى رئيس دولة قابلت معهم عندما كنت رئيسا كان هو السادات صديق الشخصية المفضلة والأقرب ويعترف كارتر في مذكراته هذه بأن السادات كان أفضل وأعز صديق عرفه من بين مئات رؤساء الدول الذين عرفهم وقد أثر كارتر الكثير من الجدل إذا أما حواه من مواقف رأت فيها بعض الأطراف الأمريكية خاصة المؤيدة لإسرائيل خروجا على النهج الأمريكي المؤتد في الوقف النعام من مجريات السراع وعلى مدى صفحات الكتاب يقدم كارتر خلاصة تجربته العملية سواء خلال توليه مهام الحكم كرئيس للولايات المتحدة أو فيما بعد ذلك كأحد الداعين للسلام من خلال دوره الذي حرص على لعبه عالميا بادئا تنوله لموضوعه من لحظة زيارته الأولى إلى إسرائيل عام 1973 وهي الزيارة التي جعلته في قلب السراع ومن هذا الجانب يتطرق إلى الدور المحوري الذي لعبه خلال فترة توليه الحكم والذي مثل اختراق على صعيد القضية برمتها من خلال الجمع بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الأزراء الإسرائيلي مناحا بيجن في كام ديفيد وفيما يشير إلى طبيعة موقفه الحقيقي قبل أن تضغط عليه الضغوط التي يتعرض لها أي رئيس أمريكي فإنه يأتي على ذكر الأزمة التي تسبب فيها تصريحه في أعقاب توليه الرئاسة حيث أشار في مارس 77 إلى ضرورة تأسيس وطن للشعب الفلسطيني الذي يعاني الكثير على مدى سنوات وهو ما تسبب في انتقادات شديدة وجهة له ويشير كارتر إلى ما يمكن اعتباره النواة الأولى لمبادرة السادات بالذهاب إلى القدس والتي أدت إلى التطورات التي شاهدناها على المسار المصري وانتهت إلى ما آلت إليه الأمور الآن فخلال زيارة للسادات إلى واشنطن بعد نحو أسبوعين من تصريح كارتر المشار إليه صارحه الرئيس السادات بأنه يريد الإقدام على خطوة تنجرية نحو السلام تقوم على أساس القرارات الدولية المتعلقة بالنزاع وعلى ذلك جرى مناقشة أبعاد قضايا النزاع وتفاصيله وخاصة ما يتعلق بحدود إسرائيل الدائمة ومستقبل القدس والحقوق الفلسطينية لقد جاء ذلك في الوقت الذي تولى فيه مناحا بيجن مقليد الحكم في تل أبيب كرئيس للوزراء منهيا بذلك رئاسة إسحاق ربي من حزب العمل مع ما هو معروف عنه من تشدد بدأه بإعلان رفضه التخلي عن غزة والدفة الغربية في أية اتفاقية سلام دائمة ومع ذلك يشير كارتري لأنه لدى زيارة بيجن الولايات المتحدة فيما بعد فإنه وجد لديه رغبة في مواصلة النقاش بشأن ما أثره السادات في لقاءاته مع الرئيس الأمريكي وبالطبع يشير إلى أن منظمة التحرير كانت خارج نطاق التفكير إزاء السياسة الأمريكية التي كانت تقوم على تصنيفها على أنها منظمة إرهابية ولغم ذلك يشير كارتري أنه عمل على إيجاد قناة مع ياسر عرفات يمكن من خلالها إقناعه بقبول الإطار للعمل للغرارات الدولية بما يمكن معه إلحاق المنظمة بالعملية التفاوضية ورغم ذلك يبدو من سياق تناول كارتري أن السادات أقدم على حطوته بزيارة القدس دون الترتيب معه حيث يشير إلى أن ما يمكن اعتباره كرما ساداتيا لم يقابل بما يمثله على الجانب الإسرائيلي فخلال تسارات الرئيس المصري الراحل مع كارتري راح يطلعه على مخاوفه من أن تنتهي مبادرته إلى لا شيء إذا أتعنت بيجن وإسراره على بقاء المستوطنات الإسرائيلية في سينا وعلى هذا الأساس طلب أن يزور الولايات المتحدة ليلقي من هناك خطبة يدين فيها الملأ موقف بيجن الخائل لعملية السلام هنا بدأ كارتر جهدا مكثفا من أجل الترتيب لزيارة سلام له إلى المنطقة وتشاور مع الزعماء العرب الذين وجدهم حسب قوله يسندون مبادرة السادات في أحاديثهم الخاصة غير أن موقفهم العلانية كان مختلفا جدا لاختلاف وإذا ما بدأ من موادر إخفاق لجهود السلام كان تفكير كارتر دعوة للسادات وبيجن إلى كام ديفيد لعقد مباحثات بعيدة عن الضغوط ويذكر في هذا الخصوص أن السادات وبيجن كان على المستوى الشخصية غير متوافقين وعلى ذلك اتجه إلى البحث عن صيغة لا تقوم على أساس تفاوضهم مباشرة وإنما من خلال فرق العمل الخاصة بالبلدين وهنا إشير كارتر إلى أنه رمى متاعب هذا الأسلوب إلا أنه مكنه من تجاوز تصادم بين السادات وبيجن وإن كان هذا الأخي قد رحقه على حد ما يذكر حيث أنه كان يدقيق في كل كلمة يجري مناقشتها بشأن ترتيبات الاتفاق لدرجة الاستعانة بالقواميس وكتب المتراضفات اللغوية من أجل تحديد المعنى الدقيق لبعض الكلمات التي كان يجري التفاوض على إدراجها في مسودات الاتفاقيات ومن الجوانب الملفتة للنظر في سياق ما يتطرق إليه كارتر بشأن مفاوضات هذه الفترة أنه كان من الواده أن بيجن قدم إلى كامنيفيد من أجل التفاوض على سيناء فقط وأنه لم يكن في باله القضية الفلسطينية وتحديد مستقبل الدفع وغسع بل إنه على المستوى المصري لم يكن لدى بيجن وفي قروية كارتر رؤية الاتفاقية سلام شاملة وإذا تزايد حدة الاختلافات بين الطرفين فقد هدد السادات وبيجن في مراحل مختلفة من المفاوضات بإنهائها والعود إلى أوتانهما غير أنهما قبل بعض تدخلات من كارتر بالتوصل إلى إطار عمل معاهدة سلام مثلت ما تم التعارف عليه بالتفاقيات كامديفيد وكانت القضية التي بقيت محل خلافيا القدس حيث ودع كارتر نصا خاصا بها يتضمن حرية الوصول إلى الماكان المقدس لكل أصحاب الديانات السماوية من دون اضطهاد أو تمييز أو أن تضار هذه الأماكن من قبل أتباع تلك الديانات إلا أنها صادفت رفدا في النهاية من قبل كل من السادات وبيجن وأسر على حذفها ويروي كارتر تفاصيل التوصل لاتفاقيات كامديفيد التي وقعها سادات وبيجن ويرى كارتر أن عدم التزام إسرائيل باتفاقيات كامديفيد وحرصها على زيادة المستوطنات في الأراضي المحتلة وردها العنيف بقصه وتشريد ألاف الفلسطينيين واللبنانيين في جنوب لبنان وانتهاك بيجن المتعمل لبنود الاتفاق الخاصة بالدفة الغربية وقطاع غزع كل هذا أدى إلى تلاشي وضياء حلم تحقيق السلام في شرق الأوسط يقول زارني رئيس الوزراء بيجن في البيت الأبيض لمناقشة تفاصيل عروض السلام وهناك حدثت العديد من المقابلات بين المصريين والإسرائيليين وصلت إلى أشدها بعد الكريسماس بفترة قصيرة وعندما قام بيجن بزيارة للقاهرة رد على زيارة السادات الشاهرة للقدس اتصر بي السادات وأخبرني أن المباحثات بينهما كانت غير مرضية على الإطلاق وهو ما اعتبره السادات هزيمة قاتل لمبادرة السلام التي قام بها عندما زار القدس فلقد كان بيجن مصرا على أن المستوطنات الإسرائيلية الموجودة في سينا يجب أن تبقى هناك وبدأت تلوح في الأفق أن النتيجة الواحدة الدائمة لمبادرة السادات هي القداء النهائي على أي أمل في عقد مؤتمر العالمي للسلام يضم السوفيت من جهتي قمت بالسشارة العديد من القادة العرب خلال رحلة سريعة قمت بها في بداية العام لمنطقة الشرق الأوسط هناك اكتشفت أنه في السر يؤيدون السادات وإن كانوا على نية ينتقدونه بشدة بسبب احترامهم الجماعية لأراء باقي إخوانهم العرب خلال الجزء الأول من عام 78 أرسل لي السادات رسالة خاصة أعرب فيها عن نيته لزيارة أمريكا حيث خطت لإدانة سلوك بيجن وشجبه في خطاب علمي باعتباره خائلا لمسيرة السلام قمت أنه رسالين بدعوة السادات وزوجته جهان إلى كم ديفيد في زيارة شخصية بعد أن أمضينا عطلة نهاية الأسبوع في محادثات مكثفة أقنعت السادات بإرغاء قطته والاندمام إليه في البحث عن اتفاق لسوء الحد فإن علاقة العمل التي تربطني ببيجن أصبحت أكثر صعوبة في شهر مارس عندما قامت منظمة التحرير الفلسطينية بمهاجمة إسرائيل من أحد قواعدها في جنوب لبنان فلقد قامت بمهاجمة أوتوبيس سياحي وتم قتل 35 إسرائيليا ولقد أعلنت إدانة الشديدة لكن تعطفي معهم لم يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية لأن إسرائيل قامت بعدها بثلاثة أيام بغزو جنوب لبنان واستخدمت القنابل العنقودية الأمريكية الصنع على الغاصمة بيروت وغيرها من المراكز المدنية وهو ما تسبب في قتل المئات وتشريد الآلاف من المدنيين لقد اغتبرت هذا الغزو الكبير أرد دفع المبالغ فيه على هجوم منظمة التحرير الفلسطينية وتحديد خطير لمسيرة السلام في المنطقة بل إنه ربما يكون جزءا من خطة لتكريس وجود إسرائيليين دائما في جنوب لبنان أيضا فإن استخدام أسلحة أمريكية الصنع بهذه الطريقة يعد انتهاك لشرايات اتفاقيات تسليم وقيوده والتي بيعت بمقتدها هذه الأسلحة لإسرائيل بغرض استخدامها في الدفاع عن النفس ضد أي هجوم هددت إسرائيل بقطع المعونات العسكرية فورا إذا لم تنسح من جنوب لبنان فانسحبت بعد أن قمت باستشارة عديد من المؤيدين الرئيسيين لإسرائيل في مجلس الشيوخ أخبرت بيجن بأنه علي في حالة بقاء قواته في لبنان أن أنذر الكونغرس بأن أسلحة أمريكية استخدمت بطريقة غير شرعية في لبنان وهو ما سيؤدي إلى قطع كل المساعدات العسكرية عن إسرائيل بطريقة تلقائية وطلبت أيضا من نزارة الخارجية أن تعد مشروع قرار مجلس الأمن يدين أفعال إسرائيل في جنوب لبنان قامت قوات إسرائيل بالانسحاب وحلت محلها في جنوب لبنان قوات من الأمن المتحدة وهو ما منع مرضمات التحرير الفلسطينية من القيام بأي هجمات جديدة على المواطنين الإسرائيليين وخلال الربيع والصيف لم تهتي جهودنا لإحياء مسيرة السلام بأي نتيجة لهذا قررت أن أدعو سبيغان والسادة لأكم ديفيد حتى نتمكن في هذه العزة النسبية من تجنوب الواجبات الروتينية ولو لعدة أيام وكنت أنا بنفسي بدور الوسيط بين وفدي البلدين وفي يوم الرابع من سبتمبر من عام 78 بدأت المباحثات التي استمرت لمدة 13 يوما وكان فريق كل بلد يتكون من حوالي 50 فردا لقد كان هدفي هو أن أجعل الفريقين يتفاهمان ويتقبلا أن لهم هدفا مشتركة والفوائد التي يمكن أن تعود على البلدين من حل خلافاتهما كان علينا أن نناقش مسائل أساسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وحقوق الفلسطينيين والأبنى الإسرائيلي ووضع نهاية للحضر التجاري الذي فرضه العرب على إسرائيل وفتح الحدود بين إسرائيل ومسر وحقوق السفن الإسرائيلية في عبور قناة السويس والمسألة الحساسة الحصة بمن سيكون له السيادة على القدس وحريات العبادة في الأمارك المقدسة لقد كنت آمل من تحقيق سلام دائم بين البلدين يتبادلان من خلاله لأتراف الدبلوماسي الكامل الذي تؤكده اتفاقية سلام ثنائية كان هناك تنفر واضح بين شخصية بيكين والسادات وبعد حدوث عدد من المصادمات قررت أنه لا يجب أن تكون هناك مفاوضات مباشرة بينهما بدلا من هذا عملت خلال الأيام والليالي العشر الأخيرة على أن أتفاود مع كل منهم على حدة وبالرغم صعوبة هذه الطريقة والتي تطلبت مني أن أخرج من جلسة المحادثات إلى جلسة أخر مباشرة فإنه كان لها مميزاتها لأنها مكنتني من جنب العنطريات المنمقة والجدل الشخصي بين الزعيمين بالنسبة لبيكين فإنه تفحص بدقة شديدة كل كلمة كتبت في الاتفاق النهائي ولقد أمضيت أنه هو الكثير من الوقت في استشارة الموسوعات والقواميس لقد كان حريصا على دراسة معنى كل كلمة ومغزاها ولكنه ذات مرة فاجأني عندما اقترحت حكما ذاتي للفلسطينيين ولكنه أسر لأن تكون حكما ذاتي كامل ويقول كارتر عندما أتى بيكين إلى كام ديفيد فإنه كان ينوي أن نخرج فقط من مبادئ عامة وخطوط عريض الاتفاقية السلام على أن يترك لمرؤوسه مهمة حل المشاكل المتعلقة بالتفاصيل لكنه بعد فترة أظهر اهتمامه بمناقشة سيناء أكبر من اهتمامه بالدفة العربية وغزة والسهل كمعظم طاقته في التفاصيل الدقيقة المتعلقة بكل عرض قدم له أما بالنسبة لباقي عداء فريقه الرئيسيين والمتمثلين في وزير الخارجية موشي ديان ووزير الدفاع عزرا ويزمان ووزير العدل باراك فإنهم كانوا يرغبون في اتفاق متكامل بقدر الإمكان مع المسريين كما أنهم تمكنوا من إقناعه من أن بعض العروض في سلح إسرائيل وأن المواطنة الإسرائيلية سوف يوافق عليها أما السادات فإنه كان يرغب في الحصول عن اتفاق سلام شامل حتى أنه كان أكثر أداء الفريق المسري استعددا لتقديم المساعدة كانت طلباته تتضمن أن يترك الإسرائيليون سيناء المسرية وأن يكون هناك اتفاق شامل لتضمن باقي الأراضي المحتلة وحقوق الفلسطينيين وتعهد إسرائيل لأن تلجو إلى الوسائل السلمية في حل أي خلافات مستقبلية مع عجلانها كان على الفريقين أن يتعهدوا باحترام قرار الأمم المتحدة رقم 242 وكان من عادة السادات أن يترك التفاصيل لي وللمفاوض الرئيسي في الفريق المسري أسامة الباس ويمدي كارتر فيقول لعدة مرات أصبح بيجن والسادات مستعدين لإنهاء المفاوضات والعودة إلى بلدهما لكننا تمكننا أخيرا من الوصول إلى اتفاقية كام ديفيد بالإضافة إلى إطار العمل يهدف للوصول إلى اتفاقية السلام بين البلدين بل إن مستشريهما وافقوا على فقرة سيغت بدقة تتعلق بأكثر القضايا حساسية وهي مدينة القدس القدس مدينة السلام هي مدينة مقدسة لليهودية والمسيحية والإسلام ويجب أن يسمح للجميع بزيارتها والتمتع بحرية العبادة وحق الزيارة والتنقل إلى الأماكن المقدسة بدون تفرقة أو تمييز الأماكن المقدسة بالنسبة لكل ديانة سوف تكون تحت إدارة وتحكم من يمثلون هذه الديانة ممثل لمجلس سكان المدينة المحلي سوف يشرف على الوظائف الضرورية للمدينة مثل المنافع العامة المياه والكهرباء والغاز والمواصلات العامة والسياحة ويعمل على التأكد من أن كل مجتمع يستطيع أن يحافظ على حضارته ومعاهده التعليمية أهم الأشياء التي أفنها في كام ديفيد هي عدم حصولنا على توضيحا كتابي بوعد بيجن الشفوي فيما يتعلق بتجميد بناء المسوطنات في اللحظة الأخيرة وبعد عدة أيام من التوافق الكامل قرر كل من السادات بيجن أن هناك الكثير من العناصر الخلافية المثيرة للجدل في الاتفاقية وطالب بحذف هذه الفقرة من النص النهائي إن علينا أن نتذكر أن اتفاقيات كام ديفيد التي وقعها كل من السادات بيجن وصادقت عليها حكومة البلدين تؤكد على تعاهدات محددة مثل احترام قراري الأمم المتحدة رقم 242 و338 والتي تمنع الاستداء على الأراضي بالقوة وتدعو إسرائيل للانسحام من أرض محتلة هذه الاتفاقيات دعت للحكم الذاتي الكامل لسكان الأراضي المحتلة وانسحاب القوات والمدنيين الإسرائيليين من الدفة الغربية وغزة ولا اعتراف بالشعب الفلسطيني ككيان سياسي منفصل له الحق في اختيار مستقبله وهي خطوة كبيرة تجاه دولة فلسطينية كما إن هذه الاتفاقيات سمعت الفلسطينيين بالاشتراك في المحادثات القادمة على أنهم طرف متساوين على أن يتم تخديد الوضع النهائي للدفة الغربية وقطاع غزة من خلال تصويت الممثلين المهتخبين لسكان الدفة وغزة كذلك فإن هذه الاتفاقيات قد اعترفت بصفة عامة بأن الاستثمار في معاونة غير اليهود في الأراضي المحتلة على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية يتنافى مع مبادئ الأخلاق والعدل والتي بنيت على أساسها الديمقراطية واتفق بيغان والسادات على أن المشكلات الصعبة الخاصة بحوق الفلسطينيين سوف يتم التغلب عليها في المستقبل بالإضافة إلى كل هذا تم توقيع إطار العمل الخاص باتفاقية السلام المصري الإسرائيلية والذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من المنطقة المنزوعة السلاح في سيناء وتفكيك المستوطنات الموجودة على أراضي المصرية وإنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وفتح الحدود لمرور البضائع والتجارة وحق مرور السفون الإسرائيلية في قناة السويس ومعاهدة سلام دائمة للتأكيد على هذه الاتفاقيات كان السداد دائما يؤكد على أن الأولويات الأولى هي التزام بالقرار للأم المتحدة رقم 242 وحق تقرير المصير بالنسبة لفلسطينيين وكان الجميع بالستناء بيغان واثقين من أن هذه الحقوق محمية في الوثيقة النهائية وكنا جميعا بما فينا بيغان واثقين من أن البنوذ النهائية للمعاهدة يمكن الوصول إليها خلال فترة الشهور الثلاثة المحددة لهذا كنا جميعا نعلم أنه إذا بدأت إسرائيل في بناء مستوطنات الجديدة فإن الوعد الخاص بحكم ذاتي كامل مع صوت المستقل النهائي في تعدد الوضع النهائي للأراضي المحتلة لن تكون له أي قيمة ولعل أهم الأشياء التي أغفرناها في كام ديفيد هي عدم حصولنا على توضيح كتابي بوعد بيغان الشفوي فيما يتعلق بتجميد بناء المستوطنات خلال معحدثات السلام التالية إن أحد الفوائد الشخصية التي خرجت بها من تلك الأيام الطويلة التي قضيناها في المفاوضات هي الصداقة الدائمة التي ربطت بيني وبين عزر ويزمان والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت لقد كان هذا الرجل متحمس للوصول إلى اتفاق سلام شامل وقد كان بإمكاني أن تحدث معه بصراحة وثقة في الكثير من القضايا الحساسة جدا كما أنه كان على علاقة ضيبة بالمصريين فكان عادة ما يذهب إلى كبينة السادات ليبيدله الحديث أو يلعب الطاولة معه بالنسبة لهذا الرجل كانت محادثات السلام نقطة تحول كبرى فإن ويزمان الذي كان أحد الجماعة العسكرية السرية أرغون وأحد أبطال الحرب الستة أيام فهو الذي وجهت ضربات الجوية التي قضت على القوات الجوية العربية وهو أحد المؤسسين لحزب الليكود المحافظ وقد كان أحد السقور الكبار طوال حياته حدث له تحول كبير خلال الأسابيع التي سارقتها المفاوضات وأصبح من المؤيدين الكبار للصلح مع العرب بيجل لم يحافظ على وعوده بالنسبة للدفة الغربية والفلسطينيين أو تحايل في تنفيذها وانتهاكها عن عمد لم تطل سعادتنا بالتوسل للتفاقيات كام ديفيد لأنه كان علينا أن نتحمل أسابيع طويلة من المفاوضات المملة والمحبطة لنصر إلى معاهدة السلام بين إسرائيل ومصر بعد كام ديفيد بستة شهور قررت زيارة القاهرة والقدس بهدف حل القضايا المتبقية وتمكننا من الوصول إلى بنود محاددة للاتفاق النهائي وبالرغم أنه لم يتم انتهاك هذه المعاهدة الحساسة أبدا إلا أن العديد من الفقرات الشرطية الهمة لم يتم احترامها منذ تركت البيت العبيد فالإسرائيليون لم يمنحوا الفلسطينيين أبدا أن يحكم ذاتي حقيقي وبدلا من سحب قواتهم السياسية والعسكرية فإنهم قاموا بتذيق الخناق أكثر على الأراضي المحتلة أما السادات فإنه تحمل إيدان تجيرانه العرب وشجبهم لأفعاله والذين قاموا بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية وتجارية على مصر في محاولة غير ناجحة لعزله وعيقابه وبعد هذا بفترة طويلة بعد سنين طويلة من مغادرة للبيت الأبيض كان الأردنيون ومنظمة التحرير الفلسطينية لا يزالون مترددين في الاشتراك في محادثات السلام مع إسرائيل هذا أكد مخايف الإسرائيليين بأن وجود دولتهم سوف يكذل مهددا بمجرد أن يتمكن أعداؤهم من جمع القوة الكافية للهجوم عليهم عسكريا أما بالنسبة لمنحا بيغان فإن معاهدة السلام مع مصر كانت أكثر منجزاته أهمية بالنسبة لإسرائيل فبالرغم من أنه لم يحافظ على وعوده بالنسبة للدفة الغربية والفلسطينيين أو التحايل في تنفيذها أو انتهاكها عن عمد أما بالنسبة للمعاهدة الثنائية فإن إسرائيل أصبحت قادرة على السبعات قوة مصر الكبيرة من المعادرة العسكرية للشرق الأوسط وهكذا فإنه أصبح لديها قدر أكبر من الحرية في محاولة الوصول لأهداف قلة قليلة من الموادنين الإسرائيليين الذين يتوهجون حماسة بالرغب في مصادرة الأراضي المحتلة والاستقرار فيها والتحصن بها وما زالت نشاطات الاستضان تتسبب في الكثير من القلق وفي عام 1980 قامت الأمم المتحدة بإجماع الآراء بإستار القرار رقم 465 الملحق الخامس في هذا الكتاب والذي يدعو إسرائيل لتفكيك المسوطنات الموجودة في الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية إننا نعلم جميعا أن إسرائيل يجب أن تحصل على سلام شامل ودائم وقد كان من الممكن لهذا الحرم أن يتحقق لو أن إسرائيل تزمت باتفاقيات كام ديفيد وامتنعت عن استعمار الدفع سيروس فانس السادات ملك العرض الدرامي وتشمل الوثائق التي سمح بنشرها كارتر الاستعدادات الكاملة التي قام بها تمهيدا لتوقيع أو لمعاهدة سلام بين العرب والكيان الصهيوني وتبين الوثائق أن الولايات المتحدة يعتقدت في تلك الفترة أن حل القضية الفلسطينية لأن يكون بدولة المستقلة وأن كارتر والجال يعتقد أنه يمكن التوصل لحل المبتكر يمكن من استمرار الحضور الإسرائيلي في الدفعة الغربية أيضا بعد إعداد حكم ذاتي فلسطيني رغم أن الاتفاق النهائي تترق إلى حكم ذاتي فلسطيني ويروي كارتر كيف خصصه ومساعدوه وقتا كبيرا في التحضير من أجل وضع خريطة كاملة لاتباع كل من مناحا بيغن والرئيسا ورسادات ودراسة نفسية لسلوكياتهما وكيفية التعامل معهما في التوصل لاتخاذ القرارات وتمت التوصية على إشعار كل منهما بالثقة وأن يكون على استعداد للتنازلات ويقول عن نتائج هذه الدراسة النفسية بالنسبة لبيغن إنه برحن أحيانا أنه قادر على التغلب على مصارح الشخصية والسياسية ولهذا أوصى كارتر أنه عندما يبدأ بيغن بالحديث عن مضيه أو يستصعب التقدم باتجاه اتخاذ قرار فأجب أن يقال له إنك قائد عظيم وتلك مهمة مؤمنة ووحيدة فإنك تركت خلفك أصدقاء قدامة ومواقف قديمة والهدف من ذلك أن يجعله يشعر بأن الرئيس الأمريكي يتعظف مع مشاعره وقد وصف وزير خارجية كارتر سيروس فانس الذي أعد الوثيقة في مذكراته التي تحمل اسمه قادة مصر وإسرائيل بأنهم فنانون في التحايل وأكد أن السادات يجيد العرض الدرامي لما يريد أما بيغن فإنه يلتسق بالتفاصيل الصغيرة والسياغات ولهذا أوصى كارتر أن يمتنع للدخول في منقشات اللغوية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خاصة وأن بيغن يركز على التفاصيل التي هي في الأساس تقنية في محاولة التهرب والمراوه كما جاء في الوثيقة كما تخوف الأمريكيون عند قدومه ملك أم ديفيد من عدم مرونة بيغن بما يكفي ولهذا أوصى فانس إنه في المباحثات حول التسويات الأمنية يجب الانتقال إلى دائرة أوسعة من خلال قادة الكهان الصهيوني حيث إن رأي ديان وربما أيضا رأي عزر ويزمان من شأنه أن يكون نافعا وبالنسبة لمهمة ديان فإن الإدارة الأمريكية أوسط بالفحص عن كيف نستطيع استغرار ديان من أجل تدريب بيغن على أن يكون أكثر مرونة ويقول فانس كما توقع الأمريكيون مشاكل مع السادات أيضا فلقد يعتقدوا في الواقع أن عدم مقدرتها على التركيز في التفاصيل يستطيع أن يمنع الاحتكاكات ولكنهم تخوفوا أيضا من أن ميله إلى تجاهل التفاصيل قد يؤدي إلى عدم الفهم فيما يستقبل ويبدو أن الأمريكيين اعتقدوا أن دوافع السادات ليست قومية عربية وإنما هي وطنية مصرية ولهذا اعتقدوا أنهم سيصلون معه إلى مصلحة ميشال القضية الفلسطينية لقد طلبوا من سفراء إسرائيل ومصر كجزء من العمل لأدد المؤتمر أن يستوضحوا البرنامج اليومي لكل من السادات وبيغن من أجل التغطيط وقد أبلغ كارتر أن بيغن يستيقض من النوم في الساعة الخامسة والنصف صباحا ولكن السادات يستيقض في التاسعة في حين أن بيغن يأوي إلى فراشه في الساعة الحادي عشر ليلا فإن السادات يبقى مستيقضا حتى الساعة الواحدة بعد متصف الليل لقد كان عمل الإعداد دقيقا وقد عارض أمام كارتر برنامج لكل يوم من أيام المؤتمر ولقد كانت النظرية التي وجهت للولايات المتحدة هي أنه يجب أن تعرض على الزعيمين زاوية جديدة للقرار 242 والتأكيد على أن الحديث هو عن المبدأ الأساسي في المفاوضات فإنه يجب أن تتم ملأمته لواقع سنة 78 الذي يختلف عن الآخر لسنة 67 وبالنسبة لمسألة السيادة في الدفة الغربية فهي تابعة لها أو على أساس دولة فلسطينية ذات استقلال تام ولقد اقترح فانس اختبار إمكانية تفسير الانسحاب من الدفة الغربية كإنهاء للاحتلال دون أن يخرج الإسرائيليون منها وتؤكد الوثائق تخوف الأمريكيين الأكبر من أن كل طرف سيحاول جرى كارتر لأن يؤيد مواقفه ولهذا ودع كارتر أن الولايات المتحدة لا تقف إلا جانب أي طرف ولكن أن يدعى هذا بلطف من أجل أن يعطي كل طرف الإحساس بأننا نفهمه كما ورد في الوثيقة يدرح وزير الخارجية فانسو ألا كيف سننجح في الحفاظ على الثقة التي يمنحنا إياها بيغين والسادات عندما عرض أمامها مواقف الولايات المتحدة بأن مواقفنا ستذهلهم إلا أن كارتر أداف بخط يده إلى جانب ملاحظة فانس لا أعتقد أن الأمر سيكون كذلك وفي الوقت الذي آمن فيه المسريون والإسرائيليون بأنهم سيأتون إلى كام ديفيد من أجل تخطيم الجليد فقط وإعادة المفاوضات إلى مسارها خطة كارتر ورجاله كل الوقت لمؤتمر المستمر تكون نهايته وثيقة مكتوبة وقد زود فانس كارتر قبل دخوله من بوابات كام ديفيد بمسودات الاتفاقيات المفصلة تشبه تلك التي تم توقعها في نهاية المطاف ولكن الأمريكيين استعدوا أيضا لإمكانية الفشل بريماكوف يزعم السادات لعبها مع كيسنجر مذكرات أخرى تناولت شخصية السادات ولكنها قابلة للجدل والمناقشة مثلما صاحبها نفسه قابل للجدل والمناقشة ففي مذكراته في قلب السلطة زاعم فيجني بريماكوف رئيس المخابرات الروسية ثم وزير الخارجية ثم رئيس الوزراء السابق بأن الرئيس عنور السادات نظم حرب أكتوبر 73 كجزء من خطة أعدها هنريكي سنجر وإذا كان لنا أن نصدق بريماكوف كان قد قرر أن نجاحا عسكري محدودا يحققه السادات ضروري لتغيير الموقف ويقنع الإسرائيليين بالدخول في سلام منفرد مع مصر بل إن بريماكوف يقول إن كيسنجر طلب من السادات أن لا يبيد قوة إسرائيلية عبرت إلى مصر بقيادة الجنرال أريا شارون وكان الجيش شارون قد أصبح من الناحية الفعلية معزور عن القوات الإسرائيلية الرئيسية في سيناء وكان يمكن الإسلاء عليه من قبل المصريين غير أن كيسنجر أبلغ السادات بأن مثل هذه النتيجة يمكن أن تعني تفوق الأسلحة السوفياتية التي كانت تستخدمها مصر في ذلك الحين على الأسلحة الأمريكية التي كانت تستخدمها إسرائيل ولا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لحليفته الاستراتيجية إسرائيل بمواجهة هزيمة كاملة ومن الطبيعي أنه يصعب قبول هذه النظرية بدون مزيد من الأدلة بل إن المرأة يمكن أن يدافع عن قضية مضادة بقوات مقنعة مماثلة وابتداء فإن إسرائيل والولايات المتحدة أصبحت حالفتين استراتيجياتين بعد عشر سنوات كما أن معظم الأسلحة في عام 1973 لم تكن أمريكية وإنما فرنسية والأكثر أهمية هو أنهم من مبارر لوجوب إسخاء السادات إلى كيسنجر فالذين يعرفون السادات جيدا يعرفون أن الزعيم المصري شان ما بين لم يكن من النوع الذي يتلقى الأوامر من الآخرين ويفرض بريماكو في الثناء على كيسنجر باعتباره واحدا من عدم العقول الاستراتيجية في القرن العشرين وهذه وجهات نظر لا يتفق معها كاتب هذا المقال فعلى العكس من ذلك يعتبر كثيرون كيسنجر أستاذا بارعا في العلاقات العامة خصوصا في تعظيم الذات لكنه وزير خارجية فشل غير أن هذه قصة أخرى كيسنجر ونيكسون الكشف عن الوثائق ومن خلال مذكرات نيكسون ووزير خارجيته كيسنجر سينجد وثائق تعود للسنوات 72 و73 عن العلاقات الأمريكية المصرية وبداية الاتصال مع الرئيسا والسادات هذه الوثائق يمكن تقسيمها إلى ثلاث سنوات السنة الأولى سنة ما قبل حرب أكتوبر وكانت كلها هجوما وعداء لأمريكا وامتدادا لهجوم وعداء عبد الناصر السنة الثانية سنة الحرب ضد إسرائيل وبعدها بدأت الوساطة الأمريكية لفك اشتباك القوات المصرية والإسرائيلية في قناة السويس السنة الثالثة سنة مبعد الحرب عندما اقتنع السادات أن الحل عند أمريكا وأعاد العلاقات الدبلوماسية معها وزر الرئيس نيكسون مصر بدأ الانفتاحه على أمريكا وهنا مقتطفات من أثائق السنة ما قبل حرب أكتوبر عندما كان السادات على طريقة عبد الناصر يهاجم أمريكا كثيرا لكن أمريكا كانت تحاول التقرب منه وتتوقع كسبه بطريقة وبأخرى عيد العمال من قسم المصارح الأمريكية القاهرة إلى وزير الخارجية واشنطن الموضوع خطاب السادات التاريخ ثلاثمائي ألف تسعائي واثنين وسبعين ألقى الرئيس السادات خطاما بمناسبة عيد العمال ونتوقع أن تكون وساتك منسخة منه عن طريق فيبئس قسم التقاط الإذاعات الأجنبية التابع لوزارة الخارجية وهذه هي ملاحدتنا علي أولا نغمة قوية معادية لنا وهذه طبعا أصبحت شيئا عاديا ثانيا رفض قبول حل أمريكي لمشكلة الشرق الأوسط وهذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها ذلك ثالثا تحدي واضح لنا ولإسرائيل ربعا أرد على بعض الانتقادات التي وجهها المصريون للنظام مع حذر في العلاج النقاط الحساسة الصحف اللبنانية من السفارة الأمريكية بيروت إلى قسم المصالح الأمريكية القاهرة نسخ إلى وزير الخارجية واشنطن الموضوع نزاع في مصر التاريخ 8 مايو 72 تتحدث الصحف اللبنانية عما تراه نزاعا في مصر بين الجناحين اليساري واليميني وقالت جريدة البلاغ التي تدعمها حكومة الجزائر إن أساس النزاع هو محاولة المؤيدين لأمريكا والمعارضين لروسيا التعاون مع أمريكا للوصول إلى حل سلمي لمشكلة الشرق الأوسط وأن السادات يؤيد هؤلاء لكن ظهرت على قيل أمام هؤلاء بعد مظاهرات الطلاب واترى السادات إلى الميل نحو تحسين علاقات مع روسيا واترى الاختيار حلفاء للروسي مناصب قيادية في الاتحاد الاشتراكي العربي الحزب الوحيد الحاكم في ذلك الوقت وأن قائد القوات المصرية المسلحة الفريق صادق يقود المؤيدين للروسيا بينما يقود نائب الرئيس حسين الشفعي الذين يأملون في حوار جديد مع الأمريكيين وأن بعض الدبات القدامة الذين اشتركوا في قيادة الثورة المصرية سنة 1952 مع جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسين الشفعي وقعوا على بيان الجبهة المصرية وهؤلاء هم زكريا محيددين كمال الدين حسين وعبد اللطيف البغدالي وأن اليساريين الذين انتقدهم الرئيس السادات في خطابه يشكلون اتحادا سريا للطلاب المصريين بقيادة أحمد عبد الله اعتقال أنصار محيددين من قسم المصالح الأمريكية القاهرة إلى وزير الخارجية بواشنطن الموضوع اعتقالات التاريخ 20 مايو 72 وصلت إلى قسم المصالح الأمريكية تقارير عن اعتقال مصريين مشهورين من أنصار زكريا محيددين أو ودعهم تحت حراسة منزلية وقال لنا مصدر يعمل لصالحنا أن اللواء المتقاعد مهاب عبد الغفار اعتقل مع الآخرين قبل ثلاثة أيام وحسب معلوماتنا عبد الغفار من أكثر المعروفين اجتماعيا لعدد من الدبلوماسيين الأجانب في القاهرة وهو أيضا صديق المقرب لزكريا محيددين وقالت مصادر تعمل لصالح السفر المصرية في القاهرة إنه في نفس الوقت اعتقل الدكتور مصطفى خريل وزير الاقتصاد السابق الذي كان وقع على بيان عبداللطيف البغدادي بيان الجبهة الوطنية المصرية وقالت مصادر السفر البريطانية أن بيان البغدادي كتب في منزل اللواء عبدالغفار رغم أن عبدالغفار لم يوقع عليه شخصيا ولم يوقع عليه شخصيا أيضا زكريا محيددين تفجير السفارة من قسم المصالح الأمريكية القاهرة إلى وزير الخارجية واشنطن الموضوع تهديد التاريخ 5 يونيو 1972 اتصل بنا شخص مجهول وقال لمواظفة استقبال الاتصال التلفوني في العاشرة والعشر دقائق من سباح اليوم سنفجر السفارة الليلة وقالت مواظفة استقبال الاتصال التلفونية وهي مصرية أن رجل كان يتحدث بلهجة عربية فصيحة وأنها لم تقدر على تحديد ما إذا كان رجل مصري أو غير مصري ونحن اتصلنا بمدير الشرطة القاهرة وبمسؤول البروتوكول في وزارة الخارجية المصرية ونصح مدير الشرطة بإغلاق مكتب القنصلية بقية اليوم ونحن نفذنا ذلك وأرسل عدد من الشرطة السرية والعلانية لحراسة المبنى ووضع سيارة الشرطة أمام المدخل ونحن شددنا مراقبة الذين يدخلون المبنى وقم الموظفون الأمريكيون بتفتيش المبنى وطلبنا من السكراتيرات الأمريكيين لا يسكن في شغل المبنى قدأ الليلة مع زميلتهن خرج المبنى السادات يهدد بالحرب من قسم المصالح الأمريكية القاهرة إلى وزير الخارجي واشنطن التاريخ 6 يونيو 72 القررئيس السادات أمس خطابا في ذكرى حرب سنة 67 أمام الجرح العسكريين في مركز جعاية المصابين في العجوزة وكرر السادات أن مصر ليس أمامها أي خيار سوى الحرب ضد إسرائيل لسردد الأراضي المحتلة وقال ليس هناك أي حل سوى النصر قال ذلك قبل أكثر من سنة من إعلان الحرب وزير سوداني من قسم المصالح الأمريكية الخرطوم إلى وزير الخارجي واشنطن نسخة إلى قسم المصالح الأمريكية القاهرة الموضوع تعليق وزير سوداني التاريخ 28 يونيو 72 خلال إلقاء خاص مساء أمس مع إبراهيم منع منصور وزير المالي السوداني قلت إن حكومة السودان كادت تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية معنا في متصف الشهر الماضي لكنها تراجعت وقال لوزير إن السبب هو الخوف من إحراج الرئيس المصري السادات وقال إن السادات عنده مساوى لكنه لا يوجد زعيم المصري غيره أفضل منه بالنسبة للسودان وبالنسبة للغرب وقال الوزير إن السادات عكس كثير من القادر المصريين لا يتمتع بقاعدة اقتصادية وجغرافية وتبقية معينة لكنه يعتمد على تأييد عام من كل الفئات والمستويات وأن هذه الفئات العامة لا تريد الحرب ضد إسرائيل وتفضل الحل السلمي وقال الوزير إنه يشك في أن السادات يريد مفاوضات غير مباشرة مفاوضات عن قرب مع إسرائيل حسب الشروط التالية أولا مفاوضات غير مباشرة ثانيا في سرية التامة ثالثا بعد تنازلات إسرائيلية رمزية ربما الموافقة على الانسحاب قليل من قناة السويس أو فتح قناة السويس للملاحة طرد الخبراء الروس وزارة الخارجية قسم الترجمة من مقابلة جريدة الفيجارو الفرنسية مع الرئيس السادات أنا أقرر طرد الخبراء الروس يوم الثامن عشر من يوليو تموز أنا قررت يوم السبع عشر يوليو وأعلنت القرار يوم الثامن عشر من يوليو قصتي مع الروس طويلة منذ أن أصبحت رئيسا للجمهورية قابلت الزعماء الروس أربع مرات ومنذ أول مرة كان واضحا من إسبالي أن هناك فرقا كبيرا بيني وبين الروس في تقييم الوضع في الشرق الأوسد أحيانا كنت أفضل عدم الجدل معهم على أمل أن نتمكن من حل خلافاتنا بيننا وفي الحقيقة أنا بدلت كل ما أستطيع لإقناع الروس برأيه أهم خلاف كان عن فهمهم لطبيعة الشعب المصري ثم عن الأسلحة التي كانوا يرسلونها لنا الروس لم يدعوا يعتبار لدع نفسي في المنطقة ونسوي العامل السيكولوجي ثم هناك الخلاف حول نظر العالمي لمشكلة الشرق الأوسد بالنسبة لنا هذه مشكلتنا هذه مشكلة إقليمية لكن بالنسبة للروس كانت مشكلة عالمية وكانت واحدة من مشاكل أخرى مع الأمريكيين بل ربما كانت المشكلة لقم أربعة وخمسة في قائمة مشاكلهم مع الأمريكيين اجتماع القمة في موسكو بين الرئيس نيكسون وانقاد الروس في مايو إيار سنة 72 كان نقطة مهمة بالنسبة لي في اتخاذ قرار طرد الخبراء الروس لأنني بعد الاجتماع اكتشفت أن الخلاف بيننا عميق جدا ولا بد من التوقف ومراجعة كل شيء ساعة الصفر أنا قابلت الروس مرتين في سنة 1971 في بداية السنة ثم في نهايتها في الاجتماع الأخير توصلت إلى اتفاق معين معهم على أن ينفذ قبل نهاية السنة لكن ذلك لم يحدث لهذا كنت أقول في خطبي خلال تلك السنة أنها ستكون سنة الحرب أو السلام أي سنة اتخاذ القرار الحاسم هذا ومع بداية سنة 1972 وعدم تنفيذ الروس الاتفاقية معهم كان يجب نحسن الموضوع لكنني كما قلت قررت انتظار مؤتمر القمة الأمريكية الروسية في موسكو قلت إن الروس أصدقائي وأن العلاقات بين بلدين قوية وتاريخية لكنهم خيبوا أمل فيهم ويجب أن لا يعتقد أحد أنني قررت ما قررت بسبب الضغط علي من جانب القوات المصرية المسلحة هذا لم يحدث وهناك إشاعات كثيرة عن أسباب أخرى لكنها كلها كانت إشاعات جعفر نوميلي من قسم المصالح الأمريكية الخرطوم إلى وزير الخارجي واشنطن نسخة إلى قسم المصالح الأمريكية في القاهرة الموضوع نوميلي يتسائل التاريخ 19 يوليو 1972 الرئيس النوميري السادعاني ظهر اليوم ليسأل عن رأينا في قرار السادات بتاد الخبراء العسكريين الروس وقال النوميري هناك ندرتان الأولى وجود اتفاقية سرية بين أمريكا ومصر بترد الروس مقابل تحسين العلاقة بين أمريكا وروسيا الثانية السادات يريد إعلان الحرب على إسرائيل لهذا فإن تدر الخبراء العسكريين الروس يحرم إسرائيل من القول أن الروس يحاربونها وقال النوميري أن التفسير الأخير غير ممكن لأن السادات اعتمد على الأسلحة الروسية في الحرب ضد إسرائيل وإذا قلت أن وزارة الخارجية لم ترسل لنا أي تفاصيل وأنها أعلنت أن ما حدث شأنه مصري داخلي ثم انضم إلى اجتماع مع الرئيس النوميري وزير الخارجية مصور خارد الذي جاء مباشرة من المطار قادمة من إثيوبيا وقال الاثنين أنهم ويعتقد أن ترد السادات الخبراء الروس سيجد فرصة مناسبة للحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي ليقلل من تأييد إسرائيل ونوميري كان متحمسا جدا لمفاعل السادات وقال إن قراره في السنة الماضية بالقضية مع الروس بعد محاولة الإنقلاب الشيوعي ضده فتح المجال أمام الدول الأخرى لتفعل نفس الشيء وربما شجع السادات ليفعل ما فعل مبادرة أمريكية من وزير الخارجية واشنطن إلى قسم المصارح الأمريكية القاهرة الموضوع ذكرى ثورة يوليو التاريخ 26 يوليو 1972 الرجاء نقل هذه الرسالة من الرئيس نيكسون إلى الرئيس السادات بينما تحتفل الثورة المصرية بعامها العشرين يوم الثلاثة والعشرين من يوليو يسروني باسم الولايات المتحدة أن أقدم التهنية مع التمنيات الطيبة لكم وليلشعب المصري وأنا أتمنى أن تتمتع مصر بالرخاء والسعادة تحت قيادتكم التوقيع ريتشارد نيكسون لاستسلام من قسم المصالح الأمريكية القاهرة إلى وزير الخارجية واشنطن الموضوع خطاب السادات التاريخ 25-7-1972 ألقى الرئيس السادات خطام بمناسبة ذكرى ثورة يوليو هو الأول خطاب له لأنه استمر لأكثر من أربع ساعات وغتى الخطاب كل المواضيع الداخلية والخارجية وتحدث عن إنجازات الثورة المصرية وعن علاقة مصر بالدول الكبرى وعن المشكلة مع إسرائيل قال السادات أنه يرفض أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل لأنها ستكون استسلاما وكرر دعوته لتحليل الأراضي المصرية المحتلة شبرا شبرا وكرر هجوبه على أمريكا وقال إن كل تاريخ سنوات التعاون معها ليس إلا وعودا كاذبة وأنها لا تبدو جد في حل المشكلة العربية الإسرائيلية وأنها تنحز إلى جنب إسرائيل 100% وتحدث السادات عن خلافات مع روسيا في طريقة حل المشكلة العربية الإسرائيلية لكنه لم يهاجم روسيا بشدة مثل ما فعل مع أمريكا مظاهرات الطلاب من قسم المصالح الأمريكية القاهرة إلى وزير الخارجية بواشنطن التاريخ 3 يناير 1973 قال لنا مصدر الموثوق به وعنده تصالات المعاكبار المسؤولين في وزارة الداخلية إن الوزارة تسلمت أمس التقارير التي عن مظاهرات الطلاب أولا في جامعة السيوت تظاهر الطلاب في الثامنة مساء في الحرم الجامعي واعتقلت الشرطة 68 طالبا ثانيا في جامعة عين شمس وزعت ونشورات خارج الحرم الجامعي واعتقلت الشرطة 40 من طلاب الجامعة ثالثا في جامعة الإسكندرية قال الطلاب أنهم سيبدأون إدرابا عن الطعام حتى تستجرب طلباتهم رابعا في جامعة القاهرة اليوم عند متصف النهار تسلمت وزارة الداخلية معلومات 3500 طالب تجمعوا للقيام مظاهرة خارج الحرم الجامعي تحليل المظاهرات من جوزيف سيسكو مسؤول الشرق الأدنى إلى وليام رجلس وزارة الخارجية التاريخ ثلاثاناير 73 خلال الأسبوع الماضي شهدت مصر سلسلة مظاهرات قام بها الطلاب وذلت تلمية حتى الآن وهذا تحليل عنها من زوية تأثيرها في ودع رئيس السادات هناك عملية مطيئة ومؤكدة تشغيل الآن في مصر بقيادة السادات وهي محاولة تحليل ودع السياسي بإعطاء بعض الحرية للمعارضة وفي الحقيقة طلاب الجامعات الذين تظاهروا السفاد من هذا الانفتاح السياسي بإعطاء بعض الحرية للمعارضة وحسب التقرير التي وصلتنا أهدد بعض الطلاب باستمرار المظاهرات حتى التحقيق ثلاثة شروط هي أولا إطلاق السراح الذين اعتقلوا ثانيا احترام حقوق المواطنين السياسية ثالثا تقدم أدلة بأن الاستعداد للحرب ضد إسرائيل يجري حقيقة وليس مجرد كلام وحتى الآن يبدو لنا أن النظام يريد المحفظ على عصابه ويحاول مواجهة الوضع بخليط من الحزم وروح المصالحة ملحم كرم من الصفر الأمريكي بيروت إلى وزير الخارجي واشنطن التاريخ ثمانية ينار ثلاثة وسبعين نشر الجريدة البيرق اليوم مقابلة أن جرها صاحبها ملحم كرم مع الرئيس السادات وهذه أهم النقاط فيها أولا قال السادات إن مظاهرات الطلاب المصريين يقف وراءها ليصلوا المغامر وأن هناك فقط سبعين طالب مشاكسا وسط ربع مليون طالب جميعي في مصر وإن الطلاب السغل الحرية السياسية التي سمح بها هو ثانيا اعترف أن هناك إشاعات كثيرة عن سنة الحسم موعد إعلان الحرب ضد إسرائيل التي ظل السادات أجلها سنة بعد سنة وقال ذاحكا هناك نكاة أيضا ودعا إلى الصبر والكتمان وقال نتحرك في فراء نحن نعرف كيف تحصل كل خطوة رابعا قال إنه فقد كل الأمل في أمريكا وأنه ما عاد يتوقع منها حلا سلميا وانتقد الدول العربية لأنها لا تحدد المصالح الأمريكية في المنطقة بل بالعكس تعمل على ازدهار هذه المصالح عيد الأضحى من وزارة الخارجية واشنطن إلى قسم المصالح الأمريكي القاهرة التاريخ 10 يناير 73 الرجاء نقل هذه الرسالة إلى رأس الجمهورية في الوقت المناسب عزيزي الرئيس السادات يسرني أن أقدم لكم تمنياتي وتحانية الشخصية بمناسبة عيد الأضحى المبارك المخلص لكم ريتشارد نيكسون الرجاء ملاحظة أن البيت الأبيض لا ينوي أعلن هذه التهنئة للصحفيين لكنه لا يعارض إذا أعلنها المصريون هذه التهنئة السرية الثالثة من الرئيس نيكسون الرئيس السادات الأولى كانت بمناسبة العيد العشرين لثورة يوليو والثانية بمناسبة عيد الفتر وفي كل مرة ترسل التهنئة سرا ربما خوف من إحراج السادات وخوف من اليساريين ومؤيدي روسيا قد يعارضون هذه المبادرات الأمريكية السادية مذكرة المثقفين من قسم المصالح الأمريكية بالقاهرة إلى وزير الخارجية بواشنطن التاريخ 22 يناير 1973 قالت لنا مصادر ممتازة إن حوالي أربعين من الكتاب المصريين أرسلوا في الأسبوع الماضي مذكرة للرئيس السادات عن التطورات الأخيرة وأهم ما جاء فيها أن مظاهرات الطلاب ليست فعل أقلية مشاربة لكنها تعبر عن تذمر كل قطاعات الشعب المصري ومن الذين وقعوا للمذكرة توفيق الحكيم عميد الكتاب المصريين ومحمد حسنين هيكل لو يسعود المثقف والكاتب القبطي رطف الخوال اليساري الذي كان شوعي يوسف السباع رئيس مجلس إدارة دار الهلال ورئيس منظم تضامن الشعوب الأفريقية والأسيوية وفي رأينا أن المذكرة ناذرة في نوعها لأن الذين وقعوا عليها ينتمون إلى كل التيارات الفكرية والفلسفية ولأن بعضهم من أكثر الأدباء والكتاب باحتراما في مصر من السادات إلى نيكسون التاريخ 18 شبرايه 1973 عزيزي الرئيس نيكسون وصلتنا الدعوة من حكومة الولايات المتحدة إلى محمد حافظ اسماعيل زيارة واشنطن لتبادل وجهات الندر حرارة المواضيع التي تهم بلدين وأن أرى أن هذه الدعوة دليل على اهتمام الولايات المتحدة الخاص بمشكلة الشرق الأوسط وأن على حال تصريحاتكم عن قلقكم وعن عزمكم على تحقيق سلام كامل وعدل في منطقتنا وأن أمرت إسماعيل بأن يسافر إلى واشنطن بناء على ذاوة حكومتكم على أمل أن تبدل حكومة الولايات المتحدة كل إمكانتها للدفاع عن الحرية والاستقلال والحرية الشرعية للشعوب لتحديد مصيرها من نيكسون إلى السادات زوجتي تشاركني في التعبير عن شكرها لهدايا النحاس الراقي والنسيج المصري التي أجسلتموها بواسطة إسماعيل وستكون هذه الهدايا تذكارا قيما المخلص لكم ريتشارد نيكسون من السفارة الأمريكية بيروت إلى وزير الخارجية بواشنطن التاريخ 8 فبراير 73 فؤاد مطر مراسل جريدة النهار المستقلة نشر اليوم تقرير عن الثورة الثقافية في مصر وذلك في إشارة إلى تطهير تسعين يساريا ومغامرا من الاتحاد الاشتراكي العربي ومن الذين تردوا لطف الخولي لويس عود يوسف فدريس وحسين عبد الرزاق وأن هناك قائمة أخرى ستعلن وأن الرئيس الليبي القذافي يؤيد تخلص الرئيس السادات من هؤلاء اليساريين ولكن محمد حسنين هيكل كان يؤيدهم وخاصة للكتاب الذين كانوا يكتبون في الأهرام وأن القذافي وهيكل اجتمع قبل يومين ويقال إن القذافي أقنع هيكل ألا يحتاج عندما يعزل السادات هؤلاء السياساريين هينريك سانجر البيت الأبيض مذكر إلى حينريك سانجر المستشار الرئيس الأمن القومي الموضوع خطاب السادات التاريخ 28-1973 يبدو أن الرئيس السادات في خطابه قبل يومين إلى الشعب المصري تعمد الإثار لمواجهة الوضع المملي والقائم في مصر قال أنه سيكون أيضا رئيسا للوزراء وذلك استعداد لمواجهة شاملة مع إسرائيل وكالعادة علينا أن ننتظر لنرى إن كان هذا سيحدث لكننا نعتقد أنه لا جديد في الموضوع لأن السادات لم يحادث تاريخا للحرب بل ركز على تعبئة الجبهات الداخلية وعلى استمرار الجهود السياسية وكالعادة هجم السادات في أمريكا هجوما شديدا وكرر شكوكه في نياتها وقال إن خبر إرسال أسلحة أمريكية جديدة إلى إسرائيل سر بعمدا كجزء من حرب نفسية لتدعم رئيس العربي لكن السادات أشار إلى نقطة إيجابية عندما قال إن الرئيس نيكسون قرى لمبعوثه حفظ إسماعيل إن المشكلة موازنة سيادة مصر على السيناء مع حاجة إسرائيل إلى الأمن وقال السادات إنه لابد من عودة السيادة المصرية إلى كل سيناء وأن ذلك لابد أن يشمل شرم الشيخ مقابلة يوزيك البيت الأبيض مذكرة إلى كسنجر مستشار الرئيس الأمن القومي التاريخ 3-4-973 نشرت مجلة نيوزيك مقابلة أجلها مراسلها ديبرو شريف مع رئيس السادات وقال فيها السادات بعض المعلومات الخاطئة أما قلت أنت لمستشار السادات إسماعيل عندما قابلك هنا بالإضافة إلى أن جديدة الأرام نشرت ترجمة للمقابلة مجلة نيوزيك ولكن فيها إضافات مثل قول السادات إنه قدم للأمريكين أربع أسئلة وأنهم أجابوا عليها إجابات أقنعة السادات وأن هذا كنشرة قبل إرسال المستشار إسماعيل إلى واشنطن نحن لا نرى أن هناك سببا للدخول في مناقشة علنية أو سرية مع السادات عما قال لنا وما قلنا له هذا سيعقد الحوار الأمريكي المصري الذي بدأ مؤخرا والذي لابد أن يستمر لكن لابد من توضيح الموضوع للإسرائيليين لأنهم سألوا سفيرنا في القاهرة عن هذه النقاط الأربعة التي أشر إليها السادات وهي عن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية المقابلة مرة أخرى من وزارة الخارجية واشنطن إلى قسم المصالح الأمريكية بالقاهرة التاريخ سبع أربع الف وتسعمية وثلاثة وسبعين نحن لا نريد الدخول في نقاش علنية أو سري مع السادات حول ما جاء في مقابلته مع مجلة نيوزيك لحيث نرسل لكم ما يقول المتحدث الصحفي باسم الوزارة عندما يسأله الصحفيون وهو كلا آتي نحن لم نعلق على مقال الرئيس سادات علن مؤخرا نحن على أي حال نركز على تبادل جديد للأراء والجانبان يريني أن زيارة المستشار إسماعيل لواشنطن كانت مفيدة جدا ولا حدا نفضل أن لا تعلقوا على هذا الموضوع علينا في مصر لكن يمكنكم استعمال التعليق علىه في المحادثات الخاصة الملحق الروسي وزارة الخارجية واشنطن أذكرة حديث المشتركون أناتولي كوروليف الملحق العسكري الروسي في واشنطن ونورمان أندرسون مسؤول الشؤون المصرية في الوزارة التاريخ ستة أربعة الف وتسعمية ثلاثة وسبعين جاء كوروليف إلى مكتبي وسأل عما قال الرئيس السادات لمجلة يوزيك عن حتمية مواجهة كاملة مع أسرية وأنا قلت له أن أي شخص عقلاني لن يفعل ذلك لكن السادات يمكن أن يفعل أي شيء وأنا سألت كوروليف إذا كان يتوقع أن يعلن السادات الحرب على إسرائيل وهو قال إنه لا يتوقع أن يحدث ذلك قريبا وقال إن الرئيس السوفيتي برجنيف سيزر أمريكا في يونيو وليمكن أن يعلن السادات الحرب قويلة وخلال الزيارة وقال إن روسيا لا تسيطر على قرار السادات بإعلان الحرب وعدم إعلانها ونفى أن تكون روسيا رسلت مؤخرا إلى مسار ثواريخ متطورة كمال أدهم من قسم المصالح الأمريكية بالقاهرة إلى وزير الخارجية بواشنطن التاريخ ستة أربعة 1973 قابلت قبل يومين كمان أدهم مستشار الملك فيسب بحضور السفير السعودي في مصر ناظر وتحدث أدهم عن زيارة مستشار الرئيس السادة حافظ إسماعيل إلى واشنطن وقال إن السادة ترتاح الاجتماع إسماعيل مع الرئيس نيكسون وقال إن كيسنجر سأل إسماعيل إذا كانت مصر ستقبل إسرائيل كدولة مستقلة وأن إسماعيل أجاب أن مصر تقبل قرار مجلس الأمنق 242 وبالتالي تقبل ذلك واشتكى إسرائيل من أن اقتراح نزع سلاح سينا كشرط الانسحاب إسرائيل معناه أن إسرائيل ستقدر على احتلال سينا مرة أخرى وأجاب كيسنجر أن هذه هي الطريقة الوحيدة لانسحاب إسرائيل وقال أدهم أن كلام كيسنجر هذا أغضب إسماعيل وهو العسكري الذي لا يقبل الهزيمة كما قال أدهم أن السادات رغم هذا حريص على استمرار الاتصالات مع أمريكا الملك فيصل نيكسون فشلت في إقناع الملك فيصل بوقف حربه النفطية المذكرات الأولى التي تناولت الملك العظيم الراحل هي لأحد أشهر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكيين السابقين وهو ريتشارد نيكسون هذا الرئيس الذي عصر في ولايته قيام حرب العرب الكبرى في أكتوبر عام 73 تلك الحرب التي تلقت الولايات المتحدة عدة سفعات لا تقل قوة وتأثير عن تلك التي تلقتها إسرائيل عبر اتحاد غير مسبوك بين الدول العربية اتحاد في المصارح والرؤى والأحتاف وكان اكتواء الولايات المتحدة بنار هذه الحرب من القوة بحيث أترت صواب قادتها في ذلك الوقت فمع بدايتها التدحى للعالم أجمع كيف تمكنت مخابرات دول المواجهة مصر والسورية من خداع المخابرات الأمريكية بكل ثمعتها الأسطورية وإمكانياتها العملاقة وتم إخفاء استعدادات الحرب حتى اللحظة الأخيرة ثم كانت السفعات الثانية بانحدار وانهيار العذو على الجبتين بشكل غير مسبوك وظهرت في عيد الجنود أسلحة كأنها ظهرت من العدم نظرا لحداثة هذه الأسلحة في ذلك الوقت وعلى رأسها سوريخ صام ستة وغفلت مخابرات أقوى دولة في العالم في تتبع وصول هذه الأسلحة لمصر والسورية قبيل الحرب ولم تكد الولايات المتحدة تلتقد الأنفاس قليلا إلا وجعتها الصفعة الكبرى وتأثير هذه الصفعة في دربها لمصلحة أساسية في قرب الولايات المتحدة عندما أصدر الملك فيس الملك العربية السعودية في ذلك الوقت وبناء على اتفاق مسبغ مع رأساء دول المواجهة أوامره بإيقاف دخ البترول السعودي إلى الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمع ولم تستوع بالولايات المتحدة المفاجأة السائقة إلا بعد تمامها بالفعل وأرسل الرئيس السادات إلى الملك فيس البرقية المختصرة مجملة تقديرا لصنيعه الذي لا ينسى قال فيها أنجز حرر ما وعد وكانت أياما لم ولن تغيب بمشاهداته عن ذاكرة الأمريكيين بعد أن تعثرت الحياة تماما مع توقف دخ البترول وتتابعت التحقيقات المصورة للكارثة من السحف العالمية وظهرت قوافل السيارات بمدخات التمويل البترولي العجزة عن العمل في مشهد خلد هذه الأيام المجيدة وفشل الجهود نيكسون في إقناع الملك فيسر بالتراجع مع ضمان إنهاء الحرب لصالح دول المواجهة وصمم الملك فيسر على أن يأتيه طلب إعادة دخم الرؤساء دول المواجهة ويقررون فيه أن هذا الطلب للمساحة العربية المشتركة وبعد أوام خروج نيكسون من البيت الأبيض عقب تفشير وضيحة وتركية الشهيرة عام 1977 قام نيكسون بكتابة كتابه المشر إليه بعنوان الفرصة السانحة وهي عبارة عن مزيج بين الكتاب الفكري والمذكرات الشخصية ودع فيه تصوراته المستقبلية عقب إدلائه بشهادته التاريخية عن الفترة التي قداها رئيسا للولايات المتحدة والذي يعنين من هذا الكتاب هي الفصول التي أدل فيها نيكسون بناء على خبرته بخصوص الشأن العربي ونصائحه للقادات القادمين من بعده في شأن هذا الملف عقب تجربة أكتوبر ضمانا لعدم تكرارها فماذا قال نيكسون لن أفرد الفصول التي أعنيها فقد سأنتقي عبارة واحدة فقط عبارة واحدة فيها الكفاية وزيادة تلخص لنا أي ندرة رعب ينظر بها الغرب إلينا ونحن في غيبوب عن الإدراك عبارة واحدة ذكرت علنية وفي كتاب مشهور منذ سنوات طويلة وخدع للعديل من الدراسات كتاب واضح شديد ردوح في دعوته وليس غامدا طي الملفات السرية هذه العبارة في مذاكرات نيكسون هي حاذر من اتحاد مصالح العرب لم يقل نيكسون حاذر من اتحاد العرب لا بل قصر تخوفه من اتحاد المصالح فالرجل لا يتصور أبدا حدث اتحاد كامل بين العرب ويتخوف فقط من اتحاد المصالح وهو الذي شهد له مثالا حي في حرب أكتوبر والفضل الملك فيسر رحمه الله اتحاد المصالح هذا الذي لم يدم شهورا هز الولايات المتحدة هزة لم تنسها إلى يومنا هذا وعلى نحوه ركعت فيه لأول مرة أمام الإرادة العربية وهكذا ارتعد نيكسون من موقف الملك الراحل وهكذا عبر في مذكراته عن تخوفه من انهيار المصالح الأمريكية وهيبتها إلى الأبد إذا اتحدت المصالح العربية كما قال الفيسل وهناك مقتطفات من وثائق السرية أمريكية أخرى سمح نيكسون وكيسينجر بنشرها وتضمنت مذكرتهم الإشارة إليها وتؤتي الفترة من سنتي 73 إلى 74 وتتناول بصفة خاصة عن قرار السعودية بقطع البترول عن أمريكا ثم إعادة دخيه بعد تخيق المطالب العربية التي أسر الفيسل عليها وكانت السعودية قد تزعمت مجموعة من الدول العربية البترولية الأخرى لقطع البترول عن أمريكا بعد بداية حرب أكتوبر سنة 73 التي عبرت فيها القوات المصرية قناة السويس نحو سيناء التي كانت تحتلها إسرائيل وانتهت الحرب باتفاقية تفك الاشتباك بين البلدين وهذه مهدت لمفاوضات سلام في كامديفيد بين مصر وإسرائيل وانتهت الحرب أيضا باتفاقية تفك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل والوثائق السرية الأمريكية توضح أن قرار السعودية برفع حضر البترول الأمريكا كانت له سرعة وثيقة بضغط أمريكا على إسرائيل للوصول إلى اتفاقيات فك الاشتباك مع مصر وسوريا برينت سكوكرفت من برينت سكوكرفت مستشار الرئيس نيكسون إلى الرئيس نيكسون الموضوع اجتماع كيسنجر مع الملك فيصل التاريخ التاسع من نوفمبر 1973 وزير الخارجية كيسنجر أرسل هذا التقليل عن اجتماعهم مع الملك فيصل في الرياض قابلت الملك فيصل لثلاث ساعات في القصر الملكي في الرياض ونقلت له الاتفاقية التي توصلنا إليها بين مصر وإسرائيل لتأكيد وقف إطلاق النار على قناة السويس بعد نهاية حرب أكتوبر وفرح الملك بما سمع ثم شرحت للملك الاستراتيجي التي ودعتها أنت الرئيس نيكسون للعمل في المستقبل من أجل السلام في حذر وجدية وفرح الملك بذلك وأكد لي مرات كثير ثقته فيك وصداقته لأمريكا وتحددت مع الملك عن تخفيف قطع البترول السعودي عن أمريكا وقلت له إن تفاقم أزمة البترول في أمريكا سيؤثر في وضعك أنت كرئيس وسيساعد الجماعات الأمريكية التي تعرض حل المشكلة وتريد التقليل من مكانتك كرئيس يقصد اليهود وقال الملك فيصل سيسعد بإعادة إرسال البترول الأمريكيين بل وزيادته لكنه قال إن هناك ضغوطا وإن كل العرب متفقون على الطلب الأساسي وهو حل المشكلة بين العرب وإسرائيل ويكشف نيكسون عن رسالته التي بعث بها إلى المغفور له الملك فيصل ليخطب وده بالتأكيد له على أنه يبتل قصار جهده حتى يحقق المطالب العربية التي يسر عليها فيصل وفي ميالي نص الرسالة البيت الأبيض 13973 يا صاحب الجلالة الشهران الأخيران شاهد تطورات مهمة في شرق الأوسط وما هذا لفرصة تاريخية لحل المشكلة وتأسيس سلام عادل وشامل حسب قرار مجلس الأمنق 242 وأنا أتأمل في السنوات الماضية أتذكر المرات الكثيرة التي كتبت لي فيها عن قلقك عن الوضع في المنطقة وعن قناعتك بأننا الأمريكيين يجب أن نبدل جهدا أكثر لحل المشكلة أنت دائما تقدم لي نصائحة حكيمة وأنا أتذكر الآن وألاحد أن نصائحك كانت مفيدة وكان يجب اتباعها والحرب الأخيرة وتأثيرها في علاقتنا مع كثير من أصدقائنا في المنطقة أوضحت أن الوضع الذي ظل مستمرا في المنطقات خلال هذه السنوات يجب أن لا يظل بدون حل وزير الخارجية كيسنجر خلال زيارته إلى السعودية قبل هذا التاريخ بشهر تقريبا شرح لجلالتكم تصميمي على التحرك بجدية لحل المشكلة العربية الإسرائيلية وأنا أفعل ذلك لأنه فيه مصلحة أمريكية ولكن أيضا بسبب مسؤولياتنا الحقيقية نحو أصدقائنا في المنطقة جهود كانت بدأت قبل الحرب الأخيرة ثم زادت بعد الحرب ومع نتائج واضحة منها اتفاقية وقف إطلاق النار ثم اتفاقية تفكي الاشتباك ريتشارد نيكسون من برينت كوكرفرت مستشار الرئيس إلى الرئيس نيكسون الموضوع السعودية تغير موقفها التاريخ 20 ديسمبر 1973 وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية السقاف قال لسفيرنا في السعودية إن الملك فيس القرار رأتي أولا العرب برحنوا على فعالية كلمتهم ثانيا العرب عرف قدرة العرب على استخدام بيترولهم كسلاح فعال ثالثا بسبب قتع البترول تأثر كثير من الاستخاء العرب وكثير من الدول البريئة التي لا صرت لها بالمشكلة لهذا قرار الملك رفع حضر البترول وحسب ما قال الوزير السقاف سينفذ القرار كالآتي أولا سينقل السعوديون رأيهم هذا لمؤتمر وزراء البترول العرب بعد خمسة أيام ثانيا سيقول السعوديون أنك الرئيس نيكسون التزمت التزاما حقيقيا بالعمل من أجل السلام وأن الملك فيسل يصدقك في ذلك ويتمنى لك النجاح ثالثا إذا فشلت في تحقيق السلام سيقطع البترول مرة أخرى وستكون إسرائيل المسؤول للدول العربية رابعا يتوقع السعوديون أن تؤيدهم الجزائر ومصر وتعارضهم العراق وليبيا لكن العراق وليبيا خرقت الحضر ولا أهمي لرأيهما وربما تكون هناك مشكلة بسبب الكويت وأبو دبي خطاب الملك فيسل من إكنز السفير الأمريكي في السعودية إلى كيسنجر وزير الخارجية واشنطن الموضوع خطاب الملك إلى الرئيس التاريخ 26-12-973 الوزير عمر السقاف أعطاني هذا الصباح خطابا من الملك فيسل الرئيس وأضف الملاحظات التالية أولا خطاب الملك ودي ودافع ثانيا يقدر الملك الدول الذي تقوم به أن تكيسنجر والرئيس ثالثا الفقرة الأخيرة في الخطاب التي تشير إلى سحب أصفات ستزول مع بداية العام الجديد المقصود منها رفع حضر البترول والعودة إلى موسى وسبتمبر أيلول قبل حرب أكتوبر رابعا ربما سيصدر إعلام برفع حضر البترول في الشهر القادم يناير كارون الثاني بعدما يرى العرب حدوث ستقدم نحو السلام هذا سيكون عند بداية فك الاشتباك بين مصر وإسرائيل أو عند مجرد إعلان الاتفاقية خامسا يريد الوزير الثقاف أن يذكرك كيسنجر بأنه تعاحد لك بأن يعمل لرفع حضر البترول اعتمادا على ما تقوم أنت بتنفيذه لكن الملك فيصل لم يحدد رأيه النهائي فهو أحيانا يريد رفع الحضر في الحال وأحيانا غادب وتشائم سادسا الوزير الثقاف قال إن الرئيس المصري السادات قال لك لكيسنجر أن لا تتوقع رفع حضر البترول قريبا أرد كيسنجر من كيسنجر الوزير الخارجية واشنطن إلى إكنس السفير الأمريكي في السعودية الموضوع خطاب إلى الوزير الثقاف التاريخ 28-12-1973 عليك نقل هذه الرسالة في الحال إلى الوزير الثقاف عزيزي عمر السفير أكنز نقل لنتائج اجتماعه معك ومع مسؤولين السعوديين آخرين حول قرار منظمة الدور العربية المصدر البترول أوبك قبل ثلاثة أيام يوم 25-12-1973 أريد أن أعبر في قوة عن خيبة أملي وحزني ويجب أن تعرف أن هذا قرار فيه تفرقة واضحة لأنه استثن الولايات المتحدة وقرر استمرار وقف البترول عنها لكنها الدولة الوحيدة التي تحاول في جدية الوصول إلى الحل السلمي الذي يريده العرب ولكن المؤتمر قرر زيادة إرثال البترول إلى دول لا تقدر على القيام بأي دور لحل المشكلة ما حدث ودع الرئيس نيكسون في ودع صعب هذه تفرقة واضحة ضد الولايات المتحدة لن أقدر على الاستمرار في جهود من أجل السلام الذي شرحته لك خلال الأسابيع العادية خطاب آخر من نيكسون البيت الأبيض 28-12-1973 يا صاحب الجلالة كما تعلمون نحن حققنا أشياء كثيرة في سبيل السلام مثل وقف إطلاق النار بين القوات المصرية والإسرائيلية في قناة السويس وبداية مؤتمر السلام في جنيف وكما كتبت لك في الماضي نحن ملتزمون بتنفيذ قرار مجلس الأمر رقم 242 ونحن نعمل في الوقت الحاضر على وضع أسس اتفاقية فك الاشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية إسرائيل أرسلت عسكريين إلى جنيف حيث يجتمعون الآن مع عسكريين مصريين لتفاوض حول اتفاقية فك الاشتباك ونحن وضعنا ترتيبات لوزير الدفاع الإسرائيلي موشي ديان ليزورنا في الأسبوع القادم لمناقشة اتفاقية فك الاشتباك كل هذه إنجازات المهمة تحققت بسبب جهودنا نحن فقط لا جهود دول أخرى خطاب كيسنجر من كيسنجر إلى إيكنز السفير الأمريكي في السعودية الموضوع خطاب إلى الوسير الثقاف التاريخ 31-12-1973 عليك نقل الرسالة إلى الثقاف بأسرع فرصة ممكنة عزيزي عمر السفير إيكنز نقل لي ما قلت له عن خطاب الرئيس نيكسون إلى الملك فيصل وأنا أكتب إليك الآن بصفة عادلة من سان كليمنت في ولاية كاليفورنيا حيث المقر الصيفي لرئيس نيكسون لأنني لاحظت أن هناك سوء فهم لما كتبت أنت في خطاب لك خطاب لك كان حسب معلومات شخصية من الرئيس نيكسون بعدما قال السفير إيكنز أنك قلت للسفير أن الرئيس المصري السادات قال لك إنني قلت للسادات إننا لنعارض تأخير رفع حد البترول عنه أنا كنت قلت للرئيس نيكسون إنك وعدت ببدل كل ما تستطيع لرفع حد البترول عنه لهذا نحن حريصون عن رفع حد البترول لهذا مهما قال لك الرئيس السادات عن رأينا في توقيت رفع حد البترول فإن حديثي مع الرئيس السادات كان مختلفا عما نتحدث عنه الآن خطاب آخر من كيسنجر من كيسنجر وزير الخارجية واشنطن إلى إيكنز السفير الأمريكي في السعودية الموضوع خطاب إلى الوزير السقاف التاريخ 91974 أرجو نقل هذه الرسالة الشفاهية مني إلى الوزير السقاف أود أن أبلغ جلالة الملك فيصل أننا سوف نعلن منتصف هذا اليوم خبر السفر ليلة الخميس القادم إلى مصر وإسرائيل لوضع الترتيبات النهائية لاتفاقية تفكي الاشتباك بين البلدين وأنا قلت لك خلال آخر زيارة الرياض أنني سأدعف جهودي في سبيل السلام في شاق الأوسط بعد الانتخابات في إسرائيل والآن أعتقد أن اتفاقية تفكي الاشتباك ستكون خطوة مهمة وستمحد لمرحلة جديدة لإجراء تغييرات كبيرة في الوضع الحالي أنا أعتقد أن اتفاقية تفكي الاشتباك ستعلن في المستقبل القريب وفي نفس الوقت أريد أن نقل مسبقا لك ولجلالة الملك خبر سفر إلى مصر وإسرائيل لأن التركيز في الوقت الحالي هو على اتفاقية تفكي الاشتباك وبسبب ضيق وقتي سأقتصر في جولتي هذه على مصر وإسرائيل ولا أنوي زيارة السعودية أو أي دولة أخرى في المنطقة إلا إذا أرى أجلالة الملكة نازورة السعودية وفي الختام تقبل تحياتي الشخصية أرد السقاف من إيكنس السفير الأمريكي في السعودية إلى كيسنجر الوزير الخارجي بواشنطن الموضوع رد الوزير السقاف التاريخ حدى شناير 1974 هذا هو الخطاب الذي تسلمته من وزير الدولة للشؤون الخارجية السقاف بالترجمة الإنجليزية التي قامت بها السفارة هنا النسخة الأصلية ستسلسر في حقيبة دبلوماسية عزيزي هنري أنا آمل في الخلاص استمرار جهولكم من أجل السلام في شرق الأوسط مثل نجاحكم في عقد مفاوضات جنيف بين العسكريين المصريين والإسرائيليين لتنفيذ فك الاشتباك في سيناء وأن يكون ذلك بداية انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة موقفنا لا يزال هو انسحاب إسرائيل لممار متلى في سيناء وأن هذا يجب أن يكون بداية انسحاب كامل من الأراضي العربية المحتلة ومنح الفلسطينيين حق تقرير المسير ونحن نرى هذا ضروريا لرفع حضر البترول بعد تهيئة الأجواء في المنطقة نحن نعرف الضغوط التي يتعرض لها الرئيس نيكسون من جانب الذين يعارضونها في الكونغرس وخارجه يقصد لوب اليهودي ونحن نرى أن سرعة الرئيس نيكسون في الوصول إلى حل عادل لمشكلة الشرق الأوسط ستعجل بتهميش هذه الأسوات المعارضة كيسنجر الغاضب من كيسنجر الوزير الخارجية إلى إيكينز السفير الأمريكي في السعودية الموضوع خطاب إلى الوزير الثقاف التاريخ 21 يناير 1974 بالإشارة إلى خطاب الوزير الثقافلي الذي أرسله عن طريقكم عليكم إبلاغه الآتي أولا نحن سنطلب من إسرائيل عدم الانسحاب من الأراضي المصرية حسب اتفاقية فكي اشتباك إذا لم يرفع حضر البترول مع وقت الانسحاب ثانيا إذا لم يرفع حضر البترول سنضطر لوقف جميع جهودنا لتخيق السلام في الشرق الأوسط ثالثا نحن نفذنا كل ما وعدناكم به رابعا الآن الدور على السعودية وبقية الدول العربية لتنفيذ ما وعده به وعليك أن تكون قويا جدا في إبلاغ هذه النقاط للوزير الثقاف خطاب نيكسون من كيسنجر وزير الخارجية واشنطن إلى أكينز السفير الأمريكي في السعودية الموضوع خطاب الرئيس إلى الملك فيصل التاريخ 24 يناير 1974 عليك نقل هذه الرسالة من الرئيس إلى الملك فيصل في الحال يا صاحب الجلالة سعدت لما نقل إلى السفير أكينز عن اجتماعه الطويل والمفيد مع جلالتكم يوم الثالث والعشرين من يناير ويفسعدني دائما أن نقدر على تبادل الأراء في ذل الصداقة العميقة والقوية بين بلدين في جو من الاحترام المتبادل وأن نقدر على تبادل الأراء عندما تظهر خلافات بيننا وأن نتغلب على هذه الخلافات في خطابات سابقة لجلالتكم قلت إن الأحداث برهنت على حكمة نصائحكم عبر السنوات الماضية وقلت إن حكومتي ملتزمة بتحقيق سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط وأول إنجازات هذا الارتزام هي اتفاقية فك الاشتباق بين مصر وإسرائيل التي وقعت يوم الجمعة الماضي والتي نأمل أن تكون الخطوة الأولى نحو حل النهائي حسب قرار مجلس الأمن رقم 242 خطاب الملك فيصل الرياض 3-2-1974 صاحب السعادة الرئيس ريشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن نحن أبلغنا سفيركم في المملكة العربية السعودية أثناء أبدئ اتصالاتين مع الدول العربية المصدرة للبيترول ووجدنا أن معظم هذه الدول ترفض رفع حضر البترول عن الولايات المتحدة حتى يتم التوقيع على اتفاقية لتفك الاشتباق بين القوات السورية والإسرائيلية في مرتفعات الجولان ونحن فهمنا من الرئيس السوري حافظ الأسد أن السوريين عدوا وزير الخارجية كسنجل اقتراحات لفك الاشتباق لكنه حتى الآن لم يتسلم الرد على اقتراحاتهم يوم 14 فبراير بعد عشرة أيام سيعقد أزراء البترول العرب مؤتمر في ترابلس في ليبيا ولكن مناقشة موضع رفع حضر البترول لن تكون إيجابية إذا لم توقع اتفاقية فك الاشتباق بين السورية وإسرائيل لهذا نأمل بقوة أن تحاولوا تحقيق هذا الهدف قبل اجتماع ترابلس وأرجو يا صاحب السعادة قبول أطيب أمانية لكم بالسحة والعافية كسنجل كانت أمنية فيصل الصلاة ركعتين في القدس أما وزير الخارجية نيكسون الأشهر الأولى هنري كسنجر فيعترف في مذكراته بأنه عندما التقى الملك فيصل في جد عام 73 في محاولة إثنائه عن وقف داخل البترول رأاه متجاهما فأراد أن يستفتح الحديث معه بمدعبة فقال إن الطائراتي تقف همدة في المطار بسبب نفاذ الوقود فهل تأمرون جلالتكم وتموينها وأنا مستعد للدفع بالأسار الحرة يقول كسنجر فلم يبتسم الملك بل رفع رأسه نحوي وقال وأنا رجل طاع في السن وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى قبل أن أموت فهل تساعدني على تحقيق هذه الأمنية وكان وزير خارجية أمريكا السابق يسنجر في زيارة لمملكة وقبل وصول الوزير الأمريكي أمر ملك فيصل بإقامة مخيم في الصحراء لاستقباله وأمر بوضع مجموعة من الغنم وزرع نخلة من القرب من المخيم لكي يبين للوزير الأمريكي والعالم أن السعودي ليست في حاجة للموارد المالية العائدة من تصدير النفط وأنها قادرة على وقف تصدير النفط أو حرق أباريها إن لزم الأمر وأن السعوديين من الممكن أن يتكيفوا مرة أخرى مع حياة البديع يرعو الغنم يزرع النخل وهكذا يعرض كيسنجر في كتابه هذا تجربته في الحكمة والإدارة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي نيكسون عندما عمل معه مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية وهي مرحلة من حياة كيسنجر تمتع فيها بنفوذ كبير وقد الدبلوماسية لنحو المؤثر جعله أهم وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة ديجول الملك فيصل صحح فهم لقضية فلسطين وإذا كان هذا هو ما قاله نيكسون عن المغفور له بإذن الله الملك فيصل فنرى ماذا قال شارل ديجول زعيم فرنسا التاريخي في مذكراته عنه في لقاء رتبه الرئيس الفرنسي شارل ديجول معه في محاولة منه لتخفيف عداء الملك لإسرائيل قال ديجول عليكم أن تقبلوا بالأمر الواقع فإسرائيل لم تعد مزعومة كما يقول بعض العرب بل هي دولة قائمة في المجتمع الدولي وعلى الفور كان رد الفيصل إذا كنت تطلب مني فخامة الرئيس أن نردخ للأمر الواقع فلماذا لم تردخ فرنسا لاحتلال ألمانيا لماذا شكلت حكومة المنفع وكافحت حتى استعدت وطنك وبعد هذا الموقف من الفيصل كان ديجول دائما يردد الفضل لفيصل الذي أفهمني حقيقة قضية فلسطين ويذكرون ما حدث بما قاله الرئيس أنور السادات حول مواقف الفيصل قال إن الملك فيصل هو بطل معركة العبور وسيحتل الصفحات الأولى من تاريخ جهاد العرب وتحويلهم من الجمود إلى الحركة ومن الانتظار إلى الهجوم وهو صاحب الفرل الأول في معركة الزيت فهو الذي تقدم الصفوف وأصر على استعمال هذا السلاح الخطير والعالم نحن مندهجون لجسرته وفتح خزائن بلاده للدول المحاربة تأخذ منها ما تشاء لمعركة العبور والكرامة بل قد أصدر أوامره لثلاثة من أكبر بنوك العالم أن من حق مصر أن تسحب ما تشاء وبلا حدود من أموال المعركة ويعتبر العاهل السعودي الرحل من عظماء العرب القلائل الذين خلدهم التاريخ وحكام العرب القليلين الذين خدموا بحق أمتهم بعيدا عن الشعارات الرنانة والخطب الطنانة وبعيدا عن الزعماء الذين أضاع كثير منهم أمتهم بغوخائيتهم ومراهقاتهم السياسية كان المغفور له ذاباع طويل في السياسة التي اشتغل بها لم يزيد عن الأربعين عاما قبل توديه الحكم حيث انتدمه والده لزيارة بريطانيا وفرنسا نيابة عنه في أعقاب الحرب العالمية الأولى وأرسله في عام 26 لزيارة عدد من دول أوروبا العربية لشرح تطورات السياسية في الجزيرة العربية بعد توحيد الحجاز وضمه إلى الدولة السعودية وترأس المايك فيصل في عام 1935 وفت المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر لندن المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية وترأسا هيدا وفت المملكة العربية السعودية ومثلها في التوقيع على مثاق هيئة الأمم المتحدة في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة وخلال تلك الفترة تقلد الملك فيصل عددا من المناصب القيادية سواء في عهد ورده الملك عبد العزيز أو في عهد أخيه الملك سعود وعينه ورده نائبا له على الحجاز في عام 26 ثم رئيسا لمجلس الشورى في عام 27 ثم أول وزير الخارجية السعودية في عام 30 أما في عهد الملك سعود فقد تولى الملك فيصل ولاية العهد وكذلك رئاسة الوزراء في مرحلة اللاحقة وينسب إلى الملك فيصل إدخال العديد من الإصلاحات في المجالات المختلفة في المملكة العربية السعودية ولا سيما على مستويات الاقتصاد والتعليم الوسطى والاجتماعي وعلى المستوى الإسلامي فيعتبر الملك فيصل مؤسس رابطة العالم الإسلامي التي انبثق عنها مؤتمر القمة الإسلامي الأول الذي عقد في الثامن عشر من أبريل 1965 أما على المستوى العربي فيرتبط ذكر الملك فيصل بدوره المؤثر خلال حرب أكتوبر 73 من خلال استخدامه سلاح النفط لأول مرة في تاريخ السراع العربي الإسرائيلي بقطع الإمدادات عن الدول الغربية المؤيدة لإسرائيل الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعتبر العاهل الصعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز من القلائل بين الحكام العرب الموجودين على الساحة الذين يتمتعون بالشعبية والمكانة والاحترام ليس في بلاده فحسب ولكن على امتداد العالم العربي والخارجي أيضا وبما رجعت ما يكتب عن العاهل السعودي بأقلام الزعماء والسياسيين والمؤرخين والباحثين والمفكرين السياسيين العالميين سنجد أن الجميع يتوقف عند شخصية الملك كزعيم سعودي إصلاحي وحول النهود ببلاده حتى من قبل أن يكون ملكا عندما كان ولي للأحد وكذلك زعيما عربيا له أسلوبه الخاص الذي يعتمد على النفاذ إلى لب القضايا العالقة دون شعارات أو خطابة ومع التمسك بقوة بالحقوق العربية دون تنازل أو تفريد ورغم وجود مصالح عربية أمريكية إلا أن العاهلة السعودية يغلب دائماً للمصالح العربية العلي عليها ويمتد في لغة خطابه مع الأمريكيين على المصارحة التي لا تقل من الحزم والتمسك بحقوق العرب وخاصة الفلسطينيين ولا أدل على ذلك من اتفاق مكة الذي داع فيه العاهل السعودي زعماء فتح حماس للاجتماع في الأراضي المقدس الوأد الفتنة والتصالح ووقف التقاتل بين أبناء الشعب الفلسطيني ولحقن دماء الفلسطينيين رغم أن الفتنة أصلاً كانت بأيد أمريكية باستبعاد إدارة بوش لحكومة حماس المنتخبة من أي مؤتصالات أو مفاوضات سلام ودرب وحدة الصف الفلسطيني لويس فري لا يخطع للضغوط وموقفه مع كلينتون وبوش الأب خير شاهد ياروي لويس فري رئيس مكتب التقيقات الفيدرالي FBI السابق الكثير على ولي العهد السعودي وخاصة موقفه السلب الرافض لاستجواب محققين أمريكيين للمعتقلين على دمة تفجيرات الخبر في السعودية التي سقط فيها أمريكيون وتمسكه الصارم والمطلق بأن تكون التعقيقات السعودية المحدة ويروي فري أيضاً كيف لم يستطع الرئيس بري كلينتون إثناء العاهل السعودي عن موقفه هذا وكيف أنه بعد لقاءات كثيرة بين ولي عهد وكلينتون انتهى الأمر بأن عبر الأمريكيون على مدد تقديم أسئلاتهم لسلطات تقيق السعودية التي ستسجرب المعتقلين وتنتظر ما يمكن أن ترد به عليهم وقد خصص فري رئيس مكتب الـ FBI السابق فصلاً كاملاً من ذكراته التي سطرت بعنوان عندما كنت رئيساً للـ FBI من تحطيم المافيا إلى التحقيق مع الرئيس كلينتون فخوض الحرب ضد الإرهاب للحديث عن تفجير الخبر في السعودية وقصة نشأة حزب الله السعودي وعلاقته بالحدث وارتباط إيران بالتفجير كما أن في الفصل النقاش المهم للخلاف الذي كان مؤثناً بين كلينتون وعداء حكومته يقول فري قبل العشر مساء من التوقيت المحلي بقليل في الخامسة والعشرين من يونو عام ستين وتسعين توقفت سيارة من نوع داتسن يقودها هاني السيغ وهو عضو مبارس الفرع السعودي لحزب الله في الزاوية البعيدة لموقف السيارات المناسق للبناء 131 في قاعدة الملك عبدالعزيز في الظاهران وكان البناء المؤلف من ثمانية توابق جزءاً من مجمع سكني يعرف بمجمعه بأبراج الخبر كان وقتها ما أولي أكثر من ألفين من القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والسعودية وكان البناء 131 يقتنه حصرياً أفراد القوة الجوية الأمريكية التي كانت تطبق خرار حضر الطيران الذي كان يجري تنفيده في جنوب العراق منذ نهاية حرب الخليل الأولى وكان مع السيغ في السيارة الداتسن عبدالله الجرش الذي تم تجنيده في صفوف حزب الله السعودي وبعد عدة دقائق دخلت سيارة تيفرولي بيضاء ذات أربعة أعباب من نوع كابريس موقف السيارات وانتظرت حتى تقوم سيارة الداتسن بإشارة وإدفاع أنوارها الأمامية بسرعة معطية بذلك إشارة واضحة تماماً وعندما فعلت سيارة الداتسن ذلك تبع السهرج سيارة الشفرولي إلى موقف السيارات وقد تم شراء ذلك السهرج في وقت سابق من ذلك الشهر من وكيل سيارات النفع عودي بمبلغ 75 ألف ريال سعودي تقريباً وأخذ إلى مزرعة خارج الأقطيف تقع على بعد مسافة 20 دقيقة أو نحو ذلك وهناك تم تجهيزه بحوالي 5000 رقم المتفاجرات بحيث أصبح كمبلة ضخمة وبعدما توقف السهرج بجوار السياج تماماً أمام الحائط الشمالي من المبلة 31 قفز السائق أحمد المغسلي وهو قائد الجناح العسكري لحزب الله وزميله علي الحوري وهو منظم عناصر أساسي في حزب الله من السهرج مسرعين إلى سيارة الشفرالي وانطلق بسرعة تتبعهما سيارة الداتسن وكان الرقيب الفريدو جيريرو يقوم بمهمة الحراسة من على سطح البناء 31 عندما رأى السائق والراكب ينزلان من السهرج والسيارتان تنطلقان مسرعتين وقام جيريرو وحارساني آخران بإطلاق جرس الإنذار بعدما تأكدوا تماماً بأنهم كانوا يحدقون بقنبلة في موقف السيارات أسفل منهم وبعد ذلك نزل جيريرو الذي بدأ عمله في الظهراء منذ شهر واحد فقط مسرعاً عبر التوابق العليا من البناء 131 محذرين للناس بإخلاء المكان مباشرة وقد أخلى الرقيب القسم الأكبر في طبيقين عندما انفجر السهرج مخلفاً حفرة عمقوها 35 قدماً وعرضها 185 قدماً ومضمراً للواجهة الشمالية من البناء تماماً وقلت لتسعة عشر أمريكي في أبرأة الخبر ونقل أكثر من ستين آخرين لمستشفيات وقد أصيب من مجموعه 382 عسكري أمريكي في التفجير وقد كان تفجير الخبر الهجوم الأكثر دموية على مواطنين أمريكيين خارج الولايات المتحدة الأمريكية في 13 عاماً منذ هجوم أكتوبر عام 83 على مؤسكرات مشاة البحرية الأمريكية في بينوت الذي أود بخياة 241 من مشاة البحرية وربما كان العدد النهائي أكبر من ذلك بكثير وبسبب السرعة أوقف السائق السهري جعمودياً مع البناء 131 ولو أوقفه متوازياً ووزعت قوة الانفجار إلى طول وجهة أوسع فلربما نجح عنه تدمير البناء وبخسارة أعظم في الأرواح كنت مع زوجتي مارل وأطفالنا في زيارة لوالدي في منزلهم في نورثبرغن في مقاطعة نيوجيسي عندما وقع تفجير الخبر وكان الخمس والعشرون من يونيو 1996 يوم ثلاثاً وليس يوم سبتاً واحد إلا أن اليوم منحنا فرصة نادرة للاجتماع سوياً وحرصاً على أن يكون جدول أعمالي خفيفاً وبنفس القدر من الأهمية فلم يبقى على دوام المدارس وبدأت أيام وسرعان ما ستبدأ المعسكرات الصيفية والنشاطات الأخرى اقتنست وزوجتي مارلين فرصة صغيرة ولكن سرعان ما بدأ كما يحدث غالباً في الحياة المفاهمة بالحركة أن الفرصة تتلاشت تماماً قبل أن نستغل منها أي شيء كانت أمي تحذر العشاء للعائلة عندما هاتفني مركز قيادة التحقيقات الفيدرالي ليخبرني أن الانفجار قد حدث منذ نصف ساعة توقيت السعودية أسبق توقيت الساحل الشرق لولايات المتحدة الأمريكية بسبع ساعات لم أسمع قط بأبراج الخبر ولكن لم يكن ذلك مهماً بدأت وزوجتي مباشرة بوضع الأطفال وأمتعاتهم ثانية بالسيارة كان ويليام سيسنر الذي عمل قبل مباشرة كرئيس لمكتب التحقيقات الفيدرالي قد سفر بكثير من التفاصيل الأمنية بما في ذلك سحبة سائق ربما كان حكيم في فعل ذلك فالعالم مليء بالمشاكل ولكنني كنت نفسي عميلاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي وواحداً من المتذمرين ولم أختر أسلوب الحياة الراقي الذي يعيشه الآن بحكم أنني أدل المكان ولم أرغب لأنا ولا زوجتي في أن أكبر أطفالنا معتقدين أنهم في سجن نحمي أو أن عليهم السفر في حراسة كي يخزروا أجدادهم كنت أقود السيارة وحيداً باتجاه نيوجيس تيرنبايك عندما ناقشت الهجوم لأول مرة مع النائب العام جليترينو وهي رئيسة المباشرة وأول خطوة للتواصل مع عدارة كلينتون وتحددت أيضاً مع ما كان يشغل وقتها منصب نائب مستشار الأمن القومي ساندي بيرجر في الساعات الأولى بعد الهجوم وكان ساندي الذي تقلد منصب المستشار الأساسي في السالة التالية بعد استقالة أنتونيليك يساعد على تنسيق جهود لاستجابة الأمنية القومية وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي جزءاً هاماً من ذلك كان خط هاتفي في السيارة غير آمن وبالتالي فلو كان لدى جانيتو ساندي معلومات أكثر مما لدي سلفاً فما كان بوسعهما أن يتبادلها معي كان لدينا جميعاً في تلك الساعات الأولية بعد الانفجار والأشهر التي تبعت مزيد من الأسئلة وقليل من الأجوبة وبعدما ضربت أخراج الخبر بست ساعات ونصف وبعدما دمر المبنى 131 في حوالي الساعة العاشرة مساء كنت وزوجتي مرلي ندخل في تريق كريتفولز في فرجينيا تماماً عندما كان بيل كلينتون يعلن للشعب لأول مرة عن الهجوم في خطاب مقتدب من المكتب البيضوي يبدو أن التفشير من عمل إرهابيين قال الرئيس وإذا ما كان الحال كذلك فإنني مثل كل الأمريكيين أغلي غضباً بذلك وينبغي أن لا يفلط الذين انتقبوا هذه الجريمة الشناء من العقاب وخلال الساعات قليلة سيكون فريق من مكتب التحقيقات الفيدرالي في طريقه للمملكة العربية السعودية للمساعدة في التحقيقات وختم الرئيس حديثه بترديد نقطة ذكرها أنفاً دعني أقول ثانية سنتابع هذه المسألة قال ذلك بصوت غاضب أمريكا تهتم بمصالح أبنائها ينبغي لأولئك الذين فعلوا أن لا يفلطوا من العقاب تلك كانت كلمات ووعيد لن أنساهما أبداً بالنسبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي كان تفشير الخبر بمثبة صرحة للعمل فقد كانت مسؤوليات المكتب الأساسية وستبقى محلية ولكن خلال السنوات الثلاث الأولى من عملي كمدير له كنا نوسع من نطاق مجالنا على عسى ونعالمي فقد توسع نطاق الجريمة والإرهاب وأصبح متعدد الجنسيات وعلينا أن نفعل ذلك بأنفسنا إن كان علينا مواجهاته بفعالية ضمن حدودنا وعلى المكتب أيضاً مسؤولية المحددة تتجاوز حدودنا جغرافية حيث التفجيرات قتلت أمريكيين منحنا ذلك حقاً قضائياً وعلينا ممارسته بأقصى سرعة كان واضحاً منذ البداية أن الهجوم على أبراج الخبر لم يكن حدثاً إجرامياً عادي ولسبب بسيط لأنه وقع في مكان غير عادي وقد اجتمعت المصاعب العادية المتمثلة في السماح بالوصول لموقع الجريمة على أرض أجنبية وتأسيس السرات المتبادلة مع السلطات المحلية وتلك مهمة ليست سهلة أبداً عندما تطلب موافقة على أن تطير بعملاء الإجراء التحقيقات في هذه الحالة كما أن هناك مصاعب تتعلق بوجوب مراعاتنا لخصوصيات القضاء السعودي ومدى قبولنا عند السعوديين كان المستشاري للأمن القومي روبرت برينت الملقب الدب ينتظرني وكذلك كان جون أوني رئيس اسم برينت المكلف في متابعة قضاء الإرهاب وبعض الموظفين الآخرين برطب مماثلة وتسلم منصب رئيس شعبة الأمن لمركز التجارة العالمي في سبتمبر 2001 وقتل في أحداث سبتمبر من العام نفسه عندما انهار البرج الشمالي وفي رأيي كان برينت أفضل موظف لدينا على الإطلاق للتعامل مع الحالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والمخابرات كان صلبا كالصخر وذكيا وموهوبا بشكل لا يصدق وكان يهتم كثيرا بالناس الذين كانوا يعملون معه أكثر من أي إنسان آخر عرفته ومع حلول منتصف الليل ورحيله كنا نفكر بالتقارير السخبراتية محاولين سياغة نظريات حول الهجوم ومع ذلك لم تحل أي من تلك المعلومات ما كنا نعتبره جميعا في العرفة أكثر الحاجات إلحاحا ألا وهو إمكانية الوصول إلى موقع الانفجار ويقول فريه سمح الوفد الأمريكي أن أحد أعدائه لزيارة السعودية وتقديم التعازي للأسرة الحاكمة السعودية وفي مقدمتها العاهل الراحل الملك فهد وولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ومع أن الملك فهد احتل الموقع الأكثر تشريفا بيننا جميعا إلا أنه المتفوه لببضع كلمات عاد الترحيب وتقديم عزائه لأسر الضحايا الأمريكيين ولكن بدأ أن الولي العهد كان يتكلم باسم الملك ونيابة عن الجانب الأمريكي شكرت الملك وعائلته للسقبالنا وأكدت لهم جميعا بأننا هنا لنتعاون سويا ولكن تحت رعاية المباحث وذلك النظير السعودي لهيئة تدمج مكتب التحقيقات الفيدرالي بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وقدمت تعزين للضحايا السعوديين الذين سقطوا في تفجيرات أبراج الخبر وكما يحدث في أغلب الأحيان في العمل الإرهابية فإن القتل كان ممن يتابعون أعمالهم العادية في حديقة الطرف المقابل من الشارع الذي يوجد فيه المجمع السكني عندما انفجر السحيج القنبلة وتحدثنا عن من يمكن أن يكون مسؤولا عن التفجير وتوافعه ولم يلمح على واحد من الجانب السعودي أن أعداء في خلية أرهابية ثانية لحزب الله كانوا محتجزين لإشتباه في تخطيط الهجوم المباثل بالنسبة لي أوضحت الموقف الأمريكي بدقة تامة لا نعلم من هو المسؤول ولا نود القيام بافتراطات متسرعة ولهذا السبب نحن بحاجة لإجراء تحرير عن الأرض السعودية ولهذا السبب نحن بحاجة لأقصى درجات التعاون من المباحث والهيئات الأخرى ولكن تحت سيطرة العائلة المالكة وإشرافها وقلت إن أقل ما نتوقعه هو أننا بحاجة لأن يبقى عن أسرنا في مكان التفجير في السعودية لشهور قادمة وعند هذه اللحظة سمع زملاء الأمريكيون أنني أكرر النقطة كثيرا وكانت الساعة متأخر ليلا وكان فريقنا الصغير منهكا وجائعا حيث إن العديد منهم كان على وشك السقوط من على مقاعدهم إلا أن الجانب السعودي لم يكن كذلك لقد تعلم التعاقل ما مع الحياة في أرض قاسية تحت أشعة شمس وحرق بالعمل ليلا لم تكن الترتيبات مرضية تماما لأنه طالما لم يكن برسين التحقيق مع المشتبه بهم مباشرة أو حتى الجلوس في غرفة التحقيق أثناء قيام السلطات السعودية بالتحقيق ولكن دمن قيود ثقافة تعتمد السرية والتناقض بشكل عميق أعتقد أن السعوديين قد فعلوا ما في وسعهم لتربية أهدافنا أما ممارسة مزيد من التعطي عليهم كي يتبنوا مواقفنا ويقوم بالتحقيقات كما نراها نحن فذلك أمر يحتاج إلى ضغط من أعلى الهرم في حكومتنا ومع انتهاء التحقيقات وبروز مزيد من المعلومات الجديدة إلى السطح هذا بالضبط ما وجدت نفسي فيه في وضع حرج تماما ليس على نسف الكرة الثاني في صحراء شبه الجزيرة العربية ولكن في وطني على بعد عدة مباني من بنسلفيني أفينو دعني أوضح وعندما أجريت محادثات جدلية لأول مرة مع ساندي بيرغر حول كيفية معالجة التفجير قلت لنائب مستشار الأمن القومي وقتها إذا ما سألت الأمور رفق المألوف فإنني أتوقع أن تكل إلينا مهمة التحقيق الجنائي كان ذلك واجبا القانوني فلدينا الإمكانيات والمواهب للقيام بالمهمة والإرادة في تنفيذ ذلك وعلى القدر نفسه من الأهمية فقد حصلنا على موافقة السعوديين كما رغبنا تقريبا لأن يكونوا في المقدمة إلا أن الأمور كلها لم تكن مؤفق المألوف كان ذلك واضحا لقد طلب مني بيل كلينتون تولي مصب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ ثلاثة أعوام ولكنه مع بداية سيف 96 بدأت العلاقات سوء بيني وبينه ربما كنت في نذر كلينتون أشبه ما يكون بخادم الكاهن في كنيسة ربما لأني لا أكترث بالفروقات الدقيقة في العمل السياسي لقد سفرت مرتين إلى المملكة العربية السعودية خلال الأشهر التالية بعد زيارة الأولى وفي مايو من عام 97 وفيما يعد أول اختراق كبير في الحادثة ألقت السلطات الكندية وهي تعمل وفق معلومات استخباراتية من السعودية على سائق الداتسن في تفجير أبراج الخبر هاني السائغ وأنكر السائغ الذي كان يعيش في كنادا منذ أب 96 بجواسس فار المزور أي دور له في الهجوم ولكنه أعترف في أيها من العام نفسه أثناء التحقيق معه في مركز اعتقال في أوتاوة من قبل مساعد قاد أمريكي والعديد من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كان أمعدوا في خلية حزب الله التي نفدت الهجوم وقال إن الحرس الثوري الإيراني جنده في الخلية واشترك في عمليتين أشرف عليهم العميد في الحرس الثوري أحمد شريفي لا يمكن لإنسان أعمى أن تفوته الخطوط الأساسية ولكن لبناء نقاط الوصل ووضع النقاط على الحروف كنا نحتاج لإذن يمكن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من الجلوس مع السعوديين والمساعدة في إجراء التحقيقات مع المشتبه بهم المعتقرين لدى السعودية وقيل لنا ميرانا وتكرارا إن ذلك لن يحدث إلا إذا نجح الرئيس نفسه ومساعده في الحصول على موافقة ولي العهد الأمير عبدالله لتحقيق ذلك كان الاهتمام في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية في فوق بوتم رغم ذلك في اتجاه آخر تم انتخاب محمد خاتمي في مايو عام 97 رئيسا لإيران خلف لرفسنجاني إن مصطلح معتد المصطلح نسبي في بلد قيادته المتطرفة كإيران ولكن بالنسبة لفريق كرونتون المتخصص في السياسة الخارجية بدأ خاتمي أفضل أمل للتحرك لتطوير العلاقات بين البلدين وسرعان ما اتضح أن التحقيقات في تحجير أمراج الخبر لن تكون عامل المساعد في ذلك الاتجاه لم يرسل مكتب التحقيقات الفيدرالي تقارير إلى وزارة الخارجية ولكن كنا بحاجة إلى موافقتها لإرسل عملائنا إلى هناك وفجأة أصبح الحصول على الموافقات أصعب مما كان وكانت وزارة الخارجية طريدنا الآن على جبهة أخرى لقد بدأ أن أخذ بصمات وصورة لكل أناصر الفرق الرياضية التي أرسلتها إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعليلونها كان بسيطا كان دباط المخبرات دائما تقريبا منخرثين في الفرق سيأتون إلى هنا ويقومون باتصالتهم ويتأكدون من بعض المعلومات ويعودون إلى بلدهم طهران حيث يودعهم بعض دباط الاتصال في وزارة الخارجية ملوحين بأيديهم وتمنين لهم سلامة الوصول كنا نعتقد أن أخذ البصمات والصور صوفي حض من تلك الممارسات وفي الواقع حصل ذلك إلا أنها أيضا أثرت غضب الإيرانيين وتفاقم الغضب حتى وصل إلى البيت الأبيض الذي أسترى تعليماته لنا بالتوقف عن ذلك قلت لمادلين ألبريت التي خلفت وارف كريستوفر كوزيرة الخارجية إن ذلك ليس فكرة جيدة وأجبتني إن الإيرانيين يشكون قلت لها سيشكون بالطبع وتلك هي نقطة الهامة ولكن من دون فائدة وفيما بعد أخبرنا مرتين إندك الذي كان يشغل منصب مساعد وزير خارجية للشرق الأوسط أن الرئيس كان غاضبا جدا ولكن كنت قد تعودت على الأمر وهذا لا يعني أن العديد من الشخصيات المهمة والمتفانية في واشنطن لم تقدم أقصى خدمتها في قضية تفجير الخبر وفي هذا السياق ينبغي ذكر بورتر جوسو وأرلين سبيكتر على وجه الخصوص الذين لم يدخل جهدا في مساعدتي وشجعوني على متابعة التقيق لنهايته بغد النظر عن التكلفة السياسية لكن ذلك كان يأتي من الكابيتل هيل كنا بحاجة أن يكون الفرع التنفيدي بجانبنا أيضا كانت وزالة الخارجية للأقل شفف في محاولتها الحقول دون نجاحنا مع السعوديين حول تفجير الخبر أما البيت الأبيض فكان أكثر ذبابية وبالتالي مثير للغضب كنا نحصن على وعد بأن الرئيس وألغار على وشك مقابلة ولي العهد الأمير عبد الله أو أحد الأمراء الكبار من العائلة الملكة كنا نقوم في الحال باعتبار أننا أشعرنا بذلك مقدما بإعداد قائمة من نقاط الواجب مناقشتها والتي تؤدي بالتالي إلى طلب مزيد من التعاون مع تحقيقاتنا ونأخذ تلك القائمة إلى ساندي برغر الذي كان يشغل وقتها منصب مستشار الأمن القومي وهو الرجل الواجب علينا مخاطبته في مثل هذه القضايا وكان ساندي يؤكد لنا أن الحصول على ألية تمكننا من أصول إلى الشهود السعوديين هي واحدة من أولويات الرئيس أو نائبه وهو متأكد من أن الرئيس سيثيرها مع الجانب السعودي وبعدها كنا ننتظر وننتظر لا شيء يحدث ألم يحن الوقت؟ كنت أسأل ساندي آه لقد حن الوقت كان يؤكد لي ولكن في سياق آخر ماذا كان يعني ذلك؟ وفي الوقت ذاته كان الأمير بندر الذي بدأت أزعجه حول فرص الحديث بهذه القضية يهز رأسه في المرات التارية التي ألقاه بها ويتساءل لماذا لم يقم الرئيس كلينتون ونائبه ألغور بطرح المسألة لشكل أمر مليح مع القيادة السعودية وبعد ذلك في عام 97 تحركت وزارة العليل التي وضفتني لإسقاط التهمة التي حصلنا عليها من هاني السيغ الذي ألقي القبض عليه في كندا الأسباب كانت معقدة فقد كان السيغ بمثابة مشكلة عويسة لقد بدل أقواله أكثر من مرة وبما أننا أصبنا بالإحباط في محاولاتنا ومقابلات أعضاء الخلية المعتقلين في السعودية فلم يكن لدينا الشاهد يدعم أقوالنا ضد السيغ حتى لو استطعنا الحصول منه على اعتراف وبما أنني محام كنت أفهم كل ذلك ولكن كان السيغ بمثابة رأس الخيط بالنسبة لنا وما شاهدته من موقف احتفالي في البيت الأبيض للتحلس منه كان له وقع حزين في نفسي وبعد ثلاثة أشهر وفي الحادي عشر من كنون الأول عام 1997 قابلت في أكاديمية تدريب عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي في كوانتيكو بفرجينيا عائلات أولئك الذين قتلوا في تفجير أبراج الخبر كانت دافئة وراء عقد اجتماع كوانتيكو بسيطا فقد مر عام ونصف تقريبا على هجوم الظهران ولم تخصص الوزارة الدفاع على وزارة الخارجية وقت حقيقي لإطلاع عائلات ضحايا الخبر على ما تم إنجازه كانت عائلات الضحايا قلقة جدا وذلك عمر مفهوم لم نستطع إعادة أحبائهم لهم ولكن كان بيوسينا إخبار الأباء والأمهات الزوجات والأزواج الإخوة والأخوات المخطوبات والأطفال أننا لم ننسى موتاهم دعوت ساندي برغل ينضم إلينا ويوضح وجهات نظر مكتب الأمن القومي الأمريكي ولكنه اعتذر وكذلك فعلت كل الشخصيات الكبيرة في البيت الربيع ولبد دعوة كل من جانيترين ومن وزارة العدل وبالكوهين السناتر الجمهوري السابق عن مين الذي حل محل ليس أصبا كوزير للدفاع ما زلت ممتنى لكلئهما كانت داعمين والشريفين وكان حضروهما مغدع تقدير واحترام كبيرين استمرت اللقاءات ثلاثة أيام وكنت هناك تولى الوقت ومع كل وجب صباحا وضعا وليلا جلبنا مجسمة للبنامي وواحدنا الثلاثون وللحفرة كي نشرح كيف حدث الانفجار وعرضنا صور للمشتبه بهم الذين استطعنا التعرف عليهم حتى تاريخه لم يكن علي أن أخبر هؤلاء الناس أن السعوديين كانوا غير مبالين بتزويدنا بالمعلومات وعندما طلبت مني العائلات أن أعدهم بأن يستمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بتحقيقاته وأن يفعل كل ما في وسعه لإحقاق الحق أقسمت لهم بأننا سنقوم بذلك وكما كتبت آنفا كانت تلك دائمة بمثابة الجائزة أمامنا وعندما سألتني مرأة وهي أم لرقيب أول أمره 35 عاما مات في الانفجار لماذا سمحنا للسعوديين بحجب المعلومات عنه ومنعنا من الوصول إلى مشتبه بهم أخبرتها بأنني رجل أمن ولست سياسيا لقد قصدت الاثنين إلا أنني زعتفت إلى درجة كبيرة مع إحساسها بالخلام من وطنها بعد أن ضح ابنها بنفسه من أجل أمريكا لم يطلب من البيت الأبيض أبدا الانسحاب من متباعة القضية ولم يخبرنا أبدا بأن الإدارة كانت تطلق أبابا أو سياسات أخرى لتحقيق الأغراض نفسها ولم تقل لنا توقفوا أبدا وإلى أن يقولوا فلنا إلا جهدنا ونتقى أسف المهمة لقد قلعت أسناني كعمل لمكتب التحقيقات الفيدرالي عامل على تحطيم أكبر العائلات المشرفة على الجريمة المرثمة وتموينها في أمريكا في سبتمبر من العام نفسه زار ولي العهد السعودي الأمير عبدالله واشنطن تصورت أن الزيارة كانت آخر فرصة بالنسبة لنا قمنا مرة ثانية بتحضير النقاط الواجب مناقشتها للرئيس ومرة ثانية تصلت بالأمير بندر سفير الرياض أطلب منه أن يسعى لدولي العهد كي يخفف موقفه عندما سيترح الرئيس كلينتون وألغور لم أعد أكترث الآن بمن سيقوم بذلك القضية عليه وبالضغط المطلوب ومرة ثانية لم يحدث أي شيء وقد أكد ساندي برقر لاحقا أن الرئيس ضغط كثيرا على الأمير عبدالله طلبا للتعاون ولكن لم تكن هناك استجابة وحدث مرة في إحدى المكالمات الهاتفية في أيام أيلول الأخيرة من عام 98 أن الرئيس السابق ذكر صدفة أنه سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير عبدالله في ذلك السبت قلت له أرجو لا تؤخذني على سؤالي وعن ماذا تتحدث معه أخبرني الرئيس بوش الأبى النحى كانت زيارة خاصة فمع مرور السنين أعرف كل الأخرى بشكل جيد وكان الأمير عبدالله مرم بوشرة ثانية في هذه المرة في طريقه إلى هوائي وكان سيلتقيان في قصر الأمير بندر في بنكلين حسنا قلت هل لنقلت ضربا باسمنا له إن لم يكن لديك مانا بالطبع أجبني بالتأكيد قلت نحاول إمكانية الحصول على موافقة تمكن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي من مقابلة المعتقلين بحادثة تفشير الخبر فلو سمع ولي العهد الطلب منكم أعتقد أن ذلك سيكون فعلا تأكدت بأنني كنت مخلصا مع الرئيس بوش الأب فلم يكن لدي أي نية في استخدامه ليقوم بشيء من خلف ظهر خليفته دون أن يكون على علم بالقصة تماما قلت له إننا في مأزق إننا نحاول حتى الآن نقل موقفنا إلى السعوديين على أعلى المستويات كي نحقق خرقا ولكن في كل مرة يبدو فيها أنني ترقيت تأكيدات من المستويات الأعلى في إدارتنا من أن القضية ستطرح مع الناس المعانيين في الوقت المناسب لا يحدث ذلك مطلقا يمكن لمساعدتك أن تساهم في حل هذه المشكلة ولكن لا أريد أن أدعك في موقف حرش لكن لم أكن أبالغ حول تلك النقطة الأخيرة لم أبالغ أبدا ولكنني شعرت بأنني فقدت الخيارات الأخرى لتحقيق الوعد الذي قطعته على نفسي منذ 27 شهرا عندما كان الغبار ما زل يغطي ما تبقى من ابنها 131 وعندما وفق الرئيس السابق مما أسعدني كتبت النقاط التي ينبغي إثارتها وأرسلتها عبر البريد المصور له وبعد ذلك جلست منتدرا ولكن ليس لفترة طويلة قال لي بوشة عندما هاتفني في أصيل ذلك السبت لقد طرحتها عليه ويبدو أنهم مهتمون بالأمر وأعتقد أنك ستسمع منهم لقد سمعت صباحا لأثنين من الأمير بندر قال لي لوي هل يمكنك أن تأتي إلى هنا وتتحدث إلى ولي العحد بعد عدة ساعات في 29 سبتمبر عام 98 كنت أدخل بوابة قصر الأمير بندر ثانية وفي هذه المرة بصحبة دال واتسن رئيس قسم مكافحات الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي هو ويش فولر السفير الأمريكي لتا السعودية وقتحه وبدافع الاستقامة والتفاني كان فولر يعرض مستقبله للخطر بتحديه البيت العبيد القيام بالشيء الصحيح حول هذه القضية وكان ديل يرأس شعبة مكافحة الإرهاب والتي أعيد تشكيلها لاحقا تحت اسم مكافحة الإرهاب وكان بمثابة يد اليمنى في التعاون مع شد الحالات خطورة وهمية التي واجهها مكتب التحقيقات الفيدرالي في العقد الماضي وكان القائد والخبير الأفضل والأكثر تأهيلا وعلما الذي حصن عليه في قسم مكافحة الإرهاب وما كان لأي نجاح حقاقه مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية من دونه قال ولي العهد السعودي بعد أن استقبلنا أخبرني ماذا تريد نريد من سعادتكم السماحة لموظفين دخول المنشأة التي تعتقدون فيها المشتبه بهم في تفجير الخبر وبالتالي يمكننا التحقيق معهم والعودة إلى محاكمنا ونرفع عدوة ضدهم وأكدت له أننا الولايات المتحدة الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي نحترم الشريع الإسلامية ووعدته بأننا سنفعل ما في وسعنا لعدم يفسد التحقيقات السعودية أو القضاء السعودي إلا أن جوهر كلامي كان بالضبط ما كنت أحاول تحقيقه منذ البداية وهو أن يقدم واحد من أعلى الموظفين في إحرام الإدارة الأمريكية بالقول لولي العهد السعودي مباشرة نحتاج للوصول إلى هولاء المعتقلين اقترح ولي العهد حلا وسطا يمكن الموظفين تقديم الأسئلة إلى الموظفين السعوديين الذين يقومون بدورهم بإعطائها إلى المشتبه بهم ويمكن لعملائنا متابعة الأجوب مباشرة بيل كلينتون رمى بكل ثقله لأجل السلام وفي مذكرات الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون التي أسماها بحياتي يشكر الملك عبدالله الذي قدم له الدعم المعنوي بعد أن تعرض فترة في حكمه للإهتزاز وفي مكان آخر يقول بعد أن حضر قمة في شرم الشيخ عن العنف بعد عدد من آمال العنف والتفجيرات وكان آخرها الهجوم على السفينة كورف اليمن يقول طرت إلى شرم الشيخ في مصر لحضور قمة في الشرق الأوسط عن العنف مع الرئيس مبارك والملك عبدالله وكوفي عنان وخفير ثلانة الذي كان أنائذ أمينا عمل للاتحاد الأوربي وكانوا جميعا يريدون إنهاء العنف كما كان يريد ذلك أيضا الملك عبدالله الذي لم يكن هناك ولكنه ألقى بثقاله في الموضوع ويقول كلينتون في مثل هذه الاجتماعات السرية لا يعرف الناس في الغالب ما يحدث والملك عبدالله الذي يدعو بشكل مستمر لاستقرار المنطقة والتوجه نحو البناء والتنمية يسهم بشكل مستمر من داخل هذه الغرف المغلقة لتحويل هذا الأمر إلى واقع ويعرف عن الملك عبدالله دعوته إلى السلام في فلسطين ويكشف كلينتون في مذكراته عن تأثير الملك عبدالله الكبير في هذا الخصوص وحرصه وتمسكه بحفظ حقوق الفلسطينيين وعودة السلام للمنطقة إفشي مولافي ملك الشعب وصديق الفقراء وصف الكاتب والباحث الأمريكي أشفين مولافي خادم الحرمين الشريفين ملك عبدالله بن عبدالعزيز بأنه ملك الشعب وصديق الفقراء وبأنه يعمل على توفير الكرامة الاقتصادية لأبناء بلده ورفعة شأن المملكة على الصعيد العالمي وقال أفشي مولافي إنه استشعر من خلال زياراته المتكررة لمملكة العربية السعودية وبالصورة اللافتة للاهتمام أن الملك عبدالله وكما أبلغني الناس في المملكة مرارا وتكرارا لكن مشاعر عطف ورأفة خاصة تجاه الفقراء بشكل خاص تميزه عن مقية قادة العالم الذين أعرفهم وإن هذا نادر جدا حتى في المجتمعات الغربية التي تتغنى بأنظمة الديمقراطية وقال ملافئن ملك عبدالله يقدم الكثير من المال للسناديق الخيرية لأبناء شعبه وقال الباحث الأمريكي إنه قيل له من مواطنين السعوديين في آخر زيارة قام بها للمملكة إن خادم الحرمي الشريفين شعر بالألم والقلق إزاء الحبوط الذي كان قد شاهده سوق الأسهم في المملكة في فترة ذلك الحبوط الحاد وكان قلقا من أن مواطنين السعوديين عاديين خسروا الكثير من أموالهم في تبادلات السوق بحيث أنه قام بتوجيه التعليمات إلى مستشريه لإعداد خطة تدعو حماية تحلدون خسارة الناس هذه المقادير من الأموال في المستقبل وقال إن خادم الحرمين يدعو بنشاط إلى توفير تعليم عصري حديث لأبناء وبنات المملكة على حد سوا وهو يدعو بنشاط إلى تنمية اقتصادية مستدامة للمملكة ويمد يدها بصورة نشطة للفقراء والأقليات والفئات المهمشة في المجتمع السعودي معززا جوا من الأفتاح ووادعا الأليات التي تعمل على السئسر الفساد والحذر من النظام الحكومي في المملكة وأشار ملاف إلى الخطة التي وضعها الملك عبدالله لإرسال عشرات الألاف من التربة السعوديين لتلقي التعليم الجميعي في الولايات المتحدة وأوروبا وأسيا في السنوات القليلة الماضية من أجل إعداد جيل جديد من السعوديين القادرين على مواكبة متطلبات العسرانة والعولمة التي باتت المملكة جزء لا يتجزأ منها خصوصا بعد دخولها منظمة التجارة العالمية الباحث الأمريكي الكبير تدرق إلى الوضع التنموي والاقتصادي للمملكة في ذل الملك عبدالله وقال في هذا السياق إن الكثيرين من الناس لا يعتقدون أن توفير التعليم للشعب هو حق من حقوق الإنسان الأساسية مثل ذلك الاعتقاد خطأ فتوفير التعليم هو حق إنساني أساسي وكذلك حق الرعاية الصحية وحق التمتاع بالبنى التحتية في البلاد وما إلى ذلك وهي كلها أمور يليها عبدالله جل اهتمامه منذ وصوله إلى الحكم واستشهد مولافي بتقرير البنك الدولي السنوي عن الأوضاع الاقتصادية للدول الذي وصف المملكة بأنها توفر أفضل بيئة للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط وختم الكاتب والباحث الأمريكي أفشي مولافي المقابلة بالقول إنه إذا نظر المرء إلى ما يحتص في المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية فإنه لا بد أن يرى في الملك عبدالله قائدا إصلاحيا يعمل من داخل النظام لإصلاحه إن الملك عبدالله يدفع البلاد إلى الأمام وإلى المستقبل أولبرايت ذو هيئة تفرض وجودها على نحو المؤثر في مذكرات وزيرة الخارجية السابقة مال أولبرايت وهي بعنوان السيد الوزيرة تصف أولبرايت لقاءها المؤثر بالملك عبدالله حيث تقول إنه كان ذا هيئة تفرض وجودها على نحو المؤثر بثيابه البيضاء وإنه كان معها كيسا ولبقا ومهذبا وتقول أولبرايت في حديث عن الملك عبدالله مشيرة لثقله السياسي الكبير في الساحة العربية والدولية تقول قدر لكلماته الطيب عني لقد عرب أن تساهل علي طريقي وتكشف أولبرايت عن لقاءاتها مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله عندما تصفها بالجادة والوهدية ياسر عرفات كارتر شهادة حق في حق عرفات يتضمن كتاب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر فلسطين سلام لا فصل عنصري شهادة مهمة تنصف الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والذي نجحت إسرائيل في تصويره على أنه رفض فرصة ذهبية لإحلال السلام في نهاية عهد الرئيس الأمريكي بيل كلينتون حيث يقول كارتر إنما عرضه كلينتون وإيهود باراك على عرفات كان مشحفا في جوانب عدة مثل حق عودة اللاجئين وإبطال القرارات الدولية السابقة والتي تحمي حقوق الشاب الفلسطيني وتمزق الدفة الغربية بين المستوطنات الإسرائيلية وعزلها عن أردن ويقول كارتر لم يكن هناك أي احتمال أن يقبل أي قائد فلسطيني هذه البنود ويدمن لنفسه البقاء ولكن البيانات الرسمية من واشنطن والقدس نجحت في إلقاء كل ثقل الفشل على عرفات يبدأ كارتر حديثه المفسر عن الفلسطينيين ولقاءاته معهم ومع قيادتهم وعن ظروف معيشتهم تحت الاحتلال حيث يذكر أن عدد المسيحيين الفلسطينيين فجاه وكيف أن نفوذ الأحزاب الدينية اليهودية داخل إسرائيل وأجنذة تلك الأحزاب أدت إلى تقييد حريات الفلسطينيين المسيحيين الدينية وكيف يعامل الجنود الإسرائيليون المواطنين الفلسطينيين معاملة غير إسانية كما تحدث كارتر عين عن سياسة العقوبات الجماعية التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني وعن المعتقلين وعن غياب العدلة القانونية وعن تواجد اليهود المتطرفين في الأراضي المقدسة وعن المستوطنين الإسرائيليين وكيف يعيش بدعة ألاف منهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاطين بعدد أكبر منهم من الجنود الإسرائيليين المكلفين بخمايتهم وكيف ينفرض هؤلاء المستوطنون بمواردة وثروات الأراضي المحتلة المطابعية بمقادرة تفوق بمرات مضاعفة ما يعيش عليه الفلسطينيون أنفسهم لذا يقول كارتر في نهاية الفصل السادس من كتابه بدى واضحا لي أكثر فأكثر أن هناك إسرائيليتين واحدة تحتوي على الثقافة والقيم الأخلاقية القديمة للشعب اليهودي كما تعرفها الكتب الدينية اليهودية وهي النسخة التي اعتدت عليها منذ الصغر والتي تمثل دولة إسرائيل الشاب كما يتصورها غالبية الأمريكيين والأخرى توجد في الأراضي المحتلة وتمارس سياسات قائمة على رفض الأعتراف بأعصة حقوق الإنسان الخاصة بالمواطنين وعدم احترامها ويذكر أيضا أن هناك من الطبقة السياسية من لا يريد الأعتراف بأي حق من الحقوق الفلسطينية لا داخل الخط الأخضر ولا خارجه في الأرض المحتلة عام 1967 ويتحدث كارتر عن اتفاقات أصله وما تبعها من جهود فلسطينية لإحلال السلام وإجراء انتخابات وبناء سلطة فلسطينية وطنية تحاول أن تكون مستقلة وكيف أن الكيان الصهيوني حاول ويحاول إفساد كل جهد للسلام والاستقرار وقد حاولوا إفساد الانتخابات في 1996 وهدد كارتر بعمل مؤتمر صحفي دولي للتنديل بتلك العقبات التي تدعوها الإدارة الصهيونية لتعويق الانتخابات فتراجع الصهايين خوف من أن يفتحهم كارتر ثم تحدث كارتر عن باراك في واي وريفر بالاشتراك معه فيقول لم يكن ممكن لأي قائد فلسطيني أن يقبل بمثله هذا العرض خوف من أن يحاسبه التاريخ وبالرغم من ذلك فقد نجحت البيانات الرسمية الصادرة من واشنطن وتل أبيب في إلقاء اللوم على ياسر عرفات وتحميله مسؤولية الفشل أما عن تفاصيل السفقة التي كان يريدها باراك فيقول كارتر لم يكن العرض من باراك بل من كلينتون وينص على سحب 20% من المستوطنين وهذا يعني ترك 20 ألف مستوطن في 209 مستوطنات وتحاط كل مستوطنة بـ 400 متى من جميع الاتجاهات ومناطق أخرى حشاسعة تخصص لاحتياجات المستوطنات مثل الطرق الالتفافية التي تربط المستوطنات بعدها ببعض وتربطها بالقدس المحتلة أضف إلى ذلك الدرورات الحيوية للمستوطنات كالماء والكهرباء والمجال والاتثارات وهذه المقاطع تتفاوت في عرضها من 500 إلى 1000 متر وهي أيضا ستكون محرمة على الفلسطينيين ويواسل كارتر حديثه عن سخاء باراك والرئيس كلينتون في المفاوضات ويريفر قائلا إن تلك الخلايا الاستيطانية وشبكات الاتصالات كانت تقسم الدفة الغربية للأبد إلى كنتونات شذايا ليس بينها توسل جغرافي وغير صالح للسكن وغير قابل للحياة ولا يمكن الوصول إليها ومما يزيد الأمر سوءا أن غول الأردن الذي تحتله إسرائيل سيحرم الفلسطينيين من التوصل شرقا مع الأردن وسيكون هناك أكثر من ألف حاجة عسكري يحيط بهم وستبقى أكثر الطرق الفلسطينية مغلقة من التراب والحواجز الإسمنتية ثم يتحدث بعد ذلك عن مباحثات طاب 2001 التي لم تسفر عن أي شيء ثم جاءت خارطة الطريق في عام 2003 والتي قدمتها اللجنة الرباعية وقبلها الفلسطينيون ورفضتها إسرائيل عمليا عندما علقت قبولها لقبول بأربعة عشر تعديل نشاطا إسرائيليا لقد أراد الرئيس كارتر الذي انشغل كثير من القضية الفلسطينية أن ينتهز فرصة تسلمه جاهزة لنوبا 2002 إلى السلام والتي قدمت له على جهوده من أجل مقاومة الفقر والمرض ونشر الديمقراطية في العالم أجمع وفي إفريقيا على وجه الخصوص أراد أن ينتهز هذه الفرصة للتحدث إلى العالم الذي يتجه بأنظاره إلى جنيف أراد أن ينفت النظر إلى الظلم والتفرقة التي تمارسها إسرائيل في فلسطين تشعب أعزل إلا أنه كما يقول منع لأن هذا سيسبب حرجا للحكومة السويسرية ورأى كارتر أن تصوير الزعيم الفلسطيني الراحل يسر عرفات على أنه عائق أمام السلام ليس صحيحا معتبرا أن الويدعيات المتحدة تحت حكم بوش لا ترى نفسها منتزمة السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين كلينتون عرفات جعلني أكبر فاشل بسبب عناده وكان الرئيس الأمريكي السابق بالكلينتون قد تناول شخصية الرئيس عرفات ومواقفه من خلال خراطه في مفاوضات السلام بين العرب وإسرائيل وقد تحدث كلينتون كثيرا في مذكراته التي تحمل عنوان حياتي عن مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية وعن دول الولايات المتحدة فيها ويذكر بتفاصيل موقف هام حدث داخل البيت الأبيض عندما ظهرت مشكلة تتعلق بالسيدر على أحد الطرق في أحد الخرائط وما كان على كلينتون إلا أنه كما ذكر أخذ يسر عرفات وإسحاق رابين إلى غرفة الطعام الخاص به في البيت الأبيض وبدأ يتحدث لرابين قائلا له إنه يريد أن يكون شارا جيدا وعرفات رد إننا كأحفاد للنبي إبراهيم أكثر من أولاد عمومة ويقول كلينتون إن تبادل الكلمات بين أعداء الأمس كان رائعا وأضاف بدون أن أقول كلمة خرجت وتركتهم وحدهما في الغرفة لأول مرة ويذكر أنه خلال عشرين دقيقة توصل الاتفاق على المشكلة المثارة ويرى كلينتون أن تطوير الثقة الشخصية بين عرفات ورابين كان شيئا غير متصور من قبل وتحدث كلينتون بتفاصيل أكبر عن محاولات الوصول الاتفاق النهائي بين عرفات ورئيس الوزراء يهود باراك وكان الذكرية كلينتون عن آخر لقاء ما ياسر عرفات إن عكاسا وتلخيصا من وجهة نظره لعملية السلام الفلسطيني الإسرائيل كلينتون يروي أيضا ترائف مسافحة الرئيس الشهيد ياسر عرفات ورابين التاريخية يقول الرئيس الأمريكي السابق إن رابين اشترث مسافحة ليس عناقا مع القائد ياسر عرفات ويؤكد أنه أجر تمرين خاص لتفادي معانقة أبو عمار وكشف كلينتون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين الذي وقع اتفاق السلام مع زعيم ملذمة التحليل الفلسطيني ياسر عرفات في الثالث عشر سبتمبر ثلاثة وتسعين في البيت الأبيض اشترط بإلحاح أن يقتصر الأمر مع الشهيد ياسر عرفات على المصافحة مستبعدا أي عناق ويروي كلينتون لقد قلت لإسحاق إنه في حال كان متمسكا بالفعل بالسلام عليه أن يصافح عرفات لإثبات ذلك تنحى درابين وقال بصوته المتعب إننا نبرم اتفاقية السلام مع أستقائنا فسألته ستصفحه إذن؟ فرد بلهجة جفة طيب طيب ولكن بدون عناق وتعكس هذه المحادثة بين كلينتون ورابين التي يرويها الرئيس الأمريكي الأسبق في مذكراته التي صدرت في يونيو عام 2006 الذهنية التي كانت سائدة قبل التوقيع على اتفاقيات السلام في أوسلو والأهمية الحاسمة لطريقة عرضها على الجماهير ويروي كلينتون في مذكراته كنت أعلم أن الرئيس عرفات حب الاستعراض وأنه قد يحاول معاناقة رابين مع ذا المصافحة لقد قررنا أنني سأصافح كل منهما أولا ثم سأوحي إليهم بأن يقترب من معديهم البعض إن كنت واثقا من أن عرفات في حال لم يعانقني فإنه لن يبادل إلى معاناقة رابين ثم يروي الرئيس الأمريكي السابق التمارين الذي أجرها مع معاونيه لكي يتفادى أي معانقة وذلك عبر ودع يده اليسر على الدراع الأيمن للرئيس الفلسطيني ويقول كلينتون كنت أعرف أن تفادي المعانقة أمر مهم للدرجة كبيرة بالنسبة لرابين وكانت الحصيرة التي خلدتها الصورة التلفزيونية هي مسافحة مؤثرة بين الزعماء الثلاثة بعد التوقيع على الوثيقة التاريخية تحت شمس ساطع وقد تحول كلينتون أولا باتجاه إسحاق رابين الواقف على يمينه وصفحه بشدة ثم أمسك بيد عرفات الواقف متسمع إلى يساره فانحن الرئيس الفلسطيني قليلا في تلك اللحظة وتابع حركته مادا يده بتردد واضح باتجاه رابين وبعد لحظات قصيرة من التردد أمسك رابين الذي شارك في كل المعارك ضد الفلسطينيين بيد عرفات الممدود لمصافحته في حين رابت كلينتون وابتسامة عريضة على محياه على كتف رابين معاربا عن تفاهمه بعد ستة أشهر من المحاوضات السرية في العاصمة النرويجية تبادلت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطيني الأتراف بالوجود ووقعت على ألان مبادئه حول حكم ذاتي فلسطيني انتقالي لمدة خمسة أعوام وتحدد هذه الاتفاقيات الخطوط العريضة لهذه الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة لمدة خمس سنوات بدءا من غزة وأريحة وفي مذكراته يروي بيل كلينتون أنه قبيل الذهاب إلى المنصة للتوقيع الاتفاقية التقى الزعماء الثلاثة بعد الوقت في البيت الأبيض ويروي كلينتون لقد حي عرفات رابين ومدياده ليصافحه لكن الأخير أبقى يديه خلف ظهره ورد على عرفات بجفاء قائلا في الخارج فابتسم الرئيس يسر عرفات وهز برأسه ثم قال له رابين سيكون علينا أن نعمل بجد حتى تسير الأمور فرد عليه الرئيس عرفات قليلا أعرف ذلك أنا مستعد لأقوم مما يتوجب عليه الغريب أنه عندما وصف عرفات الذي اعتبر سببا في تعثر المفاوضات كلينتون لاحقا بأنه الرجل العظيم كتب كلينتون في مذكراته يرد ورده المقتدم لست رجلا عظيما إنني فاشل وأنت جعلتني كذلك ويقول كلينتون الكرة كانت في ملعب عرفات وقلت له إنني بدلت كل ما في وسعي ليكون الفلسطينيين دورة في الدفة الغربية وقطاع غزة مع ضمان أمن إسرائيل في الوقت ذاته وحذرته من أنه سيساهم في انتخاب شارون وأنه سيتحتم عليه تحمل العواقب لم يخطر لي أنه من الممكن أن اتكب عرفات مثل هذا الخطأ الجسيم وفي حياة ياسرد كلينتون ما قاله رئيس الوزراء الاسرائيلي الراحل أسحاق ربين له في لقاء الغداء الذي التقاه فيه عن انفراد وسأله عن الاسفاب التي دفعته للموافقة على مفاوضات أصل والوثيقة التي يفرزتها ويقول أودح لي ربين أنه مدرك خصوصا بعد حرب الخليج لعام 91 التي أتلق فيها العراق صواريخ سكود على إسرائيل أن الأراضي التي تحتفظ بها الدولة العمرية في اشتفى الغربية وغزة لم توفر أي حماية لإسرائيل وقال أيضا إنه إذا كانت تريد إسرائيل أن تواصل الاحتفاظ بهذه الأراضي إلى ربذ فإن ذلك يعني أن عليها أن تقلل خلال فترة وجيزة ما إذا كان عليها أن تسمح لسكانها العرب المشاركة في الانتخابات في إسرائيل كما هي حال سكانها العرب المقيمين في أراضي ما قبل عام 67 وقال إنه إذا سمح لهم بذلك فإن إسرائيل ستتوقف عن كونها دولة يهودية خلال عقد قليل من الزمن بالسبب معدلات الزيادة السكانية الطبيعية لدى العرب وإذا حرمتهم من المشاركة في الانتخابات فإن إسرائيل ستتحول إلى دولة ذات نظام فصل عنصري وعليه فقد وصل إلى قناعة أن على إسرائيل أن تتخلى عن تلك الأراضي لكن شرط أن يعود ذلك عليها بالسلام حقيقي وعلاقات طبيعية مع جرانها بما في ذلك سوريا كان رابيني يعتقد أنه قادر على التوصل إلى اتفاق مع الرئيس السوري حافظ الأسد إما قبل أو بعد إنهاء عملية التفاوض مع الفلسطينيين بقليل ومن خلال محادثة مع الرئيس الأسد فقد كنت مقتنعا أنا أيضا بذلك وتابع كنت مؤجبا برابين حتى قبل أن ألتقي به في عام 92 غير أنه في ذلك اليوم حين استمات إليه يترح حجته من إجل السلام في ذلك الاحتفال فإنني استشعرت عذمة قيادته لم ألتقي في حياتي شخصا آخر متله تماما وقد صممت على مساعدته على تحقيق حلمه بإقامات سلام بين إسرائيل وجلانها وكتب بعد الغداء مع رابين غادر الإسرائيليون عيدين إلى إسرائيل لمدى جهد باية الاتفاق للكنستة الإسرائيلية لكنهم توقفوا على الطريق في المغرب لإطلاع الملك الحسن الثاني على الاتفاق العاهل المغربي كان يتخذ دائما موقفا معتدلا تجاه إسرائيل وتابع كلينتون في تلك الليلة استدفت واهلاري حفل عشاء في البيت الأبيض دم 25 زوجا من بينهم الرئيس السابق جيمي كارتر وعقيدته والرئيس جورج بورش وعقيدته والرئيس جالد فورد وعقيدته وتسعة من أزراء الخارجية الأمريكيين الذين كانوا على قيد الحياة وقادة الكونغرس من الحزبين وقد استحبت الرأساء الثلاثة السابقين في ساعة اللاحقة إلى طابق المعيشة في البيت الأبيض حيث اطلقت لنا صورة سذكارية لتخليد لحظة فريدة في تاريخ أمريكا بعد ذلك تعوت الرئيسين بورش وكارتر إلى تمضية الليلة معنا في البيت الأبيض وقبلها الدعوة أما الرئيس فورد وعقيدته فرفض دعوتهم لسبب وجيه كان حجز جناحا في فندق واشنطن هوتل القريب لتمضية الليلة فيه إلا أن ذاك الفندق كان الفندق الذي أنضي فيه أول جيلة لهم كزوجين أول برايت اليهودية أعرفات أداء أكبر فرصة للسلام في الثالث والعشرين من كانون الثاني سنة سبع وتسعين وبعد مرور مائتين وسبع سنوات ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة تولت مرأة منصبة وزير الخارجية وفي هذا الكتاب تقوم صاحبة على وظيفة في التاريخ الأمريكي بروائة قصتها وتقدم نذرة مقربة من الداخل على قضايا العالم في فترات من الاتراب لم يسبق لها مثيل وقد جمعت في كتابها بين ما هو شخصي وما هو سياسي ومزجت بين وصف الأحداث وبين تحليلها من مدخل العلاقات الإنسانية وقدروا من الدعاب والشهادة الشخصية ويقدم الكتاب ذكريات عن بعض زعماء العالم الذين تعاملت معهم البريد مثل فكالف حفل وياسر عرفات وأريل شارون وناتنياهو والملك حسين وفلاديمير بوتين وميل السوفيتش وزعيم كوريا الشمالية كيم يونج إيل وبيل كلينتون وهلاري كلينتون ولم يكن من المستغرب أن تتناول وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في مذكراته التي يحملها كتابها تأملات في أمريكا والصادرة عن دارمير ماكس بوكس لنشر في نيورك شخصية الرئيس الراحة العرفات ولكن بالتطول على شخصه وتوجيه شتى أنواع الاتهامات إليه في دواء أوصولها اليهودية وعنصريتها وكرهها للعرب تلك الصفات المتأصلة في شخصيتها وكانت أول إشارة تظهر في أمريكا لتؤكد يهودية ألبريد قد جاءت في السياق تقرير أعده الصحفي الأمريكي مايكل دوبس بصحفة الواشنطن بوست الأمريكية وقال فيه إن الشكوك التي حامت حول أصول مدينة اليهودية وادعاؤها أكثر من مرة أنها كاثولكية جعلت الصحفية الأمريكية وسفر لمسقة رأسها في تيكوزفاكيا السابقة حيث بحث عن أصول عائلتها والتقى بالفعل بالباقين من أفراد عائلتها مما لم يهاجروا ليخرج من رحلته بالعديد من الوثائق التي لا تدع مجال الشك أن ألبريد يهودية فأبواه يهوديان ويؤكد دوبس أنه عندما واجه ألبريد بهذه الوثائق احتدت عليه وقامت بترضيه من مكتبها إبان توليها منصب وزير الخارجية إلا أنه لم يلتفت إلى تهديداتها بعدم النشر وقام بالفعل بنشر بعض هذه الوثائق في الواشنطن بوست في الرابع بن نوفمبر سبعين وتسعين تحت علوان مأساة عائلة ألبريد تنكشف إلا أنها كذبتها بشكل قوي وأكدت أنها لم تكن تعرف أن ثلاثة من أجدادها كما تزعم كانوا من ضحايا المحرقة التي يدعي اليهود أنهم تعرضوا لها على يد الألمان وهم والدة أبيها أرنس وأولكي الكوربل ووالدة أمها روزينس بيجولفا وأولبريد لها سجل حافل بالعديد من المواقف العنصرية والملاحدة للعرب والمسلمين على حد سواء ولعل أكثر هذه الوقاية شهر حينما قالت كأي سيدة شعبية أقطع الشعر إذا تم تمديد له من جديد كتعقيب على إمكانية تمديد البطر صغار من جديد وحينما سئلت عن حقيقة ما تردد عن وفاة أكثر من 600 ألف أطفل عراقي إثر الحصار الذي فرضته أمريكا على العراق وعم إذا كانوا يستحقون ذلك بالفعل قالت أولبريد لمرسلة السي بي أس في الحادي عشر من مايو ستة وتسعين التي أكدت في سؤالها أن هذا العدد يفوق عدد الأطفال الذين قتلوا في هيروشيما فهل يستحقون ذلك قالت أولبريد بكل سفاقة تحصد عليها نعم إنهم يستحقون ذلك وأكدت أنه ثمن باهد ولكننا قادرون على دفعه وفي كتب مذكرتها حملت أولبريدس مذكرتها الفلسطينيين المسؤولية الكاملة لعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط متهمة عرفات بأنه المخرب الأول لعملية السلام فتقول إن عرفات هو المتهم فلقد أعطى براك الفرس الحقيقية لعرفات إلا أنه رفضها فهو إرهابي لا يريد السلام وهو المسؤول الأول عن فشر مواحثات السلام لأنه يريد القداء على إسرائيل ولا أحد ينسى الموقف الذي تأخذته رعية السلام والديمقراطية في المنطقة العربية حينما كنت في زيارة قسيرة إلى مصر وتحديدا إلى مدينة الإسكندرية مع منتصف التسعينيات إيبانة ولي منصيبها المزيرة الخارجية حينما رفضت أولبريت أن تتم استضافتها في أحد أفخم فنادق الإسكندرية قصر الملك فاروق السابق وأسرت على النزول في الشرعة الإسكندرية لمجرد أن اسم الفندق يحمل اسم فلسطين وقد طال كتاب أولبريت الرئيس الفلسطيني الرحل يسر عرفات وصبت جامع ضبها عليه وحملته مسؤولية فشل مفاوضات كام ديفيد عندما كانت وزيرة الخارجية في آخر أيام إدارة الرئيس كلينتون وذكرت أن إيهود باراك رئيس وزراء إسرائيل كان مرنا لكن عرفات كان عنيدا وربما تعتبر أولبريت إسرائيل للحق نوعا من العناد والتعنت كما انتقدت السعوديين والمصريين لأنهم لم ينظروا على عرفات ليقبل اقتراح كلينتون وتساءلت أولبريت في كتابها هل سيقبل أي زعيم الفلسطيني ما رفضه عرفات وشككت في أن الرئيس بوش أو أي رئيس بعده سيقترح ما يقترحه كلينتون ولسان حالها يقول إن الأعرب هم سبب فشل المفاوضات بدت أولبريت متشائمة من حل الصراع العربي الإسرائيلي في المستقبل لسببين أولا تسر إسرائيل منذ فترة طويلة على الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها سنة سبع وستين ثانيا يأمر الدين المسلمين بأن يقتلوا أعداءهم حسب الدعائها لكن أولبريت فشلت في اختيار آيات قرآنية تؤكد هذا وارتكبت بعض الأخطاء أولا أشرت إلى الآية التي تقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لكنها لم تكمل الآية ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين ثالثا أشرت إلى الآية التي تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم لكنها لم تكمل الآية والفتنة شد من القتل بالإضافة إلى أنها جمعت الآياتين وكأنهم آية واحدة رغم أنهم آياتين مفصلتان في سورة البقرة لماذا تزجت أولبريت نفسها في هذه المواضيع الدينية المعقدة؟ الرئيس كليندر الذي كتب مقدمة كتابها قال إن الكتاب مفاجأة وصدر ضد صيحة أصدقاء قالوا لها إنه سيسبب لها مشكلات وصف أولبريت بأنها جريئة وصريحة وقال إن الكتاب سيساهم في معرفة الآخر لكن المراقبة المدركة لحركة التاريخ لا بد أن يشك في نيات السياسيين عندما يكتبون عن الدين خاصة أن التاريخ البعيد والحاضرة في أمريكا وخارجها برحن على أن كثير من هؤلاء يستغلون الدين لخدمة مصالحهم الخاصة لم تتحدث السيدة مادلين عن أخطائها السياسية والتي نعكست على السياسة الخارجية الأمريكية مثلا ذهبت أولبريت سنة 1998 عندما كانت وزيرة للخارجية لاجتماع شعبي في كولومبس ولاية أوهايو للدعاية لخطة ضرب العراق لأن العراق ضرب طائرات أمريكية كانت تحلق في منطقة حذر الطيران ولأنه رفض السقب لمفاتفي الأمم المتحدة استقبلت أولبريت في أوهايو مظاهرات تحتف لا لحرب البترول لا لحرب العنصرية لكن أولبريت لم تضع اعتبارا للمتظاهرين ولم تضع اعتبارا لعقلاء حذروا الاجتماع الشعبي ونزحوا بعرض الموضوع للأمم المتحدة قبل إعلان الحرب وكررت أولبريت أن العراق ينتج أسلحة الدماء الشامل وسألها أحد الأشخاص كيف تنامين في الليل وأنت ستقتلين النساء والأطفال وأجابت نحن ندافع عنك حتى تنام في الليل أنا فخور بما نفعل نحن أعظم أم في العالم وأذكر إجابة للسيدة أولبريت على سؤال أحد الصحفيين عندما قال لها أن أطفال العراقية موتون من الحسار والغسف الأمريكي على المناطق العراقية وأجابت أولبريت بمنطقة أمريكية معتاد إنها الحرب لكن أولبريت في كتابها لم تتحدث عن مثل هذه الأشياء وكأن الناس ينسون وكأن المدنيين الذين قتلوا بسبب سياساتها لم يقتلوا بريماكوف عرفات كان يؤيد بقوة دم العراق للكويت أما بريماكوف فقد ركشف رئيس الأزراء السابق النقاب عن أن رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات كان مؤيدا من دون قيد أو شرط ضم الكويت للعراق بالخوة وذلك عندما اجتمع معه في عمان قبل توجهه إلى بغداد عام 1990 جاء ذلك في مذكرات بريماكوف التي دونها في كتاب صدر في موسكو وقال بريماكوف إنه عندما أفدته القيادة السوفيتية إلى بغداد لإقناع رئيس النظام العراقي بالنسحة من الكويت توقف في العاصمة الأردنية عمان حيث تلتقى عرفات الذي كشف له عن رأيه المذكور وكشف بريماكوف في كتابه الذي حامل أسماح سنوات في السياسة الكبرى إنه حاول جاهدا إقنان عرفات بتغيير موقفه وذلك بذكر موقفه المشابه أثناء أحدث سبتمبر عام 1970 في الأردن وأضاف أن عرفات قال له إن الجماهير الشعبية المؤيدة لصدام حسين في البلدان العربية ستخلق موقفا ثوليا مغيرا بشكل مبدئي إزاء غزو العراق للكويت تينيت عرفات ليس موسى وليس بنغوريون وفي مذكراته التي حملت عنوانا يقرأ في قلب سعاصفة سنوات في البيت الأبيض يتناول جورج تينيت شخصية الرئيس الراحة لياسر عرفات من خلال تفاصيل المفاوضات الصعبة بين الفلسطينيين وإسرائيل ويقول تينيت إنه كان يجد نفسه دائما بين مناوات الإسرائيليين وابتزازهم وبين تسويف ياسر عرفات رعبته في استمرار المفاوضات لمجرد استمرارها حتى يثبت نفسه بغير منازع لرأس السلطة الفلسطينية ويقول تينيت إن عرفات كان ليريد سوى استمرار التفاوض دون حلول الحفاظ على سلطانه وأنه كان يثير المشاكل وراح يفقد ثقتنا في أيام الرئيس بلكلينتون الأخيرة ويعترف تينيت بجريمته ضد عرفات ويقول سنت إدارة بوش في تجريد عرفات من ذور اللاعب الرئيسي في المفاوضات وقررنا عدم منحه أي مكافآت ليستحقها بسبب عدم تعاونه معنا ورغبته في التفاوض من أجل التفاوض للبقاء في السلطة وكان تينيت أخير مسؤول أمريكي يلتقي بعرفات قبل أوفاته فوجده كما يقول في مذكراته هزيرا شاحبا محاصرا ومعزولا عن شعبه وسجينا في مقره الذي حصرته الدبابات الإسرائيلية لكنه كان لا يزال زعيم للفلسطينيين ويقول إنه تأكد أن الوقت قد انقضى وأن نافدة الأمل قد أوصدت وأن عرفات كان يعرف ذلك كان يعرف أنه لن يقود شعبه لأرض الموعودة وعرفت أنه ليس موسى ولا بنغوريون وفي هذا الجزء من مذكرات جورج تينيت الذي يتناول فيه تحليل مواقف عرفات وشخصيته من واقع معايشته الشخصية اليومية له سنرى كيف يتعامل المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون مع الفلسطينيين وقياداتهم يقول تينيت كان من المنتظر أن تبدأ قمة واي ويفر للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الخامس عشر أكتوبر عام ثماني وتسعين وكانت انتخابات تجديد النسفي للكونغرس على بعد أسبوعين ونصف الأسبوع كنا نتساءل كيف يمكن أن يتأثر المرشحون الديموقراطيون بفديحة الوينسكي ومتى يستطيع الرئيس أن يلحق برتب الحملة الانتخابية ويساعد مرشحي الولايات والمرشحين المحليين وكان النافدون في البيت الأبيض متلحفين لمشاركة الرئيس في الحملة لأن الكثير من المرشحين الديموقراطيين نغبون في حضوره ولم يديروا ظهورهم له وكثير من سمعت في الأيام التي ترى أن علينا إنجاح القمة للسماح للرئيس بالتأثير على وقاع الانتخابات ويتابع تنت كان من المقرر أن يلتقي الرئيس بالزعيمين عرفات ونعتنياهو في البيت الأبيض قبل التوجه إلى مزرعة ويريبر على الشاطئ الشرقي لخريج تشيسبك وكان حدف الاجتماع الابتدائي مراجعة القواعد الأساسية لقمة كنا بسدد فرض تعتيم إعلامي جديد كان النذقون الصحفيون الأمريكيون فقط هم الذين سيصدرون بيانات يومية بالتنسيق مع الجانبين ولن يتم الاتفاق على شيء لأن يتم الاتفاق على كل شيء وكنا سنقدم نفسنا عندما نشعر بأننا فعلنا كل ما في وسعنا للوفاء باحتياجات كل من الجانبين وقد أضاف هذا الاجتماع بعدا دراميا ولا شك في أنه أعطى الفلسطينيين الشعور بأنهم وصلوا بأنهم قدموا إلى المكتب البيضوي على قدم المساواة مع الإسرائيليين وهو أمر سعوا إليه وأكدوا عليه لكن شيئا صورتهم شكور طويلة بأنهم سيتمكنون من تحقيقه بالفعل أردت أن أجد هذه الدراما مع ياسر عرفات وبخاصة أنني رأيت في ذلك الطريقة التي ستدفع للأرجح إلى التقدم في المدمون وقد انتبقت سيكولوجيا المعاملة على قدم المساواة على المسائل الأمنية ويوضح تينيت كان التبادل هو المسترح المفضل لدى بيب نتنياهو لكن عرفات أراد أن ينتبق على الأمن أيضا وأراد كما أشرد إحلال مرارا أن تتخذ إسرائيل إجراءا ضد المساوطين الذين عمدوا إلى تطبيق القانون بأنفسهم ضد الفلسطينيين ونادرا ما كانوا يعاقبون إذا كان الفلسطينيون سيقومون باعتقل الفلسطينيين هل سيتحرك الإسرائيليون ضد المستوطنين الأشرار ولما كنت أعرف أن هذا ما يدور في ذهن عرفات طلبت من جمال أن يقابل عرفات قبل الاجتماع في البيت الأبيض لينقل إليه اقتراحا مني كان اقتراحي أن يؤثر عرفات قضية عنف المستوطنين مع بيب نتنياهو للعشاء في المساء أمام الرئيس ففي هذا الجو الخصوصي والمسترخي يجب أن يقول لبن نتنياهو من العدل والصواب بوصفك رئيس وزراء إسرائيل أن تعرف دقائق الخطط الفلسطينية لمحاربة الإرهابيين نظرا لأن حياة الإسرائيليين معرضة للخطر ولسوف نقدم على ذلك لأنه السواب ولكن متلم عليك أن تتحمل المسؤولية أمام شعبك علي عيد أن تحمل المسؤولية أمام شعبي عندما يدسم الصوت على جمجمة صبي في العشرة أو يطلق النار على فتف السادس عشرة ومن العدل والصواب بالنسبة لي إلى أن أتطلع منك على خطتك لحماية شعبي ويقول تنت أردت بهذه الفكرة نطلق العرفات أننا حساسون اتجاه مخاوفه ونفكر في كيفية معالجتها في حين أذكره أيضا مبراعة بمسؤولياته اتجاه الإسرائيليين ولا أدري إن كان قد ذرك أي شيء لكنه قدر الرسالة بشكل واضح فقبل دخوله المكتب البيضوي توجه إليه في غرفة الحكومة وتوقني بذراعه وشكرني على أرسال جمال مقترحاتي وللاستفادة من هذه السانحة والتشتيد على أهمية الاستجابة من الرئيس قلت حاضرة الرئيس هذا ثالث رئيس أعمل معه وليس هناك من يهتم بهذه القضية مثل اهتمام بيل كلينتون لقد طلب منه كافة مستشاريه عدم القيام بعقد القمة إلى ما بعد انتخابات الكونغرس في الثالث من نوفمبر لكن الرئيس أصغر لنا لا إله مستشاريه للسياسيين فلا تقتله استمع عرفات وأمسك بيديه أو ما برأسه كانت لغرس جسده تبشر بالخير لكن كنا على وشك أن نعرف إن كانت الرسالة قد وصلت وهنا يقول تنت حان وقت العمل بعد أن جرت مقابلة بيبي نتنياهو أولا في البيت الأبيض صباحا قررنا أن عكس ترطيبه يلتقي الرئيس أولا بعرفات في وعي صباحا وفيما كان الرئيس ملتقي بعرفات جلس سؤانة ومرل مع بيبي نتنياهو التزم الرئيس مع عرفات بالخطة الابتدائية إلى حد كبير فضغط على عرفات لإنهاء خطة العمل الأمنية وعندما تصبح هذه الخطة بيده يمكننا السعي للتأثير على الإسرائيليين للاستجابة لإحتياجات الفلسطينيين وبدونها لن يكون لدينا ما نضغط بها للإسرائيليين اندم جورج تينيت للاجتماع وقال عرفات للرئيس إننا نعمل مع جورج تينيت وسوف نقوم بما هو ضروري كل شيء يسير بشكل حسن حتى الآن ويواصل تينيت مذكراته عن عرفات بقوله في هذه الأثناء دغطنا أنا ومرل على بيبي لكي يدع انتقال 14.2% من أراضي المنطقة باء إلى المنطقة ألف في جيب الفلسطينيين ويبحث إعادة الانتشار الثالث بشكل غير رسمي مع أبي مازن وأبي علاء الأولى لكي يكون لدى الرئيس ما يعرضه على عرفات عندما تدعو الحاجة إلى الاستمال للضغط فقط والثانية للحيلول دون أن تعطل الخلافات بشأن إعادة الانتشار الثالثة مفاوضات الوضع الدائم لكن بيبي لم يستجب إلى نسبة 14.2% ورفض بحث إعادة الانتشار الثالثة مع أبي علاء وأبي مازن ما خافت أن يدخل في مفاوضات بشأنها لكنه قال إنه مستعد للتحدث بشأنها بشكل غير رسمي مع عرفات على العشاء في وقت الراحق من تلك الليلة وحان وقت لقاء الرئيس بيبي وتوجهت أنا ومدل لمقابلة عرفات أثرت أهمية التواصل إلى تفاهم بعدم السماح لإعادة الانتشار الثالثة بتعطيل مفاوضات الوضع الدائم استمع عرفات فحسب بدون الإدلاء بأي رد وعندما أبلغته أنني أعرف بأنه يتعاون مع جرش تينيت بشأن خطة العمل أو ما أبرأسه موافقا وبقدر أهمية ذلك كنا بحاجة إلى رد لجري على نفسنا بخصوص الوضع الأمني وكنت أريد أن أستمع الاقتراحات دحلان التي يفترض أن يقدمها إلي ويقول تينيت هنا التكبت خطة فقد ظهر بسرعة أن دحلان لم يبلغ عرفات بحوارنا على الشادئ فردا على إشارة الغامدة إلى تدقيق الأمني وجمع الأسلحة زعم عرفات بأن الإسرائيليين يعتمدون سياسة الباب الدوار بشأن الإفراج على المعتقلين وأنهم مسؤولون عن الأسلحة غير القانونية في الأراضي المحتلة هنا تدخل أبو مازم بسرعة إدراكا منه أنني سأرد على مثل هذه الملاحظات السقيفة الصادرة من عرفات قائلا إن الفلسطينيين سيقدمون اقتراحاتهم لنا أجبت قائلا حسنا لكن يجب أن تكون واقعية وإلا لنتمكن من استخدامها لم يكن بوسيا ندعى تعليقات عرفات تمردون رد عليها تماما أدرك أبو مازل الأمر ولم يقل عرفات شحيا ويتابع أنهينا اجتماعنا لكننا وجدنا أن الرئيس لا يزال مختليا مع بيبي وعندما ظهر قدم لنا موجود عن الاجتماع رغم أنه اشددنا قبل الاجتماع على وجوب أن يدغط للحصول على نسبة 14.2% من بيبي إلا أن الرئيس رغم إثارته لهذا الأمر سلك الطريقة مختلفة لدفع بيبي إلى قبول فكرة أن من مصلحته خروج عرفات قويا لا ضعيفا من هذه القمة فلو خرج عرفات ضعيفا لن يتمكن من تنفيذ ما يحتاج إليه بيبي لكنه سيتعرض للضغوط من أجل الإعنان الأحادي عن إقامة الدولة في الرابع من مايو 1999 وهو موعد نهاية الفترات الانتقالية التي يدعو إليها أعلان المبادئ وقد وصف الرئيس بيبي بعد خروجه من مباحثاته الفلسفية معه بأنه متجاوب ويؤكد تنت رغم أنني شعرت بأن ما فعله الرئيس مع بيبي كان مفيدا إلا أنني كنت أفضل أن يضغط بفدة للحصول على نسبة 14.2% في إعادة الانتشار لكن في حين أنني كنت أركز على الأسس كان الرئيس يحاول التأثير على الرئيس الوزراء نفسيا بدلا من الضغط عليه في أمور محددة ويمدتنت في تذكره لما حدث وجهنا اهتمامنا بصعوب العشاء الخاص المقبل الذي يحضره الرئيس بيبي وعرفات فقط سألني الرئيس عما يجب أن يغطيه في الاجتماع كنت أشعر أن هناك موضوعين مفيدين الأول هو إعادة الانتشار الثالثة التوصل إلى تفاهم غير رسمي لكي لا يصبح هذا الأمر معيقا لنا فيما بعد والثاني قرق الفلسطينيين من عرف المستوذرين قضية التبادل أبلغت الرئيس عما اقترحته على عرفات ولماذا يشكل العشاء المكان المناسب لهذا البحث ووافق على ذلك كما وافق أيضا على اقتراح الاجتماع مع بيبي لتليين موقفه بشأن ذلك قبل العشاء كان العشاء مقررا في ستيورت هاورس وهو مقر فاخر لكنه صغير ونائم يستخدم في الغالب للزوار المميزين وحفلات العشاء الخاصة وكان الرئيس سيتناول العشاء مع الزعيمين في غرفة الطعام وكنا أنا ومرل وساندي سننضم للآخرين في عشاء موازن في غرفة المجاور أكبر ويقول تنت وصل بيبي قبل عرفات وتلبت أن ألتقي به عدة دقائق على انفراد كان من الواضح أن مزاجه مسترخن وتلك إشارة جيدة إلى أن الرئيس قد طمأنه أبلغته عن قلق عرفات بشأن التبادل وبخاصة فيما يتعلق بعرف المستوطنين واقترحت عليه أن يوضح بأن العكومة الإسرائيلية لا تقبل هذا العنف ولا تغد الطرف عنه أبلغه أنك مصمم على التعامل مع الأمر وأنك لن تحتفظ على إعلان ذلك على الملع فأجاب بيبي بقوله حسنا ثم آثار قضية الثلاثين الذين اعتقبوا أعمال عنف ضد الإسرائيليين ثلاثة عشر منهم تبيعون لجهاز الأمن الفلسطيني وقال إن هذه المسألة صعبة فسألت إن كان عامي أيلون ومحمد دحلان قد بحث هذه المسألة فأجاب بيبي بأن أؤمن مبحثها فشرحت له الآن أن دحلان راغب في توقيف كل من لا يستخدمه بشكل نرشد ضد حماس إن عددهم صغير لكنهم وقفا لدحلان فعالوا في محاربة حماس أرد بيبي المطالبة باعتقال الثلاثين جميعا لكنه كان يريد أيضا ضمان السيطرة على حماس ففارك جبينه وتلك دلالة واضحة على تشويش قائلا إنه لا يعرف كيف يفسر ذلك كم هو عددهم أليس بسيها ندعى هؤلاء فقط لقين قلت له إنني لا أعرف لكنني سأستعرض الخيارات بهدوء مع دحلان وأرد عليه وافق بيبي على هذا النهج مشددا على أنه لا يريدني أن أتحدث إلى أحد في فريقه عن ذلك كان النقاش صريحا على مائدة عشاء الزعماء ووفقا لوصف الرئيس فقد بدأ النقاش بالطلب من عرفات التحدث عن مخايفه الأمنية لم يعترف العرفات الرعمل السيحة بمخايف إسرائيل لكنه تحدى بيب مباشرة متهما إياه بأنه يتلق الأشخاص الذين يتقبون العرف ضد الإسرائيليين أجاب بيبي قائلا إن رد إسرائيل نظاما قضائيا وإن الإسرائيليين يدعون في السجن على الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين فرد عرفات بأن لديه القوائم بكل الإسرائيليين الذين قتلوا أو جرحوا فلسطينيين وليسوا في السجون وعندما لم يطلب بيبي هذه القوائم تخلى عرفات عن هذه المسألة وأثر مخايفه الأمنية التهديدات من القوى الإسلامية المتطرفة في المنطقة وهو خف يمكن أن يتفق عليه مع بيبي تأخر الوقت لم تتم مناقشة إعادة الانتشار الثالث بعد إذا اقترح الرئيس سنول غذاء خاص في اليوم التالي وعطى بيبي وعرفات تكريفا بعملان عليه في أثناء ذلك طلب منهما العمل على التوصل إلى التفاهم بشير إعادة الانتشار الثالثة والتفكير أيضا بشير الخطوات التي يعتقد كل منهما أن عليه القيام بها من ناحية السياسية بعد التوصل إلى اتفاق يمكن أن يخلق مشاكل إلى جانب الآخر وكيفية تخفيف منها وأفق على الغداء وكنت أنا ومارلين سننضم إليهما بعد ساعة من المناقشات الخصة ويود احتنت كان الرئيس منشرحا معتقدا على حق أن ما كلفهما به يتعامل مع أحد المشاكل الجوهرية في عملية أصلحات تاريخه فكلا الفريقين لا يبدو أنهما يفكران في الاحتياجات اليومية للفريق الآخر مع ذلك لم أكن أعتقد أن أي منهما سيبدأ التفكير في احتياجات الفريق الآخر إلى أن نقترب من التوصل إلى اتفاق ويشرح تنات عند اختتام الاجتماعات لاحظت أن اليوم الأول كان معنيا بالسيكولوجيا بجعل كل زعيم يشعر بالارتياح وقد يكون ذلك ضروريا لكنني أميل الاتقاد بأن الارتفاقات يبرز من الأوضاع التي تعل فيها الرهانات حيث يشعر كل جانب ببعض من الارتياح فلا أحد يتخذ قرارا صعبا ما لم يكن مضطر إلى ذلك وهنا يقول تنات وقع تطور غريب بعد العشاء ففيما كان الرئيس يطلعون على ما دار على العشاء كان ذرعه على كتف مارتن اندك الذي كان معنا على العشاء بعد مغادرة الرئيس سألتم من أمر أوضح مارتن أن الرئيس أثار معه بشكل مفاجئ مسألة جوناثان بولارد الأمريكي الذي تجسس لصالح إسرائيل وأبدع السجن منذ سنة 85 وفي اليوم الثاني للقمة لم يتقدم نتنياه مع عرفات الرباب فاعتبر ذلك إهانة ويواصل تينيت كان يوم الجمعة جميلا حيث جل السبب نتنياه وعرفات منفردهما ومعهما جمال بمثابة مترجم تحت مظلة على السطح خلف ريفرهاوس مقر الإسرائيليين وعندما وصلنا أنه مرل أو جزبي بما دار من نقاش قال لنا إنه بدل من القيام بما طلبه الرئيس أي تركيز علام بعد الاتفاق شعر بأن الأهم هو التركيز علام يلزم للتوصل إلى الاتفاق لذا اختر إثارة مسارة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني وتسليم الثلاثة عشر شرطيين الموجودين على إحدى الثلاثين الذين قتلوا إسرائيليين كان وجه عرفات عكس عدم الردة وعندما جاء الغروه للتحدث تجاهل مسألة المجلس الوطني الفلسطيني وتناول بدلا من ذلك مسألة تسليم ويودى احتنت كان صريحا فلم يكن يثق باللوائح التي يقدمها الإسرائيليون وكان يعتقد بأنها مختلقة وتستند إلى أقوال من يدفع لهم ليكونوا مخبرين في تلك اللحظة السودية تزيرت الخارجية لتلقي مكالمة هاتفية وفي غيابها التفت بيبي إلي وسألني بعدما سمعته إذا كان لدي اقتراح دهش لأنه وثار مسألة رجال الشرطة الثلاثة عشر أصلا بالنظر إلى النقاش الذي دار بيننا في ليلة الماضية أما الآن بعدما تفحصت الرجلين سألت إذا ما كان الإسرائيليون قد سلمون هذه القائمة لنرى ما كان يمكننا الركون إليها وللإشارة إلى عرفات بأننا لسنا خاتما متاطيين على القوائم الإسرائيلية أدفت بأننا لنشارك الإسرائيليين رأيهم بما يجب العمل مع الأشخاص الذين توجد عليهم إثباتات قاطعة لأننا نخر الاتفاقية المؤقتة بشكل مختلف معنا الإسرائيليين بشأن سجن المشبوهين من قبل القوى الأمنية الفلسطينية لا تسلمهم إلى السلطات الإسرائيلية سأل بيبي عرفات إن كان لديه أي رد على اقتراحي وقال عرفات إن ليس لديه أي تعليق عادت وزيرة الخارجي فأوضحت ما فعلناه في غيابها وقال بيبي الآن إنه ليس لديه تعليق قيدا على اقتراحي ثم نقل الحديث إلى عقد المجلس الوطني الفلسطيني كانت فكرته تقضي بإقناع المجلس الوطني الفلسطيني بالتصدقاء الاتفاقية التي توصل إليها هنا والتعامل مع المثاق وبذلك لا تبدون كأنكم تعقدون اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني من أجل المثاق بقى عرفات ملتزما عدم الرد وفي جوابه عن سؤال من وزيرة الخارجية عما يمكن عمله الآن قال إن على كل اللجان التي تغطي كل هذه القضايا أن تجتمع أنهينا الاجتماع باتفاق على أن يطلع رؤساء اللجان الزعيمين ووزيرة الخارجية على مناقشاتهم في وقت اللاحق من ذلك اليوم ودع بيبي عرفات لكنه لم يرافقه إلى باب ريفرهاوس وتلك بنظر عرفات إهانة سببت له الإزعاج كشف الاجتماع عن جد الأعمال بيبي إنه يريد سجن الثلاثين مشبوها أو تسليمهم ويريد التئام المجلس الوطني الفلسطيني بشأن المثاق جائزتين وكان يأمل في إقناع عرفات بحسين القضيتين لكنه لم يصل إلى نتيجة لم يسفر اجتماعهما كما هو متوقع عن أي رد على ما كلفهما به الرئيس ولم تبدو ثم تأشار إلى أن أيام منهما لديه الرغبة في التعامل مع ذلك بعد الغذاء في هذا اليوم التالي لم تبدو أي إشارة إلى أننا سنتقدم وسرع كانت خطة التي عرضتها في الصباح الطريقة الوحيدة لتحريك الأمور ولسوء الحد لم نكن قد تسلمنا بعد الاقتراحات الأمنية الفلسطينية التي نحتاج إليها وعندما بحثت عن أبو مازن اكتشفت أنه ذهب للتسوق من رجل غير بعيد عنه أي وعندما تمكنت من الرسول إليه في النهاية وعد بالعمل ولكن وجدت مرة ثانية أننا الوحيدون الذين لدينا إحساس بالإلحاح التقيت اللجان في وقت متأخر من بعد الظهر وقبل قليل من حلول عطلة السبت أطلع رؤساء لجان الزعيمين ووزير الخارجية عما دار في هوتنهاوس مقر الفلسطينيين كان التركيز منصب بأكمله تقريبا على المشاكل الاقتصادية والممر الآمن بين الدفة الغربية وغزة وهما قضيتان تؤثران بالشدة على الحياة اليومية للفلسطينيين رغم أنهما ليست مركزيتين في أي اتفاق لم يقل عرفات الكثيرة ولا اجتماع سواء طلبهم من بيب التفكير رجاء في الإجابة على كل مسألة ويقول تنت رغم أن الاتفاقية المؤقتة ترص على ممرين أمينين بين الغزة والدفة الغربية لم يتمكن الجانبان قطوا من التفاوض على تنفيذهما ويواصل تنت هذا الجزء الخاص بعرفات بعد انتقاله للحديث عن أنسراري مرحلة مع بعض قمة عرفات نتنياهو في ويريفر يقول تنت فيما بين استار السطر على قمة ويريفر في شهر أكتوبر عام 1998 ونهاية شهر سبتمبر 2000 لم يقع أي هجوم فلسطيني انتحاري ضد إسرائيل في موراء الخط الأخضر وفي 28 سبتمبر عام 2000 قام أريل شرر رزعيم قتلة الليكود المعارضة وقت ذاك بزيارة المسجد الأقصى في القدس القديمة وأعلن شارون أن الهدف من الزيارة هو بحث شكاوي علماء الأثار الإسرائيليين من قيام المسلمين بتخريب المنطقة ولكنه وصل المنطقة مدجاجا بألف جندي ورجل الشرطة في اليوم التالي لمقتل جندي إسرائيلي في هجوم انتحاري وبعد الزيارة بيوم اندلعت الانتفاض الثانية وبدأت عملية السلام تزرنح ويواصل في محاولات لإنقاذ عملية السلام التي كانت تشك على الانهيار شاركت في ثلاث محاولات أخرى لدف عملية السلام في الشرق الأوسط إبان إداءة الرئيس بيل كلينتون قمة كام ديفيد في الحادي عشر من يوليو عام 2000 والتي استمرت أسبوعين كاملين دون توقف ثم اجتماع في باريس في الرابع من أكتوبر 2000 لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه القمة قبل أسبوع واحد من توقف عملية السلام من جديد بسبب اندلاع الانتفاض الثانية وأخيرا قمة شرم الشيخ السادس عشر إلى السابع عشر أكتوبر 2000 برئاسة المشتركة من بيل كلينتون والرئيس المصري حصن مبارك ويودح تينيت كانت الترتبات الأمنية التي توصن إليها بصعوبة في وايريفر هي أساس هذه الفعاليات الثلاث والتي ساعدت الترفين الإسرائيلية والفلسطيني على إدراق معنى الأمن المتبادل ويودح في قمة كامديفر لم تكن القضايا الأمنية ذات الأهمية القصوة في بداية المفاوضات حيث ضرت المحادثات حول دور اللاعبين الرئيسيين في الجانب الإسرائيلي على الأقل فقد رحل نتنياهو عن السلطة وحل محله إيهود بارك وعلى الرغم من أن عرفات كان لا يزال رئيسي للجانب الفلسطيني وكان من الصعب بل من المستحيل إزاحته والحقيقة أن أحدا من كبار أعداء لفوذ المشاركة في القمة لم يكن ليمتلك مثل ما لدى عرفات من صلاحيات وسلطات وقد كانت والكلام يتنت علاقة مادلين أولبريت بعرفات تروحه ما بين الحب والكره وفي تلك الفترة كان التمهيل إلى الكره أكثر منها إلى الحب وقد حاول رئيس كلينتر أن يساعد عرفات ولكن الأخير لم يتعاون معه حتى رغم جهود كلينتر المدنية في هذا الصدد ومما صدمنا هو رفض عرفات لخطة بارك الذي كان مساعد للتوصل إلى سيغة مال اتفاق سلم النهائي وكان تقييمنا في السياي أن بارك جاء إلى كام ديفيد ونيته توصل إلى اتفاق النهائي أما عرفات فلم تكن لديه هذه النية فقد كان عرفات يعتقد أنه قد حصل من بارك على التزام الرسخ بإعادة ثلاث قرى قريبة من القدس للفلسطينيين ولكن في متصف شهر مايو أدرك عرفات أن بارك لن يفي بتعهده ولن يعيد القرى ومن هنا أدرك عرفات أن بارك ليس الرجل الذي يفي بوعوده ولا يمكن الوثوق به ويتابع تنت جاء دوري عندما بدأت المفاوضات تنهار بعد انسحاب عرفات وتهديده بالرحيل وطلبت مني مدل أوربريت أن ذهب إليه لإقناعه بالعودة لمأيدة التفاوض فذهبت إليه وقلت له إن الإسرائيليين نمد أيديهم بقصن الزيتون كما يفعلون الآن ورحت أذكره بالجهود التي بدلها الرئيس كلينتون لدفع مفاوضات السلام للأمام وقلت له الآن عليك العودة للمفاوضات وإذا رفت فعل الجميع العودة من حيث أتى وينتهي كل شيء ولشدة دهشتي فقد وافق عرفات في الحال على العودة قائلا إنه على استعداد لبحث أي شيء ندعه الرئيس أمامه وقد استمرت المحادثة هذه في 15 دقيقة فقط قبل أن أود إلى أوربريت لأبلغها بعودة عرفات وسط دهشتها لسماع ذلك ورغم ذلك فقد فشل كلينتون في إقناع عرفات بخوطة باراك وانحرت المفاوضات في النحاية وذهبت الوفود من حيث أتت خاوية الوفاد وفي أكتوبر 2000 اجتمعت الأطلاف من جديد في باريس وتم الاتفاق على عشر خطوات تعاين اتخاذها لوقف العنف الذي تفاشر مع الانتفاضة وبينما كان دينيس روسي عكف على كتابة الخطوات العشر فإذا بالرئيس عرفات غادر الاجتماع لكي يزور الرئيس الفرنسي جاك شراك ومنذ تلك اللحظة قد أخذت جميع الأمور تسوء من جديد ويود احتنت لقد استغل عرفات لقاءه مع شراك لإثارة أكثر الخطوات العشر التي يمكن أن تثير حفيدة الرئيس الفرنسي وهي تشكيل محكمة أمريكية لمرتقبي جرائم العنف وتلب عرفات منه الضغط لاستبدالها بمحكمة دولية وعدنا لنقطة البداء من جديد وانهار الاجتماع وبعده التقينا في شرم الشيخ بمصر ورأس القمة الرئيس كلينتون والرئيس مبارك ويقول تنت في مذكرته كانت الثقة في عرفات دائما مشكلة المشاكل وخاصة أثناء السنة الأخيرة من فترة حكم الرئيس كلينتون حيث شعر كلينتون بالإحباط إزاء عدم رغبة عرفات في قبول ما يطرح عليه من حلول وبدأ وكأنه يريد استمر التفاوض فقط حتى يظل الرجل الأول بنسبة للفلسطينيين ويحتفد بموقعه هذا وسلطاته ويبقى لاعبا عالبيا ويتابع عندما جاءت إدارة الرئيس بوش لم تولي عرفات مثل هذا الاهتمام والاعتبار رغم أن إدارة كلينتون قد منحته دورا محوريا في عملية السلام وقد سندت موقف إدارة بوش في عدم الإستمرار في منح عرفات مثل هذا الدور أو المضي قدما في ترسيخ صورته كلعب عالمي أو منحه أي مكافحة أخرى على سلوكه الذي لا يؤدي بنا إلى تحقيق أي شيء ويعترف تينيت الحقيقة أنني أعشق الإسرائيليين ولعهم بالحياة وما فعلوه لنسرة أنفسهم وإقامة دولتهم وأيضا ارتبطت بالفلسطينيين وكان عرفات جزءا من هذا الارتباط ولم أستطع أن أمنع نفسي عن حبه وكلمت حب أو صديق تبدو غريبة وشدة في عمل المخابرات ولكن تعبير زواج مصلحة هو الأذق والحقيقة أن شخصية عرفات كانت دائما موضع التقييم والتحليل وكنت أتناقش ذات ليل مع شلوم وياناي الذي كان يشغل منصب رئيس التخطيط العسكري في الجيش الإسرائيلي حول ما إذا كان عرفات موسى أم بنغوريون ومع الوقت كانت المحصلة النهائية لعملية تقييم من وجهة نظري أنه لا موسى ولا بنغوريون والحقيقة أن الإسرائيليين كانوا يعرفون عرفات أفضل من أي شخص آخر في العالم وحتى الفلسطينيين أنفسهم كانوا يعرفون أوجه القصور في شخصية عرفات وفي محلة ما كانت إدارة بوش ترغب من أن يتمكن مساعده من إزاحته والمجيء بشخصية أخرى يمكن من إجهة نظرنا التعامل معها وقد طالبناهم بذلك بالفعل ولكنهم لم يستمعوا إلينا جيدا رغم يقينهم بأن هناك حاجة مسألة تغييره وتأكدهم من أن نظامه ليتيح للفلسطينيين حق مسائلة النظام أو محاسبته أو فرض رقابة على تصرفاته ويقيم تنيت شخصية عرفات من وجهة نظره طبعا فيقول كان الراحل عرفات أكثر الشخصيات التي عرفتها في حياتي تعقيدا في بعض الأحيان أكد أجن منه وفي أحيان أخرى كنت أريد معانقته ولم أكن أعرف أبدا أي جائم من شخصية عرفات سأقابله في أي لقاء يجمعني به ويواصل أستطيع أن أقول إن إدارة بوش أردت في البداية أن أبقى بعيدا عن عملية السلام وأن أترك الأمور في أيدي الدبلوماسيين رأيت هذا أمر اللبأس به ولكن في الأول من يونو عام 2001 وقع هجوم انتحاري على ديسكو في تل أبيب يعرف باسم دلفانردوم مما أسفر عن مصر 21 إسرائيليا معظمهم من المهاجرين الروس الأمر الذي أحدث صدمات لذي الإسرائيليين وأصبحت الأمور في طريقها إلى التفاقم في المنطقة ويوم دي تينت بعد أيام قليلة بما إجسال للقوف على ما يمكن عمله لإحياء جهود السلام ومحاولة التوصل إلى اتفاق أمني قابل للتنفيذ يدفع عملية السلام للأمام وفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وقت ذاكري شرون استمرت الجهود بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي لوضع اللمسات النهائية على اتفاق شامل رغم أن الإسرائيليين بدأوا في المطالبة باتفاق جانبي وهو نوع من التحايل أو الغطاء الذي يمكنه من يسترر وراءه إذا ساءت الأمور أو بالأحرى يمكن تسريبه إلى الصحافة لتخريب العملية ونسفها بالكامل وكان ردني على الإسرائيليين بقولي لا للاتفاقات الجانبية فالرد علي بقولهم لا للسفقة بأكملها ويقول تينيت بعد الثمانية أيام من عملنا الشاق توصلنا الاتفاق نطلق عليه اسم خطة عمل يتألف من خائمة تفصيلية بخطوات محددة من شأنها أن تقديل السئنة في التعاون الأمني وفرض التزام صارم بوقف إطلاق النار وإيقاف العمليات الانتحارية وإعادة نشر الجيش الإسرائيلي والوقف الفوري لإجتباكات وقيام الفلسطينيين باعتقال المتشددين وتخفيف القيود التي يفردها الإسرائيليون على السفر وسحب القوات الإسرائيلية وبعد فترة من التهديئة تضمنت الخطة تنفيذ اقتراحات الإقرار السلام سبق ترحوها في شهر أبري عام 2001 من قبل لجنة ميتشيل وفي مساء الحادي عشر من يونتهى العمل وعقد اجتماع ثلاثي من أجل التوقيع النهائي على خطة العمل بعد ذلك بدأت رحلة الانتظار الطويلة لرد عرفات وذهبت إلى رمال للقاء كي يحصل على موافقته على خطة العمل ويودفتنت لم يكن عرفات سي مدخل مقره في رمال لدى وصولي وهو ما أعتبرته مؤشر سيئا وقال عرفات لدى ثقباله لي وقد بدأ عليه التهجم إنه يريد اتفاقا جانبيا مع الأمريكيين قبل موافقته على خطة العمل وعند رفض طلبه أصر على أن يأخذ الأمر سيغة الرسالة نحررها عرفات وتوجه إلى تلت هذه الرسالة ذات الفقرات الثلاثة استمرت تفاوض عليها طويلا إلى أن دقت الساعة معلومة ثانية بعد منصف الليل حيث كتبت الرسالة في سيغتها النهائية وسلمت إلي لكنني اكتشفت أن هجاء اسمي كان خاطئا فأصر عرفات على كتابة الرسالة مجددا ومدى يعنف العاملين في مكتبه ويطالبهم بأن توجه الرسالة في سيغتها الجديدة إلى شخصي حاملة التحية مواجهة إلى عزيز المحبوب المدير تينيت وفي اليوم الثاني كما يقول تينيت أعقد اجتماع ثلاثي غير بعيد عن مقر ديسكو دولفانيدوم والتصل العيشوش دابليو بوش الذي لم يحط بكل جوانب الموقف بي في اليوم الثاني من طائرة الرئاسة ليهنئني على توفيقي في مهمتي ولكن بعد أسبوع تقريب انهارت هذه السفقة برمتها وتحولت إلى حطام على حيد الطريق الوعر إلى السلام وقد كنت فيما بعد من بين أواخر المسؤولين الأمريكيين الذين التقوا عرفات وهو لا يزال على قيد الحياة في مقره برامالة في عام 2002 وبدأ يومها هزيلا شاحبا محاصرا ومعزولا عن شعبه وسجينا في مقره الذي حاصرته الضبابات الإسرائيلية لكنه كان لا يزال زعيما للفلسطينيين وكنت قد توجهت إليه لأهيب به أن يصلح أجهزته الأمنية وينظمها ويجعل لها هيكرا قياديا واضحا ويبعين لها وزيرا يتولى مسؤولياتها وفي هذه المرة أيضا لم أقبله عند مدخل المقر فقد كانت العيون الإسرائيلية بانتظار ظهوره ولو للحظة ويقتتم تنات حديثه عن الرحل عرفات في مذكرته بتلخيص تجربته معه فيقول مع ذلك فقد تأكدت من أن الوقت قد انقضها وأن نافذة الأمن قد أوصدت وأن عرفات كان يعرف ذلك كان يعرف أنه لن يقود شعبه لأرض الموعودة بل إنه لم يستطع جياز المدخل الأمامي لمقره سيرا على الأقدام فهو لم يكن موسى ولم يكن بنغوريون الملك حسين كارتر هذه حكاية مع الملك حسين في مذكراته يقول كارتر في اليوم العشر للمفاوضات كام ديفيد المصرية الإسرائيلية اتصل الملك حسين بتشجيع من رجل الأعمال المصري أشرف مروان بالرئيس الروحي لأنور السادات هاتفيا في المنتجع الرئاسي بكام ديفيد وأبلغ السادات الملك حسين خلال تلك المكالمة بأن المفاوضات تعثرت فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأنه يشعر بالإحباط ومن المحتمل أن يحزم حقائبه عيدا إلى مصر وهنا حي الملك حسين السادات على محاولاته وشجاعته على التمسك بموقفه وتحميل مسؤولية الفشل للمتسببين فيه أجل الملك حسين كذلك ترتيبات بغرض التقاء السادات في المغرب في طريق عودته من الولايات المتحدة ووعده بمرافقته في جولة على عواسم الدول العربية لإطلاع زعمائها ومسؤوليها بما حدث وبعد ثلاثة أيام فقط أعلم الملك حسين من تقرير مثلته هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي أن اتفاقا تم التواصل إليه في كام ديفيد شعر الملك حسين بغضب مهلغ وأعتقد أن السادات خداعه متعمدا وبدلا من التوجه إلى المغرب أعاد الملك حسين إلى الأردن لم يكن السادات يرغب في حدث خلاف بينه وبين الملك حسين فالسادات كان يرى أن تأييد العائل الأردني من المحتمل أن تكون له قيمة في مواجهة المعارضة العربية المؤكدة للتوصل إلى سلام جزئي مع إسرائيل فضلا أن السادات كان في حاجة إلى واجهة شرعية بمعنى آخر لم يكن السادات يرغب في أن يلعب الملك حسين دورا في محادثات السلام وإنما فقط كي يغض في بعض الشرعية على عملية ينظر إليه العرب كونها اتفاقية مشبوهة وكان السادات يعتمد في هذا الجانب على أن الضغوط المصرية الأمريكية لن تترك أمام الملك حسين من خيار سوى الانخراط وراءهما بسرعة عامة كان للسادات وجهة نظر سلبية تجاه الحكام العرب وفي لقائه مع المسؤولين الأمريكيين كثيرا ما قلل السادات مشهر ملك حسين الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى تجاهل تحذيراته بشأن إبرامي أي اتفاق سلام منفصل القدس وحقوق الفلسطينيين ومستقبلات المستوطنات في الدفة الغربية كانت من أكثر القضايا الشائكة في محادثة كام ديفيد وأوردت وسائل الإعلام أن التفاوض بشأن كل هذه القضايا وصل إلى طريق المسدود تضمن اتفاق كام ديفيد جيتسين الأول عبارة عن إطار الاستكمال معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل وترتكز المعاهدة على أربعة مبادئ هي انسحاب الإسرائيليون كامل من سيناء والاعتراف بسيادة مصر على أراضيها وجعل غليبية السيناء منطقة منزوعة السلاح وإرسال قوات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة للإشراف على نزع السلاح ودمان حرية الملاحة في خليج وقناة السويس والتطبيع الكامل لعلاقات مصرية الإسرائيلية ويجتمل جزء الثاني من الاتفاق على إطار السلام في الشرق الأوسط وهو يتعلق بالقضية الفلسطينية ويجتمل هذا الجزء على انتخاب ممثلين فلسطينيين للتفاوض مع إسرائيل حول تأسيس حكم ذاتين محلي محدود في الدفة الغربية وقطاع رسا وعلى الرغم من أن هذا الاتفاق كان قائما على أساس قرار مجلس الأمن رقم 242 فإنه لم يحصم السلة انسحاب إسرائيل وتركها لمفاوضات الردع النهائي بعد فترة انتقاطي للحكم الذاتي تكون السيطرة العسكرية خلالها لإسرائيل لم يرد في ذلك الاتفاق أي ذكر لمنظمات التحرير الفلسطينية ولا تقرير المصير للفلسطينيين ولا أي اتفاق على التزام من سحاب إسرائيل فيما عاد سينا ونتيجة لذلك قوبل اتفاق كام ديفيد ويرفت الفوري من جانب منظمات التحرير الفلسطينية والسورية ودول عربية أخرى كان الملك حسين في حال التصدم عندما قرأ نصر الاتفاق خصوصا في دواء التأكيدات التي تلقاها من السادات قبل ثلاثة أيام فقط وبذلك أصبح واقعا كابوس توصل مصر الاتفاق المنفصل مع إسرائيل السبعات الفلسطينيين والأردنيين وأصبح العالم العربي في حالة من الفوضى والارتباك كان الملك حسين يخشى من أن يرد اعترافه بالاتفاق لتوصل إليه السادات إلى إفساد العلاقات مع الفلسطينيين وبقية العالم العربي كان يشعر بالإهانة إزاء الطريقة الفجر التي حولت الولايات المتحدة من خلالها جعله جزء من العملية ورفض إعطاء شرائية للاحتلال الإسرائيلي أو لعب دور الشرطي التابع لإسرائيل في الدفة الغربية وشعر باستياء خاص تجاه افتراضي أن الأردن يمكن أن يلعب الدور الذي رسم له في وثيقة كام ديفيد فقد ورد اسم الأردن ما ليقل عن 14 مرة في جزء الاتفاقية تحت عنوان إطار للسلام في الشرق الأوسط من دون مشاورات الأردن بشأن الدار الذي حدده له الذين ساغوا الوثيقة وأكد الملك حسين وحكومته مراراً أن الأردن غير ملتزم قارونياً واخلاقي بأي اتفاق لمشارك في سيوته مشاددين على أن الأردن سيستمر في الإسرائيل لأنسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة وعلى حق تقرير المسير للشعب الفلسطيني شعر الملك حسين بأن السادات خدع إلا أن تستصل الأحداث في اتجاه نهاية قمة كامدريفيد يدل على أن بيغان هو الذي خدع جميع المشاركين الآخرين ففي صباح يوم الجمعة الخمس عشر من سبتمبر أبلغ السادات وزير الخارجية الأمريكي سيروس فانس بأنه سيغادر القمة عائداً إلى بلده لأنه لا يرى أي أمل إلا في توصيل الاتفاق إلا أن كارتر نجح في إقناع السادات بالبقاء والاستمرار في المفاوضات وفي مساء السبت التقى كارتر وسيروس فانس وبيغان وكبار مستشاريه لمدة 6 ساعات وشعروا بأنهم حققوا تقدماً رئيسياً وبدأ بيغان في كتبة خطابه إلى كارتر بغرض إعلان مضمونه وأكد في الخطاب وقف إسرائيل لبناء أهم السوطنات النذية خلال الفترة الانتقالية المحددة بخمس سنوات للحكم الذاتي الفلسطيني وكان هذا الالتزام من جانب بيغان كعامل رئيسي لإقناع السادات بالتوقيع على اتفاقية كامديد في واشنطن يوم الأحد السابع عشر من سبتمبر 77 وصل خطاب بيغان يوم الاثنين واكتشف أن ما جاء فيه حول المستوطنات يتضمن تحديد تأجيل بناء المستوطنات الجديدة لفترات ثلاثة أشهر وهي فترات المفاوضات حول السلام من مصر وإسرائيل كانت ملاحظات كارتر واضحة ومحادثة وتلحظت في جزميع بناء المستوطنات إلى حين استكمال كل المفاوضات وأكدت سيروسفانس على هذا التفسير وهنا قال بيغان أنه لابد أن يكون قد حدث نوع من سوء التفاهم ولكن لم يكن هناك أي سوء فهم فقد تصرف على نحو أن يفتقر إلى قواعد الأمان والشرف شعر كارتر بغضب انبلغ اتجاه بيغان ووصفه بأنه معتوه فتجميد بناء المستوطنات في الدفة الغربية كان بمثابة واحد من التنازلات التي ربما أقنعت العرب بجدية الولايات المتحدة في التوصل إلى سلام عادل وبصحبه لهذا التنازل يكون بيغان قد ألحق دررنبالغا بالموقف الأمريكي في نظر العالم العربي فحتى العرب الأكثر اعتدالا والمؤيدين للولايات المتحدة أحجموا على الاعتراف بالاتفاق المنقوص الذي وقعته مصر على الرغم من ذلك عملت الولايات المتحدة بجدية للحصول على تأييد السعودية والأردن فقد أورد كارتر في مذكراته أنه اتصل بملك حسين في عمان وعلم أنه يتعرض لضغوط من بعض الدول العربية كي يرفض لعب أي دور في المفاوضات المقبلة حول تطبيق اتفاقيات كام ديفيد وأورد كارتر أيضا أنه شرح للفلسطينيين والملك حسين فوائد الاتفاق ووعد الملك حسين على مدد بعدم اتخاذ أي قرار أو بقطع التزام الرسمي إلى حين الاطلاع المفسر على وثائق الاتفاقيات ولكن لم ترد في مذكرات كارتر أي معلومات حول الخطاب الذي أرسله له الملك حسين في السابع والعشرين من أغسطس محذرا إياه من النتائج التي يجري التوصل إليها في نهاية الأمر وبمجرد انتهاء المفاوضات أرسل كارتر سيروس فانسي لأردن والمملكة العربية السعودية بغرض الحصول على التأييد اللازم للاتفاقيات غير أن بريزينسكي مستشر الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي كان له رأي أخر فقد تدخل عقب انتهاء المفاوضات تبنى الهجرة تحديد وتخويف وقال إن صاحب الحاج لقرار له في اختيار ما يحتاج وتجاهل بريزينسكي تحديلات وزارة الخارجية الأمريكية من أن الأردن والسعودية سيحتاجن إلى بعد الوقت لقبول الوضع الجديد كما أنه ضلل الصحافة الأمريكية بتصريحات زائمة فيها أن الدولتين أبدت معاردة قبل الاندمام في محادثات موسعة لاحجة الانتصار للدوسال العامة الأمريكية جاءت في غير صالح سيروس فانس خلال زيارته إلى منطقة الشرق الأوسط فقد كان كل من الملك حسين ولي العهد السعودي وقتها الأمير فهد بن عبد العزيز يشعرني بالغضب اتجاه السادات لأنه تعهد لهم بالتزام واضح بالتفاوض من أجل تسوية شاملة يشارك فيها بقية العرب بمن في ذلك الفلسطينيين أو يؤيدونها على الأقل أبلغ كل من الملك حسين والأمير فهد سيروس فانس بأن غالبية الدول العربية هاجمت السادات وأن القادة الفلسطينيين ليسوا على السادات لمشاركة في المفاوضات الخاصة بالحكم الذاتي وقال له أن السادات قد خدرهما بإبرامه اتفاقا منفصلا مع إسرائيل مقابل إعادة سيناء إلى مصر سيروس فانس رد من جانبه قائلا أن ترتبات الحكم الذاتي ربما تقود في نهاية الأمر إلى حق تقرير المسير للفلسطينيين يضعف إلى ذلك أن الملك حسين والأمير فهد شكك في أن تلتزم إسرائيل بشروط وروح الاتفاقية وفي نهاية النقاش المطول أبلغ الملك حسين سيروس فانس بأن لديه أسئلة إضافية يريد إجابات عليها قبل إعطاء رضيه الذي وعد بإرساله بعد وقت قصير ساد التردد بين غالبية مستشاري ملك حسين إزاء الانخراط في مفاوضات كام ديفيد فمن ناحية كانوا لا يريدون الإدرار بالعلاقات مع الولايات المتحدة كما أنهم كانوا يشعرون في نفس الوقت بأن الاندمام إلى كام ديفيد ربما يسر عن مخاطر سياسية وشخصية غير مقبولة على الملك حسين أكبره الاندمام إلى جانب السادات والخروج في نهاية الأمر سفر اليدين وكان الملك حسين ومستشاروه يدركون جيدا أن ما يحدث هو عملية تألف من مراحل لكنهم كانوا يريدون التأكد من النتائج النهائية قبل اتداء المرحلة على وجه التحديد كان مستشاروه العاهل الأردني في حاجة إلى التأكد من أن نتيجة النهائية ستكون تسوية سلمية تنتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة وأسترى الملك حسين قرارا بتشكيل لجنة من خمسة مسؤولين برئاسة الشريف عبد الحميد شرف للصياغات الأسئلة التي تحتاج إلى رد من جانب الإدارة الأمريكية وأعدت اللجنة 14 سؤالا يتعلق مع دمها بتفسير الإدارة الأمريكية لاتفاقيات كام ديفيد والدورة الأمريكية في تطبيقها وقع الرئيس كارتر بنفسها للإجابات وأرسلها إلى هارلد سندرس مساعد وزير الخارجية لتوصيلها إلى الملك حسين في 16 أكتوبر جاء في الإجابات أن تفسير الولايات المتحدة على قرار مجلس الأمن 242 لم يتغير منذ عام 1967 كما تضمنت الإجابات وإداحات لوجهات نظر واشنطن اتجاه قضايا محددة متضمنة في اتفاقيات كام ديفيد بيد أن الإجابات لم تشتمل على أي من الضمانات التي كان يسعى إليه الأردن لم تكن هناك على سبيل المثال إشارة على أن إدارة كارتر على استعداد لممارسة ضغوط على إسرائيل مثل الضغوط التي تمارسها على العرب وجاء في الوثيقة أن كل القضايا الشائكة يجب أن يجري التوصل إلى حل مشأنها من خلال مفاوضات مباشرة بين الأطراف نفسها يضاف إلى ما سبق أن الردود الأمريكية لم تتضمن أي إشارة إلى عدم التوازن بين الأطراف المعنية وأجمع مستشارو الملك حسين على أن إجابات واشنطن مبهمة وغير مقنعة وتفتقر إلى إبداء أي التزام من جانب الولايات المتحدة قد ساندرس ساعاتا مع مستشاري ملك حسين وعقد اجتماعين مع الملك نفسه الذي أبلغ ساندرس بأن الأردن لا يستطيع المشاركة في المفاوضات الخاصة بتطبيق بند التفاقيات كام ديفيد بدون تعييد من الجانبين الفلسطيني والسعودي والتقى ساندرس أيضا خادة الدفعة الغربية لكنه لم يستطع الحصول على تأييد لمشاركة أردنية توجه ساندرس بعد ذلك لمملكة العربية السعودية لكنه لم يكن أفضل حظا من سيروس فانس وجه ساندرس سؤالا مباشرة إلى ولي العهد الأمير فهد من عبد العزيز مستفسرا إياه حول ما إذا كانت السعودية ستؤيد العردن في حال إعلن الملك حسين تأييده لاتفاقيات كام ديفيد إلا أن الأمير فهد لم يرد على ساندرس بإجابة غاطعة ثم غير موضوع الحديث أعاد ساندرس مرة أخرى إلى عمال لقاء الملك حسين واعترف بفشل مهمته وعلى الرغم من كل هذه الإحباطات لم يكن الملك حسين يرغب في استبعاد كل احتمالات المناقشة في المستقبل وجاء في مذكرات كارتر أنه لم يتلقى إجابة قاطعة من الملك حسين الذي ترك احتمالية مشاركة الأردنيين أو الفلسطينيين مفتوحة حسب ما تم الاتفاق عليه في كام ديفيد لكنه لم يبدأ أي نوع من الالتزام وفي مناقشات على الصعيد الشخصي والخاص استختم كارتر لغة أقل دبلوماسية وأصف الملك حسين بأنه ملك ضعيف لدولة ضعيفة كان الأردن يعتمد بصورة كبيرة على مساعدات دول الخليج العربي لذا سيكون هناك ثمن اقتصادي لخروجها للإجماع العربي يضاف إلى ذلك أن الخطرة العسكرية من كل من العراق والسوري على الحكم الأردن في الأردن سيزداد في حالة الخروج على الإجماع العربي فضلا عن الخطر الذي سيتهدد الاستقرار الداخلي للأردن في حال تحدي الأردن قرار قمة الروات وإثارة غضب النازحين الفلسطينيين في الأردن في ذلك الأوضاع أثر الملك حسين التقارب مع العرب الرافدين لتفاقيات كام ديفيد وقبل الدعوة لمشاركة في قمة عربية في بغداد استبعدت مصر منها لم تكن بغداد المكان الأنسب من بين كل العواسم العربية لزيارة الملك حسين ذلك أن بغداد هي المدينة التي شهدت ترضى الأسرة الهاشمية بصورة عنيفة قبل حوالي عشرين عاما من ذلك الوقت وكانت تلك أول زيارة للملك حسين إلى بغداد منذ عام 58 اتخذت السلطات العراقية كل الخطوات اللازمة كي يشعر الملك حسين بأنه محل ترحيب وحفوة وأرسل مسؤول حزب البعث إلى المقابل الملكية لقطع الحشائش التي نمت بغزارة حول قبور أفراد الأسرة الهاشمية تحسبا لاحتمال زيارة الملك حسين لها خلال أيام مشاركته في القمة تحدث الملك حسين في القمة ووضع الأردن في قلب الإجماع العربي الجديد وتقدم بإطار لعمر عربي مشترك لحماية العلم العربي في مواجهة التوسع الإسرائيلي ولتأمين سعادة الأراضي العربية المحتلة وأكد العاهل الأردني درور تحشد الدول العربية لكل مواردها وإمكانياتها لمواجهة الخطر المشترك قررت قمة بغداد تعليق عدوية مصر ونقل المقر العام لجامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس كما أعلنت القمة أن اتفاقيات كامديفين مناقدة لقرارات قمة الرباط وأكدت تأييدها لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني فضلا عن تصويتها لصالح مواسلة الدعم المالي لمدة عشر سنوات لكل من سوريا والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية وخصصا للأردن ثلث هذه المساعدات وكان ذلك الدعم من جانب الدول العربية المنتجة للنفط لجبهة الشرقية يهدف إلى إعادة توازن قوى الذي يسببه خروج مصر كانت قمة بغداد بمثابة بداية لعلاقة صداقة شخصية وثيقة وشركة سياسية بين الملك حسين وصدام حسين لعب صدام دور رئيسيا في إقناع الدول العربية الثرية في تقدم مساعدات مالية لبقية دول المواجهة التي تجمعها حدود المشتركة مع إسرائيل وأبدى الملك حسين أعجب من نائب الشاب النشد للرئيس العرقي وبلاغته في الحديث حول الحاجة إلى وحدة بين الدول العربية والتأكيد على مسؤولياتها الجماعية في التأكد من عدم وجود عربي جائع صدام حسين من جانبه لتعامل مع شهره الملك حسين بتهذيب ورطف بالغين وأبدى التفاهما الكاملا وتعاطفا مع محنته وشأن بقية أفراد الأسرة الهاشمية نظر الملك حسين إلى العراق بمزيج من الإعجاب والنفور الإعجاب بالثروة وقوة العراق والنفور بسبب المذبحة البشعة لأقربائه عام 58 وفي نهاية الأمر رجحت الصداقة الوليدة بين الملك حسين والزعيم العراقي الكفة في صالح العجاب وساعدته على تجاوز الذكريات المريرة للمادي جاء رد فعل واشنطن شرس على رفض أردن لاتفاقيات كام ديفيد وكثفت إدارة كارتر الضغوط على الأردن بغرد إجباره على تغيير موقفه والاندمام إلى مفاوضات كام ديفيد قطعت واشنطن مساعدتها للأردن ونسعت حلفائها في منطقة الخليج بعدم مساعدة الأردن واجه الأردن أيضا صعوبة في حصول على منح من البنك الدولي لدعم مشاريع التنمية بل واجه الأردن خلال فترات عدم توفر السيولة لدفع رواتب الجيش وفي مارس 1979 زار بيرزينسكي عمان وهدد بفرض قيود على إمدادات السلاح الأمريكي للأردن إذا لم يغير موقفه اتجاه عملية السلامة التي دعمتها الولايات المتحدة وأعتقد المسؤولون الأردنيون على الولايات المتحدة ربما لا توفر الحمال للأردن في وجه أي هجوم من إسرائيل مستقبلا اتهم الملك حصير الولايات المتحدة بازدواجية المعايير في تشجيعها للمقاومات الإسلامية ضد الغزو الصوفياتي لأفغانستان وتصويرها في نفس الوقت الفلسطينيين كمجرمين بسبب مقاومتهم لاحتلال أرضهم من جانب إسرائيل واصلت العلاقات بين واشنطن وعمان لأدنى مستوى لها لأول مرة قرر كارتر خفض المساعدات الأمريكية لأردن من 40 مليون دولار عام 78 إلى 20 مليون دولار عام 80 وتجاهلت الولايات المتحدة طلب الأردن طائرات F-16 علاوة على ذلك أجاز مجلس النواب الأمريكي مشروع قرار مصاعدات عسكرية بحرمان الأردن من أي مصاعدات إلى أن يلعب الدور المحددة له في اتفاقيات كام ديفيد واعتبرت عمان مشروع القرار المذكور ابتزازاً فردت الولايات المتحدة أيضاً لكثير من الشروط على طلب الأردن شراء 300 دبابة أم ستة مما اضطر الملك حسين إلى شراء 274 دبابة بريطانية من ترأس شيفتاين بمساعدة من المملكة العربية السعودية تراجعت العلاقات الشخصية بين ملك حسين وكارتر وأصف الأخير الملك حسين بأنه أدعف من يعتمد عليه في عملية السلام وفي السابع عشر يونيو 1980 زار العاهل الأردني واشنطن لإجراء محادثات مع كارتر وشرح له أهمية الأسلحة التي حرم منها الكونغرس الأردن على الرغم من كونه عرضة للمخاطر وكرر ملك حسين مشدداً خلال محادثاته مع كارتر اعتراض به على اتفاقيات كام ديفيد مؤكداً للحاجة إلى عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يؤكد تمثيل الفلسطينيين ويعالج مسئلة تقرير المصير دارت عملية السلام برمتها حول التوتر بشأن التسوية النهائية والتسوية المنفصلة الاتفاقيات التي جرت توصل إليها في نحية المطاف بكام ديفيد تعرضت مع المبادئ الأساسي للأردن في مجال السياسة الخارجية وكان الملك حسين يدرك أن مصر وإسرائيل تحتلان مرتبة أعلى من الأردن في قائمة حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لكنه شعر بأن جيمي كارتر في خدم سعيه جاهداً لتحقق نجاح في مجال السياسة الخارجية أجبر العرب على دفع ثمن تعصب إسرائيل كلينتون الملك حسين والملك نور أصدقاء ويسرد كلينتون جزءاً كاملاً على عائل الأردن الراحل من خلال روايته لقصة توقيع الاتفاق السلام الإسرائيلي الأردني في وادي عربة في السادس والعشرين من أكتوبر ستة وتسعين لكنه لا يكثر في الحديث عنه أكثر من ذلك أنه كان على وشك أن يغمى عليه من شدة حر سحراء وادي عربة ويورد حين وصلت إلى المكان كاد يغمى علي من شدة الحر وقوة أشعة الشمس التي اجتحت عيني فوراً ولولا تدخل مساعد أندرو فريند للتدنى ونوالي للدارة الشمسية لكنت فعلاً فقدت معي وخربت لاحتفال كله ويتحدث عن علاقته وزوجته بملك حسين وعقيلته الملك نور ويقول بعد الاحتفال قد توى هلاري السيارة بمعية الملك حسين وعقيلته الملك نور مسافة قريبة إلى قصر حسين في العقبة كان ذلك يوم عيد ميلاد هلاري وقد أعدوا كعكة وشموعاً خادئة لا تنتفى لم تقوى هلاري على إطفائها ما جعلني أدعبها وأقول إن السنين أخذت منها ما أخدها منها فلم تعد لديها رئتان قادرتان حتى على إطفائش مع عيد ميلادها ويكيل كلينتون المتديح للملك الأردني وعقيلته الملك حسين والملك نور ذكيان كريمان وصاحب رؤية فنور وهي خريج جامعة برينستون هي ابنة عربي أمريكي متميز أم سويدية أما الحسين فكان رجلاً قصير القامة قوية البنية ويمتلك ابتسامة آسرة كان رجلاً ذا كرام وشرف وذا عينان تنمان عن الحكمة وقد كان نجا من العديد من محاولات الاغتيال ضده خلال السنين حكمه المدين ويضيف كان يعرف جيداً أن ركوب المخاطرة من أجل السلام كان أكثر من أجل لقمة صوتية سائغة كنا نضحى كثيراً حين نكون معاً محاولين تناسي واجباتنا الرسمية كلما أتيحت لنا فرصة ذلك مفضلين على ذلك رواية القصص والنواد عن حياتنا وأطفالنا واهتماماتنا المشتركة بما في ذلك الأحصين والدراجات النارية وفي السنوات اللاحقة كانت نور تنضم إلينا في رحلات الغناء التي كنت وهيلاري تنقيمها في ولاية ويمينغ كما كنت أزور منزل الملك حسين ونور في ولاية مارينان القريب من واشنطن خصوصاً للاحتفال بأعياد ميلاد الملك وكانت هيلاري ونور تحدثان دائماً على التليفون كانت بركة من الله في حياتنا في وقت لاحق من ذلك اليوم كنت أول رئيس أمريكي خاطب البرلمان الأردنية في عمان وكانت الكلمات الأكثر تقبلاً هي تلك التي وجهتها إلى العالم العربي حين قلت إن أمريكا ترفض أن حضارتين مكتوب لهم أن تتصادم إننا نحترم الإسلام القيام التقليدية في الإسلام التفاني من أجل الإيمان والعمل الطيب للأسرة والمجتمع وهي قيمة منسجمة مع قيم المجتمع الأمريكي ومثلة وعليه فنحن نعرف أن بأسع شعبين وعقيدتين وثقافتين أن يتعايش بانسجام وويام معاً وتابع سردة في خطاب في الكنيست أثنيت على ربيين وشكرته وأكدت لأعضاء الكنيست أنه كلما اتخذت إسرائيل خطواتاً نحو السلام فإن الولايات المتحدة ستتحرك بخطوات لتعزيز أمن إسرائيل وتقدمها الاقتصادي كانت تلك رسالة جاءت في موعدها فقد كانت إسرائيل قد عانت من عملية أنهابية جديدة القاتلة ولكن وعلى عكس الاتفاق مع الفلسطينيين الذي عارضه الكثير من الإسرائيليين فإن الاتفاق الإسرائيلي الأردني حظي بتأييد كل من في الكنيست تقريباً بمن فيهم زعيم لكود أنائد بن يامين ببن نتنياهو فالإسرائيليون كانوا معجبين بالملك حسين ويثقون به لكنهم كانوا لا زالوا غير وثقين بعرفات وفي الثامن والعشرين من الشهر وبعد زيارة المتحف ذكر المحرقة الرأى في القدس والداتو وهيلاري رابين وعقيدة هولية توجهت بعدها إلى الكويت لإلقاء الأمير وشكر قواتنا لإرغامها القوات العراقية على الانسحاب من الحدود مع الكويت عبر انتشارهم السريع في تلك المنطقة وبعد الكويت طرت إلى العربية السعودية لساعات لرأية الملك فهد كنت أجبت بالمكالمة التي أجراها مع الملك فهد في مطلع عام 1993 حين طلب مني العمل على الأقف التطهير العرقي للمسلمين في البوسنة أو في تلك الزيارة استقبالي الملك فهد استقبالي حرراً وشكرني لنزع فتير الأزمة مع العراق كانت زيارة قصيرة وناجحة لكنه كان عليها نعود إلى البلاد المواجهة موسيقى الانتخابات الملك الحسن الثاني بيير توكوا الحسن الثاني ورشفة المجتمع الدولي لضم الصحراء يعد آهل المغرب الراحل الملك الحسن الثاني أحد الحكام العرب في فترة الاتراب الكبرى التي شهدت أحداثاً جسام هزة المنطقة العربية وغيرت وجه الحياة فيها ورغم أن مملكته لم تكن من بين دول المواجهة مع إسرائيل كمصر والسورية إلا أنه جعل منها لاعباً في الصراع العربي الإسرائيلي رغم تحفظ الكثيرين ومما يروى أن الملك المحسن الثاني عاهل المغرب الراحل كان قد جعل مشكلة الصحراء الغربية همّاً وطنياً جوهرياً ورهاناً استراتيجياً ولتحقيق هذا الهدف القومي من المنظور المغربي تحركت لوبيات ومجموعات ضغط المغربية في إطار دوائرة دولية لتجسيد توصيات الخطاب الرسمي في عهد الحسن الثاني الذي جعل من ضم الصحراء الغربية إلى المغرب استراتيجية دولية أخذت حسة الأسد من سياسة الإغواء والتبليل والإغراء باتجاه المجموعة الدولية التي قادتها الدبلوماسية المغربية للإستحواد عن المربع الصحراوي وهو ما يواصل العمل به الملك الجديد هذا ما يكشف عنه الكاتب الصحفي بجلدة الموند الفرنسية جون بيار توكوا في كتابه الأخير جلالة الملك لوالدك فضائل كثيرة عليه الصادر عن دار النشر الفرنسية الشهيرة ألبا ميشيل ويتناول الكاتب الملف الدبلوماسية المغربية حول موضوع الضزاع الصحراوي حيث يكشف كثيرا من نقاط الذل عن ممارسة الدبلوماسية خارج المعنوف انتهجها المسؤولون المغرب للدفاع عن مغربية الصحراء ويرى تقوى في هذا المقام أن المغزل ما يتعدد في سرق كل السبل لتدليل العقبات الدبلوماسية والدولية والقانونية لإقناع هذا البلد أو ذاك كيكون له نصيرا في قضيته في المحافل الدولية بل إنه تبنى منذ أمد بعيد سياسة الأضرفة المالية وهي كناية عن أسلوب الرشوة الموصوف الذي تحول إلى عقيدة دبلوماسية واختصاصا لدى المسؤولين المغربة للتغطية على ضعفهم الدبلوماسي في تسير الملف الصحراوي ولكي يدلل على هذه الخلاصات الخطيرة في حق الدبلوماسية المغربية ومن ثم مستاقية المغزن تحاشى جون بيرتوكوات تهويمات التحاليل الغوغائية والإصراق راءات التي لا تنتهي من وحي المعطيات الجيوستراتيجية فتبنى فلسفة القراءة الدامغة التي استقاها شكرا مدمونا من سلسلة الحوارات التي أجراها مع وزير الداخلية السابق نفسه إدريس البصري المقيم في باريس حاليا بعد إقالته من منصبه سنة 99 بقرار من الملك الجديد باعتباره المسؤول الأول وقتائد عن الملف الصحراوي بل إضافة إلى لقاءة أخرى أجراها مع ممثلين للهيئة الأممية وتشكلت من خلال ذلك مادة قوية وغنية في آن جديرة من نظر والتمحيس كونها تحاصر بالفعل وبالقوة العملية الدبلوماسية المغربية من كامل الأوجه وتعرف المطلق الآلية التي تشتغل بها ويقول صحفي لومونت في هذا السياق إن كل الاستراتيجية المغربية تلخصت في شراء الدمام بعد مسؤولي جبهة البوليزاريو والديبلوماسيين الأجاب والمسؤولين في هيئة الأمم المتحدة عن الملف الصحراوي استنادا إلى تصريحات برناد ميلي مستشار سابق في قصر الإيريزي ومما لا شك فيه أن الشهادة هذا الديبلوماسي الفرنسي المحنك الذي اشتغل منذ سنة 97 إلى سنة 2000 كمستشار دبلوماسي للأمين العام لهيئة الأمم المتحدة كوفي عنان والذي كانت تعتبره الأوساط الدولية وقتها الرجل الثاني في الأبيت الأممي في جسير المسألة الصحراوية لها ثقلها وزنها على أكثر من سعيد وتجدر الإشارة في هذا المقام أن برناد ميلي الذي التقاه الصحفي جون بيرتوكوا في شهر مايو من السنة الماضية لتسجيل شاهدته كأحد أبرز الفاعلين في القضية الصحراوية قادته مهامه الأممية بجولة إلى كل من العاصمة المغربية الرباط حيث التقى فيها العائر المغربية العراحل كما زار مخيمات دوح قبرى الصحراء الجزائرية والجمهورية المريطانية والجزائر العاصمة وانطلاقا من هذه الذكريات التي تعتبر من أهم المحطات الدبلوماسية منذ توليه الملف الصحراوي أكد برناد ميلي لمحدثه أن السلطات المغربية أمنت لإقامة فخمة بفندق هلتون الدولي بالرباط ورغم أني كنت بمفردي فلقد وضعوا تحت تصرف غرفتين وغرفتين حمام وضعوا في إحدى هما ما لا يقل عن ثلاثمائة نوع من العطور موضحا لقد كانوا يريدون شراء ذمتي وبتحكم قال معلقا إنها هدية الحسن لإستقبال ولكن تمرسه في الحقل الدبلوماسي الملغم جعله يحترس من رشرة من هذا النوع ورغم أن محاولات المخزن في استمالة المبعوث الأممي لمصلحة المغرب أجهدت إلا أن مخططاته وحسب مؤلف الكتاب لن تتوقف عند هذا الحد بل تعدته إلى قلب الهيئة الأممية بنيورك وتحديدا عن طريق سكريتيرت برناد ميلي نفسه وهي معلومة على قدر كبير من الأهمية والمستقية كونها انطلقت من فم الرجل القوي في عاد الملك الحسن الثاني إدريس البصري الذي أسر لصحفي لومون في شهر أكتوبر عام 2005 بأن السكريتير التميلي كانت الشخصية الوحيدة التي تفهمت الموقف المغربي مفيدا في نفس الاتجاه أن هذه الأخيرة ساعدتنا كثيرا ولقد استقبلتها في بيت عادة من رأت وحسب تكوا فإن الرباط لجأت إلى هذه المتعاون مع برناد ميلي نظر للمنصب الحساس الذي كانت تتبوئه في عملية السباق للأحداث وتحسب لأي طارئ من شأنه للقويد المخططات المخزنية باتجاه المجتمع الدولي عن طريق الهيئة الأممية وكان الهدف من الاقتراب من هذه الموظفة الأممية هو الاستحواد على الوثائق والمراسلات التي تتسرها لجنة هيئة الأمم المتحدة حول المسألة الصحراوية لمجلس الأمن ومرة أخرى هو نفسه إدريس البصري من يفتح هذه الأقواص عن فصول العمل المخبراتي المغربي في دهاليز الهيئة الأممية لصاحب الكتاب مؤكدا أنه كان مهم لدينا عندما تقع بعض الوثائق لدينا أن نرسلها فون إلى جلالة الملك الحسن الثاني والغرض من ذلك يواصل البصري هو تمكين الملك من أن تكون له ردة فعل سريعة مع رؤساء الدول الأعضاء في مجلس الأمن وفي مقام مختلف يستنتج المؤلف من خلال استقراء المعلومات المتوفرة لديه بأن اللوب المغربي كان ينشط على أكثر من مستوى لتكريس مغربية الصحراء كحقيقة لا غبار عليها ويرى في هذا المنح أن المغرب أول اهتماما كبير بوسائل الأمم الفرنسية في المقام الأول لترويج موقفه منتهي إلى محصلة مفادوها أن وسائل الأمم الفرنسية نادرا ما أثرت الملف الصحربي وهم مخطئون في ذلك مدليا بقناعة فحواها أنه إذا حصلوا أن انتفذ الموقف الرسمي والمغربي ضد وسائل الأمم الفرنسية فسيكون حتما بسبب الصحراء الغربية وليس شيئا أخر أما عن الرؤية الفرنسية للملف الصحروي فإن الصحفية جون بير كوتوى يجزم بما لا مجال فيه للشك أن ثمت مجموعة من الدبلوماسيين الفرنسيين من قدمت مساعدة واستشارة لنظرائهم المغرب بإعازم الإليزي ويودح في حد السياق أنهم قاموا بذلك مما بالواجب أولا والقناعة الثانيا وهي إحالة واضحة إلى ميل الموقف الفرنسي أكثر إلى الجماعة في المغرب وحسب جون بير كوتوى فإن الواجب في مستندة المغرب من جانب الفرنسي يفهم من زاوية أن فرنسا تخشم أن توجد في المنطقة دولة الصحراء الغربية وتكون لغتها الرسمية الإسبانية تتقلص من خلالها مساحة اللغة الفرنسية باتجاه إفريقيا الغربية مع تهديد واضح للثقافة التي تحملها وهي احتمال كوتوى لا تحبه باريس وهي معادلة فاهمها جيدا المغرب يفيد الكاتب مع توظيف كل الأدوات التكتكي لخدمة الاستراتيجية اللغوية للمستعملة السابقة لفرنسا ومن بين هذه الأدوات الفاعلة هو التقرب من الواسطة الهبنوماسي الفرنسي والتودد إليه لضمان تأييد السفراء الفرنسيين في الرباط ويذكر الكاتب هنا اسم جون برناد ميريمي السفر الفرنسي السابق في الرباط أحد أكبر المدافعين على الموقف المغربي والذي أوكلت إليه مهمات استراتيجية في اللجنة الدائمة للهيئة الأمور المتحدة للتمثيل بلاده ما يحيل ولا شك أنه تخندق في اللوب المغربي عبر القناة الأممية وجدير بالذكر بأن هذه الشخصية ذاتها متهمة بتورطها في جريمة النفط العرقي مقابل الغداء التي ما زالت تحرج السلطات الفرنسية لحد اليوم وفي معرض حديثه عن السفر ميريمي يشير الكاتب أن هذا الأخير اتهمته الجزائر في الماضي بتلقي عمولات لقاء دفاعه المستمية على حقية المغرب بالسحراء الغربية مذكرا بأن هذا الاتهام الجزائري كان فنده وزير الداخلية المغربي إدريس البصري في حينه في الوقت الذي اعترف فيه هذا الأخير الكاتب في أكتوبر سنة 2005 أن السفير الفرنسي ميريمي مدى المملكة بيد العون وكان يقوم بذلك مجانا مستدركا بشكل لا يخلو من الجدية والتهكم في أن واحد ولكن يجب أن لا ننسى عطاءاته إلى داقات الملك الحسن الثاني لأصدقائه وترجمة ذلك بالنسبة لجون بير توكوا من الناحية العملية أن عشية ذهاب السفير ميريمي من وزارة الخارجية الفرنسية شرفه البنك الأخص المغربي بأمسيه بمنصبا ذي بريستيج في مجلس الإدارة لقاء أجل شهري معتبر علوة على تمكنه من امتلاك منزل عنيق على بعد أمطار من محيرات ورزازات الشهيرة وذات المنزل حسب تقوى استنادا إلى شهادة البصر نفسه هو عبارة عن بيت الرفي خاشبي على الطريقة السويسرية منحه إياه الملك الحسن الثاني بما فيه الميدان المحيط به التحق الأمير مولي رشيد الشقيق الأصغر للملك محمد السادس وولي العهد الثاني للعرش المغربي بمن عمه مولي هشام في الولايات المتحدة الأمريكية حيث قرر الرجوع حسب كما كشفته صحيفة الموندو الإسبانية التي أرجعت قرر الأمير إلى اختلافه مع الملك في طريقة تسهيره للبلاد مما دفع بهذا الأخير التوقف عن الاستماع إليه وعن إشراكه في تسهير البلاد كشفت صحيفة الموندو الإسبانية في عددها اليوم الأحاد الماضي في مقال وقعها الصحفي المغربي علي المرابط عن قرار الأمير مولي رشيد باللجوء التوعي للولايات المتحدة الأمريكية جراء تعرضه للتهميش في القصر الملكي وبلوغ الخلافات بينه وبين شقيقه خطا لا رجع كما أخبرت الصحيفة أن مولي رشيد سيقوم بمدينة فيلاديرفيا في ولاية كونتكت التي تعد إحدى أغنى المدن الأمريكية وأرجعت الصحيفة قرار شقيق ملك المغربي محمد السادس والثاني في ولاية العرش المغربي نقلا عن مصادر وصفتها بالجذير بالثقة لخلافات شخصية بين الملك والشقيقه بسبب تطوير هذا الأخير رؤية مخالفة تماما لكيفية إدارة شؤون الحكم تشبه رؤية والدها الراحل الملك حسن الثاني بينما نسبت الصحيفة لمن وصفته بالمصدر الدبلوماسي الأجنبي المعتمد بالرباط أن هذا الاختلاف أدى إلى أن الملك لم يعد يستمع عليه ولم يعد يرغب في إشراكه في تسهير البلاد ولم تستبعد مصادر أخرى في الرباط حسب إلماندو أن يكون الملك محمد السادس قد اتخذ قرار تحميش شقيقه لأسبب شخصية تتعلق باحتفاظ هذا الأخير بعلاقة وطيدة وسرية مع وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري الذي يقيم حاليا بالعاصمة الفرنسية باريس ويشن منها حملة عنيفة على الملك وحاشيته مما جعله يحتل المرتبة الأولى في قائمة أعداء محمد السادس وإن كان عجل القوي السابق في نظام الحسن الثاني لم يؤكد معلومات علاقته بمولاي رشيد لكنه لم يكذبها وقال معلقنا على الخبر في تصريح الصحيفة الإسبانية الأمير هو ضحية مثلنا جميعا ولا يستبعد العارفون بشؤون المخزن ضلوا على المجموعة المحيطة بالملك محمد السادس في تعميق هوة الخلاف بينه وبين شقيقه مولاي رشيد الذي كان يريد تنثير الملك شخصيا في الخارج وهو المنصب الحسس الذي كان الحسن الثاني قد عين فيه أخاه الأصغر مولاي عبدالله قبل أن ينجح العقل المدبران في ندام المخزن فؤاد علي الهمة والطيب الفاس الفهري الوزير المتدبان للداخلية والخارجية في إقناع الملك بالتراجع عن ذلك هو التؤكد نفس المصادرة لأن الضائر الملكية الضيقة والتي اختار الملك تشكيلتها من أستقاء الدراسة والتي تضم مسؤول الأمن الخارجي في المخابرات المغربية ياسين المنصوري ومستشار الملك الخاص المكلف في تسير ممتلكات الملك علي مجيد هي نفسها التي أوقعت بين الملك وبين إدريس المصري وابن عمه موليه الشام والوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كما أنها المجموعة التي انتقلت في الأسابيع القليل الماضية بين باريسا ومدريد وواشنطن لتسويق مقترح الحكم الذاتي الذي يسعى المخزن من خلاله لتكريس احتلاله للصحراء الغربية وتبقى الإشارة إلى أن اللجوء الأم أولي رشيد إلى الولايات المتحدة الأمريكية يأتي ليوفاق محالات النزيف التي أصابت نظام المخزن والأسرة العروية منذ أتلاء محمد الساد السادة الحكم فهو يضاف إلى اللجوء ابن عمر موليه شامل أمريكا واردة الملك اللطيفة إلى فرنسا التي جاءتها مرفوقة بالجنرال المديولي قائد حراس الملك الخاص في عهد الحسن الثاني حسب رواية الكاتب الصحفي الفرنسي جون بيرتوكوة التي أوردها في كتابه الأخير الجلالة الملك إنني أدين بالكثير لواردك بن سيمون الحسن الثاني وهجرة اليهود المغاربة وقد أثير الكثير حول هجرة اليهود المغاربة إلى إسرائيل والمراحل التي مرت بها أيضا وهناك القصة الشهيرة والموثقة التي نشرتها المؤرخة والكاتب الفرنسي إنس بن سيمون في كتابها الحسن الثاني واليهود قصة وهجرة سرية ويذكر أن هذه الكاتبة مسيحية في الأصل واعتنقت اليهودية ويعود تواجد اليهود في المغرب وحسب الكثير من المساطر التاريخية إلى ما قبل دخول الإسلام ولكن عددهم قبل الفتح الإسلامي كان قليلا جدا إلا أنه بعد سقوط دولة الأندلس وترد المسلمين واليهود منها لم يكن أمامهم إلى المغرب فاستضافتهم ورحب بهم لذلك نجد أن معظم اليهود المغاربة كانوا قد استقروا بداية في المدن الساحلية كالرباطو الصويرة والعرائش والقنيترة وتنجة والتطوان وغيرها ثم بدأوا بالتنقل إلى مدن داخلية كفاسهم ركش ومكنس وحسب مصادر مغربية رسمية وصل عددهم في أوخر أربعينيات إلى أكثر من ثلاثمائة ألف يهودي وكانوا مقربين من المستعمر الفرنسي ومتحاكمين في الكثير من مفاصل الحياة الاقتصادية والسياسية المغربية ولكن بعد إعلان قيام إسرائيل سنة 48 بدأت تصلهم رسائل من مكوريون ومن قد إسرائيليين آخرين يطالبونهم بالهجرة إلى أرض الميعاد ودعمها هناك وبالفعل وبدعم من المستعمر الفرنسي بدأت هجرة اليهود المغرب إلى إسرائيل على دفعات حوالي عشرين ألفا سنة 48 وتسعين وأربعين وأربعين ألفا ما بين اثنين وخمسين وخمسين لكن وبعد حصول المغرب على استقلاله سنة ستين وخمسين وبسبب العدع في الشرق الأوسط وأيضا تشكيل حكومة بزعامة عزب الاستقلال المغربي ذي النزعة القومية أعلن الملك الحسن الثاني منع هجرة اليهود إلى إسرائيل ولكنه منحهم كافات حقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية ومع هذا السمر تاريه الهجرة سرا لكن تدايق اليهود من محمد الخامس لأنه فعلا رفض الكثير من دعوات الصهين للسماح لكل اليهود بالهجرة والسمر الوضع كما هو إلى غاية سنة 61 حين توفي الملك نص بمكانه الحسن الثاني لتبدأ بعد هذا مرحلة جديدة من هجرة اليهود المغرب إلى إسرائيل وحسب نفس الكتاب وأيضا كتب أخرى تحدثت عن هذه الفترة من الكتاب مايكل لاسكير يهود شمال إفريقيا في القرن العشرين يهود المغرب وتونس والجزائر فإن الرئيس الأمريكي إيزن هور قبل انتهاء ولايته سنة 61 وأيضا الرئيس كيندي والفرنسي منديس وممثلون عن المصاد عن جمعية يهودية عالمية أعرضوا على الملك مساعدته مدينه معنويا إن هو سهل هجرة اليهود المغرب إلى إسرائيل وبالفعل تمت السفقة التي وحسب نفس الكتاب تمثلت في مبلغ مالي وصل إلى 250 دولار عن كل يهودي مغربي يهاجر إلى إسرائيل ولأن هجرة كهذه وعلنة كانت ستسيء للملك أمام شعبه المتعاطف مع فلسطين فقد تم التغطية عليها بأن قيل إن هؤلاء هاجروا فقط إلى فرنسا وأمريكا الشمالية وليس إلى إسرائيل لكن الكتاب تحدث عن هجرة سرية من المغرب إلى إسبانيا وفرنسا ثم إلى إسرائيل عبر بواخر أمريكية الصفقة وكافة تفاصيل عنها نشرت في هذا الكتاب ويقال إنها تمت في أحد فنادق السويسرة بين ممثل عن الملك وهو أحمد العلوي وممثل عن الجمعيات اليهودية التي كانت تمول هجرة اليهود من كافة أنحاء العالم إلى فلسطين وأشار الكاتب إلى أن عدد اليهود الذين هجروا في هذه الصفقة بلغ مئة ألف لكن مصادر أخرى أشرت إلى أن العدد وصل إلى مئتي ألف لكنها على العموم أدت إلى هجرة عدد كبير منهم إلى فلسطين المغتصبة صدام حسين يشغل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين مساحة كبيرة في مذكرات الزعماء وقادة ورؤساء حكومات ومدري أجهزة مخابرات العالم ولسيما وأنه قد ظل في السلطة طويلا ليعاسره الكثيرون والكثيرون منهم وأيضا لأنه ارتبط بأحداث جسام غيرت العالم منها الحرب العراقية الإيرانية وغزوه الكويث ثم هزيمته المروعة وانسحابه منها ثم الغزو الأمريكي فسقوطه ثم محاكماته وإعدامه شنقا إلى آخره جيمس كريتشفلد هكذا قلبنا قاسما وساعدنا صدام لأتصاب السلطة كشف مسؤول كبير في وكرة المخابرات المركزية الأمريكية السياعية في كتاب صدر مؤخرا أن المخابرات الأمريكية هي التي لعبت الدول الرئيسية في تنظيم وعدد عملية الانقلاب التي قام بها حزب البعض ضد عبدالكريم قاسم عام 1963 وأدت الإضاحة به وبنظامه وإلى بدء حكم صدام حسين وحزب البعض والسبب الرئيسي أن ذاك كانت الكويت هذا السر المهم كشفه جيمس كريتشفلد المسؤول عن نشاطات وعمليات المخابرات الأمريكية في شرق الأوسط في مطلع الستينيات فقد أكد كريتشفلد أن المخابرات الأمريكية هي التي لعبت الدور الأساسية والحاسمة في عملية الإضاحة بعبدالكريم قاسم ونظامه وتأمين نجاح انقلاب حزب البعث عليه في الثامنة من فبراير 1963 لأن قاسم كانين واحتلال الكويت وضمها للعراق وهو سعى إلى ذلك في عام 1961 ولأن قاسم اتخذ أيضا قرارات وإجراءات سياسية ونفطية متعاردة مع المصالح والتوجهات الأمريكية وأوضح كريتشفلد أن عناصر المخابرات الأمريكية تولت عن ذاك تنظيم وتنسيق نشاطات وتحركات الانقلابيين البعثيين انتلاقا من مقر السفارة الأمريكية في بغداد وتأمين نجاح هذا الانقلاب الذي شكل في رأيه دربة معلل الخبرات الأمريكية وانتصارا كبيرا لها هذا الانقلاب البعثي المدعوم أمريكيا والذي أتى بعبد السلام عارف رئيس للعراق خلفا لسخاسم ما هذا الطريق بعد خمس سنوات من الاضطرابات والتقلبات في العراق لانقلاب السابع عشر من يوليو 68 ولحكم ححمد حسن البكر ونائبه صدام حسين الذي أصبح في يوليو 79 حاكم العراق المطلق وقام في أغسس عام 1990 بتحقيق ما عاجز عنه عبد الكريم قاسم أي احتلال الكويت تينيت دخلت العراق سرا قبل الغزو وخطرت بنفسي لاغتيار صدام ويكشف جورج تينيت المدير السابق لوكرة المخابرات المركزية الأمريكية السياعية في مذكراته في قلب العاصفة كيف حاولت إدارة الرئيس جورج بوش من خلال وكلته وعملائها اغتيال الرئيس صدام حسين خلال تواجد فرق السياعية وفي هذا الجزء الخاص بصدام المذكرات تينيت سنرى سويا كيف أن الشهوان قائد قوات صدام الخاصة كان عميل للأمريكيين وكيف التقاه تينيت بنفسه سرا في خيام السياعية بصحراء الغراق قبل الغزو بشهور قليلة يقول تينيت أعملنا في الداخل العراقي في موراء المناطق الشمالية ووصلنا حتى حدود دول المجاور من الجنوب والشرق وقدمنا للأسكريين الأمريكيين رؤية واضحة والشفافة للاتصالات التي كنا نجريها وتقديم القوات الأمريكية خاصة لعملاء لنا داخل العراق الذين نعمل في قيامهم بتأمين عملية انشخاخ عدد من وحدات ودبات الجيش العراقي وتمردهم على نظام صدام متى بدأت الحرب البرية بحيث تنم إلينا هذه الوحدات المنشقة أو تستسلم لنا ويواصل تينيت في النهاية كانت المحصلة هي انشخاخ عدد قريب من الوحدات العراقية ولكن الأهم أن الكثير من وحدات جيش صدام التي لم تنشق لم تحارب أيضا وقد كانت قوات جيش صدام النظامية تدرك أنها ستواجه الموت إذا ما تقدمت لمواجهة القوات الأمريكية وتدرك أيضا عن قوات الحارس الرمهوري العراقي خلفهم وما لم يساند نظام صدام فسوف يقتلونهم وقد اختارت الاستسلام على القتال بعد أن نقل عملاءنا رسالات نشجعهم للإستسلام بدلا من دفعنا لقتلهم ويوم ديتنت فيقول لكن ظهرت مشكلة لم تكن في الحسبان وهي ماذا سنفعل مع العدد الهائل من الجنود الذين استسلموا والمفروض أن نعاملهم وفق اتفاقيات جنيف والسبب المشكلة هي أن عدد الأسر الهائل في حاجة لقوات أمريكية تفوق الأعداد الموجود على أرض العراق ونتيجة لهذا فقد تم إبلاغ جنود ودبات الهش العراقي من خلال مرشورات نلقتها التائرات العسكرية الأمريكية أن ألقوا بأسلحتكم وعودوا لبيوتكم وقد تلقى العراقيون رسالة بترحاب بالغ ونفدوا ما دعتهم إليه عن طيب خاطر بمجرد أن سمعوا التلقات الأولى لقواتنا ويتابع تنت فيما بعده بالتحديث في الثالث والعشرين مائل 2003 عندما أرد الحاكم العسكري الأمريكي للعراق جيري بريمر مواجهة الانتقادات الموجهة إليه وتبرير موقفه بتسريح الجيش العراقي أرد بقوله إن الجيش حل نفسه بنفسه وقد يكون بريمر قد أصاب كبد الحقيقة ولكن الجيش العراقي قد حل نفسه ولكن مترنوا بدرجة كبيرة بسبب الخوف من عواقب القتال مع الأخذ في الاعتبار أن عددا كبير من الجنود قد احتفظوا معهم بأسلحتهم وهم يعودون لبيوتهم ولم يكن لديهم يساعدهم على إعالة عوائلهم ويقول كنت قد قمت بعدة زيارات للذباط السياي قبل الحرب في قواعدها مسترجية المتشرة في الصحراء الشرق وجنوب العراق بعيدة عن العين وكان دورها هو تزويد الخلايا التي شكلناها من رجال القبائل العراقين بالسلاح لدخول المدن والقيام بعمليات استطلاع وتخريب قبل نقل حصيرة ما جمعوه من معلومات إلى قواتنا العسكرية ويود احتنت كان هؤلاء الدباط الذين التقيتوا بهم يقيمون منذ شهور في خيام الأعداد للحرب وكانوا يترقبون بدء الحرب بفارغ السبر وبعد هؤلاء الدباط كانوا من صغار السن ومعظمهم كان في أول مهمة خارجية له وبالنسبة لعدد كبير منهم كنت أول مدير مخابلات أمريكية يخدمون معه لحداثة يعادهم بالخدمة في السيايئي ويقول وقد حاولت في هذه الزيارة أنفع من معنوياتهم وأن أجعلهم يدركون كم أنا فخور بهم وواثق من قدرتهم على مواجهة التحدي ولكني في قرارة نفسي كنت أعرف أن عددا كبيرا منهم قد يلقي حتفه بمجرد اندلاع الحرب ويتذكر تنت في إحدى زيارات للعراق سرا قبل الحرب التقيت في خيامنا الصحراوية مع مجموعة من العسكريين العراقيين في مقدمتهم اللواء عبدالله الشهواني قائد قوات صدام الخاصة أثناء الحرب العراقية الإيرانية وكان قد تم تقديم الشهوان للسيايئي في عام 1991 ليصبح بسرعة أكبر شركائنا العراقيين في سعينا للإطاحة بصدام ويودى احتنت كان الشهواني الذي بدأ سجله العسكرية طيارا حربيا نموذجا لرجل الذي يعتمد عليه الأمريكيون لا سيما وأنه يتمتع بالحضوة والمكان لدى العراقيين بعدما أظهره من قدرات ومهارات في الحرب وقيادته لطائرة المقاتلة وشنه هجوما ناجحا لدى موقع إيراني محسن أعلى تبه سرعان ما على نجمه بعده وتقلد على أثره الأوسمة ثم أصبح قائدا لقوات صدام الخاصة ومن هنا فقد استطاعه درجل إقامة شبكة لنا من العملاء داخل العراق ولكن في منتصف التسعينيات تم اكتشاف أمره على أيدي أجهزة الأمن العراقية فأمر صدام بإعدام أبنائه الثلاثة والصمر الشهواني رغم ذلك في التعاون معنا لإقامة شبكة لنا من العملاء داخل العراق من مهامها أن تكون همزة اتصال بيننا وبين الزعامات الدينية والقبلية في الشهور المؤذية للحرب في ربيع عام 2003 وقد فشلنا في البداية في إقناع زعماء جماعة دينية في الشمال بالتعاون لكنهم قبلوا بعدها باثنين مليون دولار وكانوا يعتوننا بأربعة ضباط جيش على الأقل كل أسبوع لكي نتخذهم عملاء ومن خلال الشهوان استطعنا تجنيد العشرات من ضباط وجنود الجيش العراقي وتمكننا من خلاله باستخدام آخرات التأمين وحماية الكبار والجسور المتشرة على نهر الفرات المؤدية إلى بغداد لتسهيل عملية دخول قواتنا البرية العاصمة وإسقاط النظام كما استطعنا بمعاونة الشهوان تجنيد بعض الضباط والجنوب للعمل على منع صدام من إحراق خطوط أنبي وفترولي الجنوب ويقول تينيت مع اقتراب الحرب انتقل كبير ضباطنا في بغداد شارلي إيس إلى الدوحة حيث تبقي إلى جوار الجنرال تومي فرانكس ليصبح أحد أهم أفراد الفريق العسكري الأمريكي وكانت مهمة رجلنا شارلي إيس مع فرانكس هي نقل المعلومات إليه من خلال خلايانا بداخل العراق ومساعدته على تحديد الأهداف التي يتعين دربها والأهداف التي لا ينبغي أن يشمونها القصف على سبيل المثال تم توجيه أمر لمقاتلة أمريكية بقصف موقع لتحسن داخله أحد أبرز قيادات مخابرات صدام واستمات شارلي إرغاء الأمر واستبداله بأمر للقوات بالعمل على اعتقاله حيا لأنه حسب ما أكد رجلنا سيكون كنز معلومات وقد كان وفي الشمال حققت فرق السياقاء خلال الفترة من بعد شهر يوليو عام 2002 نجحا هائلا في تجنيد أعداد كبير من العملاء العراقيين الراغوين في العمل معنا على الإطاحة بنظام صدام رغم عدم وجود غطاء عسكري لحماية فرقنا هذه وانتشار عيون صدام من قوات أمنه في المنطقة ويواصل تنت كانت هناك جماعة تجمعها روابط مذهبية وكانت مهمة لنا على وجه الخصوص وقد استطعنا يقنع الزعماءنا بأننا جدين في سعين الإطاحة بصدام ولكن لم ينجح مسعانا في كسب وداء هذه الجماعة إلا بعد أن سلمنا هؤلاء الزعماء مليوني دولار فراحوا على الفور يتعاونون معنا ويمدوننا بالمعلومات وكانت هذه الجماعة تأتي إلى الذباط بأربعة ذباط عراقيين على الأقل كل أسبوع يعلنون اندمامهم إلينا ويقول تنت استطاع رجالنا ومن خلال اختراقهم لشبكة اتسارات صدام تتبع حركته داخل بغداد في فترة ما قبل الغزو بقليل وقبل يومين فقط من المهل التي قدمتها إدارة بوش للنظام العراقي للانسياع إلى مطاربها وشروطها وإلى تكل الحرب علمنا من أحد مصادرنا أن هناك اجتماع لصدام وجميع أفراد يوسرته بما فيهم ولداه عدي وقسي وأن الاجتماع سيكون في مزرعة زوجة صدام في الدرع وأن هدف الاجتماع هو تحديد ما يمكن عمله حال وقوع الغزو الأمريكي وقد مرر مسترون هذه المعلومات إلى الفرق السيائي في شمال العراق وعلى الفور طيال الخبر إلى الجنرال تومي فرانكس وفريق عمله العسكري في الدوحة بقطر وفي صباح اليوم التالي التسع عشر من مارس أبلغنا المستر أن صدام سيذهب مرة أخرى لمزرعة زوجته بالدرع مساء ذلك اليوم وتأكد رجالون من هذه المعلومة من مصادر أخرى بمنطقة المزرعة نفسها وهنا يقول تنت فما كان مني بمجرد علمي بأنباء اجتماعي صدام المرتقب إلا أن استحبت نائبي ماجلوجين آي إلا مكتب وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذي كنت قد طلبت لقاءه على الفور وفي جراج السيارات لمحت أحد كبار مساعدي المسؤول على العمليات في الوكالة فقلت له تعال معنا وبمجرد إطلاع رامسفيلد على ما لدي أرد بأن عملا عجل لابد من اتخاذه ما دمنا نعلم مكان صدام يقينا ويقول تنت طلبت الرئيس بوش وطلبت ترتيب لكي نلتقيه في البيت الأبيض على الفور لوجود أمر حملة يمكن تأجيله وقبل الدخول فاجأنا رامسفيلد الذي كان يستحب معه رئيس أركانه ديك مايرز بأن كوندوليز رئيس وأندي كارد موجودان مع الرئيس وما هي لحظات حتى طلب بوش من بول أن يندم إلينا ويود أحتنت وقد أبلغت أن ونائب مجلوغن رئيس بما لدينا وقلنا إن هذه المعلومات موثوق فيها ولكننا لنستطيع نقسم بأنها صحيحة بنسبة 100% ولنستطيع نقسم أيضا أنها ليست خدعة ولكننا نعتقد أنها معلومات جيدة جدا مع اهتمال أن نغير صدام مكانه حتى نضرب هدفا خاطئا فيستخدم هذا في حرب دعاياته والحقيقة أن توجيه ضرب لمكان صدام لم يكن بالقرار السهل وقلنا للرئيس إنه ليس من المحتمل أن نتمكن من الحصول إلى أي معلومات إضافية لمساعدته على اتخاذ القرار ولكن بعد لحظات حصلنا بالفعل على المزيد فقد تلقينا في الحال مكالمة حولت لي من مصدر لنا بالمنطقة يؤكد أن حرس صدام قوات أمنه شهدت تصل المنطقة تباعا وأن هناك شائعات بأن الرئيس العراقي سيصل فيما بين الساعة الثالثة والثالثة والنصف فجرًا بتوقيت بغداد ويمدي تينيت فيقول ما هي لحظات حتى جاءنا بلاغ آخر عبر خط تليفون آمن من رئيس فريق عملياتنا السرية بالعراق يوضح فيه بأن صدام سيجتمع وأسراته في ملجأ من المزرعة موضحا أنه خندق محسن تحت الأرض لن تخترقه سواريخ طائراتنا من تراز كروس وهذا معناه أننا سنكون في حاجة إلى قنابل ذكية ويعترف تينيت الحقيقة لقد كنا على شفى لحظة فارقة لاحدث اتخاذ القرار وبعد أن استجمع رئيس نفسه وقطع الغرفة جيئة وذهبا أمر بتوجيه الدربة وصدرت الأوامر لتوم فرانكس في الدوحة والسعادة الطيرون وجهزت مقاتلاتنا بإثنان واتخذت القنابل المداد للأنفاق تحت الأرض أماكنها على قادفات الطائرات وتمنى الجميع أن يكون مع صدام في فيلا بالمزرعة أطفال ويساء كثيرون حتى لنتعرض لمشكلات عن الساحة الدولية ويقول بعد قص مكان اجتماع صدام أبلغ من المصدر لنا أنه قد تم انتشار جثة تشبه كثيرا صدام المكان الهجوم وقد منينا النفس بأن تكون هذه هي بداية الحرب التي ستكون أقل تكلفة في دوء مقتل رأس النظام ويقول تينيت لكن لسوء الحد لم يحدث ما تبنيناه وعلمنا أنه كان هناك فعلا نجد معه ولكن في مبنى مجاور المبنى الذي استهدفناه ثم علمنا فيما بعد أن صدام والديه لم يكون من بين الموجودين وأن مصادرنا كانت تبلغنا بما تعتقده وليس بما تراه بأم عينيها وهكذا وبعد السعر الدين لمقاله تينيت نقول إنه مع أن الأمريكيين قد تمكنوا بالتعاون مع دول التحالف العربي الدولي من تحرير الكويت ودرب العراق تثويقه وحصاره وإخضاعه لعقوبات دولية مشددة لكنهم لم يتمكنوا من إسقاط صدام وتصفيته وتكرار ما قام به من قبل في بغداد هذا السر الأمريكي هو بعد موارد في كتاب جديد ومثير الاهتمام صدر مؤخرا ويحمل علمان الخارج من تحت الرماد الكتاب من تأليف صحفيين بريطانيين بارزين وخابرين في شؤون الشرق الأوسط عموما والعراق ومنطقة الخليج خصوصا وهم باتريك كوكبورن مراسل صحفة الفينانشل تيمز والانتبندنت البريطانيتين في الشرق الأوسط منذ عام 79 ومن بين المعلقين الأكثر خبر ودراء في الشؤون العراقية واندرو كوكبورن وهو كاتب وباحث مقيم في واشنطن وينشر مقالاته في عدد من المجالات العالمية بينها ديرشبيكر الألمانية وكذلك يتب عن منطقة الشرق الأوسط لساعة نيرك تيمز فقد ساعد في إنتاج فيلم وثائقين على العراق يحمل عنوان الحرب التي خلفناها وراء ظهورنا وأهمية هذا الكتاب أنه يعتمد في مضمونه على مقابلات معدد كبير من الشخصيات العراقية والأمريكية والبريطانية والأردنية والعربية المعنية مباشرة بالمشكلة العراقية وكذلك على معلومات ووثائق مهمة حصل عليها المؤلفان من مصادر مختلفة ومحور هذا الكتاب الأساسي هو هل سعت الإدارة الأمريكية فعل إلى التخلص بصدام حسين والإطاح به بعد غزو الكويت ولماذا فشلت في مساعها هذا وما هي العوامل التي مكنت الرئيس العراقية من البقاء في السلطة إلى اليوم والجواب السريع والواضح عن الأسئلة السابقة هو نعم حاول الأمريكيون طوال السنوات الماضية التخلص فعلا من صدام حسين حاول الأمريكيون اغتيال صدام حسين خلال حرب تحرير الكويت إذ ينقل مؤلفا هذا الكتاب عن بيرنت سكوكروفت مستشار الرئيس بوش لشؤون أمن قومي قول له إن التعليمات عطيت إلى إلقادة العسكرين الأمريكيين منذ بدء الحرب الجوية ضد العراق في كنون الثاني واحدة وتسعين بقسف عدد كبير من الواقع التي يمكن أن يختبئ فيها صدام بحدف قتل الرئيس العراقي وتم بالفعل تنفيذ هذه التعليمات وتدمير عدد كبير من هذه المواقع والمخابة والمناجئة خاصة من جاء العامرية لكن صدام نجى من الموت ومنذ فشل عملية الاغتيال هذه إلى اليوم ودع المسؤولون الأمريكيون شروط المحددة للتخلص من الرئيس العراقي صدام حسين ويمكن القول انطلاقا مما ورد في كتاب الخارج من تحت الرماد ومما كشفته كتب عدة ودعتها شخصيات عسكرية وسياسية لها علاقة بهذه القضية أن الولايات المتحدة سواء في عهد جورج بوشلعب أو عهد كلينتون اعتبرت أن عملية تخلص من صدام جيب أن تتم وتنفذ على أساس ثلاثة شروط أساسية هي الشرط الأول أن يبقى العراق موحدا بعد رحيل صدام حسين فلا تؤدي عملية تخلص من الرئيس العراقي إلى تفريك العراق وتقسيمه وإلى نشوء دولة شيعية في الجنوب ودولات كردية في الشمال ودولات سنية في بغداد لأن ذلك يعرض أمن منطقة الخليش العربي وأمن دول عدة لأخطار جسيم وتغيرات كبيرة الشرط الثاني أن تتم عملية تخلص من صدام حسين من دون أن تضطر ولايات المتحدة إلى غزو العراق مما يتطلب إرسال أكثر من 300 ألف جندي إلى هذا البلد ويؤدي إلى سقوط عدد كبير من القتل وجرح الأمريكيين وغير الأمريكيين وإلى ردد فعل سربي للغاية تدى السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط الشرط الثالث أن تؤدي عملية تخلص من صدام حسين إلى مجيء نظام مقبول من الولايات المتحدة وليس معادية لها متحلفة مع إيران أو مع دول أخرى تتعارض أهدافها وتوجهاتها ومصارحها مع الأهداف والتوجهات والمصارح الأمريكية هذه الشرط شكلت قاعدة العمل الأساسية التي اعتمد عليها المسؤولون الأمريكيون منذ تحرير الكويت لنهاية عاد كلينتون في تعاطيهم مع ملف صدام حسين ومع الجهود والخطط والمشاريع المختلفة للتخلص منه وعلى هذا الأساس اعتبر المسؤولين الأمريكيون طوال عشر سنوات أن السبيل الأفضل والأنسب بالنسبة لواشنطن للتخلص من صدام حسين ليس تشجيع تنظيمات المعارضة العراقية على القيام بهذه المهمة لأنها غير قادرة على ذلك من دون تورط عسكري أمريكي كبير داخل العراق وليس دعم ثولتنا وانتفادة شعبية وسيعدة للنظام العراقي لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية وإلى تقسيم هذا البلد وتفكيكه وليس السماحة لإيران أو تركيا بإسقاط الرئيس العراقي أو ودع خطة مشاركة مع هذين البلدين في هذا الشأن لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مجيء نظام غير ملائم للأمريكيين السبيل الأفضل والأنسب للتخلص من صدام حسين وفقا للأمريكيين هو حدث انقلاب ضد الرئيس العراقي تنفذه عناصر من داخل النظام والمؤسسة الحاكمة وتكون لواشنطن علاقة ما بها أو أن يطلق أحد المقربين من الرئيس العراقي رسسا عليه في أقتله وتكون واشنطن جاهزة ومستعدة لاستيعاب الوضع الجديد هذا الموقف الأمريكي وغير المعلن رسميا من الرئيس العراقي ومن تغيير النظام في بغداد يدفع الكثيرين في العالم العربي وخارجه إلى القول أن الولايات المتحدة كانت لها مصلحة في بقاء صدام حسين في الحكم في عهدى بوشك الأب وكلينتون لأن بقاءه يبرر تشدد الأمريكية في التعامل مع العراق كما يبرر السياسة الأمريكية وما يرشقها من أجراءات وخطوات في المنطقة من جهة أو من جهة ثانية لأن استمرار صدام حسين في الحكم يساعد على إبقاء العراق متوقن ومحاصر ومعزول وغير قادر على التأثير على مجرية الأمور والأحداث في المنطقة حيث يستغل المسؤولون الأمريكيون بقاء صدام حسين في الحكم وما يقوم به من أمل ونشاطات في تحقيق ما يريدونه فبقاء صدام حسين في الحكم في بلد محاصر ومعزول متوق بعقوبات الدولية أفضل من وجهة نظره من رحيله أو سقوطه الذي يؤدي إلى تقسيم العراق وتفكيكه أو أن يكون ثمن رحيله قيام الأمريكيين بعملية عسكرية برية كبيرة داخل العراق أو أن يعزز رحيله مصالح ومواقع دول أخرى غير صديقة كإيران أو أن يمهد رحيله لمجيء نظام جديد معادل الولايات المتحدة الأمريكية بكر وكرت صدام كان عميلا مهما لنا اعترف بعض الوزراء والمسؤولين المخابراتين الأمريكيين السابقين في مذكراتهم بأن صدام كان عميلا للأمريكيين بل إنه كان صناعة أمريكية وأن الرئيس الأمريكي الأسبق رون دريغان قد عمل على إرسال المسفد له لتحفيزه على مهاجمة إيران التي كانت تقلقهم من ذاك إزاء موقف الخميني حيث كانت تعتزم دعم صدام وزنة ثقل إيران في المنطقة وعندما بدأت حرب العراق إيران دعمت الولايات المتحدة صدام علن حيث زودته بالسلاح والمكونات الكيميائية للقنابل الخارقة ويقول رجل المخابرات الأمريكي رجل موريسي مذكرته إن المخابرات الأمريكية المركزية شاركت في انقلابين في العراق خلل الأيام الحالية للحرب الباردة أحدهما كان انقلابا 68 الذي ثبت صدام بأحكام على الطريق إلى السلطة هذا يقودك إلى طريق طويل مدلم فيما يتعلق بالتورط الأمريكي على حد اعتراف موريس دابط في الخسم الأجنبي في وزارة الخارجية الذي كان عضوا في مجلس الأمن القومي أثناء إدارات جونسون ونيكسون السابقة إضافة إلى أن هدر قطاع والتغادي عن جرائم صدام كان بأعتراف وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر داتا في مذكراته بعد حرب تحرير الكويت ويقول ديفيد هوكرت ثابت المخابرات الأمريكية السابق في مذكراته التي تحملها عدة كتب صدرت له وجعلته من كبار الكتب الأمريكيين الآن يقول كورت في آخر استراته التي صدرت عقب غزو العراق أتمنى أن تتوقف عمال السلب والنهب في العراق وأن يعم السلام على الشاب العراقي البري الذي يعانى الأمرين منذ أن جنذت المخابرات المركزية الأمريكية صدام حزين لخدمة المصالح الأمريكية في المنطقة قبل نحو أربعين عاما ففي سنوات الحرب الباردة وعندما سيطر شعار الموت أفضل من الشيوعية على الإدارات الأمريكية ذلك الوقت كانت هذه الإدارات الأمريكية تتحلف مع أي نظام حكم بغد النظر عن دكتاتوريته أو استبداده ما دم مناحد للشيوعية وكن الأمريكيون على استدارة للتعامل مع أي إن كان إذا كان سيساعد أمريكا في حربها لدى الشيوعية ويقول لذلك فعندما بدى رئيس الوزراء العراقي أسبق عبد الكريم قسم التقارب مع الاتحاد السوفيتي في ستينيات وقام بتعين عدد من الشيوعين في مناصب حكومية مرموقة بدأت واشنطن تحاول البحث عن وسيلة للتخلص منه ويقول دبيض المخابرات السابق في هذا الوقت عن مديره وكرة المخابرات المركزية الأمريكية ألان فوستر درس أن العراق هو أخطر بؤرة في العالم وهنا ظهر اسم صدام حسين في ملفات المخابرات المركزية باعتباره معارضا لحكومة عبد الكريم قاسم ولديه استعداد لاستخدام القوة والعنف للوصول إلى أهدافه لذلك تم استخدام صدام ليكون عزل أمريكا في العراق لمواجهة تهديد نشر صواريخ السوفياتية في العراق أو لضمان استمرار تدفق البترول الخارجي إلى أمريكا وحلفائها الغربيين ويواسي الكرد الحقيقة أن دموية صدام حسين كانت واضحة منذ اشتراكه في محاولة اغتيال شخصيات سياسية عديدة خلال الخمسينيات وعندما تولي الحكم في العراق شن الحرب الدمية للدائران لمدة ثمانية سنوات ثم قام بغزو الكويت عام تسعين ولغم كل ذلك لا يبدو أن الإدارة الأمريكية أجدت قراءة شخصية صدام حسين من الواضح أن الرجل يفقد أعصابه بسرعة كبيرة ويميل إلى العنف والدموية ويودح كرد بعد المحاولة الفاشلة لإغتيال رئيس الوزراء العراقي عبدالكريم قاسم فر صدام حسين إلى مصر حيث التقدته المخابرات الأمريكية ثم عاد صدام حسين بأمان إلى بغداد حيث بدأ يسعد السلم السياسية بسرعة مذهلة وقد أصبح رئيس الجهاز الخاص وهو جهاز مخابرات مرعي تابعا لحزب الباث العراقي حاكم في ذلك الوقت ومن هذه النقطة وبمساعدة المخابرات المركزية الأمريكية واصل الرجل مؤامراته ومذبحه التي تهدف إلى إخلاء الطريق أمامه نحو السلطة المطلقة في العراق ويتابع كرد بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 وفقدان أمريكا لنظام الشاه الحاكم في إيران الذي كان يعد من أستقاء أمريكا في المنطقة بدأت المخابرات والإدارة الأمريكية تخلع اللقب على صدام حسين الذي سعد للحكم وعقيام الثورة في إيران ويضيف كرد هنا عندما تحولت إيران من أقوى حلفاء أمريكا إلى ألد أعدائها بعد الثورة شن صدام حسين حرباه ضد إيران حيث تمتع بدعم أمريكي غير محدود ووفرت له الولايات المتحدة الأمريكية كل ما يحتاج له من أسلحة بما في ذلك الأسلحات الكيميائية والبيولوجية والمعلومات الاستخباراتية عن إيران وقواتها بل إن وزير الدفاع الأمريكي الحالي دوند رونسفلد زار صدام حسين في أحد خصوله مبعوثا خاص للرئيس الأمريكي في ذلك الوقت روندريغان عام 83 ليقدم له شيكا على بياد يضمن حصوله على كل ما يحتاج إليه من أسلحة ودخيلة من الترسنة الأمريكية ويواصل كرد بعد أن قام القادة الأمريكيون بتدريب صدام حسين على كيفية استخدام كل هذه الأسلحات المتطورة التي حصل عليها من محازن الجيش الأمريكي خلال الثمانينيات تصرف الرجل بنفس الحماقة التي تصرف بها الرئيس البنامي الأسبق الجنرال مانويل نوريغا فقد عد صدام حسين اليد الأمريكي التي أطعمته عندما قام بغزو الكويت عام 90 التي تعد واحدة من أهم مناطق المصالح البترولية الأمريكية في العالم وقد تحولت الكويت بعد ذلك إلى محاطة أساسية لانتلاق القوات الأمريكية التي فرضت العقوبات الدولية للعراق على مدى أكثر من 12 عاما منذ حرب تحرير الكويت عام 91 ويقول كورت والآن فإن الولايات المتحدة التي أنفقت مليارات الدولارات لتنصيب ديكتاتور عراقي ومسندته على مدى سنوات طويلة أنفقت مليارات أخرى للإطاحة به ومن المنتظر أن تنفق المزيد من أجل إقامة حكومة عراقية جديدة مستقرة ولكن هذا يتوقف على عدم لجوء واشنطن إلى الخيار السهل وهو تنصيب ديكتاتور جديد يخدم المصالح الأمريكية الضيقة ويحتج إلى عشرة وعشرين عاما حتى تكتشف أمريكا أنه أصبح خطرا على مصالحها فتنفق الجهد والمال والدماء من أجل التخلص منه وقد يكون من الطريف هنا أن نروي ما كان قد تم الكشف عنه قبل إعدام صدام من تفاصيل الحوار بين صدام رامسفيلد وبما يؤكد الخداع والزيف الأمريكي كما جاء في محضر الاجتماع الذي تم تسريبه بين صدام رامسفيلد من مصادر أمريكية موثوقة وهذا هو نص المحضر في بداية الحديث كان الرئيس صدام يبدو هادئ للغاية ربما يكون قد فوجئ بأن ضيفه هو رامسفيلد إلا أنه لم يبدو عليه أي تواتر عصبي بدأ رامسفيلد الحديث بالقول رامسفيلد لقد جئت للقائك لأتفاوض معك حول الموقف في العراق لقد أجرينت صلاة مع بعض أنصارك داخل وخارج العراق وقد نزحون بأن نستمع إليك صدام حسين وماذا تريدون لقد احتلت قواتكم أرض العراق الأبي وأسقطت من نظام الحكم دون سند من شرعية واعتديتم على سيادة بلد حر مستقل لسيادة وارتكبت جرائم سيسجلها التاريخ ليكون شاهدا على حضرتكم المخدبة بالدماء فما لا تريدون بعد ذلك رامسفيلد يحاول أن يكتم غيدة لا داع للخوض في الماضي لقد جئت خصيصا لعرض عليك عرضا واضحا ومحددا وأريد أن أسمع منك إجابة واضحة ومحددة صدام حسين ساخرا أظنك جاءت للأعتدار وإعادة السلطة للعراقيين رامسفيلد ليس هناك من أعتدر عنه لقد شكلت خطرا على جيرانك وأسعيت لمدلك أسلحة ضمان شامل ومارست الدكتاتورية على شعبك وكانت طبيعيا أن نمد أيدينا لشعب العراق لنخلصه من المخاطر التي وجهته على مدى أكثر من ثلاثة عقود صدام حسين أعرف أنك جاهل بالتاريخ وأعرف أن رئيسك لا يقل جهلا ولكن يبدو أنكم دللتم تكذبون حتى صدقتم أنفسكم إذا كنت تقصد جيرانا لكيان الصهيوني فنحن فعلا كنا نشكل خطرا ونعد العد لتحرير أرض المختصبة في فلسطين وهذه أمنية كل إنسان عربي وليس أراقيا فقط فهذه الأرض عربية وشعبها عربي والصهيين هم الذين حتلوا الأرض وجاءوا إلينا من كل أنحاء العالم بمساعداتكم منتم وقوى الاستعمال القديم أما إذا كنت تقصد الكويت فأريد أن نسلك هل انسحبتم من الكويت أم لا رامسفيد هذه قضايا أمنية ثم إنه بيننا وبين الكويت ودول الخريج الأخرى اتفاقات أمنية لقد جئنا بناء عطرب منهم لحمايتهم من تهدي ذاتك صدام حسين أليس مضحكا أن يأتمنى الذئب على الخراف إن شعب الكويت شعب عربي والكويت هي أرض عربية ولذلك أدعوك أن تقرأ التاريخ جيدا وإن كنت على ثقة أنك أنت الصعبة رامسفيد دعك من هذا الهراء أنا أعرض عليك صدام مخطعا قبل أن تعرض علي بداعتك الفاسدة أنا أسألك هل وجدتم أسلحة الضمان الشامل في العراق أم لا رامسفيد مرتبكا لم نعثر عليه حتى الآن لكن حتما سنعثر عليها في يوم ما هل تنكر أنه كنت لديك نوائي لصناعة قنبلة نووية صدام لم تكن لدينا أسلحة ثمان شامل منذ عام 91 لقد كنا صادقين ونحن نتحدث مع بعثة تتيشي الدولية وكنا صادقين في رسائلنا إلى كوفي عنان وكنتم تعرفون هذه الحقائق لكنكم كنتم تبحثون عن أي ذي رائعة كذبة لإحتلال العراق وإسقاط سلطته الشرعية رامسفيد لقد استقبلنا العراقيون بسعادة بالغة ورحبوا بنا وكان السبب هو ممارسة نظامك الدموي على مدى كل هذه السنوات التي حكمت فيها العراق صدام أرجوك سيد رامسفيد كفاك كذبا فأنتم الذين فجرتم شلالات الدماء على أرض العراق لقد تأمرتم علينا وجئتم ببعض الخوانة ليحتلوا السلطة على أرض العراق العظيم رامسفيد من تسميهم خوانة اخترهم الشاب العراقي قادة له بطريقة ديمقراطية وانتخابات نازيهة لم تحدث في ذل حكمكم للبلاد صدام لقد عرفت أنكم جئتم بجوقة الخوانة وفي مقدمتهم الطالباني ضحك ساخرا العراق العظيم يحكمه الطالبان والجعفري ألا يدعو ذلك للسخرية؟ ثم عن أي انتخابات تتحدث هل يجوز أن تجري انتخابات حرى كما تقول في ذل احتلالكم لبلدنا؟ يا سيد رامسفيد لقد تعلمنا من التاريخ أن المحتل يأتي إلى بأعوانه وعملائه ثم تريد بعد كل ذلك أن تقنعني بأن شعب العراقي تماتوا بالحرية والديمقراطية إنك حقا تهدي رامسفيل ديكتوم غيده بشدة أنت معزول لا تعرف حقائق ما يشري في الخارج إن الشعب العراقي تحرر من ظلمك ولو رأوك أنت أي من رجالك في الشارع لفتك بكم صدام وأن أراحنك إذا استطعت أن تعلن عن مكان تواجدك في العراق لو علمت المقاومة العراقية بمكانك لما استطعت أن تخرج حيا إنني أريد أن نسدي نصيحة إلى رئيسك الغبي عليك أن تبلغ ألا وهي أن ينقذ ما تبقى من جنوده إن الموت يحاصرهم من كل مكان والتاريخ لن يرحمه رامسفيد لقد جاءت للحديث معك حول عمليات الإرهاب التي يحرض عليها رجالك وينفذونها لقد قام رجالك مؤخرا بعملية دنية سادفة جن أبو غريب حيث أصبوا وقتلوا أكثر من خمسين أمريكيا كما أنهم قتلوا عدد من المقبود عليهم بطهم مختلفة إن رجالك يستعيلون بإرهابيين من كل أنحاء العالم وهم يهددون تجربة الديمقراطية في العراق صدام حسين وما هو المطلوب بالضبط؟ رامسفيد أنا أعرض عليك عرضا واحدا وهو أن يفرج عنك وتختار لنفسك منفى اختياريا في أي بلد تشاء بشرط أن تظهر على شاشة التلفزيون لتعلن إدانة الإرهاب وتطالب رجالك بالكف عن هذه الممارسات صدام حسين وهل حصلت على موافقة رئيسك على هذا العرض؟ رامسفيد نعم هذا العرض تم الاتفاق عليه في جسس شارك فيها الرئيس ونائبه ووزيرة الخارجية ورئيس جهاز الاستخبارات وقد كلفت بإبلاغك بهذا العرض صدام حسين إنه ثمن بخص رامسفيد مستعدون أيضا لإشراك عناصر مقربة منك في الحكم صدام حسين وماذا أيضا؟ رامسفيد سنقدم لك إعانة مالية محترمة وسوف يحفظ أمنك ومن وسرتك في البلد الذي ستختاره صدام حسين هل تريد أن تسمع شروطي؟ رامسفيد يا حبذا صدام حسين بلغة فيها كثير من الغرور والتعالي أنا أريد أولا منك أن تحدد لي جدولا زماني للانسحاب من العراق وأن تلتزم به حكومتكم أمام العالم وأن تبدأوا عمليات الانسحاب على الخور وأن أطلب ثانيا للفراج فورا عن كافة المعتقلين العراقيين والعرب في السجون التي أقمتموها أو تلك التي قيدتم فيها حرية عشرات الألوف من شرفاء العراق وأطلب ثالثا منكم التعاهد بتقديم التعويذات الكاملة عن الخصائر المادية التي لحقت بالشعب العراقي جراء عدوانكم على بلدنا منذ أم المعارك في عام 91 وحتى اليوم وأن أقبل بالاستعانة باللجنة الدولية وعربية لتقدير هذه الخصائر وأطلب رابعا أن تردوا الأموال التي نهيبها رجالكم من خزائن العراق ونقتفت نفته خاصة هذا المجرم بريمر وأزلامها من الخون والمارقين وأطلب خامسا إعادة الأثار التي سرقتموها فهذه كنوز لا تقدر بمال الدنيا لأنها تحمل تاريخ العراق وحضرته صحيح أنكم لا تملكون حضارة ولا تاريخا وأن عمر بلدكم لا يتجاوز بضعمئات من السنين ولكن كل ذلك لا يجب أن يبرر سرقاتكم وحدقتكم على حضارة العراق وثروة العراق وأطلب سادسا أن تسلموني أسلحة الضمار الشمل إذا كنتم قد عثرتم عليها وأن تعيدوا إلينا حياة كل الشهداء الذين أزهقت أرواحهم وأن تردوا شرف المجدات العراقيات الذي سلبتموه رامسفيلد هل هذا نوع من السخرية؟ صدام لا بل هذه هي الحقيقة المرة التي تعرفونها يا سيد رامسفيلد أنتم ارتكبتم أكبر جريمة في التاريخ ضد بلد عربي مسالم لقد التقينا سويا في الثمانينات هل تذكر عروضك؟ رامسفيلد دعنا من الماضي نحن بسدد إعادة تقييم مواقفنا منكم ومن العديد من القوى التي نصبتنا العداء في الماضي نحن قررنا أن نتحور مع الإسلاميين المعتدرين وليس لدينا منع في وصولهم للسلطة عبر صندوق الاقتراع بل الأهم من ذلك أننا قررنا أن نفتح قنوات للحوار مع منظمات إرهابية مثل حماس والجهاد وحزب الله الموالي لإيران وأيضا منظمات أصولية أخرى في العالم كله بل حتى لدينا مشروع للتصال بحركة طالبان في أفغانستان لدراسة مشاركتها في السلطة مقابل التخلي عن السلاح صدام إذن بعدأتم تعايدون التفكير في نهجكم الخاطئ رامسفيلد إن التطور الطبيعي للأمور نحن نسعي لنشر الديمقراطية في كافة البلدان والحركات الخاضعة للسبداد صدام حسين أفلحتم إن صدقتم أنا أعرف حقيقة أهدافكم وإذا كنتم صدقين حقا فعليكم أن تبدأوا فورا أنتم وحلفائكم الانسحاب من العراق وعليكم أيضا أن تراجعوا موقفكم الدائم لإسرائيل إنني أعرف أن رئيسك عنيد ومكابل ليس صدقا رامسفيلد إنه رئيس ديمقراطي منتخب وليس حاكما دموي مثلك صدام الإرهاب الصناعاتكم والكذب أسلوبكم رامسفيلد إن هذا العرض هو فرصة تاريخية لكم سنفرج عنك وسنتشعر معك في كل ما يخص شؤون الحكم في العراق إذا رفضت هذا العرض فالفرصة لن تعود صدام حسين أنا لا أبحث عن الفرص ولا أبحث عن طريق لإنقاذ رقبات من حبل المشنقة التي نصبتموها للعراق كله لو أردت ذلك لقبلت بالعرض الروسي وأنقذت ولدي وحفيدي من الشهادة أنا لا أعرف ما هو مصير أسرتي وبناتي وأحفادي ولكن ثق أنني مهتم بكل مواتر عراقي وبمستقبل العراق العظيم أكثر من اهتمامي بنفسي وأسرتي لقد سبق أن أعرضتم علي قبل ذلك عن طريق رجالكم أن أقر بأن أسلحة الضمار الشامل هربت إلى سوريا وقلتم إن الثمن هو الإفراج عني فرفضتها أنا ذا أكرر الرفض مرة أخرى رامسفيلد أنا لا أريد منك رفدا أنا أريد منك التفكير نحن نعاود تقييم مواقفنا في الوقت الراهن نحن نريد وقف الدماء التي تتفق من كل الجانبين ولذلك يأتي عرضنا من منطق القوة وليس من منطق الضعف لقد طلبنا من جلال طالباني أن يدلي بتصريحنا في فيه هيئة نوائي لإعدامكم كبادرة حسن نوائي منا ونحن لدينا السعداد لمراجعة موقفنا كاملا من العملية السياسية في العراق بأكملها وأن نتحاور معك ومع رجالك في هذا الأمر صدام هل أنتم مستعدون للانسحاب أم لا رامسفيد يمكن أن نبحث إعادة الانتشار إن قواتنا أعدت قواعد للبقاء فترة طويلة يمكن أن تنسحب من الشوارع والمدن ولكن سنبقى في القواعد لفترة من الوقت صدام حسين إذن أنتم تريدون عميلا جديدا يضاف إلى هذا الطبور من العملاء لا يسيد رامسفيد لا تنسى أنك تتحدث مع صدام حسين الرئيس دولة العراق رامسفيد لكنك خسرت السلطة صدام حسين لم يبقى لي سوى الشرف والشرف لا يباع ولا يشتع رامسفيد لكن الحياة لا ها قيمة لا تقدر صدام حسين لا قيمة للحياة بدون كرامة وأنتم سلمتم العراق كرامته عندما دستم أرضه وسوف نسترد كرامتنا سواء بقي صدام حسين أو استشهد رامسفيد إن أنصارك الذين تحاورنا معهم قالوا لنا أنك صاحب القرار الأول والأخير هل كانوا يتوقعون ردة فعلك؟ صدام حسين بالقطع هم يعرفون أن صدام حسين لا يستطيع أن يتراجع على حساب وتنه وكرمته رامسفيد التاريخ سيحملك مسؤولية الدماء التي تسال في العراق صدام حسين بل التاريخ سيحاكمكم على جرائمكم لقد حذرتكم من قبل وقلت لكم ستنتحرون على أسوار بغداد وهأنتم تدفعون الثمن أرق أن تذهب إلى لندن وتقرأ سجلات وزارة الخارجية البريطانية لتعرف بعض من ملامح كفاح الشعب العراقي في مواجهة أستقائكم البريطانيون الذين تكررون أخطاءهم وتشركونهم معكم الشعب العراقي شعب عنيد ولا يخاف الموت والمقاومة أقوى مما تستطورون ولذلك أبشركم بالمزيد جورج بيرو صدام بكى أمامك التفل لحدة سماعه قرار شلقه وعندما قررت المخابرات الأمريكية رفع السرية عن جزء بسيط ويسير من كنز المعلومات والملفات الهائلة التي تركمت من التحقيق مع صدام خلال فترة ثمانية أشهر كاملة وبمعدل سبع ساعات يوميا بموجب هذا القرار تمكن ضابطه من المخابرات الفيدرالية الأمريكية الـ FBI وهو رئيس قسم التحقيق مع صدام ويودع جورج بيرو من الحصول على موافقة بسرد جزء من وذكراته أثناء إجراء التحقيق اليومي مع صدام والتي استمرت لإحمانية أشهر ويلوي جورج بيرو في كتابه الذي يحمل عنوان مراقبة الإرهابي ودعه الصحفي في واشنطن رولد كيلسر الحائز على عدة جواز كيف أدر فرقة استجواب صدام بعدما قبضت عليه القوات الأمريكية في ديسمبر 2003 وكان بيرو يومها في الـ 36 من العمر ويشعل منصب رئيس لقسم مكافعة الإرهاب في مكتب التحقيقات الفيدرالي وهو يتقن العربية لكونه مولودا في بيروت قبل أن تهاجر عائلته الولايات المتحدة وهو في الثانية عشر من العمر ويسف بيرو صدام حسين بأنه مهوس بالنظافة موشرا إلى أنه حاز ثقته بعدما مداه بكميات كبيرة من فوط الأطفال الرطبة لتنظف يديه وبعد المأكلات مثل التفاح ومع أن صدام كان يصلي خمس مرات في اليوم خلال اعتقاله فإنه كان يحب النبيد والويسكي من نوع جوني وكر والسجار الكوبي وكانت تلفته النساء الجميلات ويقول كسلار في كتابه عندما أتت ممارذة أمريكية لأخطي عين من دمه قال صدام لبيرو أن يقول لها بالإنجليزية إنها فتنة لكن بيرو رفض ودحد بيرو لأعتقاد السيد أن صدام حسين كان غربا ما يلجأ إلى شبيه له في ظهوره العلني ويقول بيرو داحكا قال لي صدام إن أحدا لا يمكنه أن يقلده وكان موظف الأفبائي يوم بين خمس وسبع ساعات ويوميا مع صدام على مدى سبعة أشهر هي فترة المقابلات السمرت حتى يوليو أمه 2004 وأكد صدام لبيرو أنه ادعى أنه يمتلك أسلحة ضمان شامل فقط لإبقاء إيران خصمه على لذوذ في موقف حرش وكان يعتبر أنه قادر على استيناف البرنامج النووي ما أن ترفع قوات الأمم المتحدة عن العراق وخارج غرفة الاستجواب الرسمية يقول بيرو أنه وصدام كان يتناقشان في التاريخ والسياسة والفنون والرياضة وقد بدأ الرئيس السابق بكتابة قسائد حب على دفتر أعطاه إيهم ودف الأفبيعي وسأل بيرو صدام عن حملة الأنفال ضد الأكراد في أواخر الثمانينيات القرن الماضي التي قضي فيها الألاف خلال قصف مدينة حلبجة بأسلحة كيميائية عام 1988 وقال بيرو لكلسلر قال صدام إن هذا قررنا اتخذه ولا يريد الخوضة في هذه المناقشة وعلى سعيد عائلته قال صدام إنه كان حذراً من ابنه قسي والذي قتل مع شقيقه الأكبر عذي في أعملية أمريكية بالموصل في يوليو عام 2003 ورغم كرحيه للرئيسين الأمريكيين الذين شن حرباً عليه وهما جورج بوشلاب والأبن كان صدام حسين يحب الأمريكيين معرباً حتى عن أعجبه بالرئيسين نورالدريكون وبيل كلينتون وأقر صدام حسين بارتكابه خطأ أنتكتكياً في تعامله مع بوشلاب والأبن مستهيناً من قدرة الجيش الأمريكي خلال حرب الخليج الأولى وبعدم تصديقه أن بوشلاب جدي في اجتياح العراق وفي نهاية عمليات الاستجواب يقول بيرو إن التأثر غالب على الرئيس العراقي ويروي جلسنا خارجاً واشعل كل منا سيجاراً كوبياً واحتسين القهوة تبادلنا أطراف الحديث وكان في حوزة صدام مسدس عندما قبض الأمريكيون عليه في تكريت وكان بإمكانه أن يطلق النار على نفسه لكنه لم يفعل مع أنه كان يعرف أنه يواجه احتمال الحكم بالإعدام ويقول بيرو إن الإعدام كان ليختم هدفه أكثر وهو المحافظة على إرثه ومكانته في التاريخ ولم ينم صدام حصين على أي شيء حتى اللحظة الأخيرة قبل إعدامه شنقاً نهاية عام 2006 ويقول بيرو رغم ذلك كان رطيفاً ومهذباً يتمتع بالكريزما وحص الفكاهة نعم كان جديداً بأن يحب ويقول الضابط المحقق بيرو أنه ذهب في اليوم الأخير للقاء صدام قبل إعدامه بيوم واحد وأخذ معه سيجاراً كوبياً من النوع الفاخر أعدد اثنين إلى صدام وشلس معه ليودعه لأن الزيارة كانت زيارة ودعه وإذا به يفاجأ بصدام يبكي وينتحب كالتفل عندما قرر له بأن هذا اللقاء هو الأخير بينهما فأدرك صدام أنها النهاية فعلاً طبعاً لا يسهب الضابط كثيراً في ذكر تفسيرات أخرى نقلتها مواقع حبرية في حينها كيف أن صدام نهار واحد يتوصل لإبقائه حياً وأنه لا استعداد لخدمة السياسة الأمريكية في العراق وفي المنطقة وقال بيرو أن صدام لم يكن يحرص أن يظهر نفسه بأنه متعلق بالقرآن إلا أنه كان أيضاً يحب شيئين آخرين وهم الويسكي والسيجار ونقل بيرو أن صدام قال له أيضاً إن آراء والسياسات الرئيسين بالكلينتون وركاً متشابهة مع تطلعاته وعفكاره إلا أنه يشعر بتفوت كبير تعرض بينه وبين الرئيس بوش والده بريماكوف حاولت توسط ولكنه حاول اغتيار البرزاني ويحتل صدام أيضاً جزءاً غير قليم وذكراته فيجني بريماكوف رئيس وزراء روسيا السابق من وقايا خبرات الرجل كمراسل لسحفة برافدا أثناء الاتحاد السوفيتي السابق ثم كرئيس للمخابرات الأفسبي وهي وريث الكيجيبي بعد انهيار الإمبراطورية السوفياتية فوزير خارجية ثم رئيساً للوزراء روسيا في عهد الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين في مذكراته التي تحمل عنوان في قلب السلطة والتي نشرت مؤخرة في موسكو وباريس وعدد من العواصم الأخرى يقول أنه كان حاضراً أيضاً أثناء عمله كمراسل في بغداد عندما سلت مجموعة صدام البعثية على السلطة في العراق وأنه كان يعرف منذ البداية أن القوة الحقيقية خلف واجهة النظام الجديد هو صدام حسين التكريتي وعلى الرغم من أنه كان مازال صحفياً إلا أنه كان يباشر مهمة سلام بين بغداد والأكراد الذين يقودهم المل مصطفى البرزاني ويفلح في عقد هدنة غير أن صدام حاول بعد أيام اغتيل البرزاني عبر جهاز السلطة وكان يحتوي على قملة موقوتة ويعلق بريماكوف قائلاً إنه كان من الواضح أن هذا هو العمل الذي يجيده صدام ويسف بريماكوف شخصية صدام بأنها كانت وحشية غالباً ما تميل إلى القسوة قوة الإرادة الاستثنائية العناد في التصرف بطريقته الخاصة التصميم على تحقيق هدفه بأي ثمن وعدم القدر على التنبؤ بفعله ومع ذلك فإن بريماكوف يقول إن صدام كان يثير بين حين وآخر حساً بالواقعية خصوصاً عندما يشعر بأن قبضته على السلطة قد تكون في خطر وبكلمات أخرى فإنه مستعد لفعل أي شيء من أجل البقاء في السلطة ويعيد بريماكوف ذلك إلى إثارة شكوك صدام التي تقرب من جنون الالقياب بكل شيء وبكل شخص والبطانة نفسها مسؤولة عن تعزيز أوهم صدام ومنعه من تقدير واقعية الموقف الجزء الأكثر إثارة الاهتمام في كتاب بريماكوف هو روايته لمهمة التي فشلت في منع وقوع حرب 91 لتحرير الكويت فبريماكوف يدفع عن قضية قوية مفادوها أن صداماً كان يتصرف على ذلك النحو لأنه كان مقتنعاً بأن الأمريكيين لنستخدموا القوة ضده ويزعم بريماكوف أيضاً أن صدام كان سينسحب من الكويت لو أنه أعطي فرصة للقيام بذلك ويؤكد أيضاً أن صدام كان قد بدأ يلين في يناير كانون الثاني واحدة وتسعين ولكنه لم يستطع منع الهجوم الأمريكي لأن واشنطن كانت قد قرر تدمير مكينة الهيش العراقي على كل حال بيركنز هكذا لعبنا بصدام لاستنزاف ثروات العراق وفي مذكراته التي يحملها كتابه السفاح الاقتصادي التائب الصادر عام 2004 يروي جون بيركنز كيف نصبت واشنطن الفخة لصدام بهدف استنزاف ثروات العراق وفي هذا الكتاب يحكي جون بيركنز قصة تمسرته من خادم المتحمس الإمبراطورية إلى نصر المخلص لحقوق المقهورين والمقموعين كانت قد جندته سراً وكالة الأمريكومي الأمريكي وعمل معها تحت غطاء عمله في شركة استشارية دولية وأتح له عمله في هذه الشركة أن يجوب العالم فزر أندونيسيا وبرنامو والكوادور وكولومبيا والعربية السعودية وإيران وغيرها من الدول المهمة على الصعيد الاستراتيجي وكانت مهمته تطبيق السياسات التي تقدم صالح تعالف الأمريكي يدم الحكومة والمصارف والشركات الكبرى وفي الوقت ذاته تعمل على تسكين الفقر بإجراءات ظاهرية أي السياسات التي أثرت عداء العديد من الأمم وأدت في نهاية المطافي للحد عشر من سبتمبر وتنامي الكراهية للولايات المتحدة ويذكر المؤلف أن الولايات المتحدة عبر السفاحين الاقتصاديين ومن دمنهم المؤلف حاول تطبيق اللعبة ذاتها للعراق يقول المؤلف عن تجربته في هذا المجال إن إدارتي بوشل أبو ريجن كانت عازمتين على تحويل العراق إلى دولة تابعة لواشنطن وكانت هناك أسبوع عديدة تدفع صدام حسين إلى اتباع النموذج الذي سألت عليه الولايات المتحدة مع الدول الثارية بمواردها فقد كان يقبلت هذه على ما تحقف فيها من مشاريع يسير لها لعابة كما كان يعلم أنه إذا ارتبط مع واشنطن من مثل هذه المشاريع فسوف يحضى منها بمعاملة خاصة فيما يتعلق بتعاطيفه مع القانون الدولي وسوف تتغادع عن بعض أفعاله ويقول المؤلف كان وجود السفحين الاقتصاديين في بغداد قويا خلال ثمانينيات القرن الماضي وكانوا يعتقدون بأن صدام سوف يبصر النور في نهاية المطاف وكان علي أن نتفق مع هذا الافتراض فلو أن العراق توصل مع واشنطن الاتفاق في أحيان كثيرة وسوف نكون في غاية السعادة بأن نقدم له سندات الحكومة الأمريكية مقابل دولارات النفط ومقابل وعوده لنا باستمرار تزويدنا بالنفط ومقابل صفقة يتم بمجبه استغلال أرباح السندات في تأجيل الشركات الأمريكية لتحسين أنظمة المنية التحتية في العراق والاستحدث مدر جديد وتحويل الصحراء لواحات خضراء وسنكون نغيبين في باعه دبابات وطائرات المقاتلة وفي بناء مصانعه الكيموية والنووية مثل ما فعلنا من قبل في عدد كبير جدا من الدول حتى لو كانت مثل هذه التقنيات يمكن أن تستخدم في إنتاج أسلحات متطورة ويتحدث المؤلف عن أهمية العراق بالنسبة للعراق المتحدة فيقول كان العراق في غاية الأهمية لنا بل أهم بكثير مما يبدو عليه على السطح وخلاف الرأي العام الشائع لا يتعلق الأمر بالنفط فقط بل يتعلق بالمياه والجغرافية السياسية كذلك ولأن نهري دجر والفرات جريان عبر العراق فإن العراق من بين كل دول ذلك الجزء من العالم يسيطر على أهم موارد المياه ذات الأهمية المتزايدة إلى درجة حرجة وخلال ثمانيات القرن الماضي كانت أهمية المياه السياسية والاقتصادية تتضيح شيئا فشيئا لمن يعملون منا في مريل التاقة والهندسة وفي غمرات الاندفاع نحو الخصخصة أصبح العديد من الشركات الرئيسية التي كانت من قبل تتطلع للقيام بمهم شركات التاقة المستقلة الصغرى يمنت بصره نحو خصص أنظمة المياه في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط ويتابع المؤلف بالإضافة للنفط والماء يحتل العراق موقعا استراتيجيا جدا فهو يتاخم إيران والكويت والمملكة العربية السعودية والأردن والسورية وتركيا وله ساحل على الخليج العربي فهو على مسافة تسمح بإطلاق الصواريخ على إسرائيل وعلى الاتحاد الصوفيتي السابق ومن الشاء اليوم أن من يسيطر على العراق يملك مفتاح السيطرة على الشرق الأوسط وفوق كل ذلك كان العراق يشكل سوقا ضخما تدل التكنولوجيا والخبرة الهندسية الأمريكية وكونه يجلس فوق واحد من عظم حقول النفط في العالم يدمن أنه في ودع يخول له تمويل برامج دخمة تتعلق بالبنية التحتية والتصنيع وكان كل اللاعبين الرئيسيين يمدون أبصارهم نحو العراق شركات الهندس والبناء مزود أنظمة الحسوب أصحب مصانع الطائرات والسواريخ والدبابات وشركات تصنيع الأدوية والكيميويات غير أنه من الواضح أن صدام في أواخر ثمانينيات القرن الماضي لم يكن مقتنعا بسيناريو السفحين الاقتصاديين وكان ذلك يسبب خيبة أمر وديقا عظيمين لإدارة بوش الأب وبينما كان بوش يبحث عن مخرج لذلك أوقع صدام نفسه بنفسه حين غز الكويت في أغسط الساب 1990 ورد بوش بإدانة صدام بخرق القانون الدولي رغم أنه لم تكن قد مدت سنة على قيام بوش نفسه بغزون انفراضي غير شرعي لباناما ولم يكن الأمر مفاجئا حين أمر الرئيس بوش أخيرا بشن هجوم عسكري شامل وأرسل نصف مليون جندي أمريكي كجزء من قوة دولية وخلال الشهور الأولى من سنة 91 شن هجوما جويا كاسحا على الجيش العراقي على الأهداف المدنية يقول المؤلف إنني أعتقد أنه تحت سطح الخطاب الوطني والدعوات المنادية باتخاذ عمل ما كان هناك تحول أهم وأعمق يكتنف ندرة أصحاب المصالح التجارية الأمريكية ومن ثم معظم الناس الذين يعملون لدى الشركات الأمريكية للعالم لقد أصبح الزحف نحو تكوين إمبراطورية كونية أمرا واقعا وكانت الخسخصة تحفز ضروبا عميقة في نفوسنا ورغم أن مؤلف الكتاب لا يتعاطف مع صدام حسين بل يشبهه بهتلر في بعض المواضيع في الكتاب إلا أنه يقول لا أستطيع إلا أن أتساءل كم من الناس يعرفون مثل ما كنت عارف أن صدام كان سيدل في السلطة لو أنه وافق على المشاركة في اللعبة ولو فعل لكانت لديه الآن سواريخه ومسانئه الكيموية وكنا قد بدعناها له ولكن خبراءنا الآن يشرفون على تطويرها وتحديثها وصيرتها وكانت صفقة رائعة جدا شيراك المخابرات الأمريكية أشعت أن صدام اشتراني يوميت كتاب مجهول الإليزي لثام عن الجوانب الخفية في حياة الرئيس الفرنسي جاك شراك الذي أعلن اعتزال السياسة للتوجه إلى خدمة فرنسا بطريقة نقرة لم يفسح عن طبيعتها حتى الساعة صدر كتاب مجهول الإليزي لكتبه والصحفي الفرنسي بيار بيان عن دار نشر فيار يقع الكتاب في خمسمائة صفحة ويروي سيرة الرئيس جاك شراك من خلال 12 مقابلة أجراها بيار ذو الميولي اليسارية وهي أيضا عبارة عن نوع من المذكرات أو السيرة الحياتية بصورة الرئيس والكاتب ويصلت الكتاب الدوء على جوانب كثير من شخصية الشراك حين يكتشف القارئ أن معظم الذين كتبوا على رئيس الجمهورية يجهلونه ويظهر بيار أن الشراك واسع الثقافة ملم بالتاريخ خاصة آسيا والصين وهو مولع بالحضرات الإفراقية والصينية بينما يسف بعض الصحفيين الفرنسيين الشراك بأنه أمي وجاهل في المجال الثقافي جاك شراك الذي ظهر وفيا لمبادئ الجمهورية الفرنسية وللعدالة الاجتماعية في آخر خطاب له قبيل الرئاسيات الفرنسية يغس في الحوارات الاثنى عشرة التي عهد بها إلى مؤلف الكتاب ياربيان طيلة ثلاثين ساعة في خفايا السياسة الفرنسية ما جعل المؤلف الجديد يتجاوز الصورة الكاريكوتورية المتدول عن الرئيس الفرنسي بالتطرق إلى تفاصيل حياة الرجل ومواقفه السياسية بأعجابه بالرئيس العرقي صدام حسين ودعمه لنسل مندلا منذ ستينيات ومعاداته للنظام التمييز العنصري في جنوب إفريقيا وشغفه بالرئيس الفرنسي الراحل فرانسوان متران بسبب ذكائي وثقافته الواسع ووصفه لساركوزي مرشح حزبه للرئاسة بالليبرالي ويظهر الكاتب اعتماد الشراك في بدايته على العرب لفرد امتداده وامتداد فرنسا عالميا كما يبرز اعجابه باليهود وانتقاده للامريكيين الذين يرغبون حسب ميرا في فرد وجهات نظرهم ويأتي الكتاب في صغة تزاوج بين سيرة الحياة والسيرة الذاتية ليعرف بشخصية رئيس يجهله الفرنسيون أنفسهم حسب المؤلف بير بيان على الرغم من سيطرته على زمام الأمور في فرنسا منذ عشر سنوات كاملة بتاريخ السابع عشر يناير وبينما زادت عصب المسؤولين الأمريكيين شيئا فشيئا اتجاه باريس زار بليكس والبردع المسؤولين على عملية التفتيش عن الأسلحة النووية في العراق باريس حيث التقي الرئيس الفرنسي جاكشراك وشكراه خلال ندوة صحفية عقداها بعد لقائهما معه أكد البردع في مداخلتها أن فرنسا لعبت دورا أساسيا وكانت دوما في قلب المسار المتبع لنزع سلاح العراق في الماضي وتغسل الآن في بدل المجهود نفسه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وعلى صعيد آخر انزعجت واشنطن من التقارب الذي حصل بين المستشار الألماني جرهد شريدر والرئيس الفرنسي جاكشراك خلال صيف 2002 فشريدر بنى حملته الانتخابية على معارضته للحرب على العراق واتخذ خطابه لهجة مناحدة للولايات المتحدة الأمريكية وفور انتخابه تقرب من الرئيس الفرنسي وهو الذي كان تجمعه علاقة باردة بالشراك منذ حام 98 بسبب السياسة الزراعية المشتركة بين البلدين وتقديره بأن ألمانيا لا تحوز على مكانة لائقة في المؤسسات والهيئات الأوروبية وقد لحظ الجميع هذا تقارب بتاريخ الثاني والعشرين من يناير في قصر فرساي خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لمعاهدة الإليزي وجمعت ألاف المنتخبين الفرنسيين والألمان وهناك أثبت المستشار الألماني والرئيس الفرنسي أنهما أعطيان نفسا جديدة للعلاقات بين البلدين أكده مجلس الوزراء المشارك بينهما لما أدفاهم صيغة جديدة على العلاقات الجديدة كانت القضية العراقية أول أسباب عودة عريي الصداق بين البلدين مثل ما يؤكده الرئيس الفرنسي جاكشرا في قوله العالم يواجه ودعيات متأزمة في كل القارات وبالطبع في العراق حيث التحدي كبير جدا الحرب ليست حتمية والإطار الوحيد الذي أرى أنه يدمن حلا شرعي للقضية هو الأمم المتحدة وقد بادرت فرنسا وألمانيا إلى تشارف فيما بينهما لإحلال السلام شريدر هكذا انقلب الحال بسبب عراق صدام ويروي شريدر في مذكراته تفاصيل تأثير الأزمة العراقية على العلاقة بينهما لقد غيرت الفترة التي سبقت الحرب على العراق ثم فترة الاشتياح الأمريكي بعمق علاقة الشخصية بجاك شراك وفلاديمير بوتين كنا متقاربين جدا وتعلمنا كيف يثق الواحد منا بالآخر في بداية عهدي وعلى الخصوص خلال قمة الاتحاد الأوروبي تحت رئاسة برلين عام تسعين كانت لي علاقات بعيدة بالرئيس الفرنسي وفي كثير من الأحيان شباه البرود ولكن من جهة أخرى جاك شراك شخصية نجيب التقرب منها كلما سمح الأمر بذلك لاكتشاف من يختبئ وراء مآتي هذا الفرنسي ذي القناعات الثابتة والشجاعة لقد سهلت برانديد شراك من جانبها كذلك هذا الفتاح وهناك أيضا عائلات بمن فيهم زلتي وأولادي وبواسطتهم لمت علاقة بيننا فالشراك كن محبة وحنانا كبيرا لفكتوريا ابنتنا الروسية التي تبنيناها منذ فترة وكان يتواصلان عن طريق الهاتف من وقت لآخر كان يتوافقان دائما حتى وإن لم يفهم أحدهم الآخر في غياب المترجم وإذا ما كانت الأزمة العراقية قد أدت إلى إحداث تقارب فرنسي ألماني فإنها في المقابل سببت أزمة كبيرة في أوروبا وقد أظهر الأمر تصريحا أن رسالة صدر في الموضوع لقد نشرت الورستريت جونال رسالة وقعها كل من توني بلير وخوزي ماريا أزنار وسيلفيو برلسكوني بالإضافة إلى رأساء دولنا وحكومات كل من البرتغال والدنمارك وجمهورية تشيك والمجر وبولونيا وتؤكد الرسالة أن الرابط الأساسي الذي يجمعنا هو دمان حريتنا فلا الهيئات الأوروبية ولا فرنسا ولا ألمانيا اخترت بما تمت المصادقة عليه في بروكسل فباريس وبرلين تنحت بعنف عن البيت الأبيض ونسبت لبراسيون في ذلك للشراق قوله هذا غريب تكلمت هاتفيا لتوئي مع توني بلير ولم ينبس بمن تشف في الموضوع أيام من بعد اندمت خمس دول الاتحاد الأوروبي من بينها سلوفينيا وسلوفاكيا فيما تأجل اندمم كل من الرومانيا وبولغاريا ولم تتحصر ثلاث دول هي كرواتي وألبانيا ومقدونيا وكلها وقعت إعلان في لينيوس لم تكن كلمة أزمة قوية حتى تطلق على ما حصل في أوروبا فاصلين بذلك أنصر اتحاد أوروبي متعاطف ومقرم من الأمريكيين عن أولئك الذين يرمون إلى بناء اتحاد أوروبي مستقلين عن الولايات المتحدة الأمريكية اشتعلت الآلة الأمريكية بتاريخ الخمس من فبراير عام 2005 عندما أظهر كولين باول صورا وتقارير ترصة هاتفي تشير إلى أن العراق يخبيه طائرات تجسس عن دول طيارين بإمكانها رش جلانها ودول أخرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية بالجلاثيم والبكتيريا كما تشير إلى حركة مشتبه فيها للشاحنات باختصار فالعراق حسبه بسدد إغراق المفتشين في الطحين بعيدا عن الحقيقة شككت الاستخبارات الفرنسية فيما قدمه كولين باول ولتنتقى مديريات الاستخبارات العامة بسرعة في تحليل ما جاء على لسان المسؤول الأمريكي واستخلصت أن لا جذد ذرة ولا إثبات موضوعي ضد العراق ولم تؤكد غير المناورات التي التقذت صور لها عبر الأقمال الصناعية وهو أمر لا يكفي على الإطلاق للإذانة حسب الاستخبارات الفرنسية واستند باول في حديثه عن العلاقة التي تجمع بين عراق والقاعدة عن طريق الزرقوي إلى اعترافات الموقفين غير أن الاستخبارات الفرنسية على اطلاع بهذه الاعترافات لكنها لم تستنتج النتائج نفسها كانت الاستخبارات الفرنسية تتقاسم من التحليل الذي قدمته نادرتها الأمريكية لكنها أشرت إلى غياب إثباتات بحيث أنها لم تكن متأكدة من أنها نبيب الألمنيوم التي اشتراها العراق موجهة إلى الصناع النووية توجه الرئيس الأمريكي بتاريخ السادس من فبراير الرئيس العراقي صدام حسين بالقول أن اللاعب صار مكشوفا بعد أن اطلع على بارحين كورين باول حول امتلاك العراق لأسلحة نووية لكن الشراك هاتف بوش بتاريخ السابع من فبراير في حدود الخامس مساء وأكد له وجوب تفادي الحرب لأن المفتشين يؤكدون بأنهم توصلوا إلى نتائج جيدة وعالين اتباعهم شكرا جاك أنت رجل منسجم وأقدر ذلك وأنا أيضا لأحب الحرب ومن المهم أن تعرفوا بأن صدام حسين يمثل خطرا مباشرا على الشعب الأمريكي بعد هذه الجملة الصادمة أعرف الشراك أنه لن يستطيع إقناع الأمريكيين لكنه فكر في مرحلة ما بعد الحرب وقال علينا أن نعثر على أنفسنا لكن بوش أجاب شكرا تحاليل مختلفة وأن أسر على ما قدمناه على رغم من كل شيء أعاد الشراك عرض حججه عتى لا تقوم الحرب لينهي المكالمة بالقول باختصار لدينا مقربتان مختلفتان احترمون لم يتبادل رجلان أي محادثة طيلة 9 أسابيع إلى غاية الخمس عشر من أوريل 2003 غير أن الإدارة الأمريكية رجأت إلى كل الأسليم حتى يغير الرئيس الفرنسي موقفه وعلى الخصوص نشر إشاعات ويقول الشراك أن وكلة الاستخبارات الأمريكية حاولت عيدا تشرح بأن صدام يحتمل أن يكون قد اشتراني ولم يحرك الأمر في شيء لقد كررت بأنهم يتجندون في عملية تنتهي إلى تفيل العراق ثم العالم كله لأن الحرب الأهلي ليست حلا لأحد وهو بالتبط ما يحصل في الوقت الراهن سانشيز لهذا لم يسقط بوش الأب نظام صدام حسين وصف ريكاردو سانشيز القائد العسكري الأمريكي الذي قادت قوات التحالف في العراق لمدة عام ابتداء من شهر يونيو عام 2003 الاستراتيجية التي يتبعها الرئيس الأمريكي جورش بوش الأبن في العراق بأنه فشل كارثي وكابوس لا نهائة له وهو التصريح الذي عاد ترحى الصراع التقليدي بين المدنيين والعسكريين في الإدارة الأمريكية ونموذج إبعاد كولين باول صاحب الخبرة العسكرية من صناعة القرار في الحرب على العراق يعد برهن على هذا الصراع حيث صرح باول لمقربيه بأن جماعة بول والفويتس والمدنيين في إدارة جورش الأب ودعته في الثلاجة وما تحتاج إليه خرجوه منها كما جاء في كتاب بوش محاربا لبوب وودرد وعلى عكس هذا الصراع التقليدي من المدنيين والعسكريين في الإدارة الأمريكية فإن التوافق كان كبيرا في إدارة بوش الأب بين حسابات العسكريين الذين كان يقودهم كولين باول كقائد للأركان العسكرية والخارجية التي كان يقودها جيمس بيكر ويتضح هذا التوافق والتقارب من حسابات الخسارة السراتيجية الكبرى التي ودعتها إدارة بوش الأب في حالة الإطاحة بصدام حسين في فترة ما بعد تحرير الكويت وفي حينها كانت القوات الأمريكية على مرمى حجر من قصر صدام حسين وكل هذه الحسابات وثقها جيمس بيكر في مذكراته التي عنوانها بالسياسة الدبلوماسية وهي حسابات تتكبد إدارة بوش الأب خسائرها عندما أقدمت على الإطاحة بنظام صدام حسين واحتلال العراق أولى الخسائر الاستراتيجية التي ودعتها إدارة بوش الأب في حالة الإطاحة بصدام حسين بعد تحرير الكويت أن يتحول صدام لبطل قومي وأن تتحول عملية تحرير الكويت إلى غزو أمريكي للعراق وهو ما كانت تعتبره إدارة بوش الأب بالأمر السخيف من وجهة نظر عملي على حد تعبير جيمس بيكر ثاني الخسائر الاستراتيجية أن العراق يفتقد لمعارضة ديمقراطية منظمة وهو ما يسمح بإقدام الجنود الأمدنيين الأعراقيين على مقاومة السلاء العدو على بلدهم بدروة لم تحدث في ميدان المعركة في الكويت ثالث الخسائر الاستراتيجية أنه في حالة الإطاحة بنظام صدام حسين أو وقوعه في الأسر ستظل القوات الأمريكية تواجه شبح الاحتلال العسكري لأجر غير معلوم لتهديئة البلد ودعم الحكومة الجديدة التي تتذولى السلطة ويقينا ستؤدي حرب المدن إلى سقوط خسائر بشرية بين جنود الأمريكيين مما سيثير على صفة سياسية في الداخل وانتقادات كثير من الحلفاء ثم انتفكك التحالف رابع الحسارة الاستراتيجية التي حسبتها إدارة بوش الأب في حالة الإطاحة بنظام صدام حسين حسب مذكرات جيمس بيكر أن دعف العراق سيفيد منال إيران الذين سيتحالفون مع شيعة العراق وسرعان ما يتحولون إلى قوة هيمنة إقليمية وهو هاجس أمني تحسب له إدارة بوش الأب وحلفاؤها ألف حساب وفي الأخير كانت توسيات إدارة بوش الأب تحذر من انغماس الجيش الأمريكي في حرب أهلية في العراق وهي كلها حسابات استراتيجية كانت عكس طموحات وحسابات إسرائيل الاستراتيجية التي عبر عنها شامير رئيس الوزراء أنذاك الذي أبدأ قلقا كبيرا لجيمس بيكر وسرح قائلا له مثل هذا الرجل هو الذي كلفنا الكثير من الخسار والذي جرأ على مهاجمتنا بالسواريخ وهو رجل لا يمكن أن نتعايش معه وعندما جاءت إدارة بوش الأب فهمت خطاب شامير ونفذت تعليماته وكانت الحجج المدللة تتساقط ضد نظام صدام حسين طارة باسم ما يعرف إعلاميا بفديحة النيجر جيت حيث اتهم صدام شراء اليورانيوم المخصة من النيجر وطارة أخرى ربط المزعوم بين تنظيم القاعدة والنظام صدام حسين وطارة أخرى أن نظام صدام حسين لديه القدرة على تدمير الغرب في فترة لا تتجاوز الخمسة وأربعين دقيقة حسب شهادة توني بلير التي أرددها كولين باول في أرويقة الأمم المتحدة ثم اعترف بأنه تم تضليله بوثائق مزورة اعتمدها توني بلير مرسلة ماجستير لطالب مريطاني مشهور في الانترنت وأمام هذه التضليلات لأتوان رئيس بوش الأبن بأن يشرح كل أفعاله تبقى لمعقد غاداته وكأنه نبي القرن الواحد والعشرين ينزل عليه الروح المقدسة وهو يدعي بأنه كليم الله وهذا ما أكده لصحيفة هارتزان نيوز الإسرائيلية قائلا طلب مني الرب أن أدرب القاعدة وقد دربتها ثم أمرني بأن أدرب صدام وهذا ما فعلته وفي كل الحالات فإن الخسائر للسراتيجية الأربع التي أعددها جمس بيكر في مذكراته في حالة الإتاحة بين دام صدام حسين كلها وقعت على رأس بوش وزمنته التي أفلس خطابها من دونان رامسفيلد وبولولفويتس وريشارد بيل والويس فليبي والقائمة الطويلة ستصل إلى داكتشين العقل المدبل للمحافظين الجدد وهي في النهاية فشل كارثي وكبوسل النهاية له على حد تعبير ريكاردو سانشيز مبارك تمسك بكامل الأرض ودون نقسان احتل الرئيس المصري حسن مبارك مساحة غير قليلة من مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريكان التي صدرت عن دار نشر هاربر كولينز وقام بتحقيقها المؤرخ المعروف دوغاس برينكلي وتقع في 784 صفحة وقد ظهرت يوميات الرئيس الراحل رونالد ريكان إلى النور في صورة مجلد نخم حيث اعتاد الرئيس الراحل على تدوين يومياته في البيت الأبيض بالانقطاع خلال فترة رئيسته من 1981 إلى 1989 باستثناء الأيام التي تعرض فيها لمحاولة الاغتيال الشهيرة في مطلع الثمانينيات اليوميات حافلة بالتفاصيل عن السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية ولكن في لقاطات سريعة كاشفة تنم عن موهبة في الاختزال وتمرس في كتاب واعي بالتفاصيل وبرغم تناثر القضايا بين دفتي المجلد الكبير فإن تتبع خيوط القضايا والشخصيات يرسم ملامح فترة كاملة بدأت بتوليه السلطة في مطلع عام 81 وانتهت برحيله عن البيت الأبيض في يناير 1989 خصص ريغان الكثير من يومياته لشرق الأوسط ومن بينها الدبلوماسيات الأمريكية تجاه مصر ومقابلاته بالرئيس حصن مبارك في واشنطن والرسائل التي بعث بها الرئيس المبارك لريغان بشأن قضايا حيوية ومهمة حيث تكشف اليوميات عن الجهد المصري الدأوب للتوصل إلى تسوية شاملة منذ مطلع الثمانينيات في سورة مؤتمر موسع وشامل وقبل وقت طويل من انعقاد مؤتمر مدريد للسلام في أواخر 91 والذي أقب ترث القوات العراقية من الكويت والرغبة في ودع حد للصراع العربي الإسرائيلي وكذلك ما بدلته مصر من جهد نبلوماسي لمن حياس العرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية شرعية دولية كمتحدث باسم الشعب الفلسطيني وهو ما تسبب في بعض التوتر في العلاقات المصرية الأمريكية هي رؤية للأحداث الكبرى بقلم رئيس أمريكي ينظر إليه اليوم باعتباره واحدا من أعظم من حكم الولايات المتحدة وتعطي جانبا من الحقيقة وليس كل الحقيقة لكنها في النهاية جديرة بالنقل والتأمل والتحليل يستهل لكا يوميات الشرق الأوسط يوم السادس عشر من يناير 82 حيث يروي من جانبه بالقطع تطور الحوادث بعد اغتيال الرئيس السادات فيقول إن أليكسندر هيكوزيرو الخارجية أعد بأنباء غير السر من الشرق الأوسط حيث هناك احتمال بتخلي الرئيس الجديد حصد مبارك عن التفاقيات كم ديفيد وإعادة العلاقة مع أشقائه العرب فور السعادة سيناء في الوقت الذي يمكن أن يعدل منحا بكا عن إعادة سيناء برغم أنه أقسم أنه لنفعل ذلك شارون هو رجل الشرير الذي يبدو أنه يتطلع إلى الحرب وفي الثالث عشر فبراير يروي تفاصيل اللقاء الأول بالرئيس مبارك في البيت الأبيض حيث عقد لقاءا منفردا في المكتب البيدوي ويقول ريغان كان لدي برنامج كابل عمل القضايا التي أود ترحها وقد بدأ الرئيس بتوضيح موقفه من الاتحاد السوفيتي وقد أصغيته إلى مقلة وفي اليوم التالي كتب ريغان قررنا منح مصر 400 مليون دولار من أسل 1.3 مليار دولار في صورة مشتريات أسلحة كمنحات لا ترد مقابل 200 مليون كانت مقررة سلفا ويشير ريغان إلى حنكة مبارك في التعامل مع مسارة السماح بمرور صفن تعمل بالوقود النووي لقناة السويس حيث رد الرئيس على الطلب الأمريكي بالإشراء إلى أن السوفيات سوف يطلبون المعاملة بالمثل في حال سماح مصر الأمريكيين بالمرور وفي يوم 25 من أبريل 82 يستهل ريغان اليوميات بالإشراء إلى عودة السيناء للسيادة المصرية بالقول إن مبارك بيغان قال ما عن السلام للأبد ويودح قمت بالاتصال بكل من مبارك بيغان إلا أن مكالمة بيغان كانت حساسة لأن تلك التجربة كانت صدمة فالكثير من ابناء شعبه رفضوا التخلي عن السيناء فكان على الجيش غير المتجج بالسلاح ترضهم ونفذ الجيش الإسرائيلي المهمة وقال ريغان إنه تعهد لكيلة الترفين بأن أمريكا سوف تساعد أي وسيلة الممكنة لتدعم عملية السلام وفي أعقاب الغزو الإسرائيلي للبنان يكتب ريغان عن وصول كبان حسن علي رئيس الوزراء المصري في ذلك الوقت حامل رسالة إليه من الرئيس مبارك يبلغه فيها أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تعرضت لأضرار بالغة وعلى إثرها يقول ريغان في يوميات الثاني عشر من نوفمبر 82 إن عليه في اجتماع مقبل مع مناحة بيغان يقنع رئيس حكومة إسرائيل بالتوقف عن العناد وقد تأكدت اللهجة الحادة التي تعامل بها مبارك مع بقاء إسرائيل في لبنان في القمة التالية في البيت الأبيض في 27 من يناير 83 حيث كتب ريغان فور وصول الرئيس مبارك عقدنا اجتماعات هادفة وأكدنا عمق العلاقات لكنه كان قلقا بشدة من عناد الإسرائيليين فيما يخص خروجه من لبنان وأعرب مبارك عن تخوفه من أن مبادرة السلام ربما تتعرض للموت نتيجة للعناد الإسرائيلي وفي زيارة مبارك للبيت الأبيض في 30 من سبتمبر 83 كتب ريغان عن مناقشة الجوانب الاقتصادية في العلاقات المشتركة وإدراك واشنطن أن مبارك تسلم البلد وهي تعاني من دقيقة مالية وقال نحن نحاول المساعدة بالإضافة للمساعدة في تحديث الجيش المصري أظن أننا نطور علاقة قوية وفي قمة الرابع عشر من فبراير 84 يقول ريغان الرئيس رغب في تحقيق تقدم في مبادرة السلام دون انتظار الاتفاق في لبنان وقد انضم العاهل العردني الملك حسين إلى المحادثات ومأتبة الغذاء في البيت الأبيض لمناقشة خطة السلام لكن في عبارات التوديعة فجأة انطلب الرئيس مبارك من سحاب إسرائيل من لبنان ودم عرفات إلى خطة السلام المستقبلية ويعلق ريغان على مقاله الرئيس مبارك في اليوميات بالقول سنكون مشهولين لفترة من الوقت بالتوصل لحلول مع إسرائيل لقد كانت صدمة لأننا نناقشنا لعدة ساعات المشكلات الخاصة بالاعتراف بعرفات إلى آخره ويعود الرئيس مبارك إلى واشنطن مشددا في الثاني عشر مارس عام 85 حيث يشير ريغان في اليوميات إلى قضاء معدم الوقت في مناقشة إمكان إجراء محادثات بين إسرائيل والأردن بينما كانت النقطة الصعبة هي إسرار الفلسطينيين على تمثيل أنفسهم في المفاوضات ويقول ريغان استقر الرأي على ما طرحه الرئيس مبارك من فكرة تدعو الولايات المتحدة إلى التعامل مع الفلسطينيين والأردن ثم بعد ذلك الخاصة بتكرار الاجتماع بحضور تمثيل إسرائيلي عندها ستكون المحادثات مباشرة من ملك حسين وإسرائيل وفي أكتوبر من عام 85 تفجرت أزمة اختطاف السفينة الإيطالية إيكيلي لورو وتواردت أنباء عن قيام خاطفين فلسطينيين بقتل أمريكيين على متنها ويروي ريغان القصة من الجانب الأمريكي في اليوميات بالإشراء إلى دراسة الولايات المتحدة لخطة التحرك في الثامنة من أكتوبر وفي اليوم التالي جاء النابأ بخبر عودة السفينة التي كانت تقل أربعمائة راكب بينهم 19 أمريكيا إلى ميناء برسعيد واستسلام المسلحين للسلطات المصرية التي سلمتهم لمن ردمة تحرير الفلسطينية التي أخرجتهم من مصر ويقول ريغان كان الخاطفون أربعة لكننا فيما بعد علمنا أنهم قاموا بقتل أمريكي مقعد في 69 من العمر ولم نتمكن من القيام بعملية الإنقاذ المقررة وفي يوميات العاشر من أكتوبر يقول ريغان في طريق عودة إلى واشنطن أعطيت موافقة على أتراضي طائرة مصرية ومحاولة إجبارها على الهبوط الإتراري في قاعدة تقصون في البحر المتوسط كانت الطائرة تقل الخاطفين الأربعة وكننا نريد تسليمهم للسلطات الإيطالية لمحاكمتهم دون مهاجمة الطائرة ويروي ريغان كيف نشطت التحركات المصرية الأمريكية لعقد مؤتمر دولي للسلام في العام الأخير لوجوده في البيت الأبيض حيث يقول إن الرئيس مبارك زار واشنطن في 28 من يناير 1988 حيث غطى الصراع العربي الإسرائيلي على مجمل المحادثات في المكتب البيتوي والقاعة الشرقية وقال ريغان إن اللقاء مع الرئيس مبارك تمركز على محاولة إقناع رئيس الحكومة الإسرائيلية إسحق شامير بالموافقة على حضور مؤتمر للسلام وأسفن القمة بأنها كانت جيدة ويشير ريغان في يوميات السادس من يونيو 1988 إلا أن جورشولتز وزير الخارجية فشل في مهمة جديدة للمنطقة في إقناع شامير بالمشاركة في عقد مؤتمر موسع برغم محاولات الرئيس مبارك والملك حصير لدفعه في هذا الاتجاه وقبل شهرين من خروجه من البيت الأبيض يكتب ريغان عن رسالة الرئيس مبارك الأخيرة في 29 نوفمبر 1988 والتي قال عنها أن الرئيس مبارك نشده السماح بإستار تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية تسمح لياسر عرفات بالمشاركة في اجتماعات الجميعية العامة للأمم المتحدة في نيورك لكن ريغان يقول في اليوميات آسف لا يمكنني فعل ذلك كان شولتز قد أعلن في 28 نوفمبر قرارا بعدم منح ياسر عرفات تأشيرة دخول للأراضي الأمريكية وقال ريغان أن إسرائيل كانت سعيدة من القرار ويعود ريغان في يوميات الثاني عشر ديسمر 1988 إلى ياسر عرفات ويقول إن السويديين أبلغون أن عرفات سوف يلقي خطابا أمام الأمم المتحدة في جونيف وأن خطابه سوف يتناول نقاطا سبقا أن دعت رئيس الولايات المتحدة وأن الرئيس مبارك أرسل لي خطابا يؤكد أن عرفات على طريق السلام تينيت مبارك شخصية تاريخية ونجى بعجوبة من الموت بإثيوبيا ويتناول جورج تينيت مدير وكرة المخابرات المركزية الأمريكية السيائية السابق الحديث عن مبارك في مذكراته الصادر عام 2007 في عنوان في قرب العاصفة سنوات في السيائي من خلال قربه منه بصفته عضوا في فريق التفاوض الأمريكي حول السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في شرم الشيخ يقول تينيت في مذكرته لم أكن عارف حصن مبارك جيدا لكنه أحد أكثر الشركاء موثوقية في محاربة الإرهاب ومحاولة تحقيق السلام في شرق الأوسط لم تكن علاقتنا علاقة الند للند إنه شخصية تاريخية مهمة فهو يرأس مصر منذ عام 81 في عقاب اغتيال السادات وكان هو نفسه قاب قوسين يعدن من التعرض للإغتيال سنة 95 عندما كان في أثيوبيا وبعد أربع سنوات نجى من الموت أيضا عندما هاجمه أحدهم بسكين إنه يمتلك حكمة كبيرة وثم تجانب مريح فيه على رغم أنه رجل جدي وكانت قمات تشرين الأول في شرم الشيخ مثلا على ذلك فقد أمضيت أنا وعمر سليمان النهار بأكمله محبوسين في غرفة مع الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى صفقة أمنية وعندما فرغنا ذهبت لأطلع ياسر عرفات على التفاصيل في حين جلس مبارك على كرسين في ركن غرفة كان لدى عرفات في مثل هذه الظروف طريقة في النظر إلي كأنني أتحدث لغة أجنبية غير مفهومة وذلك أمر معهود عنه كان يشكل الوقت للتفكير في الأمور لكن في هذه المناسبة لم يكن الأمر كما هو مألوف فقد رأيت بزاوية عين حسن مبارك الرئيس المصري ومصدف المؤتمر وأقرب ما يكون الدم لفلسطين ينظر إلي وإلى عرفاته ويحرك إسباعه قرب رأسه وتلك هي الإشارة الشيء التي تعني أن الشخص الذي تتحدث إليه لا يفهمك وتابعت الإطلاع فأنا مهني مدرب في النهاية لكن لم يكن الأمر سهلا وبخاصة عندما استسلم مبارك للضحك بهدوء بعد أدائه حركته تلك أولبريت خفت أن يسمعني البشير تقول مدن أولبريت في الفصل السابع عشر من مذكراتها على الرغم من توجيه الانتقاد في الغالب إلى صناعة السياسة الأمريكية لتجاهلهم إفريقيا فإنني زرت القارات سبع مرات عندما كنت في الحكومة وتوقفت في 12 بلد تقريبا مما فيها السودان في ربيع عام 1994 كنت قلقة لأنها أول مهمة دبلوماسية إلى حكومة نعتبرها معادية ومع ذلك استقبلنا رئيس عمر بشير بشكل حسن وهو الضابط العسكري سابق لاحد معلومات أولبريت المغلوطة عن البشير وصل إلى السلطة بانقلاب قبل عدة سنوات البشير صارم وخوف من التسمم البشير في أولي الخمس سنوات من العمر ولديه الشارب لحيا قصيرة ومهذبة جيدا كان صارم لهيئة باستخدام عصر خشبية وكان وقورا لكل من حوله لكن قبل العمل قدم إلي كوبا طويل مليئا بسائل زهري اللون له قوام الشامبو يبدو أنه عصير الكركدي من هذا الوصف غالبا ما كنت أمزح بأن عملي كسفيرة هو الأكل والشرب نيابة عن البلد لكن بدأ ذلك خارج نداء الواجب لاحظت أيضا أن البشير لا يشرب أي شيء وكذلك كل السودانيين الآخرين لماذا؟ خطر ببالي أنهم ربما يحاولون تسميمي وفيما كان البشير راقبني رشفت ما أملت أن يكون رشفة مقنعة من المشروب لكنني لم أكد ابتلع شيئا كان المداق حلوا شبيح بمداق بيتو بيسمال وانفجرت أساريلي لأنني لم أنقلب رأس على عقب هذه الجزئية من مذاكرات أولبرايت هي التي نفتت نظري أكثر من الجوانب الأخرى في الكتاب التي تتحدث عن الدين والوجه في السياسة الأمريكية وفكرة أن أولبرايت كان يمتلكها جيس الخوف من التسمم في الخرطوم وكان ينبني عليها أشياء ترصبت في نفسها من قراءة الأحوال من حولها فهي تصف السودان بأنه عدو للسياسة الأمريكية ثم إنها لديها إحساس بأن الرئيس البشير رجل صارم ثم قدم لها شرابا نلاحظ ملاحظة أبدتها ولربما دخمتها هواجسها وهي أن البشير أو السودانيين لم يشربوا أي حاجة مما زاد من هواجسها الداخلية والأهم من كل ذلك ما ذكرته أن الرئيس البشير كان وراقبها أثناء شرابها للعصير كل تلك الأشياء جعلت حالتها النفسية مهيئة لهواجس الاغتيال التي ترأت على فكرها في تلك اللحظات وتمدي أولبرايت متحدثة عن تلك الزيارة واجتماعيها بالرئيس قائلة لم يكن فحو اجتماعي بالبشير مرضيا أكثر من المشروبات فقد كنت أريد توجيه تحذير بشأن دور السودان كملاد أمن للإرهابيين ولم يلقى التحذير أذانا صاغية وهو هذا الفصل من الكتاب معلومات سيرة سيرة كثيرة لا تمت إلى الواقع بشيء وهذا طبيعي في ذل المعلومات التي تستقيها الخارجية الأمريكية من إدارة الاستخبارات أو وزارة الدفاعة ولسنا في حاجة إلى التذكير دوما بأقدوبة أسلحة الضمار الشامل في العراق فيكفي إنها كانت قناعة للولايات المتحدة في مرحلة من المراحل إلى جانب أسطوانة الإرهام التي تستخدمها الولايات المتحدة في سبيل بسط سيطرتها على أنحاء العالم وفي نفس الفصل تتحدث وزيرة الخارجية الأمريكية في مذاكراتها تلك عن جون قرنق قائد المتمردين الجنوبيين جون قرنق كان في الثانية والخمسين عندما التقيت به أول مرة في أغندا وهو رجل منتلئ الجسم حاسر الرأس تعلو واجهه لحية يخالط بهذا الشعر فيها سوادة تعلم قرنق في الولايات المتحدة ولديه سمعة ضيبة بالقدرة على السمالة الجميع من المنذرين الشيوعيين إلى الناشطين المسيحيين ولم أتفاجأ عندما أخبرني بما كنت أريد سماعه بالضبط إنه دعم السلام واحترام حقوق الإنسان وكان راغبا في تقاسم السلطة وأمل أن يتطور السودان إلى بلد ديمقراطي كنا نعرف أن سجلنا قرنق بعد من أن يكون خاليا من الشوائب ولم نكن نريد زورية الولايات المتحدة في الحرب الأهلية الدائرة في السودان غير أننا رأينا فيه شخص الوحيد القادر على توحيد الجنوب وبالتالي الدغط على الحكومة لإصلاح أسالي بها وكان لدى قرنق وهو مقاتل من سنة ثلاثة وثمانين ذكاء القائد الحقيقي وحضوره كما أنه كان واسع للطلاع في شؤون الاقتصادية والعسكرية على السواء ونلمس الجديد في نبرة أولبريد في مذكراتها وهو الدين وتمضي أولبريد في فصلها عن السودان لتلقي لنا الدوء عن نوعية التفكير الأمريكيين حواققية السودان قائلة من المقرر بموجب اتفاق السلام إجراء انتخابات وطنية سنة 2009 وبعد ذلك بسنتين حق للجنوب إجراء السفتها بإشان الانفصال أو عدمه وعلى الرغم من أن جنقنا كان ملتزما بإبقاء البلاد موحدة فإن احتمال الانفصال يغري عديد من أتباعه وعلى الولايات المتحدة أن تبدل ما بوسعها للمساعدة في تمسك التسوية السلمية وتشييع حل دبلوماسي أوسع يدعو حد للنهاية الإبادة في درفر والعنف الرهيب في شمال أغندا حسب قولها وإقرارا منها بعدم إمكانية تجاهل الدين علينا أن نوضح بشكل مستمر أن السياساتنا تهدف إلى مستعدة كل السودانيين ويجب أن نعمل ما بوسعنا لمنع قوى التقسيمية الخارجية سواء بتدخلها وبدلا من محاولة فعل كل شيء بأنفسنا علينا العمل بالشراكة مع البلدان الأخرى ودعم مساعي مجموعات الوساط القائمة على الدين لتوثيق عري الوحدة في السودان عبر الخطوط الجغرافية والعرقية والدينية الفاصلة معمر القذافي ريجن يترجم عداءه للقذافي إلى سباب واتهامات احتفظ الرئيس الأمريكي الأسبق روناند ريجن في مذكراته التي كتبها بخط ياده بكثير من أفكاره الخاصة ومعتقداته التي كشف فيها عن استيائه وخيبة أمله من الغزو الإسرائيلي للبنان عام 82 وشعور الخوف الذي انتبهه من لحظة مصيرية آتية لمحالة في نفس اليوم الذي تعرض فيه لمحاولة اغتيال كان ريجن يحرص في مذكراته على دام استخدام أي رفاض النبي وفي حالة اضطراره لاستخدام كلمة اللعنة تعبيراً على غضبه كان يكتفي فقط بكتابة الحرف الأول منها لكن في أوقات كان يستفز ولذلك قفى قد حرص عمداً على استخدام لفظة المحارق حين كرتب لمنح بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق في الإشارة إلى الغزو الإسرائيلي لبيروت وبعد توليه منصبه بأحد عشر يوماً في يناير كانون الثاني عام 81 كشفت مذكراته في ذلك اليوم عن قلقه من المد الشيوعي في أمريكا الوسطى والذي سيؤدي فيما بعد إلى فضيحة إيران كونترا التي كشفت أن الولايات المتحدة بالإضافة إلى دعمها للعراق كانت تبيع أسلاحة لإيران وتستخدم أموال هذه السفقات لدعم الثوار نيكاراكوا وقد وصف الرئيس الراحل الأمريكي هروند ريغان في مذكراته التي كتبها بخط يده الزعيم الليبي معمر القدافي بأنه رجل ثائر ووجه له اتهامات بأنه يقف وراء قدير الرئيس الراحل أنور السادات وتناول الرئيس ريغان في مذكراته علاقته بالرئيس الراحل أنور السادات الذي وصفه بأنه رجل عظيم محب لديه حس الفكاهة وقال ريغان من الصعب أفر الشعور السائق والأسل الذي تملكني لدى السماعي نبأ أغتياله على الرغم من أن زيارته كانت غسيرة ألا أني اكتشفت بأن لدينا صداقة عميقة ربطها وأضاف وحاولوا أن لا أحمل دغينة للذين تلوه لكني لا أقدر لقد ظهر القذافي مرتاحا على ششط تلفزيون فيما سار شعبه محتفلا في شوارع ليبة بموت السادات وأذع بيانا من إذاعة الليبي يدع فيه لقيام حرب جهادية قبل تأكيد نبأ مقتل السادات لابد أن هذا البيان عد سلفا بكلمات أخرى كان يعلم أن الاغتيال سيقع بسبب الاضطرابات التي شهدتها الساحة المصرية في أيام السادات الأخيرة وأوضح ريغان بمذكراته أنه شعر بغضب شديد بعد اعتقال الإيرانيين مرسل صحيفة ورستر جورنال في طهران واتهامه بأنه جاسوس صهيوني لدرجة أن الرئيس الأمريكي الراحل كان على السادة لخطف الخميني المرشد الراحل للثور الإسلامية في إيران وقال ريغان إنه علم من كولينباور رئيس هيئة الأركان السابق أن الإيرانيين أقدموا في طهران على اعتقال الصحافي أمريكي ومصادرة جواز سفره واتهامه بأنه عميل صهيوني وألقو به في السجن إنه كاثريكي أنا على استعداد لخطف الخميني تينيت القذافي أجل الإعلان السياسي لمشاهدة مباراة منتخب بلاده وقد تناول جورج تينيت المدير السابق لوكرة المخابرات المركزية الأمريكية السياعية في مذكراته الصادرة في عام 2007 جانبا من علاقة بلاده بليبيا خلال فترة وجوده في منصبه وذكرياته عن الرئيس الليبي معمر القذافي في تلك الفترة وقد تناول تينيت مذكريات عن القذافي في سياق حديثه عن تفكيك البرنامج النووي الليبي وفي هذا الحديث يروي أمور مهمة بعضها لا يخلو من الإشارة إلى خفة الظل وروح الدعابة التي يتميز بها الرئيس الليبي وأيضا تعامله مع القضايا على طريقته الخاصة جدا بغد النظر عن الطرف الآخر وفيما يلي مرواه تنت بالحرف الواحد يعد تفكيك برنامج العقيد القذافي النووي دون إطلاق رسالة واحدة إنجازا كبير ومنذ عام 1991 وهناك اجتماعات سرية تجري مع مسؤولين إيبيين كبار حول نشاط الجماعات الإرهابية الإسلامية وكنا نعقد هذه الاجتماعات بحضور زملائنا في المخابرات البريطانية في مدن أوروبية مختلفة وحدث أن اجتماعنا مع أفضل ليبي رأسه موسى كوسة الذي كان قد نالى درجة الماجستير من جامعة ميشينجين الأمريكية في عام 77 ويالي الغرابة فقد وجد ضباط السياقين أنفسهم يتبادلون مع الرجل الذي وصفته بعد التقرير بأنه العقل المدبر لعملية تفجير طائرة بان أمريكا الرحلة رقم 103 في شهر ديسمبر عام 88 والتي قتل فيها 270 شخصا وقد عرف الحادث بقضية لوكيربي نسبة لتفجير الطائرة فوق قرية لوكيربي بإسكتلندا وقد اصمرت هذه الاتصالات لسنوات عدة تالية حتى أدانت محكمة سكتلندية ضابط مخابرات الليبي في القضية وحكمت ببراءة ضبط آخر وقد بدأ من تعاون ليبيا مع المحكمة عن النظام القدافي يريد أن يقفز خارج حلقة الإرهاب التي ارتبط بها اسم بلاده على مدى أكثر من 20 سنة مدت وكان العقيد الليبي قد أدان على نية هجمات الحاد عشر من سبتمبر ووصفها بأنها مخيفة وقال إن الشعب الليبي مستعد لإرسال مساعدات إنسانية لأمريكا وكانت هذه بادرة طيبة منه وبعد سبتمبر تبدن مع الليبيين معلوماتنا السخبراتية وكانت تركيزون هنا على كل ما يتعلق بتنظيم القاعدة وفي شهر مارس عام 2003 أبلغنا الزملاءنا في المخابرات البريطانية أن مبعوث الليبي من طرف القدافي أبلغهم بأن العقيد الليبي يفكر جديا في التخلي عن برنامج أسلحته النووية وأن هذا المبعوث سألهم هل الغرب مستعد لتخفيف العقوبات المفروضة على ليبيا حال قيامها بذلك ووصل أحد كبار ضباط المخابرات البريطانية واشنطن والتقاني في اليوم التالي وكانت حربون على العراق قد بدأت لتويها وبعد خمسة أيام كنت مع الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في كام ديفيد نبحث عرض القدافي ودوافعه وبعدما اتفق على أن العرض فرصة لعمل إنجاز دون عناء وبعد عدة اتصالات ومقابلات مع موسى كوسة التقى وفد السيئي مع القدافي في نفس المكان الذي قسفته المقاتلات الأمريكية في عام 86 وقتلت فيه ابنة القدافي بالتبني وتعددت زيارات تمهيدا لعقد الصفقة الكبرى التي تسمح بالتفتيش على النووي الليبي وتفكيكه وعند منتصف شهر ديسمبر من نفس العام تحقق تقدم كبير بدرجة كانت كافية للإعلان عنه وتم الاتفاق على أن يعني القدافي أولي لشعبه أنه قرر تخلي عن برنامج أسلحة الدمار الشامل ثم يأتي دور بلير الذي يرحب بهذا الإعلان ثم يقوم بعد ذلك الرئيس بوش بالتعقيب على ذلك وكان من المفترض أن يعني القدافي قراره هذا في التاسع عشر من ديسمبر ولكننا فجئنا بتأجيل وعندما علمنا السبب صدبنا أكثر العقيد لا يستطيع إلينا قراره الليلة لأنه سيكون مشاغلا بمشاهدة المنتخب الليبي لكرة القدم في مباراته التي سينقلها تلفزيون كما أنه لا يريد إفسد تركيز جماهير الكرة الليبية على منتبعات منتخبهم في مبارات النهمة بالإعلان عن أشياء التي تهمهم كأسلحة الدوار الشامل محاولة الاغتيال الأمريكي للقدافي ومن مستنقع إلى آخر انتقلت صاحة المواجهة الأمريكية هذه المرة إلى ليبيا بعد أن نفع القدافي رأيات التحدي للهيمانة الأمريكية في المنطقة لسنوات طويلة ومن ثم لم يكن غريبا أن تقرر الولايات المتحدة بدءا من عام الثمانين التحلص النهائية من القدافي ففي الصيف الثمانين ودعت أمريكا خطة لذرب طائرة القدافي في رحلاته لأوروبا الشرقية إلا أن الطائرات الأمريكية أسقطت طائرة إيطارية فوق مياه أستيكا متوهمة أنها طائرة القدافي وفي التاسع عشر أغسس واحد وثمانين قام الثماني طائرات أمريكية باعتراض طائرتين من طائرات السلاح الجوي الليبي كانت تتقوما باستطلاع في المياه الليبية وأسقطتهما ولم تلبث مجلة نيوزيكا نشرت أن ذاك مقالا بعنوان الحرب غير المعلنة كشفت فيه أن المعركة الجوية فوق المتوسط لن توقف الحرب غير المعلنة وأن أمريكا مقتنع بأن القدافي يشكل تهديدا للأنظمة المؤيذة للغرب بالمنطقة ولهذا السبب تحاول إدارة ريجل القبض عليه وفي السادس عشر فبراير ثلاثة وثمانين اصطدمت طائرة الليبية بطائرات أمريكية في المجال الجوي الليبي قرب مدينة بنغازي وذلك بعدما اخترقت الطائرات الأمريكية المجال الجوية الليبية قرب بنغازي بثمانين كيلومتر وفي أربع وعشرين مارس ست وثمانين قامت أمريكا بعدوان بحري جوي على خليج ست شاركت فيه ثلاث حاملات للطائرات ثم في اليوم التالي مباشرة أسقطت الطائرات الأمريكية قنابلها على زور قدورية قبل خليج سرت كان يقوم بمهمة روتينية بيد أن العنجهية الأمريكية بلغت مداها في العاشر من أبريل ستين وثمانين بالغار على مدينتي طرابلس بنغازي وبيت القدافي في محاولة لإسقاط النظام وهو ما كشفته شريدة ديلميل البريطانية عقب الغارة مباشرة حيث نقلت عن مصادر أمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق ريغان دبر عملية سرية ترمي إلى اللطاحة بالنظام في ليبيا عن طريق الاتصال بعدد من الضبات الليبيين الموجودين في الخارج ممن جندتهم المخابرات الأمريكية كما أكد طيرون أمريكيون الشلك في الغارة أن الهدف الأول لتلك الغارة كان يختير القدافي البرغوث الإلكتروني للتجسف على القدافي داخل البرغوث الإلكتروني عالم الجسوسية والمحابرات بقوته ودقته المتناهية وإثبت نجاحا كبيرا في الحصول على المعلومات المطلوبة ونقلها بسرعة مذهلة كما يستطيع البرغوث الجسوس الذي أصب اكتشافه الحصول على معلومات لم تكن تستطيع الأجسسة المخابراتية الوصول إليها كتحليل حالة نفسية للأشخاص المطلوبة تجسس عليهم وخاصة الرؤساء ومنذ أول اكتشاف لهذا البرغوث في ألمانيا عام 97 وكان عبارة عن مرسل صغير حيث أشرع إليه العالم الأملماني إرشميدة إبنيوم وأعلن أن استخدام مرسل بالغ الصغر يمكن ترقيبه في أي كمبيوتر يستطيع أن يرسل ما هو موجود في هذه الكمبيوترات إلى الأقمار الصناعية خلال جزء من الثانية وذلك بزراعاته سواء في وحدة المعالجة المركزية أو ما يطلق عليه لوحة الرقائق CPU أو في أحد الرقائق الموجودة في اللوحة وقد تسلمت المصاد هذه التكنولوجيا المتقدمة المسمات بروميس من المخابرات الأمريكية التي قمت بدورها بزراعها في الكمبيوترات التي تباع للبلدان العربية ومن ثم استطاع الكائن الصهيون الاطلاع لمحتويات هذه الكمبيوترات بتعاون الجهازين للإستخباريين ونشر هذا الجاسوس الإلكتروني له ثلاثة أهداف هي الاطلاع لأرشيف جزء الشرطة والإستخبارات والجيش وملاقبة المؤسسات المالية وأخيرا متابعة البرامج النووية في العالم وكانت الأردن أولى الدول العربية التي تمت فيها تجربة هذا الجسوس الإلكتروني لكونها أكثر الأجهزة الأمنية العربية امتلاكا لملفات عن الفلسطينيين وقد تم تسلم برنامج بروميسي للمخابرات الأردنية العسكرية مع مجموعة من كمبيوترات شركة إي بي أم عن تريق شركة هادرن التي كانت قد حصلت على تركيب نظام اتصالات للسلام الجوي الأردني منذ عام 1981 وبالرغم من وجود خيط سرية سر الكمبيوتر بخط هاتف شقة معمان يسكنها جاسس صهيوني كان يقوم بجمع المعلومات ونقلها لكيان صهيوني إلا أنه لم يكتشف أحد وكان تلك عام 1982 حيث كان جهاز الكمبيوتر في حجم التلاجة وبعد تطور التكنولوجي الهائل لم تعثم تحاج إلى مد خط تلفوني بل تم استخدام وسائل أكثر تطورا حيث أجل تسويد الكمبيوتر ببرغوث الالكتروني أو البرغوث الذكي وهو يقوم بسحب المعلومات والأسرار من أي مكان في العالم عن طريق محاطات التقاط ومنها إلى الأقمر الصناعية وأخيرا إلى قواعد التحليل التابعة للمحابرات الأمريكية والمصال وأكد أحد أعضاء محابرات الجيش الأمريكي أن الشركة أورام تريندينغ قامت ببيع بروميسي لكل من مصر وسوريا وباكستان والعراق والكويت وإيران وتركيا ولم يتم اكتشاف هذا البرغوث منذ عام 81 بداية استخدمه إلا في عام 93 على يد المحابرات الفرنسية التي اكتشفته مزروعة في كمبيوتر منظمة تحليل فلسطين وبالتحديد في مكتب أبو موازن أثناء وجوده في تونس حيث كان ينقل المعلومات أولا بأول واستخدمت المحابرات الأمريكية أيضا علماء النفس وأخصائيين نفسيين لتحليل معلومات الخام وتحليلها لمعرفة الحالة النفسية للرؤساء العرب الذين كانوا من بينهم العقيد معم القدافي الذي كانت حالته النفسية أهم ما يشهر المحابرات الأمريكية خاصة أثناء توطر العلاقات الليبية الأمريكية وهو ما يعرف في أوسط المحابرات باسم التجسس الفرويدي وقد توصلت المحابرات إلى أن القدافي امتص بشكل مبالغ فيه الخصائص البدوية كالتعصب الديني والأحساس الحظ بالكرم والتقشف وكراهية الأجانب والحساسية تجاه الإهانات بسبب الظروف التي تعرض لها في بداية حياته خلال سنوات دراسته الأولى من اضطهاد أهل المدينة بسبب الحالة التي عاشوا فيها في العاد الملكي الذي كان يسيطر ويستاتل دون عدلة ومساواة من أبناء الشعب الذين كانوا يستحقون حياة أفضل في ذلك الإمكانات المتاحة لكافة الشعب تلك التي خلقت لديه نوع من النفور من النخبة ولعل معرفة الحالة النفسية والسحيلة جديدا على عمل المحابرات الأمريكية فقد كان رجل المحابرات كوبلند منوطا بجمع المعلومات عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وذلك بتكليف من الأطباء النفسيين والعاديين التابعين للمحابرات الأمريكية ويذكر كوبلند في أحد تقريره في بداية الساتينات أن عبد الناصر ما زل يتمتع بكمل قواه العقلية كما أن شخصيته ما زلت قوية بالدرجة التي تجعله يتحمل ضغط التملق والمدهنة والولاء المزيف وقد وصف أحد تقرير السيئي أسدت بأنه يصاب بنوبات من القلق العصبي الشديد وسواء كانت المعلومات الصحية والنفسية صحيحة أم لا إلا أنها كانت تلعب دورا كبيرا في رسم سياسة الولايات المتحدة خيث ويذكر كوبلند في كتابه لعبة الأمم أنه بعد وصول المعلومات إلى رجال المخابرات يتقمس كل شخص منهم شخصية أحد الرساء وفقا لتقرير الحالتين النفسية والصحية ويبدأ في التفكير بدلا منه وقد كان كوبلند تقمس شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في اجتماعات المخابرات المعروفة باسم رعبة الأمم من 55 إلى 50 إلا أنه فشل في التنبؤ بقيام عبد الناصر بتأميم قناة سويز في حال امتناع البنك الدولي بتمويل السد العالي التجسس على الأستقاء كان شاهو إيران أيضا من بين الرؤساء المتجسس على حالتهم الصحية بعد قدومه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج بعد النلاع الثورة الإيرانية وقبل بدء عملية احتجاز الرهائل الإيرانيين في تهران ضمن السياسة الأمريكية التجسس على أستقاء حيث طلب البيت العبيد من المخابرات الأمريكية ودعج ستنصت في غرفة الشاه المصاب بالسرطان فاعترضت المخابرات على أساس تمتعه بنفس حقوق المواطن الأمريكي فأستر الرئيس الأمريكي قرارا كتابيا من التجسس وتم إجرع وجهيستينك إلكترونية داخل جناح الشاه في أحد مستشفيات نيرك ويبدو أنه بناء على نتائج التجسس قامت الإدارة بطرد الشاه الصديق والبحث عن طريق آخر للتعامل مع الثورة الإيرانية وللتجسس الأمريكي باب خلفين هو البحث العلمي ففي مصر أربعين مؤسسة بحثية أمريكية تواغلت في المجتمع المصري وعملها الظاهر هو البحث العلمي والحقيقي يجمع معلومات مهمة للمجتمع المصري بحدث تشريحه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لمعرفة نقاط القوة والدعف واستغلال ذلك لمصالحهم كترويش أفكار معينة أو تغيير سلوكيات وتقاليد وهذا يحدث في الدول العربية ومن الأمثلة الفاضحة أن نتيجة للبحث الدقيقة التي أجرتها أمريكا عن إنتاج والسهلاك القمح بمصر استطعتوا بضغوط السياسية أن تقف تنفيذ خطة المصرية السودانية لزراعة مليونين فدام من أراضي الجزيرة بالسودان قمحا بتمويل خالجي وكان الهدف من هذه الخطة تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلدين والتصدير للدول العربية ومن أمثلة مراكز البحث الأمريكي القابعة في قفص الاتهام مؤسسة فارد وفارد فاندش وهيئة اي دي ومؤسسة اي بيك بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الموجودة بالولايات المتحدة وتقوم بتمويل المؤسسات في الوضع العربي كالواكرة الأمريكية للتنمية التي تتبع الكونغرس الأمريكي وتنفق عشر ملايين دولار سنويا على برامج مبادرة الديمقراطية لتمويل وكالاتنا السشارية وحلقات دراسية وأوراق بحثير جمع معلومات عن الأحزاب والانتخابات والاتحادات والنقابات العملية بجانب الهيئة القبطية الإنجلية والمسجلات في مقدمة المستحقين للمعونات الأمريكية وتمارس هذه المؤسسات عملها عن طريق تغذيف القيادات البيروقراطية لتكون أداة طيعة في يدها بجانب السهل للجماعات وبعد الوزارات والمراكز السياسية والاستراتيجية المعروفة بميورها الغربية إلى جانب القيادات العالمية والصحفية لتأثيرها الكبير في الرأي العام ترجمة نانسي قنقر